اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل يجب عليه أن يقدر عظم قوة العادة كما يجب عليه أن يدرك أن الممارسات هي التي توجد العادات إن عليه أن يسرع إلى التخلص من تلك العادات التي بوسعها أن تقضي عليه وأن يبادر إلى تطبيق تلك الممارسات التي سوف تصبح بعد ذلك هي العادات التي تساعده على تحقيق النجاح الذي يستحقه جاي بول جيتي عزيز القارئ أو القارئ المحتمل إذا كنت لازلت تتصفح هذا الكتاب يشير بحثنا المستمر بوضوح إلى أن هناك ثلاثة تحديات كبرى تواجه رجال الأعمال اليوم وهي ضغوط الوقت والضغوط المالية والكفاح من أجل الحفاظ على توازن سليم بين العمل والمنزل لقد أصبح إقاع الحياة لاهثا محموما بالنسبة لكثير من الأشخاص وأضحى هؤلاء يشعرون أن حياتهم تشبه طاحونة لا تتوقف أبدا وأصبحت مستويات الضغط والتوتر مرتفعة طوال الوقت إن هناك حاجة متزايدة لرجال الأعمال لأن يتحلوا بالعديد من الخبرات المتنوعة لتجنب أن يتحولوا إلى أشخاص لا يهمهم إلا العمل وليس لديهم إلا وقتا ضئيلا يخصصونه لعائلاتهم ولأصدقائهم والأشياء الأفضل في هذه الحياة كما أن الكثيرين أصبحوا يحملون على كاهلهم عبءا هائلا من الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير مما يضيف إليهم مزيدا من الضغوط والتوتر إن هذه ليست طريقة للحياة هل ثمت علاقة بينك وبين ما سبق؟ إن هذا الكتاب سوف يساعدك في كثير من الوجوه وسواء كنت رئيسا تنفيذيا أو نائبا للرئيس أو مديرا أو مشرفا أو مندوب منبيعات أو رجل أعمال أو مستشارا أو صاحب مشروع أو شركة فإن فوائد هذا الكتاب سوف تشملك والمكاسب ستعم عليك هذا هو ضماننا إذا قمت بدراسة الاستراتيجيات التي نحن على وشك تقديمها إليك وبتنفيذها تدريجيا فإنك لن تحقق فقط أهدافك المالية والشخصية وأهدافك في مجال الأعمال بشكل ثابت ولكنك كذلك سوف تتخطى بكثير ما تحققه من نتائج الآن سوف نعرض عليك بصورة دقيقة كيف تركز على نقاط قوتك وبالتالي تستطيع أن تزيد دخلك إلى أقصى درجة وتستطيع في الوقت ذاته أن تستمتع بأسلوب حياة متوازن بصورة جيدة وأكثر سلامة وسعادة وبالإضافة إلى ذلك فسوف تتعلم كيف تقوم بإرساء أساسا أكثر متانة للمستقبل اعتمادا على أسلوب قل ما يستخدم يطلق عليه أسلوب الوضوح غير العادي وعلوة على ذلك سوف تكتشف كيف تصل إلى حالة من الأمان والاطمئنان المالي باستخدام طرقا مؤكدة النجاح مأخوذة عن أصحاب الملايين كما أنك سوف تجد توليفة من الأفكار تساعدك على أن تثري وتقوي أكثر علاقاتك أهمين والسبب الذي يجعلنا وثقين تماما من أن الأفكار الواردة في هذا الكتاب سوف تحقق لك النجاح هو أنها قد حققت لنا النجاح بالفعل كما حققت النجاح لآلاف من عملائنا إننا نمتلك نحن الثلاث تسعة وسبعين عاما من الخبرة الواقعية في مجال الأعمال وقد اكتسبنا هذه الخبرة من خلال ارتكاب الكثير من الأخطاء وكذلك من خلال التركيز على القيام ببعض الأشياء بصورة حسنة للغاية وسوف ننقل لك بعضا من أهم تجلياتنا وإبداعاتنا الشخصية وسوف نخبرك بحقيقة وواقع الأمور بدلا من إعطائك نظريات وفلسفات غامضة إن هذا سوف يساعدك على تجنب الكثير من مرات المحاولة والخطأ في الحياة وسوف يوفر عليك الكثير من الوقت والطاقة وكذلك الضغوط التي لا داعي لها كيف تحقق أقصى استفادة من هذا الكتاب لاحظ من فضلك ما يلي إذا كنت تبحث عن تركيبة سحرية سريعة التحضير فلن تعثر عليها هنا لأنه من واقع خبرتنا لا وجود لمثل هذه التركيبة إن الأمر يقتضي التزاما حقيقيا من أجل إحداث تحولا إيجابي وذلك هو السبب في أن ما يزيد على 90% من الأشخاص الذين يحطرون دوراتا قصيرة الأجل لا يرون تحسنا في حياتهم لأنهم لا يعطون أنفسهم الوقت الكافي لتطبيق ما يتعلمونه ويصبح مصير كل ما قاموا بتدوينه من ملاحظات إلى سلة المهملات لقد كان هدفنا الرئيسي ونحن نضع هذا الكتاب هو أن نجعل المعلومات المقدمة على صفحاته تلفت انتباهك على نحو آسر وتحفزك على أن تتخذ إجراءا فوريا إن هذا الكتاب سهل الاستخدام ولن تجد أي صعوبة تذكر وأنت تقرأه حتى أنك سوف تجد على صفحاته بعض الأعمال الكاريكاترية التي تجعل منه كتابا ممتعا ويتكامن كل فصل في هذا الكتاب من مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والأساليب المدعمة بالحكايات والقصص الملهمة والفصول الثلاثة الأولى هي التي تضع الأساس وكل فصل من الفصول التي تليها يقدم مجموعة جريدة من الاستراتيجيات تدور حول عادة محددة سوف تساعدك على التركيز والأداء بشكل أفضل وتعتبر كل عادة من هذه العادات مهمة للغاية لنجاحك في المستقبل وهي تشكل مجتمعة حصنا حقيقيا يضمن أنك سوف تستمتع بحياتك إلى أقصى درجة ممكنة وسوف تجد في نهاية كل فصل سلسلة من خطوات العمل التي تهدف إلى تسهيل تقدمك إن إنجاز وإتمام هذه الخطوات يعد أمرا أساسيا إذا كنت تريد أن تحظى بمستوى أعلى من رفاهية والرخاء ويمكنك أن تبدأ في تنفيذ هذه الخطوات خطوة تلو الخطوة استعمل هذا الكتاب كدليل دائم للتقدم في العمل تستطيع الرجوع إليه مرارا وتكرارا ونحن نقترح عليك بشدة أن تضع إلى جانبك وأنت تقرأ هذا الكتاب قلما ومفكرا لتقوم بتسجيل فوري للأذكار التي لها أعظم الأثر وتذكر أن المسألة هي مسألة تركيز ولا شيء غير ذلك وأن السبب الرئيسي وراء معاناة الأشخاص على المستويين المهني والشخصي هو ببساطة عدم التركيز فهم يماطلون في أداء المهام أو يسمحون لأنفسهم أن يكونوا هدفا سهلا للمقاطعات ومحاولات تشتيت الانتباه لديك الآن الفرصة لتصبح مختلفا إن الغرض الوحيد من هذا الكتاب هو أن يحفزك ويحثك على الشروع في العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة هذا هو كل ما في الأمر ببساطة ووضوح إن الصفحات القادمة تنطوي على كنز من الحكمة والمعرفة لذا فهلما نبدأ استخدم هذا الكتاب قوة التركيز حتى تضمن لنفسك مستقبلا أفضل وحياة ثرية بحق في ذات الوقت مع إخلاصنا المؤلفون جاك كانفيلد ومارك فيكتور هانس وليس هيوت ملحوظة إذا كنت صاحب مشروع أو شركة وتخطط لتحقيق نموا سريعا في السنوات القليلة القادمة فقم بشراء نسخة من هذا الكتاب لكل فرد من أفراد فريق العمل إن الانطلاقة التي سوف يحدثها تطبيق استراتيجيات التركيز الموجودة في هذا الكتاب سوف تضمن تحقيق أهدافك أسرع بكثير مما كنت تتوقع عاداتك تحدد ملامح مستقبلك إن الأمر يبدو شاقا جدا عندما تتأمله في البداية ولكنه يصبح سهلا للغاية عندما تقوم بإنجازه تدهورت حالة برينت فوري الصحية بعد أن تحولت الأزمة الربوية الحادة التي كانت تصيبه إلى متلازمة قصور التنفس التي تصيب البالغين ولكي نوضح الأمر بطريقة بسيطة فقد توقفت رئتاه عن العمل تماما كمحرك سيارة نفد منه الوقود إن الشيء الأخير الذي يذكره في تلك الليلة هو إحساسه كأن أرضية المستشفى تندفع لأعلى بسرعة شديدة لترتطم بوجهه ثم إظلامة تامة ليدخل بعد ذلك في غيبوبة استمرت أسبوعين نقص وزنه فيهما بمقدار أربعين رطلا وأخيرا عندما أفاق من غيبوبته كان عاجزا عن الكلام واستمرت هذه الحالة لأسبوعين آخرين ولقد كان ذلك بالأمر الطيب لأنه للمرة الأولى منذ سنواتا قد أتيح له الوقت لكي يفكر إن حياته كانت على وشك الانتهاء وهو في عامه العشرين فقط فما سبب ذلك؟ لقد وفق الله الأطباء وقاموا بعمل رائع للإبقاء على حياته في الوقت الذي ظن فيه الآخرون أن فرصته في البقاء على قيد الحياة معدومة فكر برانت في الأمر مليا وتأمله في عمق إن مرض الربو كان جزءا من حياته منذ ولادته وهو قد أصبح معروفا في المستشفى نتيجة لتردده عليها مراتا عديدة للوصول بحالته إلى حالة من الاستقرار وعلى الرغم من أنه كان لديه قدرا كبيرا من الطاقة في طفولته فإنه لم يكن يستطيع أبدا أن يشارك في أي أنشطة بدنية مثل التزلج على الجليد أو اللعب الهوكي كما يفعل أقرانه وذلك لسوء حالته الصحية ثم انفصل والداه وهو في سن العاشرة وكان ذلك إيذانا بتفجر كل إحباطاته المكبوتة وكانت سنواته القليلة التي تلت ذلك بمثابة سقوط مستمر أضحى سلوكه خلالها معوجا مما أدى إلى إدمانه للمخدرات وإفراطه في التدخين لم يكمل برانت دراسته وأخذ ينتقل بلا هدف من وظيفة إلى أخرى بنظام الدوام الجزئي وعلى الرغم من أن صحته كانت تسوء بشكل دائم فإنه قد اختار تجاهل هذا الأمر حتى كانت تلك الليلة المشؤومة التي صرخ جسده فيها قائلا كفا ومن خلال ما أتيح له من وقت للتأمل والتفكير وصل إلى هذه النتيجة الهامة للغاية واعترف لنفسه قائلا إنني أنا الذي تسبت في حدوث هذا لي بسبب ما أخذته من خيارات سيئة على مر سنوات وكان قراره الجديد هو لن أكرر ذلك ثانية أريد أن أحيا حياة جديدة وبشكل تدريجي أصبح برانت أكثر قوة وتحسنت حالته ثم غادر المستشفى أخيرا شاعرا كأنه أسير يفك عن أسره وبعد ذلك مباشرة قام بوضع خطة عمل إيجابية لتحسين حياته فقام أولا بالاشتراك في أحد برامج اللياقة البدنية وكان أحد أهدافه الأولية أن يفوز بقميص يمنح لكل مشترك يكمل 12 جلسة في هذا البرنامج وقد استطاع تحقيق ذلك وبعد ثلاث سنوات أصبح مدربا للأيروبيكس وعند هذه النقطة كان حجر الأساس لانطلاقته قد تم إرساؤه وبعد ذلك بخمس سنوات اشترك في البطولة الوطنية للأيروبيكس وفي غضون ذلك كله قرر أن يكمل مشواره الدراسي فأتم أولا دراسته الثانوية ثم التحق بالجامعة وبدأ يواصل دراسته بها بنجاح مسددا نفقاته مما يكسبه من عمله وكانت الخطوة التي تلت ذلك أن قام هو وصديق له بتأسيس شركة تصنيع خاصة بهم أطلق عليها اسم تايفون سبورتسوير المحدودة تخصصت في إنتاج الملابس لمتاجر البيع بالتجزية وقد احتفلت هذه الشركة مؤخرا والتي كانت قد بدأت بأربعة موظفين فقط بذكرى مرور خمسة عشرة عاما على تأسيسها واليوم أصبحت هذه الشركة مؤسسة ضخمة يبلغ حجم تعاملاتها ملايين الدولارات ويعمل بها 66 موظفا كما تمتلك شبكة توزيع دولية تعمل من خلالها في توزيع منتجات عملائها من كبريات الشركات مثل شركة نايكي وهكذا نجد أنه من خلال قراره بأخذ خيارات أفضل واكتساب عادات أفضل استطاع براند فوري أن يغير حياته ويعيدها إلى مسارها الصحيح ليتحول من لا شيء في الأمس إلى بطل في اليوم أليست هذه قصة ملهمة؟ إن الشيء المهم الذي يجب أن تعرفه هو أن الحياة ليست فقط ما يقع لك من أحداث فالمسألة كلها تتعلق بما تأخذه من خيارات وبالكيفية التي تستجيب بها لكل موقف تتعرض له فإذا كنت تسيء الاختيار بصورة مستمرة فستحل عليك الكوارث والمشكلات في أغلب الأحوال إن خياراتك اليومية تحدد بشكل أساسي ما إذا كان سينتهي بك الحال إلى العيش في سعادة ورغد أم في فقر وشقاء ومع ذلك فالحياة لا تغلق أبواب الفرص تماما أبدا إن الخيارات السليمة التي تقوم على مدى ثابت هي التي تضع الأساس لما تكتسبه من عادات كما سوف تعرف في الصفحات القليلة القادمة كما أن عاداتك تلعب دورا رئيسيا في الكيفية التي يتكشف بها مستقبلك وتتضمن هذه العادات تلك التي تبديها في العمل كل يوم كما تتضمن تلك المجموعة المتنوعة من السلوكيات التي تبدو بغضوح في حياتك الشخصية وسوف تجد على صفحات هذا الكتاب من الاستراتيجيات ما يمكن تطبيقها في كل من العمل والبيت على حد سواء ومهمتك هي أن تلقي نظرة عليها جميعا وتتخير منها للتطبيق ما سوف يعود عليك بأعظم نتائج وبالمناسبة فكل هذه الاستراتيجيات تعمل بنجاح للرجال والسيدات على حد سواء إذ إنها لا تختص بأحد الجنسين دون الآخر فإذا لم تكن قد لحظت فاعلم أن النمو السريع الذي تحققه سيدات الأعمال أصبح واحدا من أكثر التطورات إثارة في عالم التجارة اليوم وقد قمنا في هذا الفصل بعرض وتوضيح أهم العناصر والنقاط المتعلقة بالعادات في البداية سوف تكتشف الكيفية التي تعمل بها العادات وبعد ذلك سوف تعرف كيف تحدد العادات السيئة وكيف تقوم بتغييرها وهذا كله سوف يمكنك من مراجعة وتفحص العادات المحددة الخاصة بك ومن تحديد غير المثمرة منها وأخيرا سوف نعرض لك المعادلة الفريدة التي أطلقنا عليها اسم معادلة العادات الناجحة وهي عبارة عن استراتيجية بسيطة ولكنها فعالة سوف تساعدك على أن تحول عاداتك السيئة إلى عادات ناجحة إن استخدام هذا الأسلوب سوف يضمن أنك ستظل مركزا على ما يحقق النجاح بدلا من التركيز على ما لا يحققه الناجحون لديهم عادات ناجحة أما غير الناجحين فلا كيف تعمل العادة عاداتك تحدد ملامح مستقبلك ما هي العادة؟ هي ببساطة ذلك الشيء الذي تفعله كثيرا حتى يصبح أمرا سهلا أو بعبارة أخرى هي السلوك تداوم على تكراره فإذا ما داومت بإصرار على اتباعي سلوكا جديد فإن إتيانه يصبح أمرا لا إراديا في آخر الأمر على سبيل المثال إذا كنت تتعلم قيادة سيارة بها مبدل سرعة من النوع المعتاد فعادة ما تكون الدروس القليلة الأولى دروسا شيقة ويكون من أكبر التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة هو معرفة كيف تقوم في نفس الوقت أحيانا بالضغط على الدبرياج بقدم وعلى دواسة البنزين بالقدم الأخرى حتى يمكنك تغيير السرعة بسلاسة وهدوء فإذا ما رفعت قدمك من على الدبرياج بسرعة شديدة فإن السيارة سوف تتوقف فجأة كما أنك إذا ضغطت بشدة على دواسة البنزين دون أن ترفع قدمك من على الدبرياج فسوف يعلو صوت محرك السيارة محدثا صخبا شديدا ولكن السيارة لن تتحرك وأحيانا تجد السيارة تقفز كحيوان الكنغر حيث تندفع للأمام ثم تقف فجأة ويتكرر ذلك بينما يحاول السائق الجديد جاهدا أن يصل إلى حالة من التوافق في تعامله مع الدواسات ومع ذلك فمع الممارسة تصبح عملية تغيير السرعة في النهاية أمرا سلسا ولن تشغل بالك بها بعد ذلك مطلقا يروي لنا لسيوت من وقع خبرته العملية نحن جميعا أسرى للعادة إذ تحكمنا عادات ثابتة فمثلا هناك تسع إشارات للمرور موجودة على طول طريق عودتي من العمل إلى المنزل بالسيارة كل يوم وفي أغلب الأحوال عندما أصل إلى المنزل لا أتذكر مروري بأي منها وكأنني كنت أقود غير مدركا لما حولي فإذا ما طلبت مني زوجتي إحضار شيئا ما وكان هذا يقتضي أن أحيد عن طريقي المألوف فمن المعتاد بالنسبة لي نسيان الأمر كلية وذلك لأنني قد برمجت نفسي على أن أسلك نفس الطريق إلى المنزل كل مساء الأخبار الرائعة هي أنه يمكنك أن تعيد برمجة نفسك في أي وقت تختاره لعمل ذلك وهذا أمر من المهم أن تعرفه إذا كنت تكافح على المستوى المالي لنقول أنك تريد أن تكون مستقلا ماليا أليس من المعقول إذن أن تراجع عاداتك في كسب المال؟ هل أنت معتاد على أن تدفع الراتب لنفسك أول كل شهر؟ هل تقوم باستمرار بالدخار واستثمار عشرة في المائة على الأقل من دخلك كل شهر؟ إن إجابتك ستكون إما بنعم وإما بلا وعلى الفور سيكون بإمكانك أن تعرف ما إذا كنت تسير في الاتجاه الصحيح أم لا والكلمة الأساسية هنا هي الاستمرارية أو المداومة وهذا معناه أن ما تقوم به يتكرر كل شهر بلا انقطاع وهذا يعتبر عادة جيدة غير أن معظم الأشخاص الذين لا يأخذون المسألة مأخذ الجد عندما يتعلق الأمر بزيادة أموالهم إذ تتسم تصرفاتهم في هذا الصدد بعدم الثبات أو المداومة افترض أنك بدأت برنامجا للإدخار والاستثمار وأنك طوال شهور الستة الأولى منذ بدايته اجتهدت لتدخر عشرة في المائة من دخلك كل شهر وفقا للخطة التي قمت بوضعها لذلك ثم يحدث أن تأخذ هذا المبلغ الذي ادخرته على مدى تلك الشهور الستة لتنفقه في العطلة التي قررت أن تأخذها وتقول لنفسك إنك سوف تقوم بتعويضه في الشهور القليلة القادمة وبالطبع لا تنجح في ذلك وهكذا تجد أن برنامج الاستقلال المالي الذي وضعته لنفسك قد انهار قبل أن يقف على قدميه حتى وبالمناسبة هل تعرف كيف أنه من السهل جدا أن تصبح آمنا من الناحية المالية فبداية من سن الثامنة عشرة إذا ما قمت باستثمار 100 دولار شهريا بفائدة مركبة قدرها 10% سنويا فسوف يصبح لديك ما يزيد على 1.1 مليون دولار كأموال مدخرة وأنت في سن الخامسة والستين وحتى إذا بلغت الأربعين ولم تكن قد بدأت القيام بذلك فلا يزال هناك أمل في الوصول إلى نفس النتيجة على الرغم من أن ذلك سوف يقتضي أن تتدخر أكثر من دولار واحد يوميا وهذا معناه أن عليك أن تتبع ما يسمى سياسة الاستثناءات أو بعبارة أخرى أن تتعهد بالالتزام تجاه مستقبلك المالي الأفضل وذلك على أساس يومي لا تحيد عنه إن هذه السياسة وما تستوجبه من التزام هما ما يفرقان بين من يمتلكون ومن لا يمتلكون الثروات في الفصل التاسع اتخاذ إجراء حاسم سوف تعرف المزيد عن تكوين الثروات لننظر إلى موقف آخر فإذا كان الإبقاء على صحتك في حالة جيدة هو أحد البنود التي تأتي على رأس قائمة أولوياتك فإن ممارسة التمرينات الرياضية ثلاث مرات أسبوعيا يمكن أن يكون هو الحد الأدنى المقبول الذي يبقيك في حالة جيدة ويجعل قوامك جيدا إن سياسة لا استثناءات ها هنا تعني أنك سوف تجعل ممارسة التمرينات الرياضية عادة تحافظ عليها وتتمسك بها مهما يحدث وذلك لأنك تقدر فوائدها على المدى الطويل والأشخاص الذين لا يتعاملون مع فكرة التغيير بالجدية المطلوبة سوف يتوقفون عن ممارسة التمرينات الرياضية بعد أسابيع أو شهور قليلة من بداية ممارستها وعادة ما تجد أن لديهم قائمة طويلة من الأعذار لشرح أسباب عدم نجاح الأمر معهم فإذا أردت أن تنأى بنفسك عن هذا الجمع الحاشد من ذوي الأعذار وأن تحظى بأسلوب حياة فريد فعليك أن تعي المقولة التالية جيدا إن عاداتك سوف تحدد ملامح مستقبلك وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية وتذكر أن الأشخاص الناجحين لا يبلغون القمة في وثبة واحدة فإنجاح الأمور يقتضي العمل المركز والانضباط الشخصي والكثير من الطاقة والنشاط في كل يوم وعلم جيدا أن العادات التي سوف تكتسبها من الآن فصاعدا تحدد بشكل أساسي الكيفية التي ستحقق بها مستقبلا ناجحا وسواء كنت ستحيا غنيا أو فقيرا معافا أو معتل الصحة راضيا بما حققته من آمال أو صاخطا لإغفاقاتك سعيدا أو شقيا فهذا خيارك أنت فاختر بحكمة وتعقل عاداتك تحدد نوعية الحياة التي تعيشها يهتم الكثير من الأشخاص اليوم بأسلوب حياتهم وأصبح من الأشياء المألوفة الآن سمعوا عبارات مثل إنني أتطلع إلى حياة أفضل أو أريد تبسيط حياتي ليس أكثر ويبدو أن الاندفاع المحموم سعيا وراء تحقيق النجاح المادي وكذلك كل المباهج والمظاهر التي تحيط بالحياة الناجحة المزعومة لم تعد أمورا كافية وأصبح الثراء الحقيقي لا يعني مجرد الاستقلال المالي وإنما اتسعى مفهومه ليشمل تكوين علاقات طيبة ونبيلة مع الآخرين والاعتناء بصحتك وكذلك الاستمتاع بإحداث توازن رائع بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية وتغذية الروح أو النفس هي مطلب أساسي كذلك وهي عملية لا تعرف النهاية وتستلزم وقتا لسبر أغوارها وتوسيع دائرتها وكلما زاد ما تعرفه عن نفسك كيف تفكر وكيف تشعر وما هي غايتك الحقيقية وكيف تريد أن تحيا ازدادت حياتك تدفقا وبدلا من مجرد الكد والاجتهاد في العمل بصورة مفرطة سوف تبدأ في أخذ خيارات أفضل معتمدا على الحدس وعلى معرفة غريزية بالأشياء الصحيحة التي يجب فعلها إن هذا المستوى الأعلى من الإدراك هو الذي يحدد نوعية الحياة التي تعيشها كل يوم وفي الفصل العاشر العيش من أجل تحقيق غاية محددة سوف نعرض لك نظاما فريدا سوف يجعل كل هذه الأمور ممكنة بالنسبة لك ويا لها من طريقة مثيرة للحياة في العادة لن تظهر نتائج عاداتك السيئة في حياتك إلا متأخرة جدا من فضلك تأكد من أنك يقضا حقا قبل أن تقرأ الفقرتين التاليتين وإذا لم تكن كذلك فقم برش وجهك بقليل من الماء البارد حتى لا يفوتك إدراك أهمية هذا المفهوم الأساسي أصبح عدد الأشخاص الذين يعيشون حياتهم بحثا عن إشباع وقتي لرغباتهم أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى وهؤلاء يقدمون على شراء أشياء لا يقدرون على تحمل أثمانها في حقيقة الأمر ويقومون بتأجيل دفعها إلى أقصى موعد ممكن ومن الأشياء التي يقومون بشرائها السيارات والأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وأجهزة التسلية أو حتى أحدث لعبة للأطفال وهذا على سبيل المثال للحصر والأشخاص الذين لديهم هذه العادة يتملكهم طوال الوقت شعورا بأنهم في منافسة مع الآخرين على شراء الأشياء وبالطبع فهم يريدون التفوق في هذه المنافسة بشراء أشياء أكثر وبالتالي فالثابت لديهم أن هناك مبلغا عليهم سداده مع مقدم كل شهر وغالبا ما يؤدي هذا إلى أن يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى زيادة ساعة العمل الخاصة بهم أو إلى الاشتغال في وظيفة إضافية لمجرد إشباع رغباتهم وتحقيق غاياتهم مما يولد مزيدا من الضغوط وإذا كانت نفقاتك تتجاوز دخلك باستمرار ووصل هذا الأمر إلى أقصى درجة فالنتيجة النهائية التي ستواجهها هي ما يطلق عليه الإفلاس فعندما تكتسب عادة سيئة مزمنة فالحياة سوف توافيك بنتائج ذلك في آخر الأمر وقد لا تروقك هذه النتائج ولذلك فإن الشيء الذي أنت بحاجة إلى فهمه حقا هو أن الحياة سوف تظل توافيك بالنتائج وسواء كان ذلك يعجبك أم لا فليست هذه هي القضية فالحقيقة هي أنك إذا ما داومت على فعل الأشياء بطريقة محددة فسوف تحصل دائما على نتيجة يمكن التنبؤ بها وهكذا نصل إلى أن العادات السلبية تجلب نتائجا سلبية بينما تجلب العادات الناجحة نتائجا إيجابية وتلك هي الطريقة التي تسير بها الحياة والننظر إلى بعض الأمثلة القليلة الأخرى مثلا إذا كنت تريد أن تحظى بعمر مديد فإنه يتعين عليك اتباع عادات صحية وتعود على تناول الغذاء الجيد وممارسة التمرينات الرياضية وكذلك القيم ببحث ودراسة موضوع طول العمر هذا هي أمور تلعب دورا مهما في هذا الصدد فما هو واقع الأمر إذن إن الواقع يخبرنا أن معظم السكان في العالم الغربي وزنهم زائدا عن الحد المعقول كما أنهم مقلون في ممارسة التمرينات الرياضية علاوة على أنهم يعانون من نقص التغذية فكيف تفسر ذلك؟ مرة ثانية إنه موقف الحياة لحظة بلحظة أو الحياة من أجل اللحظة الراهنة فقط الذي يتخذه هؤلاء الأشخاص بلا تفكير أو بقليل من التفكير في عواقب ذلك في المستقبل وهناك الكثير الذي يمكن قوله في معرض الحديث عن الصحة من بين ذلك مثلا أن العمل 14 ساعة يوميا سبعة أيام كل أسبوع سوف يؤدي إلى هلاكك لا محالة كذلك فأنت عندما تعتاد يوميا على المأكولات السريعة أو الأغذية غير الصحية التي تتناولها على عجل بالإضافة إلى نسبة الكوليسترول فإن ضغوط الحياة اليومية بالإضافة إلى نسبة الكوليسترول العالية التي حصلت عليها من هذه الأطعمة سوف يزيدان من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وهذه عواقب تهدد الحياة وعلى الرغم من ذلك يتجاهل الكثيرون ما هو واضحا وجليا أمامهم وينضون قدما في بهجة ومرح دون أن ترهبهم أو تروعهم حقيقة أن أزمة خطيرة ربما تلوح هناك من أحد الأركان القريبة تأمل علاقات الأشخاص بعضهم ببعض الزواج مثلا وهو أحد أهم هذه العلاقات يعد الآن في مأزق خطير بعد أن أصبح خمسين بالمائة تقريبا من عدد الزيجات ينتهي بها الأمر إلى الطلاق فإذا كنت معتادا على أن تضن بوقتك وطاقتك وحبك على أكثر علاقاتك أهمية فكيف تتوقع نتيجة سعيدة؟ وعندما يتعلق الأمر بالمال فإن عاداتك السيئة ربما تؤدي بك إلى الدوران في حلقة لا نهاية لها من العمل في سنوات كبرك وهو الوقت الذي يكون من الأفضل أن تستمتع فيه بمزيد من الراحة والمتعة والآن إليك بعض الأخبار الجيدة حقا بمقدورك أن تحول العواقب السلبية إلى مردودات إيجابية ببساطة عن طريق تغيير عاداتك الآن اكتساب عادات ناجحة مسألة تحتاج إلى وقت كم من الوقت يلزم لتغيير إحدى العادات؟ إن أكثر إجابات شيوعا على هذا السؤال هي ما يقرب من 21 يوما أو من 3 إلى 4 أسابيع وربما يكون هذا صحيحا فيما يختص بإدخالك تعديلات بسيطة على سلوكك إليك مثالا شخصيا يروي لنا لسيويت من واقع خبرته العملية أتذكر أنني كنت أفقد مفاتيحي يوميا على أساس منتظم ففي نهاية كل يوم كنت أوقف السيارة في الجراش ثم أخطو نحو المنزل وبمجرد دخولي كنت ألقي بمفاتيحي لتستقر في أي موضع يتصادف أن تسقط فيه وفي صباح اليوم التالي أكون متوجها إلى أحد الاجتماعات وبالطبع لا أستطيع الاثور على المفاتيح وبينما تبدأ لعبة للبحث عنها يتزايد شعوري بالقلق والتوتر بشكل ملخوظ وبعد أن يتم الاثور عليها في آخر الأمر أتوجه مسرعا إلى الاجتماع الذي أصله متأخرا 25 دقيقة وبحالة لا يمكن أن توصف أبدا بالإيجابية أو التفاوض كان حل هذه المشكلة المتكررة بسيطا ففي أحد الأيام قمت بتثبيت قطعة من الخشب في الحائط المواجه لباب الجراش وقمت بتثبيت خطافين في هذه القطعة الخشبية ووضعت فوقها لافتة كبيرة كتبت عليها شماعة المفاتيح وفي مساء اليوم التالي لذلك دخلت إلى المنزل مارا بذلك الموضع الجديد الذي أعددته لتعليق المفاتيح غير أنني لم أره أو ألتفت إليه وقمت بإلقاء المفاتيح في أحد الأركان البعيدة في إحدى الحجرات لماذا؟ لأن ذلك هو ما كنت أفعله دوما وقد استغرق الأمر ما يقرم من ثلاثين يوما أجبرت نفسي خلالها على تعليق المفاتيح على الحائط وذلك قبل أن يتلقى عقلي الرسالة التي تقول أعتقد أننا نقوم بفعل شيء مختلف الآن وأخيرا اكتسبت عادة جديدة ولم أعد أفقد مفاتيحي بعد ذلك أبدا غير أن تدريب نفسي على ذلك الشيء الجديد قد اقتضى جهدا جديرا بالاعتبار وكما نعرف فإن ممارسة أي عادة جديدة يعد أمرا طبيعيا في البداية ولكن المدهش هو أنه بعد ممارسة أي عادة جديدة لمدة تتراوح بين 21 يوما و30 يوما فإن عدم ممارستها يصبح أكثر صعوبة من ممارستها أو بعبارة أخرى فإن الإقلاع عنها يصبح أصعب من القيام بها وبناء على ذلك فقبل أن تستطيع أن تغير إحدى عاداتك فأنت بحاجة أولا إلى أن تعرف منذ متى قد اكتسبتها فمثلا إذا كنت تقوم بعمل شيء ما بصورة متكررة لمدة 30 عاما فربما لا تكون قادرا على الإقلاع عنه في أسابيع قليلة وبالتالي فعلينا أن نسلم بحقيقة أن العادة الراسخة بشدة تكون عميقة الجذور وأن الإقلاع عنها أمر شاق للغاية وهو أشبه بالتعامل مع نسيج تشابكت خيوطه ومحاولة فصل هذه الخيوط المتشابكة لتحويلها إلى حبل مفتول قوي والأشخاص الذين يدخنون منذ فترة طويلة للغاية يعرفون مدى صعوبة التخلص من إدمان نيكوتين وكثيرون منهم لا يفرحون في ذلك أبدا رغم الدليل الدامغ الذي يثبت أن التدخين من الممكن وبصورة خطيرة أن يدي بحياتهم كذلك فالأشخاص الذين ينظرون إلى أنفسهم نظرة دونية ولهم تاريخا طويلا في ذلك لن يكون بمقدورهم أن يتحولوا إلى أشخاص شديد الثقة بأنفسهم وقادرين على مواجهة الحياة بتحدياتها المختلفة في 21 يوما فقط فقد يقتضي الأمر عاما أو أكثر حتى يستطيع هؤلاء استعادة الثقة والإيمان بأنفسهم والنظر إلى ذواتهم باحترام وإيجابية إن هذه التحولات الهامة من الممكن أن تؤثر على كل من حياتك المهنية والشخصية على حد سواه وهناك عامل آخر فيما يتعلق بتغيير العادات وهو احتمال عودتك إلى أسليبك القديمة وهذا يمكن أن يحدث عندما تزداد حدة الضغوط أو عند حدوث أزمة غير متوقعة فقد لا تكون العادة الجديدة قوية بما يكفي لمقاومة مثل هذه الظروف ويصبح الأمر عندئذ متطلبا مزيدا من الوقت والطاقة والجهد ومن الجديد بالذكر هنا أن رواد الفضاء يستخدمون قائمة مراجعة لكل إجراء على حدة وذلك من أجل ضمان الثبات على كافة المستويات للحصول على نتائج نفسها في كل مرة يمكنك أنت الآخر أن تضع لنفسك نظاما مشابها آمنا من الفشل إن هذا الأمر يقتضي مجرد الممارسة وكما سوف ترى بعد قليل فإنه يستحق الجهد والعناء المبذولين في سبيله تخيل لو أنك قمت بتغيير أربع عادات فقط كل عام فبعد خمسة أعوام فقط من الآن تكون قد اكتسبت عشرين عادة إيجابية جديدة والآن إلى المسألة الهامة هنا هل عشرون عادة إيجابية جديدة يمكن أن يكون لها آثرا ملحوظا على ما تحققه من نتائج؟ بالطبع نعم فبإمكان عشرين عادة ناجحة أن تدر عليك كل ما تريده أو تحتاجه من مال وأن توفقك إلى إقامة علاقات جميلة ورائعة مع الآخرين وأن تجعلك تحظى بجسد أكثر صحة وطاقة ونشاطا هذا بالإضافة إلى أنها سوف تتيح أمامك كل أشكال الفرص الجديدة ماذا إذن لو اكتسبت أكثر من أربعة عادات جديدة كل عام؟ فكر في الاحتمالات ما يقرب من تسعين بالمات من سلوكياتنا المعتادة تعتمد على العادات كما أشرنا سابقا فالكثير من أنشطتنا اليومية هي ببساطة أعمالا روتينية فمنذ اللحظة التي تنهض فيها من فراشك في الصباح حتى اللحظة التي تأوي فيها إلى فراشك في الليل هناك مئات الأشياء تقوم بفعلها بطريقة نفسها كل يوم وهذه الأشياء تضم الطريقة التي ترتدي بها ملابسك كل يوم وتستعد بها ليومك وتتناول بها إفطارك وتطالع بها الجريدة وتغسل بها أسنانك وتقود بها سيارتك إلى عملك وتلقي بها التحية على الآخرين وترتب بها مكتبك وتحدل بها مواعيدك وتعمل بها على المشروعات والمهام وتحضر بها الاجتماعات وتجيب بها على الهاتف وهل مجرة فإذا كنت تقوم بفعل هذه الأنشطة نفسها منذ سنوات فإن لديك مجموعة من العادات الراسخة بشكل قوي تؤثر فيه وتحيط بكل جانب من جوانب حياتك بما فيها عملك وأسرتك ودخلك وصحتك وعلاقاتك وغير ذلك الكثير ومجموع هذه العادات يحدد الطريقة التي تسير بها حياتك ببساطة فهذا هو السلوكك المعتاد وبحكم أننا أسرى للعادة فجميع تصرفاتنا قابلة لأن يتنبأ بها بذرجة كبيرة وهذا أمر طيب في كثير من الجوانب لأنه مثلا قد يجعل الآخرين يرون أننا أشخاصا يمكن الوثوق بهم والاعتماد عليهم وأننا نتسم بالاستقامة والثبات على المبدأ من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الأشخاص الذين يصبوا التنبؤ بتصرفاتهم لديهم عادة هم الآخرون وهي التقلب وعدم الثبات ومع ذلك ورغم هذا القدر الهائل من الروتين في حياتنا فإننا جميعا نصل إلى حالة من الرضى الذاتي وتصبح الحياة مملة ونرضى بأقل مما نحن قادرون على تحقيقه وفي الحقيقة فكثير من الأنشطة التي تشكل سلوكا اليومي المعتاد نقوم بإنجازها بشكل لا شعوري بدون تفكير والآن إليك النقطة الأساسية إن سلوكك اليومي المعتاد له علاقة كبيرة بالنتائج التي تحققها في حياتك فإذا لم تكن سعيدا بهذه النتائج فثمت الشيء يجب تغييره الجودة ليست إجراء يتخذ ولكن عادة تتبع متى تم اكتساب عادة جديدة بصورة حسنة فإنها تصبح سلوكك المعتاد الجديد هذه أخبار عظيمة فعن طريق اتباعك سلوكا جديدا جنبا إلى جنب مع اتباعك سلوكك الحالي فإنه يمكنك أن تصل إلى طريقة جديدة تماما لإنجاز الأمور وهذا السلوك المعتاد الجديد يصبح بعد ذلك المستوى الجديد من الأداء والإنتاجية الخاصة بك بعبارة أخرى فإنك ببساطة تدأ في استبدال عاداتك السيئة القديمة بأخرى جديدة ناجحة على سبيل المثال فإذا كنت دائما ما تصل إلى الاجتماعات متأخرا فإنك ستتعرض لضغوط شديدة على الأرجح وسوف تشعر بأنك لم تقم بالتحضير الجيد لهذه الاجتماعات ولكي تحسن هذا الأمر خذ على نفسك عهدا بأنك سوف تصل مبكرا عشر دقائق إلى كل موعد في خلال الأسابيع الأربعة القادمة فإذا قمت بتدريب نفسك على إتمام هذه العملية فسوف تلاحظ أمرين 1- سوف يكون الأسبوع الأول شاقا أو الأسبوعان الأول والثاني في الحقيقة فقد تحتاج إلى أن تخاطب نفسك بقليل من الأحاديث المشجعة حتى تحافظ على مسارك السليم 2- كلما وصلت في الموعد المحدد مرات كثيرة أصبح ذلك أكثر سهولة إلى أن يتحول في يوم ما إلى سلوك معتاد إن الأمر يشبه إعادة البرمجة 3- وسوف تكتشف أن فوائد البرنامج الجديد تفوق بكثير النتائج البرنامج القديم 4- ومن خلال تحسين سلوكا واحدا في كل مرة بصورة نظامية تستطيع بشكل هائل أن تحسن أسلوب حياتك ككل 5- بما في ذلك صحتك ودخلك وعلاقاتك والوقت الذي تضيعه بعيدا عن العمل للراحة والمتعة يروي لنا مارك من واقع خبرته العملية لدي صديق في الخمسينات من عمره استطاع أن يغير 24 عادة تتعلق بتناول الطعام في خلال عامين وقبل أن يقرر إحداث هذا التغيير كان يعاني حالة من التعب وكان وزنه زائدا عن الحد المعقول كما كان لديه قدرا قليلا من الطاقة والنشاط وعلاوة على ذلك فقد كان يفتقر إلى الحافز للعمل كانت عاداته السيئة تتضمن الإفراط في تناول الحلوى والأغذية السريعة وكذلك الإفراط في تناول القهوة ثم قرر أن يتغير كانت عملية التغيير طويلة وتطلبت الكثير من ضبط الذات ولكنه استطاع بمساعدة خبيرا ممتازا في التغذية ومدربا شخصي لللياقة البدنية أن يحدث تحولا كاملا فلم يعد يفرط في تناول القهوة ولم يعد يجد صعوبة في تجنب الحلوى كما أصبح يتناول مقدارا أقل من الطعام المتوازن بشكل جيد والذي يمكن أن يمده بأقصى طاقة ممكنة وعلاوة على ذلك فقد أصبح متحمسا للعمل وواثقا من نفسه طوال الوقت فإذا كان بمقدور الآخرين إحداث تغييرات مهمة فلماذا لا يكون بمقدورك أنت؟ تذكر أن شيئا لا يتغير حتى تتغير أنت فتقبل فكرة التغيير باعتباره محفزا إيجابيا سوف يعطيك مزيدا من الحرية والطمأنينة إذا داومت على القيام بما كنت تقوم به دائما فسوف تحقق ما كنت تحققه دوما كيف تتعرف على العادات السيئة؟ كن مدركا للعادات التي لا تعمل لصالح الكثير مما نمتلكه من عادات وأسليب وكذلك مما لدينا من صفات غير مألوفة وطباع غريبة هي جميعا أشياء غير مرئية وهذا هو ما دفع المؤلف الشهير أوليفر ويندل هولمز إلى التعليق على ذلك قائلا نحن جميعا بحاجة إلى أن نتعلم أن نرى الأشياء الواضحة التي لا لبس فيها لذا لننظر عن كثب أكثر إلى العادات التي تعرقل مسيرتك والتي من المرجح أنك تدرك القليل منها بالفعل وفيما يلي بعض العادات الشائعة التي تلقيناها من العملاء في ورش العمل الخاصة بنا عدم إرجاع المكالمات الهاتفية في الوقت المناسب التأخر عن الاجتماعات والمواعيد تواصل أقل من المطلوب بين الزملاء أو طاقم العمل بعضهم ببعض عدم الغضوح بشأن النتائج المتوقعة أو الأهداف الشهرية أو الغايات إلى آخره عدم تخصيص الوقت الكافي للسفر لحضور المواعيد الخارجية عدم التعامل مع الأعمال الورقية وإنجازها بسرعة وفعالية معالجة البريد أكثر من مرة عدم دفع الفواتير في مواعيدها المستحقة مما ينتج عنه مطالبتك بسداد فوائد عن التأخير استمرار عدم ملاحقة حسابات المدينين التي تجاوزت تاريخ الاستحقاق التحدث بدلا من الاستماع نسيان اسم أحد الأشخاص بعد دقيقة واحدة أو أقل من تعرفكما الضغط على زر الإيقاف المؤقت في ساعة منبهة عدة مرات قبل النهوض من الفراش في الصباح العمل لأيام طويلة بدون ممارسة التمرينات الرياضية أو أخذ فترات راحة بصفة منتظمة عدم قضاء وقتا كاف مع أطفالك اتباع برنامجا لتناول الوجبات السريعة من يوم السبت إلى يوم الخميس تناول الطعام في أوقات غير منتظمة من اليوم مغادرة المنزل في الصباح دون أن تعانق زوجتك وأطفالك أخذ هموم العمل معك إلى المنزل أثر ثلاثة الزائدة عن الحد أثناء المحادثات الهاتفية إقامة الحجوزات في اللحظة الأخيرة في المطاعم في المسارح في الحفلات الموسيقية أو من أجل السفر عدم إنجاز الأمور في الوقت الذي وعدت بإنجازها فيه فيما يختص بمطالب الآخرين عدم أخذ وقتا كاف لتحظى فيه بالراحة والمتعة مع أسرتك ومع ذلك لا تخالجك مشاعر الذنب جعل هاتفك المحمول متاحا طوال الوقت الرد على الهاتف أثناء تناول الطعام مع أسرتك الاهتمام بالأشياء البسيطة وخصوصا صغائر الأمور التي أنت بحاجة إلى تخلص منها المماطلة في كل شيء بدأ من حفظ الأوراق في الملفات وانتهاء بتنظيف جراج سيارتك والآن قم بمراجعة لنفسك عن طريق إعداد قائمة تتضمن كل العادات التي تجعلك باستمرار غير منتج خص الساعة أو أكثر حتى يمكنك حقا أن تفكر مليا في هذه العملية وقم بعمل الترتيبات اللازمة التي تضمن أن لا يقاطعك أحدا خلال هذا الوقت إن هذا التمرين جديرا بالاعتبار وسوف يعطيك أساسا قويا لتحسين نتائجك في السنوات المقبلة وفي الحقيقة فإن هذه العادات السيئة أو العقبات التي تقف في طريق تحقيق أهدافك هي نقطة الانطلاق نحو نجاحك في المستقبل وبالتالي يمكننا القول إنه من الصعب أن تكتسب المزيد من العادات المثمرة حتى تدرك بوضوح ما الذي يعرقل مسيرتك وسوف تعرض لك معادلة العادات الناجحة في نهاية هذا الفصل طريقة عملية لتحويل عاداتك السيئة إلى استراتيجيات ناجحة وهناك طريقة أخرى يمكنك بها أن تحدد سلوكك غير المثمر وهي أن تطلب التقييم من الآخرين تحدث إلى أشخاص تكن لهم الاحترام والإعجاب ويعرفونك جيدا وقم بسؤالهم عما يلاحظونه بشأن عاداتك السيئة وابحث في ردودهم عن الأشياء الثابتة التي قالها الجميع عنك فمثلا إذا تحدثت إلى عشرة أشخاص وأجمع ثمانية منهم على أنك لا تقوم أبدا بإرجاع المكالمات الهاتفية في الوقت المناسب فانتبه وتذكر هذا الأمر إن سلوكك الظاهري هو المرآة التي ترى فيها الحقيقة بينما تصورك الباطني عن هذا السلوك لا يكون إلا وهما في أغلب الأحيان فإذا كنت منفتحا لكل ما تتلقاه من الآخرين من تقييم جيد أمين لسلوكك فسوف يكون بمقدورك القيام بعمل التعديلات المطلوبة بشكل سريع والتخلص من العادات السيئة بصورة دائمة عاداتك ورؤيتك لذاتك هما نتاج بيئتك هذه رؤية نافذة غاهة في الأهمية إذ يجب عليك أن تدرك أن الأشخاص الذين تحيا بينهم وتخالطهم وكذلك البيئة التي تعيش فيها كليهما يؤثر بقوة فيما تفعل فشخص تربى ونشأ في بيئة سلبية كان فيها باستمرار عرضة للإساءة البدنية أو اللفظية تكون لديه رؤية للعالم تختلف عن رؤية شخصا آخر تربى ونشأ في أسرة يساندها أفرادها بعضهم بعضا وتشيع فيها مشاعر الحب والدفء والحنان ويصبح لكل منهما مواقفه واتجاهاته التي تختلف عن مواقف واتجاهات الآخر كما يختلف مقدار ما يكنه كل منهما من احترام لذاته إن البيئة الفاسدة غالبا ما تولد في نفوس أبنائها إحساسا بالتفاهة وعدم القيمة وانعدام الثقة بالنفس ناهيك عن مشاعر الخوف مثل هذه الرؤية السلبية للذات إذا ما تكونت لدى الشخص في مرحلة الطفولة وحملها معه إلى مرحلة البلوغ من الممكن أن تولد لديه كل أشكال العادات غير المثمرة متضمنة إدمان المخدرات والنشاط الإجرامي وعدم القدر على اتخاذ مسلكا مهني ثابت كذلك فإن ضغط الند الرغبة في محاكاة الآخرين يقوم بدور مهم في هذا الصدد إما بالإيجاب وإما بالسلب فإذا كنت تخالط أشخاصا دائم الشكوى والتذمر من مدى السوء الذي عليه كل شيء فقد تبدأ في تصديق ما يقولون وعلى الجانب الآخر فإذا كان الأشخاص المحيطون بك أقياء وإيجابيين فمن المحتمل بدرجة أكبر أن ترى أمامك عالما مليئا بالفرص والمغامرات والتجارب المثيرة وفي كتابه الرائع The New Art and Science of Getting What You Want يشرح لنا مؤلفه هاري إيلدر هذا الأمر بوضوح أكثر حيث يقول حتى التغييرات طفيفة في درجة إيمان الشخص بذاته سوف تؤدي إلى حدوث تغييرات مذهلة في السلوك والأداء وهذا أمر يمكن رؤيته بوضوح أكثر عند الأطفال منه عند الكبار وذلك لأن الأطفال آشد تأثرا بالإيحاء وأكثر حساسية فيما يتعلق بتغيير المعتقدات ولذلك إذا اعتقد الأطفال مثلا أن مستواهم جيد في إحدى الرياضات أو مادة دراسية معينة فسوف يؤدون فيها بشكل أفضل بالفعل وهذا الأداء الأفضل بدوره سوف يدعم ذلك الاعتقاد الذاتي الذي تنامى وتزايد بداخلهم وبالتالي فإنهم سوف يواصلون العمل من أجل التفوق وفي حالات قليلة نادرة يكون لدى الشخص أعتقادا ذاتيا طاغ يجعله يقول لنفسه دائما إنني لست بارعا في أي شيء على الإطلاق وهذا الاعتقاد سوف يكون له تأثيرا مدمرا في أي شيء يحاول أمثال هذا الشخص إنجازه هذا إذا ما أزعج أنفسهم بالمحاولة في الأصل ولكن الأمر الأكثر شيوعا هو أن يكون لدى الشخص مزيجا من المعتقدات الشخصية البعض منها يكون إيجابيا أو بناءا والبعض الآخر يكون سلبيا أو هداما فقد نجد على سبيل المثال شخصا لديه نظرة دونية لنفسه أو صورة سيئة عنها في مجال العمل تجعله لا يرى مثلا أنه يصلح لأن يكون مديرا جيدا أو رئيسا أو قائدا ومع ذلك فنفس هذا الشخص قد يرى أنه شخصا طبيعيا أو عادي فيما يتعلق مثلا بممارسة الرياضة أو مخالطة الآخرين أو ممارسة إحدى الهوايات وقد نجد كذلك سيدة تنظر إلى ذاتها نظرة سامية رفيعة فيما يتعلق بالمقدرة أو المهارة المهنية كونها قادرة على أداء وظيفتها بصورة جيدة من الناحية الفنية ولكننا نجدها غير راضية بالمرة عن أدائها في الجانب الخاص من مهنتها بممارسة سياسات العمل الأساليب الملتوية التي يتبعها البعض لتحقيق مكاسب ما والعكس بالعكس وهكذا فكل منا لديه مجموعة متنوعة من المعتقدات الذاتية تغطي كل تلك الجوانب العديدة في عملنا وحياتنا الاجتماعية والعائلية ونحن بحاجة إلى الدقة والوضوح عند قيامنا بتحديد تلك المعتقدات التي تؤثر فيما نقوم بإنجازه إننا نحتاج إلى أن نستبدل المعتقدات الهدامة بمعتقدات بناءة وحتى إذا كنت قليل الحظ بدرجة كافية لتنشأ في بيئة غير مؤاتية فلا يزال بمقدورك أن تحدث التغييرات المطلوبة وقد يقتضي الأمر فقط شخصا واحدا يساعدك على إحداث هذا التحول ويستطيع مدرب ممتاز أو معلم أو محلل نفسي أو شخص قادر على إعطاء نصيحة في أمور العمل أو أحد الأشخاص الإيجابيين ممن يحتذى بهم أن يؤثر بشكل هائل في مستقبلك إن المتطلب الأساسي الوحيد هنا هو أنه يجب عليك أن تلتزم بالتغيير فعندما تكون مستعدا للقيام بذلك سوف يبدأ الأشخاص مناسبون في الظهور لمساعدتك ومن خلال خبرتنا وتجاربنا ثبتت لدينا صحة ذلك القول المأثور الشهير الذي يقول عندما يكون التلميذ جاهزا يظهر الأستاذ كيف تغير العادات السيئة ادرس عادات الأشخاص الناجحين كما أشرنا من قبل فالأشخاص الناجحون قد قاموا باكتساب عادات ناجحة تعلم أن تلاحظ ما هي هذه العادات قم بذراسة الأشخاص الناجحين فإنهم كما يقول جيم رون الخبير المعروف في مجال الأعمال يتركون لنا إشارات وخيوط تساعدنا في التوصل إلى إجابات عما يدور في أذهاننا من أسئلة واستفسارات ماذا لو كان بمقدورك أن تجري مقابلة مع شخصا ناجحا واحدا كل شهر إذا قدر لك ذلك فحاول الاستفادة من مقابلتهم فقم بدعوتهم مثلا إلى الإفطار أو الغداء واطرح عليهم الكثير من الأسئلة الجيدة التي تتعلق بما يتبعونه من أنظمة وما يقومون به من أعمال روتينية وما لديهم من عادات ما الذي يقومون بقراءته ما هي الأندية والجمعيات التي ينتمون إليها كيف يقومون بوضع جدول أعمالهم إنك إذا استمعت إليهم جيدا وقمت بتدوين ملاحظات مهمة فسوف تخرج من الحديث معهم بكنز من الأفكار الفعالة في وقت قصير للغاية وإذا كان مطلبك صادقا فالأشخاص الناجحون بحق يكونون سعداء بنقل أفكارهم إليك إنهم يستمتعون بالفرصة التي تتاح لهم وينتهزونها ليقوموا بدور المعلم لأشخاص مهتمين بشكل صادق بتحسين حياتهم يروي لنا جاك ومارك عندما انتهينا من تأليف الكتاب الأول من سلسلة كتب Checking Soup for the Soul قمنا بسؤال كل من نعرفهم من المؤلفين المشهورين أصحاب الكتب الأكثر مبيعا أمثال باربرا دي أنجليز وجون غري وغيرهم عن الاستراتيجيات المحددة المطلوبة التي تضمن أن يصبح كتابنا من الكتب الأكثر مبيعا وقد كان كل من قمنا بسؤالهم كرماء معنا بما قدموه لنا من أفكار ورؤى وقد فعلنا كل ما أخبرونا به فتعودنا على القيام بإجراء حديث إذاعي واحد كحد أدنى يوميا طوال أيام الأسبوع ولمدة عامين وقمنا بتوكيل مسؤولا عن الدعاية والإعلان كما قمنا بتوزيع خمسة كتب يوميا على النقاد وغيرهم من الذين يمكنهم صياغة آراء يمكن الاستفادة منها كما أعطينا الصحف والمجلات حقوق إعادة الطبع قصصنا مجانا وكذلك قمنا بعمل ندوات تحفيزية لكل الأشخاص المسؤولين عن الترويج لكتبنا باختصار لقد قمنا بالسؤال عن العادات التي ينبغي أن نتبعها لتحقيق أقصى نجاح وقمنا بعد ذلك بوضع تلك العادات في حيز التنفيذ ونتيجة لذلك قمنا حتى الآن ببعيع خمسين مليون نسخة في جميع أنحاء العالم والمشكلة هي أن معظم الأشخاص لا يكلفوا أنفسهم عناء السؤال ولكنهم بدلا من ذلك يسوقون كل أشكال الأعذار والمبررات التي يقنعون أنفسهم أنها تمنعهم من السؤال فيقولون مثلا إنهم مجغولون للغاية أو يعتقدون أن الأشخاص الناجحين لن يكون لديهم الوقت الذي يمنحونه لهم ثم كيف يتأتى أن تجد هؤلاء الأشخاص على أي حال فالأشخاص الناجحون لا يقفون على ناصية كل شارع في انتظار من يجري مقابلة معهم وهذا صحيح ولكن تذكر فما تقوم به هو دراسة لهؤلاء الأشخاص وهذا معناه أنك بحاجة إلى أن تكون واسع الحيلة وإلى توصل إلى طرق تكتشف بها أين يعمل هؤلاء الأشخاص الناجحون وأين يسكنون وأين يتناولون طعامهم وما هي الأماكن المفضلة التي يكثرون من التردد عليها تعامل مع الأمر كأنه لعبة تمارسها وتستمتع بممارستها واللاحظ دائما أن الأمر يستحق ذلك الجهد أو العناء الذي تبذل في الفصل الخامس الذي يركز على عادة تكوين علاقات ممتازة سوف تتعرف على الطريقة التي تجد بها الأشخاص الناجحين القادرين على إعطاء المشورة وكيفية إجراء اتصالا معهم وهناك طريقة أخرى لدراسة الأشخاص الناجحين وهي أن تقوم بقراءة السيارة الذاتية والتراجم الخاصة بهم وهناك المئات منها إنها قصص حقيقية رائعة زاخرة بالأفكار وستجد الكتب التي تتناولها في المكتبات العامة القريبة منك وفي مكتبات بيع الكتب اقرأ أحدها كل شهر وسوف تحصل في خلال عام واحد على أفكار ورؤى أكثر مما يمكن أن يقدمها لك عددا كبيرا من الدورات الدراسية الجامعية كذلك كن متيقظا للأفلام الوثائقية التلفزيونية الخاصة التي تركز الانتباه على الأشخاص الناجحين وهناك عادة أخرى اكتسبناها نحن الثلاث وهي الاستماع إلى الكتب التحفيزية والتعليمية المسموعة أثناء القيادة أو السير أو ممارسة التمرينات الرياضية إنك إذا قمت بالاستماع إلى أحد الكتب المسموعة لمدة نصف ساعة يوميا خمسة أيام كل أسبوع ففي عشر سنوات تكون قد تعرضت لما يزيد على ألف وثلاثمائة ساعة من المعلومات الجديدة والمفيدة وهذه العادة الاستماع إلى الكتب المسجلة على شرائط قد اكتسبها كل الأشخاص الناجحين الذين نعرفهم تقريبا ويقول صديقنا جامرون إذا قرأت كتابا واحدا كل شهر في النشاط أو المجال الذي تعمل فيه ففي عشر سنوات تكون قد قرأت مائة وعشرين كتابا وهو الأمر الذي سوف يجعلك من الصفوة في مجالك وعلى النقيل من ذلك يشير جام بحكمة وتعقل قائلا إن كل الكتب التي لم تقرأها ما كانت لتفيدك قم بمراجعة المحلات المتخصصة التي تقوم ببيع أشرطة الفيديو والكاسيت التي تركز على الانتباه على الأشخاص البارزين في مجال التدريب على التطور الشخصي وكذلك على الرواد في مجال العمال إن كل هذه المعلومات الرائعة قابعة هناك في انتظارك لذا فعليك بالاستفادة منها جيدا وراقب مستوى إدراكك وهو يرتفع نتيجة لذلك وإذا ما قمت بتطبيق ما تتعلمه فسوف يزداد دخلك في القريب العاجل إن الأشخاص الأغنياء بكل ما تحمله الكلمة من معاني يدركون جيدا أن الحياة هي تجربة طويلة من المعرفة والتعلم والحياة لا تتوقف أبدا فتعلم أن تحسن عاداتك باستمرار فهناك دائما مستوى آخر تستطيع الوصول إلي أي أن كان مدى ما أنت عليه من حال طيبة الآن إنك عندما تكافح باستمرار لكي تحسن من ذاتك فإنك تقوم آنذاك بتكوين شخصية لك وتزداد قيمتك على المستوى الإنساني ويصبح لديك المزيد لتقدمه إنها رحلة طويلة موثيرة تؤدي في نهاية المطاف إلى شعور بالرضى والنجاح ولكننا لسوء الحظ نختار أحيانا أن لا نتعلم هذه الدروس إلا من خلال خوض أصعب التجارب يروي لنا لس هل عنيت من قبل من حصوات الكلة؟ إنها ليست بالأمر الممتع كما أنها مثالا جيدا يوضح كيف أن العادات السيئة يمكن أن تجعل حياتك تعيسة بائسة فبعد استشارة الأطباء أصبح من الواضح أن ما أعاني منه قد نشأ في الأصل نتيجة ممارسات لعادات غذائية سيئة وظهرت عواقب ذلك أخيرا في صورة تكون حصوات كبيرة عديدة في الكلة وقد قرر الأطباء أن أفضل طريقة لإزالة هذه الحصوات هو تفتيتها باستخدام أشعة الليزر وهي عملية جراحية تستغرق حوالي ساعة واحدة فقط وعادة ما يشفى المريض بعدها تماما في غضون أيام قليلة وقبل هذا كنت قد خططت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع ولدي في مدينة تورونتو وقمت بالحجز مسبقا للسفر كان ولدي قد أتم عامه التاسع لتوه ولم يكن قد سبق له الذهاب إلى هناك من قبل وكان فريق كرة القدم الذي نشجع سيلعب في نهاية البطولة الوطنية هناك كما أن فريق لوس أنجلس كينز وهو فريق الهوكي الذي يشجعه ولدي سيلعب بعض مبارياته هناك في هذا الوقت وقد قمت بعمل الترتيبات اللازمة وخططت أن نكون على متن الطائرة المتوجهة إلى هناك في صبيحتي يوم الخميس وكنت قد أجريت العملية الجراحية المقررة لي في يوم الأحد من نفس الأسبوع وتصورت أن ذلك سوف يمنحني الوقت الكافي لكي أتعافى قبل مواد السفر ومع ذلك فبعد ظهر يوم الأربعاء السابق للسفر أصابتني نوبة مغص كلوي حادة وانتابتني بعدها آلاما شديدة لمدة ثلاثة أيام لم يكن يسكنها إلا تناول جرعة منتظمة من المورفين وعلى أثر ذلك تبخرت أمام عيني أحلامي بقضاء هذه الرحلة التي كنت سأعدها مفاجأة لولدي مزيد من العواقب الوخيمة ولحسن الحظ فقد قرر الأطباء أن حالتي قد تحسنت بدرجة كافية تمكنني من السفر وصراح لي بمغادرة المستشفى وقد كانت أطلت نهاية الأسبوع رائعة فقد حقق فريقنا في كرة القدم الفوز وشاهدنا مباريات رائعة في الهوكي وعدت أنا وولدي بذكريات ستبقى معنا طوال العمر لقد كدت أن أفقد تلك الفرصة الرائعة بسبب عاداتي السيئة وقد أصبحت الآن شديد التحفز لتجنب المشكلات التي يمكن أن تسببها لي حصوات الكلى في المستقبل فأنا الآن أشرب عشرة أكواب من الماء كل يوم كما أصبحت أتجنب تناول الأطعمة التي تساعد على تكوين الحصوات إنه ثمن قليل أقوم بدفعه وقد نجحت عاداتي الجديدة في جعلي في منأ عن المشكلات حتى الآن إن الهدف من هذه القصة هو أن نوضح كيف أن الحياة سوف تظل دائما توافيك بعواقب ترتبط بتصرفاتك وأفعالك لذا فقبل أن تخدم على اتباع سلوكا معينا أو تشرع في عمل ما عليك أن تنظر إلى الأمام لترى هل ما ستفعله سوف يجري عليك عواقبا سلبية أم سوف تجني من ورائه مميزاتا ومكاسبا محتملة كن واضحا في تفكيرك وقم ببعض البحث واطرح على نفسك أسئلة قبل أن تبدأ في ممارسة أي عادات جديدة إذا فعلت هذا فسوف تحظى بالمزيد من متع الحياة وليأتي عليك وقتا تصرخ فيه مستغيثا طالبا ما تسكن به آلامك الآن وقد أدركت كيف تعمل العادات حقا وكيف تقوم بتحديدها فسوف نختتم حديثنا بأهم جزء فيه وهو كيف تغير عاداتك بصورة دائمة هذه طريقة متدرجة تساعدك على إيجاد عادات أفضل وهي طريقة ناجحة نظرا لبساطتها فأنت لا تحتاج إلى استراتيجيات معقدة ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أي مجال من مجالات حياتك العملية أو الشخصية وهي إذا ما طبقت بصورة ثابتة سوف تساعدك على تحقيق كل ما تريد وهي تتكون من ثلاث خطوات أساسية 1- حدد بوضوح عاداتك السيئة أو غير مثمرة من المهم أن تفكر حقا في عواقب عاداتك السيئة في المستقبل فقد لا تظهر هذه العواقب غدا أو في الأسبوع أو الشهر المقبل فالأثر الحقيقي من الممكن أن يظهر بعد سنوات طويلة وأنت عندما تنظر إلى الأثر المترتب على سلوكك غير المثمر في يوم واحد فقد لا يبدو هذا الأثر سيئا للغاية فالشخص المدخن مثلا يقول ما الضرر من عشر سجائر أدخنها في اليوم إنها تساعدني على الاسترخاء كما أنني لا أجد أي صعوبة في التنفس ولا أسعد ولكن الأيام تمر يوما بعد يوم وتتراكم الآثار والعواقب وبعد عشرين عاما تجد نفسك في عيادة الطبيب وبين يديك صورا بالأشعة تخبرك بالنتائج النهائية السيئة فكر في هذا الأمر إنك إذا قمت باستهلاك عشر سجائر يوميا ولمدة عشرين عاما تكون بذلك قد استهلكت ثلاثة وسبعين ألف سجارة فهل تعتقد أن هذا العدد الهائل من السجائر يمكن أن يؤثر في رئتيك؟ بالطبع نعم وفي الحقيقة فالعواقب يمكن أن تكون مميتة لذلك عندما تتفحص عاداتك السيئة ضعف اعتبارك التأثيرات بعيدة المدى كن أمينا تماما فحياتك قد تكون معرضة للخطر اثنان حدد عاداتك الناجحة الجديدة وهي في أغلب الأحوال نقيض عاداتك السيئة تماما وفي المثال السابق الخاص بالشخص المدخن سوف تكون العادة الجديدة هي التوقف عن التدخين ولكن ما الذي سوف تقوم بفعله حقا حتى تحفز نفسك؟ فكر في كل الفوائد والمميزات التي ستنجم عن اتباع عاداتك الناجحة الجديدة فهذا سوف يساعدك على أن ترسم صورة واضحة لما يمكن أن تقدمه لك هذه العادة من نتائج إيجابية وكلما قمت بتصوير الفوائد بحيوية أكثر ازداد احتمال أن تتخذ إجراء في هذا الصدد وهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه العمل والتنفيذ ففي المثال السابق عن التدخين توجد أمامك اختيارات عديدة فمثلا اقرأ موضوعات تتناول مسألة الإقلاع عن التدخين أو ابدأ برنامج معالجة بالتنويم المغناطيسي أو قم بعمل أي شيء بديل عندما تستيقظ بداخلك الرغبة في التدخين أو ابدأ برنامجا لممارسة التمرينات الرياضية في الهواء الطلق أو استخدم العلاج بشريط النيكوتين اللاصق وابتعد عن الأشخاص المدخنين المهم هو أن تصنع قرارا بشأن أي الإجراءات المحددة سوف تقوم بتنفيذها وفي كل الأحوال فإنه يجب عليك أن تتخذ إجراء ما ابدأ بعادة واحدة تريد حقا أن تغيرها ثم قم بالتركيز على خطوات العمل الثلاثة الفورية التي قمت باتخاذها وقم بوضعها في حيز التنفيذ افعل ذلك الآن وتذكر أن شيئا لا يتغير حتى تتغير أنت خاتمة وهكذا فأنت الآن تعرف كيف تعمل العادات حقا وكيف تقوم بتحديد عاداتك السيئة علاوة على ذلك فلديك معادلة مؤكدة النجاح سوف تساعدك على اكتساب عاداتك الناجحة الجديدة وبدء العمل بها وهذا سوف يعمل جيدا وبصورة متساوية على تحسين عاداتك الخاصة بالعمل وكذلك تلك الخاصة بحياتك الشخصية ونحن نشجعك بالقوة على أن تكمل خطوات العمل كما تم وصفها في نهاية هذا الفصل وعندما تلتزم بالتعامل مع معادلة العادات الناجحة هذه كتابة عندئذ فقط سوف تصبح الفوائد الحقيقية واضحة فالاحتفاظ بالمعلومات في ذهنك فقط أمرا لا يدوم طويلا نحن نريدك أن ترى وتعاين تحولا في نتائجك وفي أسلوب حياتك والفصل القادم سوف يقوم ببناء هذا الأساس القوي وهو يتعلق كله بتركيز قواك فتوقع بعض التجليات والإبداعات الخطيرة استراتيجية التركيز الأولى خطوات العمل ألف أشخاص ناجحون أريد أن أجري مقابلة معهم اعمل قائمة بالأشخاص الذين حققوا نجاحا كبيرا وتكن لهم الاحترام والتقدير اجعل هدفك أن تقوم بدعوة كل منهم إلى الإفطار أو الغداء أو أن تحدد مع كل منهم موعدا في مكتبه تذكر أن تذاهبا لمقابلتهم أن تأخذ معك مفكرة أو مسجلا لتدوين أفضل أفكارهم أو تسجيلها على أشرطة جدول مرفق في الخانة الأولى الإسم وبجانبه بقليل رقم الهاتف وقبل نهاية السطر تاريخ المقابلة السطر الثاني الترقيم واحد اثنان ثلاثة أربع وعلى السطر الخامس خمسة ب معادلة العادات الناجحة انظر إلى المثالين التاليين توجد في كل مثال ثلاثة أقسام ألف ب جيم في القسم ألف قم بتحديد العادة التي تعوقك كتابة كن دقيقا وأنت تفعل ذلك وبعدها فكر في العواقب التي سوف تنجم عن تكرارك لهذا السلوك وذلك لأن كل شيء تفعله أو كل إجراء تتخذه تنجم عنه عواقبا معينة وكما قلنا من قبل فالعادات السيئة السلوك السلبي تولد عواقبا سلبية بينما العادات الناجحة السلوك الإيجابي تجلب الفوائد والمميزات وفي القسم ب قم بتحديد عاداتك الجديدة الناجحة كل ما تحتاج إلى فعله هنا هو أن تقوم بكتابة عكس ما كتبته في القسم ألف فمثلا إذا كانت عاداتك السيئة هي عدم الادخار للمستقبل فمن الممكن أن تكون عادتك الجديدة هي أن تقوم بالدخار عشرة في المائة من دخلك بالكامل وفي القسم جيم قم بسرد خطوات العمل الثلاثة التي سوف تقوم باتخاذها لكي تحول عادتك الجديدة المكتوبة على الورق إلى واقع ملموس وللمرة الثانية كن دقيقا وبعد ذلك حدد تاريخا للبدء ثم انطلق المثال الأول ألف عادة تعوق تقدمي المثال عدم القيام بالادخار أو الاستثمار للمستقبل انفاق دخلي بالكامل العواقب عدم القدرة على التوقف عن العمل في سنوات التقاعد لا مجال للاختيار الفقر ب عادة جديدة ناجحة مثال استثمار عشرة في المائة من دخلي بالكامل الفوائد التحرر من الديون القدرة على اختيار أسلوب حياتي وقت أكثر للراحة الاستقلال المالي جيم خطة عمل من ثلاث خطوات لبدء ممارسة عادتي الجديدة واحد الاستعانة بمخطط مالي ممتاز لمساعدتي على وضع خطة طويلة الأجل اثنان استقطاع نسبة محددة من دخلي كل شهر بشكل تلقائي تذهب إلى حساب الاستثمار الخاص بي ثلاثة اعداد قائمة تشتمل على أوجه الإنفاق والتخلص من النفقات غير الضرورية تاريخ البدء الاثنين الخامس من مارس المثال الثاني ألف عادة تعوق تقدمي مثال السماح للمعاوقات والمقاطعات وكل ما يشتت الانتباه بالتسلل إلى العمل طوال اليوم العواقب عدم إنجاز المهام ذات الأولوية وقت أقل يخصص لأنشطته كسب المال زيادة التوتر والضغوط ساعات عمل أطول تقليل الوقت المخصص للأسرة باء عادة جديدة ناجحة مثال تعيين مساعدا شخصي لتصفية المكالمات الهاتفية غير الضرورية وتقليل المقاطعات والمساعدة في الأعمال الورقية الفوائد القدرة على إنجاز المشروعات وقت أكبر يخصص لأنشطة كسب المال تقليل التوتر والضغوط مزيد من الطاقة والنشاط توازن أفضل بين العمل والمنزل جيم خطة عمل من ثلاث خطوات لبدء ممارسة عادة الجديدة واحد صياغة نموذجية لتوصيف الوظيفة الخاصة بي اثنان الإعلان عن طلب مرشحين ثم مقابلتهم وانتقاء أفضلهم ثلاثة التدريب بشكل شامل وتام تاريخ البدء الثلاثة السادس من يونيو والآن وفي ورقة منفصلة استخدم نفس التصميم السابق لتدوين العادات وخطة العمل الخاصة بك افعل ذلك الآن ها قد أنجزت الخطوة الأولى جهد طيب ليست مسألة براءة ولكنها مسألة تركيز لم أكن أبداً لأحقق النجاح بدون عادات الدقة والنظام والاجتهاد والتصميم على التركيز على عمل واحد في كل مرة إذا كنت تمتلك مشروعاً خاصاً بك أو كنت تخطط لذلك في مستقبل القريب يجب أن تكون مدركاً لمعضلة رجل الأعمال يمكنك تطبيق هذا إذا كنت تلعب دوراً إدارياً إشرافياً من أي نوع وإليك السيناريو لديك تلك الفكرة الرائعة لبيع منتجاً جديداً أو تقديم خدمة متميزة إنك تتخيل القيام بهذا العمل بشكل أفضل من كل شخص أو شركة أخرى وبالطبع فإنك تتخيل أنك سوف تربح أموالاً طائلة والغرض الأساسي لأي مشروع تجاري هو كسب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الموجودين بالفعل ومن ثم تحقيق ربحاً كبيراً وفي البداية تعاني الكثير من المشروعات التجارية الصغيرة من عدم كفاءة رأس المال ونتيجة لذلك فإن صاحب المشروع يبذل جهداً هائلاً وخصوصاً في السنة الأولى ويعمل دون انقطاع لأيام وليال طويلة دون أن يحصل على وقت كاف للاسترخاء ومع ذلك فإن هذا يكون وقتاً مثيراً ينقضي في عقد الصفقات والالتقاء بالعملاء المحتملين وتحسين خط المنتج أو الخدمة وعندما يتم بناء المؤسسة يتم وضع الأشخاص والنظمة في موضعها للوصول إلى حالة الاستقرار ويصبح صاحب العمل تدريجياً أكثر شغالاً بالمهام الإدارية اليومية وتزداد الأعمال الورقية ويتحول العمل الذي بدأ كم الشروع تجاري مثير إلى مجرد روتين يومي مع قضاء وقتاً أطول بكثير من ذي قبل في إطفاء نار الخلافات وحل مشكلات الموظفين والتعامل مع تحديدات الضرائب والتدفق الشهري للنقد هل هذا يبدو مألوفاً لك؟ حسناً فإنك لست وحدك فهذا موقف شائع للغاية وذلك من واقع خبرتنا العملية المجتمعية التي تصل إلى 79 عاماً إن المشكلة تزداد تعقيداً لأن الكثيرين من أصحاب الأعمال والمديرين يصرون على فرض سيطرتهم كاملة إنهم يجدون أنه من الصعب عليهم نسيان بعض التفاصيل والسماح الأشخاص آخرين بتحملي جانباً من المسئولية إن تفويض المهام للآخرين ليس من ضمن نقاط قوتهم وبالطبع فإنهم مرتبطون نفسياً بمشروعاتهم لأنهم رغم كل شيء هم من أقاموها وقاموا بإنمائها وإنعاشها إنهم يدركون جميع التفاصيل ويعتقدون أن لا أحد سواهم يمكنه القيام بتلك المهام اليومية الهامة كما يفعلونهم وتلك هي المفارقة الأساسي فهناك الكثير من الفرص تلوح في الأفق وصفقات أكبر يمكن إتمامها ولكنك لا تستطيع الوصول إلى أي من ذلك لأنك عالقاً وغارقاً في روتينك اليومي إنه أمر محبط لذا فإنك تفكر بينك وبين نفسك قائلاً ربما إذا عملت بجهد أكبر وقمت بأخذ دوراتاً في إدارة الوقت يمكنني تدبر جميع الأمور إن هذا لن يجدي نفعاً فالعمل بجهد أكبر لساعات أطول لن يحل مشكلتك ثق بنا لقد خضنا نفس هذا الموقف أكثر من مرة فما هو الحل إذن؟ إليك به في جملة واحدة يجب أن تستثمر معظم وقتك كل أسبوع في القيام بما تستطيع القيام به بشكل أفضل وأن تدع الآخرين يقومون بما يستطيعون القيام به بشكل أفضل هذا هو الحل باختصار ركز على تلك الأنشطة التي تقوم بأدائها بشكل رائع والتي تجني من ورائها نتائج ممتازة إذا لم تفعل ذلك فإنك على الأرجح ستوجد لنفسك مزيداً من التوتر والضغوط وسيصل بك الأمر إلى الهلاك لا محالة وهذه ليست بالصورة الحسنة إن الأنشطة التي تتألق فيها تمنحك الطاقة وتبقي حماسك متقداً وتحررك للسعي وراء تلك الفرص الجديدة ولعلك تتساءل الآن كيف يمكنك أن تتعامل مع كل تلك الأمور التي تعوق تقدمك وأنت على حق في ذلك فهي لن تختفي من تلقاء نفسها فحسب في جزء لاحق من هذا الفصل سوف تعرف بطريقة محددة كيف تتعامل مع تلك المعاوقات والمشكلات وكيف تزيحها عن كاهلك ركز على مواهبك الطبيعية من المهم جداً أن تفهم هذا ولمساعدتك على رؤية الصورة كاملة دعنا نلقي نظرة على عالم موسيقى الروك اندرول إن فريق ذي رولينج ستونز الموسيقي هو أحد أكثر فرق الروك اندرول استمراراً وأغزرها إنتاجاً فعمر هذا الفريق حتى الآن يمتد إلى ما يقرب من أربعين عاماً لقد تجاوز مايك جيجر وأصدقائه الثلاثة في الفريق الخمسين من عمرهم بعدة سنوات ولكنهم ما زالوا يقومون بالغناء في جميع أنحاء العالم في حفلات كاملة العدد قد لا تعجبك موسيقاهم ولكن من الصعب إنكار نجاحهم لنلقي نظرة على ما يحدث وراء الكواليس قبل بدء إحدى حفلاتهم الغنائية مباشرة لقد تم إعداد المسرح لقد تطلب بناء هذا المبنى الضخم المكون من عدة طوابق والذي يبلغ طوله نصف طول ملعب كرة القدم أكثر من 200 ألف شخص كما اقتضى الأمر قافلة مكونة من 20 قاطرة لنقل المبنى من موقع الحفل الأخير وهناك اثنتان من الطائرات النفاثة لنقل الأشخاص الأساسيين بما فيهم أفراد الفريق من مدينة لأخرى إنها عملية ضخمة ومن الجدير بالذكر أن رحلتهم حول العالم عام 1994 قد حققت إيرادات تزيد على 80 مليون دولار ومن الواضح إذن أن الأمر يستحق الجهد المبذول في سبيله تتوقف سيارة ليموزين خلف المسرح ويخرج منها أفراد الفريق الأربع وينتظرون بترقب لحظة دخول المسرح فيما تبدو عليهم لمحة من العصبية المنزوجة باللهفة والإثارة عندما ينفجر 75 ألف شخص في هتاف شديد وتصفيق حاد عندما يتم نطق أسماء أفراد الفريق يدخل الفريق إلى المسرح ويلتقط أفراده آلاتهم الموسيقية ويقومون بالعزف والغناء المتألق على مدى ساعتين تعود بعدهم الجماهير الحاشدة إلى منازلهم وهم في غاية السعادة وبعد إعادة الأغنية الأخيرة بناء على طلب الجماهير في نهاية الحفل يلوح أفراد الفريق بعيدهم مودعين ويصعدون إلى الليموزين المنتظرة ويغادرون المسرح إنهم أساتذة في تطبيق وتوظيف عادة التركيز على الأولويات وهذا يعني أنهم يقومون فقط بعمل الأشياء التي يتفوقون فيها وهي تسجيل الأغنيات وأداؤها على المسرح لحظ أنهم بعد التخطيط الأولي لا ينغمسون في مسألة نقل المعدات أو معرفة التفاصيل الطويلة لمسار الرحلة المنتظرة أو إعداد خشبة المسرح أو القيام بمئات المهام الأخرى التي يجب إنجازها بكفاءة لجعل الرحلة سهلة هادئة ومريحة بشكل أساسي فهناك أشخاص ماهرون آخرون يهتمون بالتفاصيل أما أفراد الفريق فيركزون ببساطة على ما يستطيعون أداؤه بشكل أفضل وهو الغناء والاستعراض أيها القارئ العزيز توجد هنا رسالة رائعة من أجلك وها هي عندما تركز معظم وقتك وطاقتك على القيام بالأشياء التي تتفوق وتتألق فيها حقا فسوف تجني مكاسبا ومميزاتا كبيرة في آخر الأمر هذه حقيقة أساسية وهي ضرورية للغاية لنجاحك المستقبلي التدريب ثم تدريب ثم تدريب لنلقي نظرة على بعض الأمثلة القليلة الأخرى الرياضات مثلا تعد مثالا جيدا إن كل بطلا رياضيا يركز على مواهبه الفريدة ويواصل تحسينها باستمرار ليصل إلى مستوى أعلى من الأداء وبغض النظر عن نوع الرياضة فالفائزون جميعهم يشتركون في شيء واحد هو أنهم يقضون معظم أوقاتهم في التركيز على نقاط قوتهم الأشياء التي يجيدون أداءها بطبيعتهم إنهم لا يضيعون إلا أقل القليل من الوقت في العمل على الأنشطة غير المثمرة وهم يتدربون ويتدربون ويتدربون لساعات عديدة كل يوم في الغالب من أجل شحذ وصقل مهاراتهم إن النجم كرة السلة الأشهر مايكل جوردن كان يقوم بمئات الرمايات مع القفز كل يوم أيا كانت الظروف وكان جورج بيست أحد أعظم نجوم كرة القدم في العالم في الستينيات يواصل التدريب لفترة طويلة بعد أن ينتهي اللاعبون الآخرون كان جورج يعلم أن قدميه هما أعظم سماته وكان يقوم بوضع الكرات على مسافات متفاوتة من المرمى ويتدرب على التسجيل مرة بعد أخرى ونتيجة لذلك كان جورج بيست الهداف الأول لفريق كرة القدم بنادي منشستر يونيتد لستة مواسم متتالية إنه هذا النوع من الانضباط الذي يصنع التفوق لاحظ كيف أن هؤلاء النجوم المتفوقين يقضون وقتا ضئيلا للغاية في العمل على نقاط ضعفهم إن العديد من أنظمتنا المدرسية يمكن أن تتعلم من هذا فغالبا ما يقال للأطفال أن يركزوا على المواد التي يحصلون فيها على درجات ضعيفة وأن لا يقضل كثير من الوقت في مذاكرة المواد التي يؤدون فيها بشكل جيد والأساس المنطقي الذي يعتمد عليه في ذلك هو الوصول إلى مستوى عريض من الكفاءة في الكثير من المواد بذلا من التركيز على القليل منها وهنا مكمن الخطأ يقول دان سالوذن الأستاذ في مجال الأعمال إذا قضيت وقتا كبيرا جدا في العمل على تحسين نقاط ضعفك فإن كل ما ستصل إليه هو مزيد من نقاط الضعف الخطيرة وهذا لا يعطيك ميزة تنافسية في سوق العمل أو يضعك في موضع يحقق لك الثراء إنه فقط سوف يبقيك في المستوى العادي المتوسط وفي حقيقة الأمر إنها لا إهانة كبرى لكرامتك أن تقوم بالتركيز على الأمور التافهة ومن المهم أن تفرق بوضوح بين مناطق تميزك ونقاط ضعفك إنك على الأرجح تجيد العديد من الأمور وتتفوق في بعضها كذلك وهناك أشياء أخرى أن تكفء فيها وإذا كنت أمينا فهناك بعض الأشياء التي لا فائدة ترجى منك في عملها يمكنك أن تحدد نطاق مواهبك بالكامل على مقياس مدرج من 1 إلى 10 بحيث يكون الرقم 1 هو أضعف نقطة من نقاط ضعفك ويكون الرقم 10 هو أقوى نقطة من نقاط قوتك وتفوقك إن كل المكاسب والمميزات الكبرى في حياتك سوف تأتي من خلال قضاء الغالبية العظمى من وقتك في العمل في المجالات التي تحتل الرقم 10 على مقياس مواهبك ولكي تحدد بوضوح مجالات تفوقك اطرح على نفسك بعض الأسئلة القليلة ما الذي تستطيع القيام به دون جهد يذكر وبدون كثير من الدراسة أو الإعداد وما الذي تستطيع القيام به ويجد الآخرون صعوبة في عمله إنهم يتعجبون من مقدرتك ولا يستطيعون حتى الاقتراب من مضارعتها ما الفرصة المتاحة في سوق العمل اليوم والتي تستطيع من خلالها إبراز واستغلال مجالات تفوقك ما الذي تستطيع ابتكاره باستخدام مواهبك الفريدة اكتشف مجالات تميزك نحن جميعا قد حبان الله ببعض المواهب على اختلافها من شخص لآخر وجزء كبير من حياتك يدور حول اكتشاف هذه المواهب ثم استخدامها وتوظيفها فيما يعود عليك بالنفع وعملية الاكتشاف هذه تستغرق العديد من السنوات مع كثير من الأشخاص وبعضهم لا ينجح أبدا في التوصل إلى أعظم مواهب وبالتالي تكون حياتهم أقل رضاء ومتع وهؤلاء الأشخاص غالبا ما يقضون حياتهم في صراع ومعاناة لأنهم يقضون معظم حياتهم في وظائف أو أعمال لا تتناسب مع نقاط قوتهم أو مجالات تفوقهم وذلك أشبه بمحاولة تمرير صندوقا عبر فتحة مستديرة بالقوة والنتيجة الوحيدة لذلك هي الفشل كما أنها تتسبب في شعورنا بمزيد من التوتر والضغوط والإحباط والممثل الكوميدي والنجم السينمائي جيم كاري الذي يتقاض الآن 20 مليون دولار أو أكثر عن الفيلم الواحد يتمتع بموهبة فريدة حيث يمكنه أن يثني ويلوي وجهه وجسده ليأخذ أوضاعا غريبة للدرجة أنه يبدو في بعض الأحيان كما لو كان مصنوعا من المطاط كان جيم كاري في فترة مرهقته يقضي ساعاتا كل يوم في التدريب على ذلك أمام المرآة كما أنه فطن إلى أنه متميز في تقليل الشخصيات الشهيرة وكانت هذه هي حرفته الأولى في السيرك الكوميدي لقد واجه جيم كاري العديد من التحديات على طول طريقه إلى النزومية وفي إحدى مراحل حياته أضاع سنتين من عمره في صراعه مع ما كان يشعر به من ضعف ثقته بنفسه وما كان يخامره من شك في قدراته ومواهبه ومع ذلك فقد كان مقتنعا بقدراته ومواهبته في مجال الكوميديا مما جعله يثابر إلى أن حصل في النهاية على الدور الرئيسي في فيلم مخبر الحيوانات الأليفة منحه هذا الدور فرصة الظهور بمظهر غريب وغير مألوف كلية وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا وإيراداتا ضخمة ووضعه على الطريق إلى النجومية لاحظ أنه في بدايات عمله لم يحاول أداء الأدوار الدرامية الجادة فقد كانت موهبته الفائقة في تقديم نوعا غير عادي من الكوميديا إن الجمع بين ثقته القوية في نفسه وساعاتا من التدريب اليومي قد عاد عليه بالكثير عمل جيم كيري على تحسين تركيزه باستخدام التخيل فقد حرر لنفسه شيكا بمبلغ عشرة مليون دولار مقابل خدماته ووضع عليه تاريخ الاستحقاق ثم احتفظ به في جيبه وعندما كانت الظروف تشتد عليه كان يجلس على أحد التلال الهادئة المطل على مدينة لوس أنجلس ويتخيل نفسه نجما سينمائيا كبيرا ويعيد قراءة الشيك ليذكر نفسه بما سوف يحققه من ثروة كبيرة والأمر مثير أنه وقع بعدها ببضعة سنوات عقدا بأكثر من عشرة مليون دولار ليقوم ببطولة فيلم The Mask أو القناع ومتى كان ذلك في تاريخ مطابق تقريبا لذلك الذي حدده في الشيك الذي احتفظ به في جيبه لمدة طويلة إن التركيز على الأولويات هو السبيل إلى النجاح حاول جعل التركيز جزءا من مخططك اليومي وسوف تلاحظ تقدما كبيرا فيما يتعلق بالإنتاجية والدخل إن لدينا طريقة عملية سوف تسهل عليك هذا الأمر كما ستحدد بغضوح مواهبك الفريدة وهذه الطريقة يطلق عليها ورشة عمل التركيز على الأولويات سيتم عرضها في صفحة 66 أنت بحاجة إلى أن تكون مدركا تماما لما يحدث في أسبوعك العادي إن هذا الاختبار لواقع حياتك اليومية عادة ما يكشف عن الكثير في البداية ستقوم بإعداد قائمة بكافة الأنشطة التي تقوم بها في العمل في الأسبوع العادي ومعظم الأشخاص عندما يجمعون ما قاموا بسرده من أنشطة في هذه القائمة يجدونه يتراوح ما بين عشرة إلى عشرين نشاطا أحد عملائنا كان المجموع في قائمته أربعين نشاطا ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الذكاء للتوصل إلى حقيقة أنك لا تستطيع القيام بأربعين نشاطا كل أسبوع وتكون مركزا حقيقة فيما تفعل حتى إذا اقتصر الأمر على عشرين نشاطا فقط فما زال هذا العدد كبيرا جدا لأنك سوف تكون ممزقا وضائعا بين كل هذه الأنشطة كما ستكون أكثر عرضة للمقاطعات ومحاولات تشتيت الانتباه ويندهش الكثيرون عند رؤيتهم إلى أي مدى يتفرق أسبوعهم على كثير من الأنشطة غارقا في العمل كل الأمور خارج نطاق السيطرة أعاني تحت وطأة الضغوط هي العبارات التقليدية التي نسمعها كثيرا في وصف هذه الأسابيع ومع ذلك فيكمال تدريبات ورشة عمل التركيز على الأولويات الموجودة في نهاية هذا الفصل ستكون نقطة بداية جيدة ستعرف فيما تقضي وقتك وإذا كان يصعب عليك تذكر كل الأشياء التي تقوم بها وهذا دليل آخر على أنك تقوم بالكثير فبإمكانك عمل سجلا لتدوين ما تقوم به على مدار اليوم كل ما عليك هو أن تقوم بتدوين كل شيء تفعله كل 15 دقيقة حاول احتفاظ بمفكرة في متناول يدك واستمر في عمل هذا لمدة أربعة أو خمسة أيام وستحصل في النهاية على سجل دقيق للغاية إن الأمر يقتضي بعض الالتزام والانضباط من جانبك ولكنك ستجده يستحق هذا الجهد المبذول في سبيله إن هذا سوف يبين بوضوح كيف تستثمر أو تهدر وقتك بعد الانتهاء من تدريبات ورشة عمل التركيز على الأولويات ستكون الخطوة التالية هي سرد ثلاثة أشياء تتميز في أدائها في عملك هل تتذكر تعريفنا لمعنى التمييز أو التفوق؟ إنها تلك الأنشطة التي تؤديها دون جهد يذكر وتمنحك الطاقة والنشاط وتجلب أفضل النتائج وتحقق أعلى دخل لشركتك وبالمناسبة إذا لم تكن لك صلة مباشرة بأنشطة تعود بدخل مادي فمن هم الذين يقومون بهذه الأنشطة؟ وهل هم متميزون في هذا المجال؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فأنت على الأرجح بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات الهامة في المستقبل القريب والآن إليك السؤال الأهم التالي في الأسبوع العادي ما هي نسبة الوقت الذي تقضيه في أداء الأنشطة التي تتفوق فيها؟ كن أمينا تماما وغالبا ما تكون الإجابة محصولة ما بين 15 و 25% حتى إذا كان هناك 60 أو 70% من وقتك تستغله بما يعود عليك بالنفع فما زال هناك مجالا للتحسين ماذا لو استطعت الارتقاء بهذه النسبة إلى 80 أو 90%؟ تذكر أن الدخل الصافي الذي تحصل عليه يرتبط مباشرة بمقدار الوقت الذي تقضيه في العمل في مجالات تفوقك أو تمييزك مستوى تمييزك سوف يحدد مقدار ما يتاح لك من الفرص في الحياة الخطوة التالية هي أن تقوم بفحص قائمتك الأصلية التي تتضمن أنشطة الأسبوعية ثم تقوم بتجديد ثلاثة أشياء لا تحب القيام بها أو ترفض أداؤها أو حتى لست بارعا في أدائها ليس هناك ما يخجل في اعترافك بأن لديك القليل من نقاط الضعف أكثر الإجابات شيوعا بخصوص هذه الأشياء هي الأعمال الورقية أو إمساك الدفاتر أو تحديد المواعيد أو إجراء مكالمات المتابعة وعادة ما تجد في هذه القائمة كل التفاصيل الصغيرة اللازمة لإكمال أحد المشروعات بطبع هذه المهام يجب أداؤها ولكن ليس لزاما أن تكون أنت المعني بها هل لحظت كيف أن هذه الأنشطة تستنزف طاقتك بدلا من زيادتها؟ إذا كان هذا صحيح بالنسبة لك فاستيقظ من غفلتك وعندما تداوم على أداء أعمالا لا تحبها فأنت بحاجة إلى تذكير نفسك بأن هذا شيئا لا طائل من ورائه وكما تشرح روزيتا بيريز عندما ينفق الحصان فانزل من على ظهره فكفاك تعذيبا لنفسك فهناك خيارات أخرى متاحة هذا هو الوقت المناسب للتفكير في سبب تفضيلك القيام بأشياء معينة دون أخرى حاول العثور على إجابة للسؤال التالي هل أنا مخطط أم واضع للمسات نهائية الأرجح أنك تقوم بالشيئين معا بدرجات متفاودة ولكن أيهما تقوم به في أغلب الأحيان إذا كنت مخططا فستجد أنك تستمتع بابتكار مشروعات ومنتجات وأفكار جديدة تجعل الأشياء تعمل على نحو أفضل المشكلة في المخططين هي ضعف قدرتهم على وضع اللمسات النهائية هل تتذكر جميع التفاصيل التي تحدثنا عنها سابقا؟ فهذه هي الأمور والأشياء المملة للمخططين ومعظم رجال الأعمال يتميزون بقدرتهم على التخطيط لكن بعدما ينجحون في إدارة عجلة العمل يميلون إلى تركها والبدء في شيء جديد وغالبا ما يكون الأثر الذي يتركونه هو الفوضى عندئذ تتم مطالبة أشخاص آخرين بإصلاح الأمور والقضاء على هذه الفوضى هؤلاء هم من نسميهم بواضع لمسات نهائية إنهم يحبون الوصول بالمشروعات إلى خط النهاية وهم في الغالب لا يتقنون بدء المشروعات فهذا هو مجال المخططين ولكنهم مع ذلك بارعون في تنظيم ما يجب القيام به وضمان التعامل مع تفاصيل بفعالية لذلك فمهمتك هي أن تحدد إلى أي النوعين تنتمي سيساعدك كثيرا في هذا الصدد معرفة ميولك الطبيعية فبوسعك التخلي عن الشعور بالذنب لعدم التمكن من الوصول بالأشياء إلى خط النهاية إليك بالحل ابحث عن أحد الموهوبين في وضع اللمسات النهائية للتعامل مع التفاصيل وبتوحيد مجهوداتك معه سوف يمكن بدء وإكمال الكثير من المشروعات الأخرى دعنا نقدم لك مثالا عمليا فالكتاب الذي بين يديك الآن قد بدأ كفكرة وعملية تأليفه تحديد الفصول وصياغة المحتوى وعرضه بسلاسة وانسيابية هي في الأصل مهمة مخطط وقد لعب كل من المؤلفين الثلاثة لهذا الكتاب دورا مؤثرا في هذه العملية ومع ذلك فالحصول على الكتاب في صورته النهائية بما في ذلك المراجعة والطباعة والنشر وإيجاد قنوات لتوزيعه تتطلب الكثير من مجهودات أشخاص آخرين يجيدون وضع اللمسات النهائية وبدون هؤلاء فإن النص الأصلي للكتاب كان سيظل متروكا في مكان ما لتتراكم عليه الأتربة على مدار السنين لذا فالسؤال الهام التالي الذي يجب عليك التفكير في إجابته هو من هم الأشخاص الذين يمكنهم أداء المهام التي لا تستمتع بأدائها على سبيل المثال إذا كنت لا تستمتع بإمساك الدفاتر فابحث عن أحد البارعين في ذلك وإذا كنت لا تجد متعة في القيام بتحديد المواعيد فاستعن بأحد الخبراء المتمرسين في مجال التسويق عبر الهاتف أو تعاقد مع أحد مراكز خدمة التسويق عبر الهاتف لمساعدتك في هذا الشأن وإذا كنت لا تحب القيام بعمليات الترويج أو بتحفيز الآخرين فربما تكون بحاجة إلى مدير مبيعات ممتاز يمكنه توظيف وتدريب أفراد قسم المبيعات ومتابعة النتائج أسبوعيا وإذا كان موعد حساب الضرائب وتزديدها يصيبك بالإحباط فاستعن بخدمات أحد المتخصصين البارزين في ذلك والآن قبل أن تشرع في التفكير قائلا إنني لا يمكنني تحم النفقات توظيف كل هؤلاء الأشخاص فتكلفة الاستعانة بهم ستكون ضاهظة للغاية فكر مرة ثانية واضعا في اعتبارك ما هو مقدار الوقت الذي سيوفره لك تفويض المهام التي لا تحب القيام بها في المقام الأول لأشخاص آخرين إنك إما أن تفوض هذه المهام لأشخاص آخرين وإما أن تظل واقفا في مكانك دون إنجاز أي شيء بإمكانك أن تخطط للاستعانة بهذه المساعدات على مراحل متدرجة أو التفكير في التعاقد مع أحد مراكز الخدمة التي يمكنها توفير أشخاص يعملون نصف دوام لتقليل العبء الواقع عليك وقد نجحت إحدى عميلاتنا وهي تمتلك شركة نامية اتخذت من منزلها مقرا لها في التوصل إلى توليفة فريدة فقد قامت بتوظيف إحدى السيدات على أساس أن تحضر إلى المنزل صباح كل أربعاء لإمساك دفاتر الشركة ثم تقوم بعد ذلك بتنظيف المنزل في فترة مع بعض الظهر كانت تلك السيدة تستمتع بأداء كلا العملين كما كان أداؤها رائعا في كلاهما وكان توظيفها على هذا النحو يحقق مبدأ فعالية التكاليف إذا شعرت أنك غارقا فيما يطلب منك فاستعن بما يساعدك تعلم أن تتخلى عن السيطرة على كل صغيرة وكبيرة في حياتك اليومية إذا كانت شركتك تتوسع وكان دورك في الشركة يتطلب المزيد من التركيز فإن الوسيلة الفعالة للتعامل مع أعباء العمل الإضافية هي الاستعانة بمساعد شخصي إذا وجدت الشخص المناسب فسوف تتغير حياتك إلى الأفضل بصورة هائلة وهذا أمر مضمون لذا دعنا نلقي نظرة أكثر قربا على هذه الاستراتيجية الأساسية أولا المساعد الشخصي ليس موظف استقبال أو سكرتير أو أي شخص يشاركك آخرون في نيل قصة من الواجبات التي يؤديها إن المساعد الشخصي الحقيقي هو الشخص الذي يخصص وقته ومجهوداته بالكامل لمساعدتك شريطة أن يكون متميزا في أداء المهام التي لا تحب القيام بها أو التي لا يجب عليك القيام بها من الأساس ويكون الدور الرئيسي لهذا الشخص هو إعفاؤك من كافة المهام والأعمال البسيطة التي تتراكم في جدول أعمالك الأسبوعية إن مهمة هذا الشخص هي حمايتك حتى تستطيع التركيز كلية على الأنشطة التي تتميز وتتفوق فيها والحرص على الانتقاء الجيد لهذا الشخص سوف يكون له تأثيرا في صحتك في المستقبل انتق الشخص المناسب وستصبح حياتك أبسط كثيرا مما هي عليه كما سيقل بصورة ملخوظة ما تتعرض له من توتر وضغوط وكذلك ستحظى بمزيد من الراحة والمتعة وعلى النقيد من ذلك فإذا انتقيت الشخص غير المناسب فسوف تكون النتيجة الوحيدة هي مضاعفة مشكلاتك الحالية وإليك بعض الإرشادات البسيطة أولا قم بإعداد قائمة تتضمن كافة المهام التي تريد أن يكون مساعدك مسؤولا عنها 100% معظم هذه المهام هي الأنشطة التي تريد شطها من قائمتك الأسبوعية وعندما تقوم بإجراء المقابلات لاختيار الشخص المناسب أطلب من أفضل ثلاثة مرشحين منهم أن يقوموا بإكمال نموذج تقييم لشخصياتهم وهناك العديد من نماذج التقييم الجيدة متاحة في الأسواق يمكنك الحصول على نموذج تقييم يجتمل على سمات المرشح المثالي لشغل الوظيفة قبل بدء عملية الاختيار أطلب من كل من المرشحين الثلاثة أن يقوم بملء نموذج تقييم خاص به ثم قم بمقارنتها بنموذج المرشح المثالي وعادة ما يكون الشخص الأكثر تطابقا مع النموذج المثالي هو الأنسب للوظيفة بالطبع يجب عليك وضع العوامل الأخرى في الحسبان مثل الاتجاه والصدق والأمانة وسجل أعماله ووظائفه السابقة وما إلى ذلك كن حريصا لأن تختار شخصا يشبهك في السمات والقدرات وتذكر أنك تحتاج هذا الشخص لإكمال ما ينقصك من مهارات إن الاستعانة بشخص يتفق معك فيما تحب وفيما لا تحب القيام به سيؤدي على الأرجح إلى مشكلة أكبر يبقى لنا مجموعة أخرى من النقاط تستحق الإشارة إليها إذا كنت تحب السيطرة على مجريات الأمور ولا يمكنك التخلي بسهولة عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة فمن الضروري أن تستسلم لمساعدك الشخصي وقبل أن تصيبك كلمة تستسلم بالفزع دعنا نشرح لك ما نقصده إن محب السيطرة عادة ما يكون الاعتقاد السائد لديهم أنه لا يوجد من يمكنه القيام بالمهام مثل ما يقومونهم بها قد يكون هذا صحيحا ولكن ماذا لو كان في مقدور مساعدك القيام بهذه المهام بكفاءة تصل نسبتها إلى 70% كبداية ومع التدريب المناسب والتوجيه الجيد كل أسبوع سوف يتمكن مساعدك الذي أحسنت اختياره في الأصل من أداء هذه المهام بنفس كفاءتك بل إنه قد يتفوق عليك في الكثير منها لذلك يجب التخلي عن الحاجة إلى السيطرة الكلية وعليك أن تعرف أنها تعوقك عن القيام بالأشياء المهمة ومن هنا يجب عليك الاستسلام طواعية لشخص يتمتع بقدرات تنظيمية أفضل منك إلى جانب حبه للعناية بالتفاصيل وتحسباً لاحتمال أنك ما زلت متمسكاً بفكرة استطاعتك القيام بكل هذه المهام يجب عليك أن تسأل نفسك ما هو العائد الذي أحصل عليه في الساعة الواحدة إذا كان لم يسبق لك القيام بذلك فهذا هو الوقت المناسب افحص الجدول التالي ما هي قيمتك الحقيقية في سوق العمل عنوين الجدول الدخل السنوي الدخل في الساعة الدخل السنوي الدخل في الساعة في الخانة الأولى أسفل الدخل السنوي ثلاثون ألف الدخل في الساعة خمسة عشر الدخل السنوي مائة وعشرون ألف الدخل في الساعة ستون في الخانة التالية الدخل السنوي أربعون ألف الدخل في الساعة عشرون الدخل السنوي مائة وثلاثون ألف الدخل في الساعة خمسة وستون الخانة التي تليها الدخل السنوي خمسون ألف في الساعة خمس وعشرون الدخل السنوي مائة وعربعون ألف في الساعة سبعون الخانة التالية 60 ألف 30 150 75 التالية 7035 160 80 التالية 80 ألف 40 107 ألف 85 التالية 90 ألف 45 180 ألف 90 التالية 100 ألف 50 190 ألف 95 الأخيرة 110 ألف 55 200 ألف 100 القيم الواردة بهذا الجدول تم تحديدها بالدولار على أساس العمل 250 يوما في السنة 8 ساعات في اليوم الأمل الكبير في أنك تحصل على دخل عالي متميز فإذا كان ذلك كذلك فلماذا تسعى وراء أداء الأنشطة التي تدر عائدا منخفضا؟ تخل عن هذه الأنشطة إن الشيء الأخير الذي ينبغي ذكره بشأن المساعدين الشخصيين هو أنه من الضروري بشكل حتمي أن تخصص وقتا كل يوم أو على الأقل مرة واحدة كل أسبوع لمناقشة جدول أعمالك مع مساعدك الشخصي التواصل ثم التواصل ثم التواصل إن السبب الأول في فشل مثل هذه العلاقات التي يفترض أن تكون علاقات ناجحة هو ببساطة إنعدام التواصل تأكد من أن مساعدك الشخصي يدرك ما هي الأنشطة التي تريد أن تستثمر وقتك في أدائها كما يجب عليك تخصيص فترة زمنية معقولة حتى يمكن للشريك الجديد تعلم نظامك وأسلوبك حدد له الأشخاص الأساسيين الذين تريد قضاء الوقت معهم اشترك معه في إعداد طرق حجب وتصفية تحميك من كل المقاطعات ومحاولات تشتيت الانتباه المحتملة بحيث يمكنك التركيز على ما تجيد القيام به كن منفتحا في تلقي ما يقدمه لك مساعدك الشخصي من إرشاد وتقييم كما أنه كثيرا ما سوف يتمكن من إيجاد طرق أفضل لتنظيم مكتبك وابتهج إذا ما حدث هذا لأنه دليل على أنك قد أحسنت الاختيار والآن دعنا نفكر كيف يمكنك تطبيق عادة التركيز على الأولويات في حياتك الشخصية وبالتالي يتاح لك المزيد من الوقت تقضيه مع أسرتك وأصدقاءك أو تستمتى فيه بممارسة هواية أو رياضة معينة وبغض النظر عن مكان إقامتك فإن عمليات الصيانة ضرورة للاحتفاظ بالمنزل في حالة متميزة راقية وإذا كان لديك أطفال فسوف تكون المشكلة مضاعفة ثلاثة أو أربع مرات وهذا سيتوقف على أعمارهم وقدرتهم على التحطيم والتدمير فكر في كل الوقت الذي تقضيه في الإسبوع العادي لتأدية مهام إعداد الطعام والتنظيف وغسل الملابس وإصلاح الأشياء وتقصير العشب في حديقة المنزل وصيانة سيارتك هل لحظت أن هذه الأنشطة لا تنتهي؟ وكيف ذلك وهي تتميز بالقدرة على تجديد نفسها؟ هذه هي الأشياء المستمرة في حياتك وموقفك منها سيتوقف على حالتك المزاجية فإما أن تستمتع بالقيام بها أو تتحمل عناء ذلك أو تستاء منها ماذا لو أمكنك العثور على وسيلة لتقليلها أو ما هو أفضل من ذلك التخلص منها؟ كيف سيكون شعورك؟ هل تتشعر بالتحرر من هذه القيود وبمزيد من الاسترخاء وبالقدرة على الاستمتاع بمزيد من الأشياء التي تفضل القيام بها؟ بالطبع نعم ما ستقرأه في الدقائق القليلة القادمة قد يتطلب طريقة جديدة في التفكير الأمر أشبه بقفزة ثقة إلى حد ما ومع ذلك حاول التركيز على الفوائد بذلا من التكلفة المدئية فهذه الفوائد سوف تفوق وتزيد كثيرا عن أي استثمار تقوم به ولتبسيط الأمور إذا كنت تريد مزيدا من الوقت المتاح أمامك فاطلب المساعدة فجميع أشكال المساعدة الجيدة متاحة ومتوفرة ومعظم المساعدة التي تحتاجها ستكون لبعض الوقت على سبيل المثال قم بتوظيف أحد الأشخاص لتنظيف المنزل مرة كل أسبوع أو أسبوعين يروي لنا لس قائلا لقد وفقنا في الوثور على زوجين رائعين وظفناهما على مدار 12 سنة لتنظيف المنزل وهما محبان لعملهما ويتحليان بالأمانة إلى جانب اهتمامهما الدائم بالآخرين ولذلك فليس من المستغرب أنهما يؤديان وظيفتهما بشكل رائع حيث يقومان بتنظيف جميع أرجاء المنزل وكل ركنا فيه فما هي تكلفة ذلك؟ 60 دولارا فقط في كل مرة يحضران فيها وما هي الفائدة؟ توفير ساعات عديدة ومزيد من الطاقة والنشاط للاستمتاع بالأسبوع هل يوجد بالحي الذي تسكنه أحد الحرفيين بلغ سن المعاش لكنه ما زال يحب إصلاح الأشياء؟ الكثير من المتقدمين في السن ذوي الخبرة يملكون مهارات رائعة ودائما يبحثون عن أعمال صغيرة لبعض الوقت لشغل أوقات فراغهم هذه الأعمال تمنحهم الشعور بالرضا عن النفس وعادة ما لا يكون المال هو احتياجهم الرئيسي قم بإعداد قائمة بكافة الأشياء الموجودة في المنزل والتي تحتاج إلى الصيانة أو الإصلاح أو التجديد أنت تدرك ما نعني كل هذه المهام الصغيرة التي لا يبدو أنك تقربها نظرا لانشغالك كل الوقت تخلص من القلق والتوتر واستعن بما يساعدك أنت بذلك تسهم في مساعدة شخصا آخر بالاستمرار في استخدام مهاراتك كما يمكنك أن توفر على نفسك ساعاتا وساعات من الإحباط في محاولة القيام بكل مهام الإصلاح هذه التي لا تجيدها ولا حتى تمتلك الأدوات اللازمة للقيام بها ربما لم يكن مقدرا لك أن تكون سباكا أو كهربائيا أو نجارا أو غير ذلك من الحرف الأخرى ماذا عن الأنشطة التي تزاولها خارج المنزل؟ تقصير العشب بالحديقة والتخلص من العشب الضار وتقليم وري النباتات والشجيرات الصغيرة وتقليم التربة لغرس نباتات جديدة تتاح لك الآن فرصا جديدة عليك استغلالها ابحث عن صبي يريد كسب بعض النقود حتى يتمكن من شراء دراجة جديدة مثلا أو أحدث الاستوانات الموسيقية على عكس ما يقال عن الشباب فهناك الكثيرون منهم يقومون بالعمل بإخلاص ولا تكن بخيلا فالمهمة المؤدات بعناية تستحق الأجر المنصف إذا كنت لا تستطيع استيعاب هذه الفكرة فأعد حساباتك فكر في الوقت الإضافي الذي سيتوفر لديك بوسعك إعادة استثمار هذه الساعات في أداء الأنشطة التي تدر عليك دخلا كبيرا أو تخصيص بعض الوقت للاسترخاء وتجديد نشاطك بينما أنت مع أسرتك وأصدقائك ربما هذا التخلص من الأعباء الأسبوعية يتيح لك فرصة مواصلة الهوايات التي طالما أردت القيام بها أو الاستمتاع بمزيد من ممارسة الرياضة ورجاء أخير حاول القيام بهذا دون أن تشعر بالذنب فعلى أي حال فأنت تستحق قضاء بعض الوقت بعيدا عن الأعباء أليس كذلك؟ تذكر أن لديك الكثير من الوقت كل أسبوع وأن الحياة ستصبح أكثر إمتاعا عندما تلتزم بجدول مواعيد فعال تقل فيه أعمال الصيانة التي تؤديها والآن إذا كنت تستمتع فعلا بالقيام ببعض هذه المهام للعناية بمنزلك ويجب أن تكون أمينا مع نفسك في هذه النقطة فاستمر في القيام بذلك لكن فقط إذا كان هذا يشعرك بالراحة أو السعادة من الضروري أن تنجح في الفصل بين المهام الملحة المزعومة وبين أكثر أولوياتك أهمية إن التعامل مع كل صغيرة وكبيرة في مكتبك طوال اليوم هو بمثابة كما ورد على لسان هارول تيلور خبيرة إدارة الوقت لاستسلام لكل ما يطرأ هذا يعني أن في كل مرة يرن فيها جرس الهاتف تهرع للإجابة عليه وأنه عندما تتلقى رسالة أو فاكسا تشرع في التعامل مع الطلب على الفور حتى إذا لم يكن يحتاج إلى استجابة فورية وكبديل لذلك ركز على أولوياتك كلما كان هناك خيارا يجب أخذه يتعلق بالقيام أو بعدم القيام بشيء ما فاستخدم معادلة الحلول الأربعة لمساعدتك على تحديد وترتيب أولوياتك أمامك أربعة اختيارات تأخذ منها ما تشاء عندما تكون بصدد أداء مهمة ما 1- تركها تعلم أن تقول لا أختار عدم أداء هذه المهمة كن حازمة 2- تفويضها هذه هي المهام التي يجب القيام بها لكنك لست الشخص المناسب لها عليك إسنادها لشخص آخر بدون الشعور بالذنب أو تأني بالضمير كل ما عليك هو أن تفكر في إجابة على هذا السؤال من غيري يمكنه القيام بهذه المهام 3- تأجيلها هذه هي المسائل التي تحتاج إلى أن تتدبر أمرها بنفسك لكن ليس على الفور من الممكن تأجيل هذه المهام حدد وقتا معينا في تاريخ لاحق للتعامل مع هذا النوع من المهام 4- القيام بها قم بها الآن المشروعات المهمة تحتاج إلى اهتمامك على الفور لذلك اشرع في العمل اليوم وامضي قدما عليك مكافأة نفسك لإكمال هذه المشروعات ولا تختلق الأعذار تذكر أنك إذا لم تتخذ إجراءا فوريا فستكون النتيجة هي مواجهة كل تلك العواقب غير السعر حدود التميز الأساس في التركيز على الأولويات هو تعيين حدودا جديدة لا تتخطاها تحتاج في البداية إلى أن تحدد بوضوح ما هي هذه الحدود سواء في العمل أو في المنزل تناول هذه الحدود الجديدة بالحديث مع أهم الأشخاص في حياتك فهم بحاجة إلى استيعاب سبب إجرائك لهذه التحسينات كما ستحتاج إلى دعمهم وتشجيعهم لك لتظل على الطريق الصحيح إن معظم رجال الأعمال يقعون في مشكلات لأنهم يقضون وقتا أكثر من اللازم في أداء أشياء لا يعرفون عنها الكثير التزم بما تتميز به وتتفوق فيه وواصل لارتقاء بهذه المواهب هذه نصيحة جيدة خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمار أموالك ولإعطائك صورة أوضح عن إرساء الحدود تخيل وجود طفلا صغيرا على شاطئ رملي هناك منطقة آمنة من المياه محاطة بسلسلة من العوامات البلاستيكية المتصلة ببعضها البعض باستخدام حبل متين ترتبط به شبكة قوية لضمان أن الطفل لا يمكنه تخطي هذه النقطة عمق المياه في هذه المنطقة لا يتعدى بضعة أقدام والمياه ساكنة وبإمكان الطفل اللعب بدون أي مخاوف على سلامته على الجانب الآخر من الحبل توجد تيارات قوية ومنحدر حاد تحت الماء أكثر عمقا إذ يبلغ العمق فيه حوالي عشرين قدما والقوارب والدرجات المائية تزيد وتنقص من ارتفاع المياه في هذه المنطقة ولافتات التحذير تقول خطر ممنوع السباحة لا تقترب فطالما ظل الطفل داخل الحدود فسيكون كل شيء على ما يرام أما ما بعد هذه النقطة فالمياه خطيرة وفيما يلي الرسالة التي نريد توصيلها عندما تخوض في مجالات تقضي على تركيزك فأنت بذلك تتخطى الحدود الآمنة وتخطي الحدود معناه تهديدا لصحتك الذهنية وإمكانياتك المالية فعندما تلتزم بحدود تميزك أو بمعنى آخر عندما تركز على ما تجيده وتتقنه سوف يمكنك استكشاف ما حولك دون قلق أهمية أن تقول لا إن الالتزام بهذه الحدود يتطلب مستوى جديدا من الانضباط الذاتي وهذا يعني أن تكون أكثر إدراكا كل يوم للأنشطة التي تختار قضاء وقتك في أدائها ولتجنب الابتعاد عن تركيزك اسأل نفسك على فترات منتظمة هل ما أقوم به الآن يساعدني على تحقيق أهدافي إن هذا أمرا يحتاج إلى الممارسة كما يعني أن تقول لا على نحو أكثر توجد ثلاثة مجالات للتدرب عليها واحد أنت نفسك إن أكبر الصراعات التي تدور كل يوم هي التي تنشأ بينك أنت ونفسك نحن نقنع أنفسنا بالمضي قدما في أو التراجع عن نفس المواقف باستمرار ضع نهاية لهذا عندما يبدأ هذا الرأي السلبي الموجود في ذهنك في النشاط ويحاول أن يسترع انتباهك للسيطرة على تفكيرك توقف قليلا وردد على مسامعك كلمات وعبارات تشجيع والتحفيز لتنشيط ذهنك ركز على المزايا والمكاسب التي تعود عليك من الالتزام بأولوياتك وذكر نفسك بالعواقب السلبية في حالة التخلي عنها قد تحاول مجموعة متنوعة من الأشخاص الآخرين القضاء على تركيزك أحيانا ما يقتحمون مكتبك لإجراء المحادثات الودية خارج نطاق العمل لأنك تتبع سياسة الباب المفتوح وإليك كيفية إصلاح هذا غير السياسة التي تتبعها اغلق باب مكتبك على الأقل خلال جزء من اليوم عندما ترغب في الانفراد بنفسك بحيث يمكنك التركيز على مشروعك المهم القادم وإذا لم ينجح هذا الأسلوب فقد تعلق لافتة تقول ممنوع الإزعاج سيتم فصل كل من يحاول اقتحام هذا المكتب ويستهدم الداني كوكس المؤلف الشهير وأكبر مستشار في ولاية كاليفورنيا في مجال الأعمال التشبيه القوي التالي عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الأولويات يقول إذا كان عليك ابتلاع أحد الضفادع فلا تطل النظر إليه وإذا كان عليك ابتلاع أكثر من واحد فابدأ بابتلاع أضخمها بعبارة أخرى قم بمعالجة أهم أولوياتك أولا وعلى الفور لا تتصرف مثل معظم الأشخاص الذين توجد لديهم ستة أشياء في قائمة المهام اليومية التي يجب القيام بها ويبدأون بأداء أسهلها وأقلها أولوية أولا وفي نهاية اليوم يجدون الأولوية رقم واحد ما زالت في القائمة كما هي دون أن يقربها أحد وإليك فكرة تستطيع تجربتها اشتري ضفدعا كبيرا من البلاستيك وضعه على مكتبك عندما تقوم بالعمل على مشروع ذي أولوية كبيرة وحذر موظفيك من أن وجود الضفدع على المكتب يعني عدم مقاطعتك على الإطلاق ومن يدري فربما ينتشر هذا التحذير بين بقية أفراد فريق العمل وبالتالي تحصل على بيئة عمل أكثر إنتاجية ربما يكون الهاتف أكثر أسالي بالمقاطعة إغراءا أليس من المدهش أن يترك الأشخاص هذا الجهاز الصغير يتحكم في يومهم؟ إذا كنت تحتاج إلى ساعتين دون مقاطعة فقم بفصل الهاتف وقم بإغلاق هاتفك الخلوي أو أي جهاز آخر قد يشتت انتباهك قد يساعدك البريد الإلكتروني والبريد الصوتي وأجهزة الرد الآلية على تجنب هذه المقاطعات المزعجة استخدم هذه الوسائل بحكمة واعتدال فهناك أوقات تحتاج فيها أن يكون الوصول إليك متاحا للآخرين قم بتحديد مواعيدك مسبقا كما يفعل الطبيب من الثانية إلى الخامسة مساء أيام الاثنين ومن التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا أيام الثلاثاء اختر بعد ذلك أكثر الأوقات إنتاجية لإجراء مكالماتك الهاتفية على سبيل المثال من الثامنة إلى العشرة صباحا وإذا كنت تريد الاستمتاع بنتائج أفضل فهناك أوقات تحتاج فيها أن تكون معزولا عن العالم الخارجي تخلى عن عادة رفع سماعة الهاتف تلقائيا كلما رن جرسه حاول أن تقول لا وتحمل مسؤولية ذلك حتى في المنزل وتذكر صديقنا هارول تيلر الخبير في إدارة الوقت حادثة وقعت له في الأيام التي كان فيها مدمنا لسمع صوت رانين الهاتف فبمجرد وصوله إلى المنزل ذات مرة سمع رانين الهاتف وبينما هو متعجل للوصول إلى الهاتف قبل أن يتوقف عن الرانين قام بكسر الباب السلكي الخارجي مما نتج عنه جرح ساقة وبمنتهى التحفز راح يقفز متخطيا العديد من قطع الأثاف في محاولة يائسة لمعرفة من الذي على الهاتف وقبل انقطاع الرانين الأخير للهاتف التقط الصماعة ثم قال لاهثا ألو؟ فرد عليه صوت رزين قائلا هل تريد الاشتراك في مجلة جلوب أن ميل؟ وإليك اقتراحا آخر لتجنب مكالمات التسويق عبر الهاتف قم بفصل هاتف منزلك في أوقات الوجبات أليست هذه الأوقات هي التي تتلقى فيها مثل هذه المكالمات في الغالب؟ سوف تشعر أسرتك بالسعادة للحصول على فرصة إجراء بعض المناقشات الجادة بدلا من هذه المقاطعات المزعجة لا تعرض نجاحك المستقبلي وراحة بالك لخطر المقاطعات المستمرة عليك أن تمنع نفسك عندما تبدأ في أداء أشياء ليست في مصلحتك ومن الآن فصاعدا لا تسمح لتلك الأنشطة المهدرة للوقت أن تتسلل إلى حياتك ولا تعود لممارستها بعد الآن إرساء حدودا جديدا هذا الجزء يدور بالكامل حول تطبيق هذه الحدود الجديدة وهو أمر يقتضي أن تحدث تغييرا في طريقة تفكيرك والأهم من ذلك فهو يقتضي الشروع في العمل بشكل فعلي لذا ابدأ من الآن وإليك مثالا جيدا لمساعدتك في مهنة الطب أصبح الأطباء سابقين إلى تعريف ووضع الحدود فنظرا للعدد الكبير من المرضى يحتاج العديد من الأطباء إلى تنظيم أنشطتهم ويعد الدكتور كينت ريمينغتون أحد أفضل خبراء التركيز وهو أحد الأطباء الجلدية المشهورين ومتخصص في العلاج باستخدام أشعة الليزر وعلى مدار سنوات ازدادت الحالات التي يباشرها نظرا لنتائج الرائعة التي يحظى بها مرضاه بعد العلاج وبالتالي فإن الاستراتيجيات الفعالة لإدارة الوقت والقدرة على التركيز على مجالات تميزه تعد أشياء ضرورية لا غنى عنها يفحص الدكتور كينت المريض الأول الساعة السابعة والنصف صباحا نعم الناجحون في أعمالهم عادة ما يستيقظون مبكرين وعند وصول المرضى يتم تسجيل أسماءهم وبياناتهم ثم إرشادهم إلى إحدى غرف الانتظار يقوم أحد المساعدين بمراجعة الملف ثم فحص المريض وفي نفس الوقت يوجه إليه أسئلة لمعرفة آخر ما وصلت إليه حالته يتم إعطاء التعليمات استعدادا لوصول الدكتور كينت الذي يصل بعد ذلك بدقائق قليلة بعدما يكون قد قرأ الملف الذي وضعه مساعده له هذا الأسلوب الجماعي في العمل يتيح للدكتور كينت التركيز على علاج المريض حيث يتم الانتهاء من إجراء جميع الفحوصات التمهيدية مسبقا وبعد وصول الدكتور كينت يتم تنفيذ المزيد من تعليماته بواسطة فريق العمل الناجح الذي يسانده بهذا الأسلوب يجري علاج المزيد من المرضى وتقليل أوقات الانتظار إلى أقصى حد فكل فرد من فريق العمل يركز على الأشياء التي يجيد القيام بها مما ينتج عنه مؤسسة ناجحة تعمل بفعالية وكفاءة مدهشة ما وجه المقارنة بين هذه المؤسسة وأماكن العمل الأخرى؟ حسنا الاحتمال الأرجح أنك تعرف الإجابة على هذا السؤال ما الذي يمكنك القيام به أيضا للوصول إلى المستوى التالي من الفعالية والتركيز؟ إليك أحد الإرشادات الهامة كن مدركا للعادات القديمة التي قد تدفعك بعيدا عن تركيزك على سبيل المثال الإفراط في مشاهدة التلفزيون إذا كنت معتادا على الاستلقاء على الأريكة لمدة ثلاث ساعات كل ليلة وضغط أزرار جهاز التحكم عن بعد الريموت كونترول كبديل لممارسة الرياضة فقد ترغب في إعادة النظر في هذا الأمر يدرك بعض الآباء عواقب هذه العادة ويحددون أوقات مشاهدة أطفالهم للتلفزيون ببضع ساعات فقط في عطلة نهاية الأسبوع لماذا لا تتبع هذا الأسلوب مع نفسك؟ إليك أحد التحديات لقياس قدراتك امتنع عن مشاهدة التلفزيون لمدة أسبوع كامل ثم لاحظ كم الأعمال الإضافية التي يمكنك إنجازها ستنداهش من النتيجة وفي دراسة أجرتها شركة نيلسون والتي تتلخص في تسجيل عدد مشاهد التلفزيون وما يشاهدونه وعدد مرات مشاهدتهم له سنجدها تقدم بعض الإحصائيات المثيرة في المتوسط يشاهد الأشخاص التلفزيون لمدة ست ساعات ونصف يوميا الكلمة الأساسية في الجملة السابقة هي المتوسط هذا يعني أن هناك أشخاص يشاهدون تلفزيون لأوقات أكثر من ذلك وبهذا المعدل ووفقا لمتوسط عمر الإنسان فإنك قد تقضي ما يقرب من 11 سنة من حياتك في مشاهدة التلفزيون بالمناسبة إذا اكتفيت بالتوقف عن مشاهدة الإعلانات فقد توفر ثلاث سنوات تقريبا نعم نحن ندرك أن العادات القديمة يصعب التخلي عنها لكن هذه الحياة ليست مجالا للتجريب والتدريب فلا يوجد مجالا لتدرك مثل هذه الأخطاء فكل النتائج محسوبة عليك فإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من حياتك فابدأ في التخلص من عاداتك القديمة للأبد وحاول التوصل إلى مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة التي سوف تساعدك على أن توجد لنفسك أسلوب حياة ثري في جميع جوانبه يروي لنا جاك قائلا عندما ذهبت للعمل لصالح دابليو كليمنت ستون في عام 1969 أجرى معي مقابلة دامت ساعة كاملة وكان أول السؤال وجهه لي هو هل تشاهد التلفزيون؟ ثم سألني في اعتقادك كم ساعة نقضيها يوميا في مشاهدة التلفزيون وبعد إجراء عملية حساب بسيطة أجبته قائلا ما يقرب من ثلاث ساعات كل يوم نظر السيد ستون إلى عيني مباشرة وقال أريدك أن تقططع ساعة يوميا وأن تخفض وقت مشاهدتك للتلفزيون إلى ساعتين فقط كل يوم إذا فعلت ذلك فستكون قد وفرت 365 ساعة سنويا وإذا قمت بقسمة هذا العدد على أربعين ساعة وهو عدد ساعات العمل الأسبوعية فسوف ترى أنك تكون قد أضفت إلى حياتك ما يقرب من سبعة أسابيع ونصف من الإنتاجية كل سنة وهذا أشبه بالحصول على شهرين إضافيين في كل سنة وقد وافقته على أن هذا تصور رائع فعال ثم سألته عن رأيه فيما يجب أن أفعله في هذه الساعة الإضافية كل يوم فاقترح علي أن أستثمرها في قراءة كتب في التحفيز وعلم النفس والتربية والتدريب واحترام الذات وهي الكتب التي لا علاقة لها بمجال عملي كما اقترح علي أيضا أن أقوم بالاستماع إلى أشرطة الكاست التي تعرض مولوعات تحفيزية وتربوية وأن أقوم بأخذ دورات دراسية وأن أتعلم لغة أجنبية وقد عملت بنصيحته الأمر الذي شكل فارقا هائلا في حياتي لا توجد معادلات سحرية نرجو أن تكون قد وصلتك تلك الرسالة الهامة وهي أن تحقيق ما تريده في الحياة لا يتطلب معادلة سحرية أو مقومات خفية فالأمر ببساطة لا يتطلب أكثر من تركيز على ما يحقق لك النجاح في مقابل ما لا يحقق لك ذلك ومع ذلك يركز الكثير من الأشخاص على الأشياء الخاطئة إن هؤلاء الذين يقضون حياتهم في انتظار اليوم الذي يتقاضون فيه رواتبهم كل شهر لم يتعلموا كيف يكتسبون الذكاء المالي إنهم يركزون أكثر على الإنفاق بدلا من إرساء قاعدة أصول قوية للمستقبل إن الكثيرين يجدون أنفسهم عالقين في وظائف أو مهن لا يستمتعون بها لأنهم لم يركزوا على تنمية وتطوير مجالات تفوقهم وتميزهم وهناك عدم إدراك مماثلا لذلك فيما يتعلق بالمسائل الصحية وقد أعلنت الجمعية الطبية الأمريكية مؤخرا أن 63% من الرجال الأمريكيين و55% من السيدات ممن تزيد أعمارهم أو أعمارهن عن 25 عاما لديهم وزنا زائد من الواضح إذن أن هناك كثيرا من الأشخاص قد ركزوا على تناول كميات كبيرة من الطعام وعلى ممارسة قدرا ضئيلا من التمرينات الرياضية وإليك النقطة الأساسية فكر جيدا وحاول أن تجد إجابات دقيقة على الأسئلة الآتية أي الأشياء تحقق لك النجاح في الحياة وأيها لا يفعل ذلك إن الإجابة على الأسئلة السابقة تتطلب تفكيرا واضحا في الفصل القادم سوف نعرض لك خطوة بخطوة كيف تقوم بالتوصل إلى ما نسميه بالوضوح غير العادي كذلك سوف تتعلم كيف تضع أهدافا تشمل كافة جوانب حياتك وتحقق لك رؤية كاملة للأمور وبعد ذلك سوف نقدم لك نظاما فريدا للتركيز يضمن لك تحقيق تلك الأهداف إن هذه الاستراتيجيات قد حققت لنا النجاح بصورة رائعة وسوف تحقق لك النجاح كذلك النجاح ليس سحرا أو براعة ولكنه ببساطة أن تتعلم كيف تركز خاتمة قمنا في هذا الفصل بتغطية الكثير من الموضوعات اقرأ هذه المادة مرات ومرات إلى أن تصبح هذه المفاهيم مألوفة لك تماما وقم بتطبيق هذه الأفكار بطريقة تتلاءم مع وضعك الخاص وبعد ذلك اشرع في العمل نؤكد مجددا على أهمية تنفيذ خطوات العمل الموجودة في نهاية الفصل فهي أدوات أساسية تساعدك على أن تجعل التركيز على الأولويات إحدى عاداتك وسوف تلاحظ في غضون أسابيع قليلة ما سيشكله هذا من فارق في حياتك حيث ستتزايد الإنتاجية بشكل هائل كما ستصبح علاقاتك الشخصية أكثر ثراء كذلك فسوف تشعر بأن صحتك أفضل منذ قبل وبالطبع ستجد أن إسهاماتك من أجل الآخرين قد ازدادت بشكل كبير سوف تحظى أيضا بمزيد من المتعة وستتاح لك الفرصة لتحقيق بعض أهدافك الشخصية التي لم تكن تجد الوقت الكافي لتحقيقها من قبل وكمكافأة لك فإن تركيزك الجديد سوف يضع مزيدا من الأموال في حسابك المصرفي وسوف تكتشف أن الفوائد والمكاسب ستكون كبيرة للغاية عندما تختار أن تكون أستاذا في التركيز على الأولويات ابدأ من اليوم خطوات العمل ورشة عمل التركيز على الأولويات ورشة عمل التركيز على الأولويات دليل عملي من ست خطوات لزيادة وقتك وإنتاجيتك إلى أقصى درجة ألف استرد كافة الأنشطة التي تستنفذ وقتك في العمل في صورة قائمة على سبيل المثال المكالمات الهاتفية الاجتماعات الأعمال الورقية المشروعات المبيعات إجراءات المتابعة قم بتقسيم الفئات الرئيسية مثل المكالمات الهاتفية والاجتماعات إلى فئات فرعية اجعل هذه القائمة تجتمل على كل شيء حتى المهام التي يستغرق أداؤها خمس دقائق فقط كن دقيقا وواضحا ومختصرا استخدم ورقة إضافية إذا كان لديك أكثر من عشرة أنشطة باء اذكر ثلاثة أشياء تتفوق في أدائها في العمل واحد اثنان ثلاثة جيم اذكر أهم ثلاثة أنشطة تدر دخلا على شركتك واحد اثنان ثلاثة دال اذكر أهم ثلاثة أنشطة لا تحب أو لا تحسن أدائها واحد اثنان ثلاثة ها من يستطيع أداء هذه الأنشطة لأجلك واحد اثنان ثلاثة واو ما هو النشاط الوحيد المضيع للوقت الذي سوف ترفض القيام به أو سوف تسنده إلى شخص آخر على الفور ما هي الفائدة المباشرة التي سوف تنتج عن هذا القرار ها قد ازدادت قوتك الدافعة فهيا إلى الاستراتيجية رقم ثلاثة هل ترى الصورة الكاملة للأمور؟ الحياة التي لا نخضعها للبحث والدراسة لا تستحق أن نعيشها سقراط بيتر دانيالز رجل غير عادي تبدو حياته كقصة من قصص الكاتب الأمريكي هوريشيو ألغر ولد بيتر دانيالز في أستراليا لأبوين فقيرين كان يتلقيان إعاناتا من صندوق الرعاية الاجتماعية التحق بيتر بإحدى المدارس الابتدائية الواقعة في مدينة أدليد بأستراليا الجنوبية وبسبب ضعف في تحصيله العقلي فقد كان يجد صعوبة في فهم الكلمات وتكوين الجمل ونتيجة لذلك كان المدرسون ينعتونه بالغبي دون أن يحاول أحدا منهم الوقوف على الأسباب أو العوامل التي أدت إلى تأخره الدراسي إما لفرط شغالهم وإما لعدم اهتمامهم بدرجة كافية بل إن الأمر قد وصل إلى أن إحدى المدرسات على وجه الخصوص واسمها ميس فليبس كانت تجعله يقف أمام تلاميذ فصله وتقوم بتوبيخه بقسوة قائلة له إنك ولد سيء ولن تصل إلى أي شيء أبدا وبالطبع فإن هذا قد أفقده احترام نفسه وتقديره إياها مما أدى إلى إخفاقه في دراسته تماما وقد اختار في بداية حياته بعد ذلك أن يصبح عامل بناء وبعد أعوام قليلة قرر أن يعمل لحسابه الخاص وكان آنذاك قد تزوج وأصبح ربا لأسرة صغيرة فشل مشروعه الأول بشكل مثير للشفقة والرثاء وأصبح مفلسا في غضون عامل لم ينل هذا الفشل من عزيمته أو يثبت من همته فقد تراءت له فرصة أخرى فشحن جهده وطاقته لتحقيق النجاح من ورائها ولكن كان نفس المصير في انتظاره وأصبح مفلسا للمرة الثانية في غضون عام ونصف وبعزم وإصرار لا يلين على التغلب على هذه العقبات اندفع بيتر بجرأة إلى عالم الأعمال التنافسي لينتهي به الأمر إلى الفشل والإفلاس للمرة الثالثة عند هذا الحد فقد أصبح لديه سجلا حافلا بالإخفاقات بتعرضه للإفلاس ثلاث مرات في غضون خمسة عوام عند هذا الحد فإن معظم الأشخاص كانوا ليرفعوا الراية البيضاء ولكن ما كان بيتر دانيالز ليصبح أحد هؤلاء ولسان حاله يقول إنني أتعلم ويكفيني أنني لم أرتكب أحد الأخطاء مرتين وبعد فهذه خبرة ممتازة التمس بيتر من زوجته روبينا أن تسانده وتقف إلى جواره مرة أخرى ثم قرر أن يعمل في بيع العقارات السكنية والتجارية كانت إحدى المهارات التي اكتسبها بيتر وقامت السنون بصقلها هي قدرته على الإقناع فقد كان مروجا بارعا بالفطرة وكان جانب كبير من هذه البراعة قد أفرزته الحاجة إلى التعامل مع سيل لم يكن ينقطع من الدائمين الذين كانوا يطالبونه بالسداد وفي خلال السنوات العشر التي تلت ذلك أصبحت العقارات السكنية والتجارية لا تذكر إلا ويذكر معها اسم بيتر دانيالز الذي استطاع من خلال الدقة في الانتقاء والذكاء في التفاوض أن يمتلك أسهما وسندات تساوي ملايين الدولارات واليوم أصبح بيتر دانيالز من رجال الأعمال المعروفين على المستوى الدولي وذلك لما أقامه من مشروعات ناجحة في الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم وأصبحت قائمة أصدقاءه تضم أفرادا من العائلات المالكة ورؤساء الدول وكذلك المتحكمين الأساسيين في حركة التجارة العالمية كما أنه رجل بر وإحسان وحريص على مساعدة الآخرين ويشهد قيامه بتمويل العديد من المؤسسات الخيرية على كرمه وجوده وعندما سئل بيتر دانيالز ما الذي غير حياته وجعلها تتحول من مديونية إلى نجاح غير مسبوق أجاب خصصت وقتا للتفكير وفي حقيقة الأمر فإنني أخصص يوما واحدا كل أسبوع أتفرغ فيه للتفكير فقط إن أروع الأفكار التي توصلت إليها والفرص التي أتيحت أمامي وكذلك ما أقمته من مشروعات مدرة للمال كل هذه الأشياء كانت بدايتها تلك الأيام التي كنت أقططعها من وقتي للتفكير لقد كنت أحبس نفسي في حجرتي الخاصة معطيا أفراد أسرتي تعليماتا مشددة بألا يزعجني أو يقاطعني أحد تحت أي ظرف من الظروف نفس هذه الاستراتيجية هي التي نجحت مع الفيزيائي الأمريكي الشهير ألبرت أينشتاين صاحب نظرية نسبية فقد كان يجلس على كرسيه الخاص ويمارس تأملاته كذلك فقد بدلت تلك الاستراتيجية حياة بيتر دانيالز ليتحول من تلميذ فاشل في دراسته إلى شخص يمتلك الملايين وبالمناسبة فقد قام بيتر دانيالز حتى الآن بتأليف العديد من الكتب الشهيرة كان عنوان أحدها يذكر به مدرسته السابقة بأن لا تفقد الأمل في تلاميذها وأن لا تتخلى عنهم سريعا الوصول إلى درجة غير عادية من وضوح الرؤية هناك سبب آخر وراء ما يحظى به بيتر دانيالز من نجاح مستمر وهو قدرته على أن يرسم في مخيلته صورا مثيرة عن المستقبل فمعظم الأشخاص ليست لديهم صورة واضحة لما يريدون أو لديهم على أفضل تقدير صورة مشوشة باهدة فماذا عنك أنت؟ هل تقوم بصورة منتظمة بتخصيص وقتا للتفكير في مستقبلك الأفضل؟ قد تقول في نفسك لقد صار الأمر بشكل طيب مع بيتر دانيالز ولا بأس بما فعله ولكنني عن نفسي لا أستطيع مطلقا أن أجد يوما كل أسبوع أخصصه للتفكير كما يفعل هو وكيف ذلك وأنا أحتاج إلى يوم إضافي فقط حتى أستطيع مواكبة التزاماتي الحالية والوفاء بها حسنا ألا يمكنك أن تبدأ بخمس دقائق فقط كل أسبوع تزيدها تدريجيا حتى تصبح ساعة كاملة؟ أولن يكون استثمارا جيدا لوقتك أن تقضي ستين دقيقة كل أسبوع ترسم خلالها لمستقبلك صورة مثيرة؟ إن المفارقة الغريبة هي أن معظم الأشخاص يقضون وقتا للتخطيط على سبيل المثال لقضاء عطلة مدتها أسبوعان أكبر مما يقضونه للتخطيط لحياتهم وبالأخص لمستقبلهم المالي صورة مرفقة مدونة عليها هل لاحظت أن الأطفال لديهم وضوحا غير عادي؟ إليك بعض الأدلة على ذلك سمعت أنه يمكنك أن تقع في حب أربع فتيات في وقت واحد طفل في التاسعة اكتشفت أنه بمجرد أن أرتب حجرتي بالطريقة التي تعجبني أن أمي تجعلني أقوم بتنظيفها طفل في الثالثة عشرة تعلمت أنه لا يمكنك أن تخفي قطعة من القنبيط في كوب من اللبن طفل في السابعة المصدر كتاب Live and Learn and Pass It On H. Jackson Brown وهذا وعد منا إذا بذلت الجهد المطلوب لكي تكتسب عادة الوضوح غير العادي في التفكير والرؤية المستقبلية فسوف تكون الفائدة التي تعود عليك من جراء ذلك هائلة على طول الطريق وسواء كانت رغبتك هي أن تكون حرا من الديون أو مستقلا ماليا أو أن تحظى بمزيد من وقت الراحة والمتعة أو أن تقيم علاقات جميلة رائعة مع الآخرين فبإمكانك أن تحقق كل هذا بل وأكثر منه فقط إذا كانت لديك صورة واضحة تماما لما تريده وفي الصفحات القليلة القادمة سوف تكتشف استراتيجية شاملة سوف تعطيك صورة مكبرة للأعوام القادمة وفي الفصول التالية لها سوف تتعلم كذلك كيف تقوي وتدعم هذه الرؤية المستقبلية من خلال تطبيق خطط أسبوعية في الوقع فإنك سوف تجد نفسك محاطا بحصن منيع من الدعم والمساندة سوف يجعلك مستعصي على السلبية والشكوك فهلما لنبدأ هل أنت شخص يضع لنفسه أهدافا عن عمد؟ إذا كنت كذلك فهذا أمر رائع ومع ذلك فمن فضلك قم بقراءة المعلومات التي نحن على وشك تقديمها إليك الاحتمالات هي أنك سوف تستفيد من هذا الدعم المعلوماتي علاوة على أن هذه الرؤية الموسعة لوضع الأهداف ربما تعطيك أفكارا ومفاهيم جديدة أما إذا لم تكن تضع لنفسك أهدافا بشكل متعمد بمعنى أنك لا تقوم بالتخطيط على الورق أو بتحديد ما تريد تحقيقه من غايات في الأسابيع أو الشهور أو الأعوام القادمة إذن فانتبه بشدة إلى هذه المعلومات فإنها من الممكن أن تحسن حياتك بصورة هائلة ولكن أولا ما هو تعريف الهدف؟ لأنك إذا لم تكن واثقا تماما من معرفتك في هذا الشأن فربما تحيد عن المسار الصحيح قبل أن تبدأ ونحن قد سمعنا طوال سنوات إجابات كثيرة على هذا السؤال إليك أفضلها الهدف هو الملاحقة المستمرة لغاية مهمة حتى تحقيقها لنتأمل الكلمات المفردة التي تكون هذه الجملة فكلمة مستمرة تعني أنها عملية طويلة لأن الأهداف تقتضي وقتا لتحقيقها وكلمة ملاحقة تشير إلى معنى من معاني المطاردة وإلى احتمال أن تكون هناك بعض العوائق والعقبات التي يتعين عليك التغلب عليها وكلمة مهمة توضح أن عملية المطاردة سوف تكون مستحقة للعناء المبذول في سبيلها وأن هناك مكافأة كبيرة بدرجة كافية تنتظرك في النهاية تجعلك تتحمل ما ستخوضه من أوقات عصيبة وتعبير حتى تحقيقها يوحي بأنك سوف تفعل كل ما يقتضيه الأمر لإنجاز المهمة إن مواصلة العمل على تحقيق الأهداف ليس بالشيء اليسير دائما ولكنه شيئا أساسيا إذا كنت تريد أن تحيا حياة حافلة بالإنجازات الرائعة إن وضع تحقيق الأهداف إحدى أفضل الطرق لقياس وتقييم مدى تقدمك في الحياة ولبلوغ درجة غير عادية من الوضوح في التفكير والرؤية ولمعرفة مدى أهمية ذلك كله فكر في البدين مجرد المضي بلا هدف على أمل أن يقع طائر الحظ الطيب على كتفيك في يوم ما بجهد قليل أو بدون أي جهد يذكر من جانبك استيقظ من غفلتك فلا تزال أمامك الفرصة لتجد حبة من السكر فوق شاطئ رملي قائمة مراجعة بأفضل عشرة أهداف يعرض مقدم البرامج الشهير ديفيد لترمن في برامجه قوائما سخيفة وعديمة الفائدة تجتمل على أفضل عشرة أشياء في مجالات مختلفة ورغم ذلك يحرص الكثيرون على الحصول عليها ويبذلون أموالهم مقابل ذلك إليك قائمة أكبر قيمة بكثير وهي عبارة عن قائمة مراجعة تجعلك تتأكد من أنك تستخدم إطار عمل ناجح لوضع الأهداف وهي تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسس أو المبادئ التي يقوم عليها أي نظام ناجح لوضع الأهداف لذا خذ منها ما يبدو أنه يلائمك على أفضل نحو وقم بتطبيقه يبدو هذا واضحا ومع ذلك فهناك خطأ شائع يرتكبه آلاف الأشخاص وهو أنهم لا يقومون بوضع أهدافهم الرئيسية بأنفسهم وإنما يتخلون عن هذه المهمة لأشخاص آخرين قد تكون الشركة التي تعمل بها هي التي تضع لك أهدافك أو النشاط الذي تعمل فيه أو رئيسك في العمل أو البنك أو الشركة العقارية التي تتعامل معها أو أصدقائك أو جيرانك وفي حلقات النقاش التي نعقدها نعلم الأشخاص أن يطرح كل منهم على نفسه السؤال التالي ما الذي أريده حقا؟ وذات مرة وعقب إحدى الجلسات جاء إلينا أحد الأشخاص وقال أعمل طبيبا للأسنان وقد انتهنت هذه المهنة فقط تلبية لرغبة والدتي ولكنني اكتشفت أنني أكره هذه المهنة وقد حدث ذات يوم أن تسببت بطريق الخطأ في إحداث ثقبا في جانب من فم أحد المرضى بينما كنت أعالجه وانتهى الأمر بأنني اضطررت لدفع مبلغ 475 ألف دولار كتعويض لهذا الرجل إليك النقطة الأساسية عندما تعطي للآخرين أو للمجتمع الفرصة لتحديد تعريفك للنجاح فإنك بذلك تدمر مستقبلك وتقضي عليه ومن ثم فإنه يتعين عليك أن تضع نهاية لذلك على الفور ولتفكر في هذا الأمر للحظة واحدة إن وسائل الإعلام تمتلك أحد أقوى التأثيرات عليك فيما يتعلق بصنع القرارات ومعظم الأشخاص يؤمنون بما تقدمه إليهم كل يوم وفي الواقع فإذا كنت تقطن في مدينة كبيرة إلى حد ما فإنك تتلقى 27 ألف رسالة إعلانية يوميا على الأقل إلى جانب الإعلانات المستمرة التي تبث من خلال الإذاعة والتلفزيون وعلاوة على ذلك فإن لوحات الإعلانات والصحف والمجلات تسهم هي الأخرى في هذا الغزو الإعلامي الذي يؤثر على تفكيرنا بشكل شعوري ولا شعوري وعلى نحو الموصول ووسائل الإعلام تجعل تعريف النجاح مقصورا على مدى أناقة الثياب التي نرتديها وفخامة السيارات التي نقودها والمنازل التي نقطنها وروعة العطلات التي نقضيها وبناء على المكان الذي تأخذه في هذا التصنيف توسم بالنجاح أو الفشل هل تريد ذليلا آخر على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تعريف النجاح حسنا ما الذي نراه على الصفحة الأولى لأكثر المجلات رواجا إحدى فتيات الغلاف وبالطبع فإنها تكون فتاة شديدة الحسن والجاذبية ولها قوام بديع وشعر رائع وسحر خاص ولا ترى العين فيها إلا جمالا وزحرا أو رجلا ضخم الجثة عريض الكتفين مفتول العضلات يصب القول إنه قد اكتسب هذا الجسد القوي عن طريق التدريب لمدة خمس دقائق فقط كل يوم فما هي الرسالة التي يراد توصيلها إليك من خلال ذلك كله الرسالة واضحة وهي أنه إذا لم تكن تشبه هذا الرجل أو تشبهين هذه الفتاة فأنت رجل فاشل أو أنت امرأة فاشلة ليس هناك أي غرابة إذن في أن الكثيرين من المراهقين والمراهقات يعانون من الاضطرابات الغذائية المختلفة كالإصابة بالشره المرضي أو بفقدان الشهية ما دام المجتمع لا يتسامح مع أي شخص لا يحظى بمظهر حسن ولو إلى حد بسيط أو لا يتمتع بنظرات ساحرة إن نظرة المجتمع للأشخاص بهذا الشكل تعد أمرا سخيفا للغاية قرر الآن أن تضع تعريفك الخاص للنجاح وتوقف عن القلق بشأن ما يعتقده بقية العالم بأسره ولقد ظل سام والتن مؤسس سلسلة متاجر وولمارت للبيع بالتجزئة التي تعتبر أكبر المتاجر وأكثرها نجاحا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي لسنوات يستمتع بقيادة سيارته الفورد القديمة على الرغم من أنه كان واحدا من أثر الأثرياء في ذلك الوقت وعندما كان يسأل لماذا لا يستخدم سيارة تناسب وضعه ومركزه بصورة أفضل كان يجيب قائلا إنني فقط أحب سيارتي القديمة هذه لذا أسقط من حساباتك كل ما يتعلق بالمظاهر وضع لنفسك من الأهداف ما ترى أنه يناسبك أنت وبالمناسبة إذا كنت تريد حقا أن تمتلك سيارة فارهة أو تقطن في منزل رائع أو توجد لنفسك أسلوب حياة مثير فلا بأس في ذلك فقط تأكد أن هذا هو ما تريده حقا وأنك تسعى وراءه للأسباب الصحيحة اثنان أهدافك يجب أن تكون مهمة يتذكر المتحدث الشهير تشارلي جونز الأيام التي مرت عليه وهو في بداية حياته العملية قائلا أتذكر عندما كنت أكافح لأبدأ عملي بطريقة ناجحة كانت هناك ليال طوال سهرتها أعمل في مكتبي وأتذكر كيف كان يبلغ بي التعب مبلغه في بعض الأحيان فأخلع سترتي وأكورها جاعنا منها وسادة أضعها فوق مكتبي وأريح رأسي عليها لأخططف ساعات قليلة من النوم وأنا جالس في مكاني كانت أهداف تشارلي بالغة أهمية لدرجة جعلته يفعل كل ما اقتضاه الأمر ليحقق لعمله النمو والازدهار وإذا كان هذا معناه أن عليه في بعض الأحيان أن يقضي ليلته في العمل وينام في مكتبه عندما يغلبه التعب لساعات قليلة فقط قبل أن يأتي صباحا جديد فليكن ذلك هذا هو الالتزام الكامل الذي يعد مقوما حاسما وحتميا إذا أردت أن تصبح أفضل ما يمكن أن تكونه وقد استطاعت شارلي في أوائل الثلاثينيات من عمره بعد كد ومثابرة أن ينشئ شركة سمسرة في مجال التأمينات كانت تدر عليه دخلا يزيد على مائة مليون دولار سنويا وكان ذلك في أوائل السيتينيات من القرن الماضي عندما كان مبلغ المائة مليون دولار لا يزال يعد مبلغا ضخما لعلك لاحظ أن أرباح الشركات الكبيرة أصبحت تقاس الآن بالبلائين عندما تستعد لتدوين أهدافك المستقبلية اسأل نفسك ما هو المهم بالنسبة لي حقا وما هو الغرض من إنجاز هذا الأمر وما الذي أنا على استعداد للتخلي عنه في سبيل تحقيقه إن تفكيرك على هذا النحو سوف يزيد من قدرتك على رؤية الأمور بوضوح ولذلك فهو أمر بالغ الأهمية فالأسباب التي لديك لوضع خطة عمل جديدة هي التي تعطيك الحافظ والطاقة لكي تنهض من فراشك في الصباح حتى في الأيام التي لا تشعر فيها برغبة في ذلك واسأل نفسك ما هي المكاسب والفوائد التي سوف أحققها من وراء هذا النظام الجديد ركز على أسلوب الحياة الجديد والمثير الذي يمكنك أن تستمتع به إذا قطعت على نفسك عهدا من الآن بأن تعمل بصورة ثابتة ومستمرة أما إذا لم يفجر ذلك طاقتك ويحثك على العمل والسعي فما عليك إلا أن تفكر في البديل فإذا ما داومت فقط على القيام بنفس الأشياء التي كنت تقوم بها دائما فماذا سيكون عليه أسلوب حياتك بعد خمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة من الآن ما هي الكلمات التي سوف تصف صورة مستقبلك المالي إذا لم تقم بعمل أي تغييرات ماذا عن صحتك وعلاقاتك ومقدار الوقت الذي سوف تستطيع قضاؤه في المستقبل بعيدا عن العمل للراحة والمتعة هل سيكون بمقدورك في المستقبل أن تستمتع بمزيد من الحرية أم سوف تظل تعمل لساعات طويلة كل أسبوع تجنب ظاهرة آه لو كنت يعلق الفيلسوف الكبير جيم رون على ذلك بحكمة وتعقل مشيرا إلى أن هناك مصدرين رئيسيين للألم في هذه الحياة أحدهما هو النظام والآخر هو الندم وإذا كان الألم الناشئ عن النظام يزن ذرات فإن الألم الناشئ عن الندم يزن أطنانا وذلك عندما تسمح لحياتك بأن تنضي هباء وتضيع سدى ومن المؤكد أنك لا تريد بعد سنوات أن تنظر إلى الماضي قائلا فقط لو كنت قد انتهزت فرصة العمل تلك فقط لو كنت قد قمت بالادخار والاستثمار بانتظام فقط لو كنت قد قضيت وقتا أطول مع أسرتي فقط لو كنت قد اعتنيت بصحتي تذكر إنه خيارك أنت وأنت مسؤول بشكل أساسي عن كل خيار تقوم بأخذه ومن ثم اختر بحكمة وتعقل وعاهد نفسك من الآن على أن تضع من الأهداف ما يضمن حريتك ونجاحك في المستقبل 3- أهدافك يجب أن تكون محددة وقابلة للتقييم هذه هي النقطة التي يخفق عندها معظم الأشخاص فأحد الأسباب الرئيسية التي تمنعهم دائما من تحقيق ما هم قادرون على تحقيقه هو أنهم لا يحددون ما يريدونه بدقة إن التعميمات الغامضة والتصريحات والعبارات الهشة ليست جيدة بما فيه الكفاية فعلى سبيل المثال إذا قال أحد ما إن هذا فيه هو أن أكون مستقلا ماليا فما الذي يعنيه ذلك حقا فالاستقلال المالي عند البعض هو امتلاك مدخرات واستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليون دولار مثلا وهو عند البعض الآخر كسب 100 ألف دولار سنويا كما أن هناك من ينظر إليه على أنه مجرد التحرر من الديون فما الذي يعنيه بالنسبة لك وإلى أي فئة تنتمي من الفئات الثلاثة السابقة إذا كان الاستقلال المالي يعد هدفا مهما بالنسبة لك فخذ الوقت الكافي من الآن لكي تقرر ذلك ويتطلب تعرفك للسعادة نفس هذا التدقيق فبمجرد قولك إن هدفي هو أن أقضي وقتا أطول مع أسرتي لا يفي بالغرض ولكن المفيد هنا هو أن تحدد بدقة ما هو مقدار هذا الوقت الذي تريد قضاءه مع أسرتك ومتى تريد ذلك وما هي عدد مرات تكراره وكيف ستقضيه ومع من إليك كلمات قليلة سوف تساعدك بشكل هائل كن أكثر ذقة وتحديدا يروي لنا لس قائلا أشار أحد عملائنا في برنامج إعداد الناجحين إلى أن هدفه من أجل صحة أفضل هو أن يبدأ في ممارسة التمرينات الرياضية كان هذا الشخص يشعر بالكسر والتقاعس إلى حد ما وكان ينزمه مزيدا من الطاقة والنشاط إن ممارسة التمرينات الرياضية تعد تعريفا سيئا جدا لهذا الهدف فهي عبارة عامة للغاية وليست ثم توسيلة لقياس وتقييم مدى التقدم نحو تحقيق هذا الهدف من خلالها ولذلك فقد أجبناه كن أكثر دقة وتحديدا فأضاف إن هدفي هو ممارسة التمرينات الرياضية لمدة ثلاثين دقيقة كل يوم أربع مرات في الأسبوع حاول أن تخمن ما الذي أجبناه به بعد ذلك؟ نعم لقد أجبناه كن أكثر دقة وتحديدا ومن خلال تكرار هذا الجواب مرات عديدة فإن هدفه من أجل صحة أفضل قد أعيد تعريفه ليصبح كالتالي إن هدفي هو ممارسة التمرينات الرياضية لمدة ثلاثين دقيقة كل يوم أربع مرات في الأسبوع أيام الاثنين والأربعاء والجمعات والسبت من السابعة إلى السابعة والنصف صباحا وكان في كل مرة يمارس تمرين المد لمدة عشر دقائق ثم يقضي العشرين دقيقة الباقية في التدريب على الدراجة الثابتة ومن الملاحظ أن الفارق هائل بين تعريفه الأول لهدفه وتعريفه النهائي فالآن نستطيع بسهولة أن نتتبع تقدمه فإذا ما جئناه في التوقيتات المحددة للتدريب لملاحظته ومراقبته فسنجد أنه إما يمارس التمرينات كما قال وإما لا وهو المسؤول الآن عن النتائج إليك النقطة الأساسية عندما تضع هدفا ما فعليك أن تتحدى نفسك بالكلمات التالية كن أكثر دقة وتحديدا وداوم على تكرار هذه الكلمات حتى يصبح هدفك واضحا ومحددا تماما ويصبح من الممكن تقييمه وقياس مدى ما تحدزه من تقدم صوبة ومن خلال قيمك بذلك سوف تزيد بشكل هائل من احتمالات تحقيقك للنتيجة المرجوة تذكر أن الهدف غير المحدد بدقة هو مجرد شعار من المهم أن يكون لديك نظاما لقياس وتقييم تقدمك ويعد نظام التركيز للناجحين الذي نستخدمه خطة فريدة سوف تجعل من السهل عليك القيام بعملية التقييم وسوف تجد شرحا تفصيليا لهذا النظام في خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل أربع أهدافك يجب أن تكون مرنة لماذا يعد هذا أمرا مهما؟ هناك سببا أولا أنت لا يلزمك أن تضع نظاما صارما للغاية بحيث لا يقبل أي تعديل أو تغيير ويشعرك بالضيق والاختناق على سبيل المثال إذا قمت بوضع برنامجا لممارسة التمرينات الرياضية من أجل استمتاع بصحة أفضل فربما يلزمك أحيانا أن تقوم بتغيير التوقيتات التي حددتها للتمرين خلال الأسبوع وكذلك نوع التمرينات التي تمارسها وبالتالي لا يصبح الأمر مملا ويستطيع أحد مدرب اللياقة البدنية المتمرسين أن يساعدك على وضع برنامجا معين للتمرينات يحقق عنصر الإمتاع ويشتمل على مجموعة متنوعة من التمرينات ويضمن في الوقت نفسه تحقيق النتائج المرغوبة السبب الثاني هو أن أي خطة مرنة تمنحك الحرية في أن تغير مسارك إذا ما لاحت لك في الأفق فرصة حقيقية يكون من الحماقة أن لا تلاحقها ولكن يجب أن تتوخى الحذر هنا فإنما سبق لا يعني أن عليك أن تبدأ في ملاحقة كل فكرة أو فرصة تمر ببابك فمن المعروف عن رجال الأعمال أنهم يقعون فريسة سهلة لمحاولات تشتيت الانتباه وأنهم يفقدون تركيزهم بسهولة فتذكر أنك لست بحاجة إلى أن تورط نفسك مع كل فكرة جديدة وأن التركيز على فكرة واحدة أو اثنتين فقط هو الذي يمكنه أن يحقق لك السعادة والثراء 5- أهدافك يجب أن تكون مثيرة وبعثة على التحدي الكثيرون من أصحاب الأعمال يصلون على ما يبدو إلى حالة من الاستقرار أو الثبات النسبي بعد بضع سنوات من بداية آخر مشروع جديد قاموا بإنشائه إنهم يفقدون تلك الإثارة الأولى التي عاشوها في الماضي والتي كانت تزكيها في الأصل تلك الشكوك والمخاطر التي كانت دائما تحيط بطرح منتجاتهم أو خدماتهم في الأسواق للمرة الأولى ويتحولون بمرور الوقت إلى مجرد مديرين وإداريين يؤدون عملا أصبح جانبا كبيرا منه يبدو مكررا وغير باعث على الإلهام إنك عندما تضع أهدافا مثيرة وباعثة على التحدي فأنت بذلك تضع لنفسك حدا يقف حائلا بينك وبين الرضا والتسليم بحياة يملأها الملل والسأم ولكي تفعل ذلك فإنه يتعين عليك أن تثب خارج نطاق راحتك ورفاهيتك وقد تكون هذه الخطوة مروعة بعض الشيء لأنك لا تعرف أبدا على وجه التأكيد ما إذا كنت ستهبط على قدميك أم لا ولكن إليك سببا وجيها يجعلك تحث نفسك على الانطلاق إلى الأمام وهو أنك سوف تعرف دائما المزيد عن الحياة وعن قدرتك على النجاح فقط عندما لا تكون رخي البال فكثيرا ما تواتين الأفكار والإبداعات العظيمة عندما نكون في موقف غاية في الصعوبة في مواجهة حائط الخوف يعد المستكشف والمغامر الشهير جون جيدرد وهو الرجل الذي تقول عنه مجلة Reader's Digest إنه إنديانا جونز الحقيقي نموذجا رائعا يمكن الاحتذاء به فيما يتعلق بهذا المفهوم فقد قام في مرحلة ما قبل النج وهو في سن الخامسة عشر بإعداد قائمة تشتمل على 127 هدفا أراد تحقيقها ولو استغرق ذلك عمره بكامله وكانت جميع تلك الأهداف من النوعية التي تمثل تحديا لطاقات المرء وقدراته إليك بعضا منها استكشاف ثمانية من أكبر أنهار العالم بما فيها نهر النيل ونهر الأمازون ونهر الكونغو تسلق 16 جبلا من أكثر جبال العالم ارتفاعا بما فيها جبل أفرست وجبل كينيا وجبل ماترهورن تعلم قيادة الطائرة الطواف حول العالم بحرا وقد قام بذلك أربع مرات زيارة القطبين الشمالي والجنوبي العصف على آلتي الفلوت والكمان ودراسة الحضارات البدائية في 12 دولة من بينها جزيرة بورونيو والسودان والبرازيل وبحلول عامه الخمسين كان جون جادرد قد استطاع أن يحقق بنجاح أكثر من مائة هدف من الأهداف التي اجتملت عليها قائمة وعندما سئل ما الذي جعله يضع هذه القائمة المدهشة في المقام الأول وهو لا يزال بعد في الخامسة عشر من عمره أجاب قائلا وضعتها لسببين أولهما أنني كنت قد ضقت ذرعا وسئمت من سطوة الكبار إذ كانوا دائما ما يملون علينا ما ينبغي وما لا ينبغي علينا أن نفعله بحياتنا والسبب الثاني هو أنني لم أرد أن أبلغ الخمسين من عمري وأدرك ساعتها فقط أنني لم أنجز أي شيء حقا قد لا يلزمك أن تتحدى ذاتك كما فعل جون جادرد ولكن لا ترضى بالتوسطية في أي شيء وتقنع بأن تكون شخصا عاديا اجعل أفكارك ضخمة عظيمة وضع لنفسك أهدافا تجعلك في حالة من الإثارة والترقب لا يعرف النوم معها طريقه إلى جفنيك إلا بالكاد إن الحياة لديها الكثير لتمنحه لك فلماذا لا تحظى بنصيبك العادل منها 6- أهدافك يجب أن تكون متوافقة مع قيمك التناسق والسلاسة هما كلمتان تصفان أي عملية تتحرك قدما نحو الاكتمال بطريقة عفوية وعندما تسير أهدافك جنبا إلى جنب مع قيمك الأصيلة فإن الآلية التي يعمل بها هذا التوافق تبدأ في العمل ولكن ما هو المقصود بالقيم الأصيلة؟ هي الأشياء التي تشعر تجاهها بمشاعر قوية راسخة ويتردد صداها عندك في أعماق قيانك إنها تلك المعتقدات الأساسية التي اكتسبتها خلال سنوات طويلة وترسخت بداخلك بصورة قوية وكونت شخصيتك الصدق والأمانة مثلا هم اثنان من تلك المعتقدات يمكنك أن تضع قائمة خاصة بك في هذا الصدد في صفحة ما وعندما تفعل شيئا يتعارض مع هذه القيم فإن حدسك أو شعورك الداخلي يذكرك وينبهك إلى أن شيئا ما ليس على ما يرام افترض أنك مدينا بمبلغ كبير من المال وأن هناك ضغوطا هائلة يمارسها عليك الدائن حتى تقوم بسداد هذا القرض في الواقع فهذا موقف لا يطاق ثم يحدث وأنت في ظل هذه الظروف أن يأتيك أحد الأصدقاء ذات يوم ويفاتحك قائلا لقد توصلت إلى وسيلة تجعلنا أنا وأنت نحرز بعض المال بطريقة سهلة كل ما نحتاج إليه هو أن نصط على البنك ونقوم بسرقته إن لدي خطة مضمونة محكمة سوف تمكننا من دخول البنك والخروج منه في 20 دقيقة أنت الآن أمام معضلة مثيرة للاهتمام فمن ناحية فإن لديك رغبة قوية في أن تخفف من حدة مشكلاتك المالية والحصول على ذلك القدر الكبير من المال يبدو أمرا مغريا للغاية ومع ذلك فإذا كانت الأمانة تمثل قيمة بالنسبة لك وكانت هذه القيمة أقوى من رغبتك في الحصول على هذا المال فلن تطاوعك نفسك في السطو على البنك وسرقته لأنك تعلم أن القيام بذلك ليس من الصواب في شيء وحتى إذا كان صديقك المزعون يتمتع بقدرة فائقة على الإقناع وتمكن من إقناعك بالاشتراك معه في القيم بهذه السرقة فلن تهدأ روحك بعدها أبدا وسيظل هناك ما يعتمل بداخلك ويحيك بصدرك من مشاعر الذنب وتأنيب الضمير التي سوف تظل تلاحقك إلى الأبد كرد فعل للأمانة التي هي إحدى قيمك الأصيلة وعندما تسخر قيمك الأصيلة لوضع أهدافا إيجابية ومثيرة وذات مغزى فإن عملية صنع القرار تصبح ميسورة إذ لا يوجد في هذه الحالة أي صراعا داخلي يعوق تقدمك أو يعرقل مسيرتك الأمر الذي سوف يولد بداخلك موجة عارمة من الطاقة والنشاط تدفعك إلى مستويات عالية جدا من النجاح سبعة أهدافك يجب أن تكون متوازنة بشكل جيد إذا تعين عليك أن تحيى حياتك مرة ثانية فما الذي كنت ستفعله بشكل مختلف؟ عندما تسأل أشخاص في الثمانينيات من عمرهم هذا السؤال لا تأتي إجاباتهم أبدا على هذا النحو كنت سأقضي وقتا أطول في العمل أو كنت سأحضر المزيد من اجتماعات مجلس الإدارة إنهم بدلا من ذلك يشيرون بوضوح إلى أنهم كانوا سيكثرون من سفرياتهم ويقضون وقتا أطول مع أسرهم ويحظون بالمزيد من الراحة والمتعة لذا عندما تقوم بوضع أهدافك لنفسك تأكد أن تجعل هذه الأهداف تشتمل على مجالات تمنحك الوقت الكافي للاسترخاء والاستمتاع بالأشياء الجميلة في الحياة وعليك أن تعي جيدا أن العمل بلا توقف ولساعات طويلة كل أسبوع هو وسيلة موثوقة تعرض بها صحتك للاعتلال والانهيار والحياة أقصر من أن تفوتك مباهجها وفي الفصل الرابع تحقيق أفضل توازن سوف تكتشف استراتيجية ممتازة سوف تجعل من السهل عليك أن تستمتع بأسلوب حياة متوازن بشكل جيد ثمانية أهدافك يجب أن تكون واقعية بداية فإن هذا يبدو متناقضا مع التعليقات السابقة بشأن أهمية أن تجعل أفكارك ضخمة وعظيمة ومع ذلك فإن قدر من الواقعية سوف يضمن أنك سوف تحقق نتائجا أفضل والنقطة التي يتخلى عندها معظم الأشخاص عن الواقعية فيما يختص بأهدافهم هي تحديد ذلك القدر من الوقت الذي سوف يستغرقه تحقيق تلك الأهداف كن مصرا على أن تتذكر هذه الجملة ليس هناك وجود لما نسميه هدفا غير واقعي فقط هناك إطارا زمنيا غير واقعي فإذا كنت تكسب ثلاثين ألف دولار سنويا وكان هدفك هو أن تصبح مليونيرا في غضون ثلاثة شهور فذلك بلا ريب أمر غير واقعي وعندما يتعلق الأمر بالمشروعات التجارية الجديدة فالقاعدة الجيدة المبنية على تجربة العملية هي أن تضاعف الوقت الذي تعتقد أنه يلزم لكي يبرز المشروع إلى حيز الوجود بصفة مبدئية لماذا؟ لأن هناك عادة التأخيرات والمعوقات القانونية والروتين الحكومي وبعض الصعوبات والتحديات الخاصة بالتمويل والكثير والكثير من الأشياء الأخرى التي عادة ما تعوقك وتجعلك تتقدم ببطء وأحيانا يضع الأشخاص أهدافا خيالية تماما فمثلا إذا كان طولك يبلغ أربعة أخدام فقط فمن المرجح أنك لن تستطيع أبدا أن تحترف لعبة كرة السلة ولذلك ومهما كلف الأمر اجعل أفكارك ضخمة عظيمة وارسم لمستقبلك صورة مثيرة ولكن فقط تأكد أن تنفيذ خطتك وتحقيق أهدافك ليس أمرا بعيدا لاحتمال وأنك قد قمت بتخصيص الوقت الكافي والمعقول للقيام بذلك 9- أهدافك يجب أن تشتمل على إسهام ما 10- هناك حكمة شهيرة تقول كما تزرع تحصد أو ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وهذه حقيقة أساسية ويبدو أنه إذا ما بادرت بتقديم الأشياء الطيبة للآخرين ومددت إليهم يد العون والمساعدة بصورة حسنة فإن حصادك من وراء ذلك مضمون تلك صفقة جيدة للغاية أليس كذلك؟ ولكن وللأسف فكثيرون مما يكافحون من أجل النجاح وهو المال والأشياء المادية الأخرى من وجهة نظرهم عادة يضيعون على أنفسهم فرصة طيبة للإسهام من أجل الآخرين ذلك لأنه ليس لديهم الوقت ليقدموا إلى مجتمعهم شيئا في المقابل ولا يوجد في حياتهم مجالا لذلك إنهم ببساطة شديدة مطبعون على الأخذ لا على العطاء ومن يداوم على الأخذ فقط فهو الخاسر على المدى البعيد والإسهام من أجل الآخرين يمكن أن يأخذ أشكالا وصورا عديدة فبإمكانك أن تمنحهم من وقتك ومن خبرتك وبالطبع من مالك لذا اجعل الإسهام من أجل الآخرين جزءا لا يتجزأ من برنامج أهدافك المستمر على أن تقدم هذا الإسهام دون قيد أو شرط ولا تتوقع شيئا في المقابل على الفور فإن مقابل ذلك سوف يأتيك في حينه وفي الغالب بطرق غير متوقعة تماما يعد هذا الجزء الأخير من قائمة مراجعة أهدافك مسألة خلافية تشتمل على ثلاث وجهات نظر مختلفة فالبعض يؤيد ويدافع عن فكرة أن تخبر الجميع بما أنت مقدما عليه وعلتهم أن ذلك أمرا يجعلك أكثر إحساسا بالمسؤولية فمن الصعب جدا أن تتراجع أو تتخاذل بينما يراقبك الجميع ليروا ما إذا كنت ستفعل حقا ما قلت إنك سوف تفعله أو لا وإذا ما اخترت هذه الاستراتيجية فسوف تتعرض لقدر كبير من الضغوط وفي حقيقة الأمر فإن هناك أشخاص معينين تروقهم هذه الطريقة ولا يعملون بنجاح إلا من خلالها يعد الدكتور روبرت ايت شولر مثالا جيدا في هذا الصدق فقد أخبر الجميع بأنه سيقوم ببناء كاتدرائية رائعة في جاردن جروف كاليفورنيا بتكلفة تزيد على 20 مليون دولار وقد قابل عددا كبيرا من المراقبين فكرته تلك بالسخرية والاستهزاء وصرحوا بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك ولكنه رغم ذلك مضى قدما ونجح في إنجاز الأمر على كل حال وماذا كانت التكلفة؟ أقل من 30 مليون دولار بقليل وقد أوجز الدكتور شولر المسألة برمتها في إحدى تعليقاته عندما قال أعتقد أن الإنسان عندما تكون لديه أحلاما عظيمة فإنه بذلك يجتذب أحلاما عظيمة أخرى وهذا هو ما حدث معه ففي وقع الأمر فقد قام العديد من الأشخاص بالتبرع كل منهم بما يزيد على مليون دولار للمساعدة في إنجاح هذا المشروع أما الخيار الثاني فهو أن تضع أهدافك الخاصة وتحتفظ بها لنفسك ولا تخبر أحدا عنها وتشرع في العمل على تحقيقها فالأفعال أبلغ من الأقوال وسوف تفاجئ بذلك الكثيرين أما الخيار الثالث الذي يبدو أكثر حكمة وتعقلا من الخيارين السابقين فهو أن تتخير بعناية شديدة بعض الأشخاص ممن تثق بهم وبفكرهم وتعلم أنهم يتسمون بالمبادرة وتحدثهم عن أحلامك وتتبادل معهم الآراء بشأنها فهؤلاء هم الذين سوف يقفون إلى جوارك ويساندونك ويشجعونك إذا ما تأزمت الأمور وإذا كانت لديك خططا كبيرة فسوف تحتاج إلى مساعدتهم وذلك لأنك سوف تكون عرضة لمواجهة بعض العقبات على طول الطريق الآن وقد وضعنا الخطوط العريضة فقد حان الوقت للشروع في تنفيذ خطتك الأساسية وهذا هو الجزء المثير في الموضوع وفي الواقع فهو الذي يحقق لك مستقبلا أفضل ويجعلك تنعم برؤية واضحة هذه هي صورتك الكاملة للأمور هناك ست خطوات رئيسية ونحن نقترح عليك أن تقوم بقراءتها أولا ثم تخصص بعد ذلك الوقت الكافي لتنفيذ كل استراتيجية استخدم خطوات العمل الموجودة في نهاية الفصل كدليل لك وسوف يتم تناول الخطوتين الخامسة والسادسة بمزيد من التفصيل في الفصلين الرابع والخامس واحد راجع قائمة المراجعة المجتملة على أفضل عشرة أهداف استخدم هذه القائمة كإطار مرجعي لك عندما تبدأ في وضع أهدافك الفعلية سوف تساعدك هذه القائمة على تكوين صورة واضحة تماما لما تريد تحقيقها وستجدها ملخصة في صفحة 100 2- ضع قائمة ممتعة تشتمل على 101 هدف ولكي تطفي على ما تقوم به مزيدا من الحيوية والمتعة والإثارة قم بإعداد قائمة تشتمل على 101 هدف تريد تحقيقها في السنوات العشرة التالية استمتع بوضع هذه القائمة واجعل عقلك منفتحا لجميع الاحتمالات تحل بحماس الأطفال ولا تضع أي قيود على تفكيرك كن دقيقا ومحددا وقم بإضافة الصفة الشخصية على قائمتك وذلك بأن تبدأ كل جملة بأنا أو أنا سوف على سبيل المثال أنا سوف أقضي عطلة مدتها 6 أسابيع في أوروبا أو أنا سوف أدخر أو أستثمر 10% من صاف الدخل الذي أحققه كل شهر إليك بعض الأسئلة الهامة لمساعدتك على التركيز ما الذي أريد فعله؟ ما الذي أريد الحصول عليه؟ إلى أين أريد الذهاب؟ أي إسهام أريد تقديمه؟ ما الذي أطمح في الوصول إليه؟ ما الذي أريد تعلمه؟ مع من أريد قضاء وقتي؟ ما هو مقدار المال الذي أريد كسبه وادخاره واستثماره؟ ما هو مقدار الوقت الذي أريد قضاءه بعيدا عن العمل للراحة والمتعة؟ ما الذي سوف أفعله لأحظى بصحة مثالية؟ وحتى تضمن الاستمتاع بتوازن ممتاز في حياتك اختر بعض الأهداف في كل من المجالات التالية المهنة والعمل المال وقت الراحة والترفيه الصحة واللياقة البدنية العلاقات الأمور الشخصية والإسهامات إلى جانب أي مجالات أخرى تمثل أهمية خاصة بالنسبة لك ترتيب بنود قائمتك حسب الأولوية الآن وقد ازداد خيالك اتساعاً فإن الخطوة التالية هي ترتيب اهتماماتك حسب الأولوية قم بإلقاء نظرة على كل هدف من أهدافك الماء وواحد ثم حدد إطاراً زمنياً واقعياً لتحقيقه ضع رقماً بجوار كل هدف سنة، ثلاث، خمسة أو عشر سنوات سيزودك هذا بإطار عام للعمل من خلاله وفي كتابه الرائع The On Purpose Person يصف لنا كيفين دابليو مكارثي أسلوباً ممتازاً لمساعدتك على تحديد الأولويات وهو يسميه إجراء السحب وهذا عبارة عن صيغة تستخدم في جميع أنواع المنافسات من مسابقات الهجاء إلى دورات التنس وحتى المباريات الفاصلة بين لاعب البلياردو في المسابقات الكبرى قم بترتيب خياراتك حسب الأولوية من خلال كتابة أوراق سحب منفصلة لأهدافك المخصص لها سنة واحدة وتلك المخصص لها ثلاث أو خمس أو عشر سنوات السحب الرئيسي اسرد كل من أهدافك المخصص لها عاماً واحداً على جانب الأيمن من الصفحة استخدم ورقة كبيرة بما يكفي لكي تشتمل على جميع بنود قائمتك التي قد تصل إلى 16 أو 32 أو 64 بندن نحن نفترض أنه سيكون لديك أكثر من ثمانية أهداف خلال سنة واحدة هذه هي عملية السحب التمهيدية الآن سوف تقرر أي الأهداف تعد الأكثر أهمية بمعنى آخر ستقرر الأهداف التي ستصل إلى الدور التالي كرر هذه العملية إلى أن تحصل على أهم ثمانية أهداف لقد كان ما قمت به هو السحب الأساسي ومرة أخرى يجب عليك تحديد أهم الأهداف بين هذه الأهداف الثمانية وصولاً إلى الفائز النهائي أهم هدف سيأخذ هذا الهدف أهم وأكبر أولوية على الإطلاق ولمساعدتك على اتخاذ القرار اعتمد على شعورك الداخلي فنادراً ما يخطئ حدسك إن هذا الأسلوب البسيط سوف يجبرك على أن تحدد أهم الأشياء بالنسبة لك بالطبع يمكنك تحقيق الأهداف الأقل قيمة في وقت لاحق وفق ما تريد قم الآن بتكرار هذه العملية مع أهدافك المخصص لها ثلاث وخمس وعشر سنوات نحن ندرك أن تكوين رؤية مستقبلية لخمس أو عشر سنوات غالباً ما يكون أمراً من الصعب تحقيقه ومع ذلك فالأمر يستحق ذلك الجهد الإضافي المبذول في سبيله وستمر عليك هذه السنوات بأسرع مما تتصور احرص على الأقل على وضع خطة لثلاث سنوات تالية وإليك إرشاداً مهماً آخر قبل تحديد الأولويات اكتب أهم سبب يجعلك تريد تحقيق كل هدف وأكبر فائدة أو نفع سيعود عليك من وراء تحقيق الهدف وكما أشرنا من قبل فالأسباب القوية هي القوى الدافعة التي تساعدك على المضي قدماً إذا ما تأزمت الأمور ويعد تحديد أسبابك بوضوح قبل البدء استثماراً جيداً لوقتك فإن هذا سوف يضمن أن أهدافك التي توصلت إليها من خلال إجراء السحب الرئيسي هي الأهداف الأكثر أهمية حقاً في قائمة أهدافك 3- اصنع كتاباً مصوراً لأهدافك لتحسين تركيزك على أسلوب الحياة الجديد الذي تريد أن تحيا اصنع كتاباً مصوراً لأهم أهدافك إن هذه عملية ممتعة ويمكن أن تشترك فيها الأسرة كلها قم بشراء ألبوم صور كبير ثم ابدأ في تجميع الصور على سبيل المثال إذا كان أحد أهدافك هو قضاء عطلة في لندن فاحصل على بعض النشرات الدعائية عن السفر والرحلات ثم قم بقص ثلاث أو أربع صور للأماكن التي تستحق الزيارة في لندن وإذا كانت الأسرة بكاملها سوف تأخذ هذه العطلة فاكتب عنواناً بخط عريض في أعلى الصفحة نصه كالتالي سوف أقضي عطلة ممتعة لمدة ثلاثة أسابيع مع أسرتي في لندن ثم اكتب التاريخ الذي تريد الذهاب فيه يمكنك أن تقسم كتاب أهدافك المصور إلى أجزاء تختص بأسلوب الحياة احرص على تضمين جميع المجالات التي ذكرناها في الخطوة الثانية وصديقتنا جيلينا سيلسبري تستخدم هذه الاستراتيجية بنجاح كبير في بداية عملها كانت جيلينا أماً تربي بمفردها ثلاث فتيات صغيرات وكان مطلوباً منها الوفاء بقصة المنزل وقصة السيارة إلى جانب حاجتها إلى استعادة بعض الأحلام بشأن المستقبل وفيما يلي قصتها ذات مساء حضرت إحدى حلقات النقاش حول مبدأ أن الخيال الممزوج بالحيوية يتحول إلى حقيقة واقعة وقد أشار المتحدث إلى أن العقل يفكر باستخدام الصور وليس الكلمات وأنه كلما حرصنا على تكوين صورة قوية في أذهاننا لما نريده فإنها تصبح حقيقة وقد ضرب هذا المفهوم على أحد أوتار الروح الإبداعية القابعة في قلبي لقد كنت أعلم الحقيقة التي تقول بأن الله يمنحنا رغبات قلوبنا وأن الإنسان يصبح مرآة لقلبه لقد كنت مصممة على تحويل قائمة رغباتي المكتوبة إلى صور لذلك قمت بقص المجلات القديمة وتجميع الصور التي عبرت عن رغبات قلبي وبعد ذلك قمت بترتيبها في ألبوم صور جذاب ثم انتظرت مترقبة كانت الصور في ألبوم محددة وواضحة وكانت تتضمن 1- امرأة في فستان الزفاف ورجل وسيم في حلة أنيقة 2- باقات من الورد 3- جزيرة في البحر الكاريبي 4- شهادات جامعية خاصة ببناتي 5- نائبة لمدير إحدى الشركات ولقد كنت أعمل في شركة لا يوجد بها العنصر النسائي كمديرات فأردت أن أكون أول نائبة لمدير الشركة 6- قلنصوة التخرج من الجامعة ممثلة لرغبتي في الحصول على درجة الماجستير وبالتالي أستطيع التأثير على الآخرين معنويا وبعد ذلك بثمانية أسابيع كنت أقود سيارتي على أحد الطرق السريعة في كاليفورنيا عندما استرعت انتباهي سيارة جميلة تسير إلى جواري وبينما كنت أنظر إليها بإعجاب فوجيت بقائدها ينظر إلي وعلى وجهه ابتسام فبادلته لابتسام وما حدث بعد ذلك أنه بدأ يتبعني تظاهرت بتجاهله لكنه تبعني لمسافتي 15 ميلا مما جعلني أموت رعبا قدت سيارتي لبضعة أميال أخرى وقام هو الآخر بالمثل وقفت بسيارتي على جانب الطريق فوقف هو الآخر وفي النهاية تزوجنا وبعد أول موعد بيننا أرسل إلي جم باقة ورد دأبنا على الخروج معا لمدة سنتين وفي بداية كل أسبوع كان يرسل لي وردة حمراء مع بعض الكلمات الرومانسية وقبل أن نتزوج وجدته يقول لي لقد وجدت المكان المناسب لقضاء شهر العسل جزيرة سين جون في البحر الكاريبي لم أعترف له بحقيقة وجود كتابي المصور إلى أن قمنا بالانتقال للعيش في منزلنا الجديد والذي كنت قد وضعت له أيضا صورة في الألبوم بعد ذلك بقليل أصبحت نائبة رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة التي أعمل بها وبعد حصولي على درجة الماجستير كنت أول امرأة ترشح لنيل درجة الدكتوراه أما بناتي فإنهن لم يحصلن على شهادات جامعية فحسب ولكنهن كذلك قمنا بتكوين ألبومات الصور الخاصة بهن قد تبدو هذه قصة خيالية ولكنها الحقيقة بعينها ومنذ ذلك الحين قمت أنا وجيم بتكوين الكثير من الكتب المصورة لقد اكتشفت أنه لا توجد أحلاما مستحيلة وأن بمقدور الإنسان حقا أن يحقق رغبات قلبه وما تصب إليه روحة المصدر كتاب Chicken Soup for the Soul وفي الوقت الحالي فإن جالينا سيلسبري تعد واحدة من أكبر المتحدثين المحترفين في الولايات المتحدة والرئيس الأسبق لرابطة المتحدثين الوطنية National Speakers Association وكلما كانت صورك واضحة ومحددة زاد احتمال أن تظل مركزا عليها وأن تحقق النتائج التي تريدها لذا كن مبدعا فيما تضعه من أهداف وصور وحاول أن تستكشف طرقا مختلفة لتدعيم رؤيتك وتصورك إن وضع كتابا مصورا للأهداف يعد طريقة ممتازة للبدء وفي الفصل الرابع تحقيق أفضل توازن سوف تتعلم كيفية وضع خطة عمل محددة سوف تحاول تصوراتك إلى واقع حي ولكن قبل أن نقدم لك ذلك إليك الاستراتيجيات الثلاث الباقية لمساعدتك على تكوين رؤية واضحة تماما 4- استخدام كتابا للأفكار هذا ببساطة عبارة عن مفكرة تدون فيها ملاحظاتك وأفكارك اليومية وتعد هذه المفكرة أداة قوية لتوسيع مداركك هل واتتك من قبل فكرة جيدة في منتصف الليل؟ ستجلس على سريرك بينما تتسارع الفكرة في ذهنك وعادة فلا يتاح لك أكثر من ثوان معدود لتدوين هذه الفكرة قبل أن تفقدها وإلا سيحدثك هاتف داخلي عد إلى النوم فالساعة الآن الثالثة صباحا في الواقع فإنك قد تعود إلى النوم ثم تستيقظ بعدها بساعات وتكون قد نسيت فكرتك الرائعة كلية أي فكرة رائعة بدون تنفيذ تشبه لعب البيس بول بدون مضرب هذا هو السبب في الأهمية البالغة لاستخدام كتابا للأفكار فمن خلال تسجيل أفضل أفكارك كتابة لن تحتاج أبدا إلى الاعتماد على ذاكرتك تستطيع مراجعة أفكارك في أي وقت تريد استخدم كتابك لتدوين الأفكار الخاصة بالعمل وإرشادات المبيعات ومهارات إعداد العروض التقديمية والمشروعات المذرة للأموال والأقوال المأثورة التي قرأتها والقصص التي تساعدك على تفسير شيء ما بطريقة أفضل كل ما عليك هو أن تبقي عينيك وأذنيك مفتوحتين يوميا وأن تصغي إلى حدسك على سبيل المثال إذا كنت قد انتهيت لتوك من إجراء عرضا تقديميا رائع في مجال المبيعات وتم كل شيء وفق ما خططت له تماما وقمت بإتمام صفقة ضخمة فقم بتدوين هذا العرض التقديمي الرائع في كتاب الأفكار ما الذي قلته وكان له أثرا بالغا في نجاح العرض التقديمي؟ ربما تكون قد وجهت سؤالا معينا حفز قرار الشراء أو قدمت شرحا أفضل لخدماتك والمزايا التي تمنحها استعرض العرض التقديمي في ذهنك ثم اكتب عوامل نجاحة من المفيد كذلك أن تقوم بتسجيل عرضك التقديمي على أشرطه أطلب من شخص ما تكن له احتراما حقا أن يشاركك في مراجعة العرض التقديمي ثم يعرض كل منكم أفكاره وتتبادلان الآراء حول كيفية تحسينه داوم على التدريب فالنجم السينمائي روبين ويليومس يقوم بتصوير المشهد الواحد بمعدل ثلاثين مرة في المتوسط إلى أن يرضى هو والمخرج عن طريقة أدائه للمشهد هل سبق أن أخفقت من قبل في إجراء عرضا تقديميا مهم؟ هذا أيضا وقت مناسب لفتح كتاب أفكارك وتدوين أخطائك ربما تضع خطا أحمر أسفل بعض الكلمات أو العبارات وتضيف هذا التعليق لا تقل هذه مرة أخرى في كل المثالين سوف تعمل من خلال تدوين أفكارك بينما هي حاضرة في ذهنك على تدعيم مقاومات النجاح وأسباب الإخفاق الأمر الذي سوف يمنحك رؤية واضحة بشكل فائق إليك اقتراحا قيما آخر لكتاب أفكارك وهو أن تجعل أول ما تقوم به في الصباح ولمدة عشر دقائق أن تسجل مشاعرك وتتضمن الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف المشاعر متلهف حزين سعيد غاضب متحمس محبط نشيط استخدم صيغة المضارع كما لو كنت تتحدث مع نفسك استخدم لغة الأنا أنا أشعر باللهفة اليوم لأن ابنتي تقود السيارة بمفردها لأول مرة أو أنا متحمس اليوم لأنني سوف أعمل في وظيفة جديدة هذا الصباح فعندما تكون مدركا لمشاعرك تصبح أكثر تواصلا مع مواقف الحياة اليومية وأكثر وعيا بما يدور حونك خمسة تخيل فكر تأمل ثم راجع إن قوة التخيل غالبا ما يمكن إدراكها في الرياضة فاللعبون الأولمبيون يتخيلون كيفية سير السباق في أذهانهم مرات عديدة قبل خوضه مباشرة ويركزون تماما على النتيجة الإيجابية الكندي مارك توكسبيري صاحب الميدالية الذهبية في سباحة 200 متر ظهر في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونا بأسبانيا عام 1992 وقف فعلا على منصة التتويج في الليلة السابقة ليوم السباق وتخيل فوزه بالسباق بعد أن يكون متأخرا في بدايته لقد سمع هتاف الجماهير وكان بوسعه رؤية أماكن جلوس أسرته في المدرجات ورأى نفسه يتسلم الميدالية الذهبية كل ذلك في خياله قبل السباق وفي اليوم التالي خاض السباق كما تخيله تماما وفاز بفارق ضئيل جدا تذكر إذا قمت بتطبيق أساليب الأبطال فإنه يمكنك أنت أيضا أن تصبح بطلا استخدم قدرتك على التخيل الإيجابي لتكوين صور الفوز هذه وكلما كانت هذه الصور واضحة ومحددة وكان شعورك بها قوي زاد احتمال تحقيقك للنتيجة المرجوة إنها عملية فعالة تلك التي تقوم بممارستها في ذهنك وفي الفصل الرابع تحقيق أفضل توازن سوف تتعلم كيف تفكر بشكل أعمق وكيف تتأمل وتراجع تقدمك كل يوم إن كل هذه الأساليب تساعد على الوصول إلى رؤية واضحة تماما الأمر الذي سوف يضعك في مكانة متميزة في سوق العمل 6- اكتساب مجموعات من المستشارين والمرشدين وهناك طريقة أخرى رائعة لضمان تحقيق تحسينات كبيرة في إنتاجيتك ورؤيتك وهي الحصول على مساعدة الأشخاص أصحاب الخبر الكبيرة والواسعة في المجالات التي تحتاج فيها قدرا من العون عندما تحيط نفسك بفريق من الخبراء المختارين بعناية سوف يرتفع منحنى تعلمك سريعا والقليلون جدا من الأشخاص هم الذين يداومون باستمرار على فعل ذلك ومرة ثانية إذا كنت تجرؤ على أن تكون مختلفا فسوف تجني ثمار ذلك على طول الطريق والبديل هو أن تحاول اكتشاف ومعرفة كل شيء بنفسك مستخدما مبدأ المحاولة والخطأ وهذه طريقة بطيئة للتحرك إلى الأمام لأنه سوف يصادفك الكثير من العقبات ومحاولات تشتيت الانتباه ومن ناحية أخرى فالتماس النصيحة وطلب المعرفة من أشخاص معينين قادرين على مساعدتك في هذا الصدد سوف يدفعانك لتحقيق نتائجا بشكل سريع تتكون مجموعة المرشدين من أربعة إلى ستة أشخاص يلتقون بانتظام لتبادل الأفكار والآراء وتقديم الدعم بعضهم لبعض هؤلاء الأشخاص هم حلفاء أقوياء مهمتهم هي مساندة ودعم العلاقات التي تستمر لفترات طويلة وسوف تعرف كل شيء عن هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الخامس تكوين علاقات ممتازة الآن وقد أصبح لديك إطار عمل كامل لتحديد ووضع أهدافك بعيدة المدى فإليك الجزء الأخير من اللغز والذي نطلق عليه نظام التركيز للناجحين نظام التركيز للناجحين هذه طريقة البسيطة والفعالة في نفس الوقت للتركيز تجعل من السهل عليك أن تقيس وتقيم تقدمك وأن تبقى في المسار السليم وهي طريقة يستخدمها كل عملائنا الأكثر نجاحا تقوم هذه الطريقة في الأساس بتقسيم أهدافك إلى سبعة فئات وتقودك نحو الاستمتاع بتوازن ممتاز وتستطيع أن تقرر الإطار الزماني المناسب لتحقيق هذه النتائج ويفضل العمل من خلال إطارا زماني مدته شهرا ليست هذه مدة طويلة ولكنها سوف تعطيك الوقت الكافي لوضع بعض الأهداف المهم وفيما يلي فئات الأهداف السبعة المستوى المادي وعندما تخص جزءا من وقتك لتحقيق أحد الأهداف المهمة في كل من هذه المجالات كل ستين يوما ستبدأ في الاستمتاع بما يسعى ويكافح معظم الأشخاص جاهدين للوصول إليه ألا وهو التوازن الذي يحقق للإنسان الطمأنينة وراحة البال سوف تجد جميع التفاصيل موطحة في خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل ويعد نظام التركيز للناجحين العمود الفقاري أو الأساس الذي ترتكز عليه خطتك الكلية وبصورة مدئية فإنه قد يبدو أمرا غير واقعي قليلا أن تحقق سبعة أهداف في ستين يوما ولكن سوف تنجح في ذلك بالممارسة والتدريب ابدأ بالأهداف الصغيرة ثم عمل تدريجيا على زيادة حجم أهدافك وعندما تبدأ هذه العملية فإن تحقيق سبعة نجاحات صغيرة لنفسك يعد أكثر أهمية من أن تضع أهداف بعيدة المنال وللاحتفاظ بهذه الأهداف في ذهنك قم بمراجعتها يوميا فمعظم الأشخاص لا يقومون بذلك في الوقع فإن معظم الأشخاص لا يضعون حتى خطة عمل لتحقيق أهدافهم كن أذكى من هؤلاء واستمتع بهذه الميزة في المنافسة إن هذا الأسلوب سوف يؤتي ثماره بطريقة هائلة خاتمة مثل كل العادات الناجحة فإن اكتساب عادة تكوين رؤية شديدة الوضوح هو أمر يقتضي جهدا ونظاما يوميا وتذكر أن هذه عملية مستمرة وهذه هي النقاط الأساسية واحد استخدم قائمة المراجعة المجتملة على أفضل عشرة أهداف كإطار للعمل اثنان ضع خطة أساسية لترتيب أهدافك حسب الأولوية ثلاثة ضع كتابا مصورا لأهدافك أربع استخدم كتابا للأفكار خمسة تخيل فكر تأمل ثم راجع يتناول الفصل الرابع هذه النقاط بالتفصيل ستة اكتسب مجموعة فريدة من المستشارين سوف نقدم لك طريقة القيام بذلك في الفصل الخامس سبعة استخدام نظام التركيز للناجحين لقياس وتقييم تقدمك أسبوعيا افعل ذلك وستتكون لديك رؤية واضحة متميزة وهذا أمر مضمون إذا كنت تشعر بالارتباك والحيرة الآن فلا تقلق فذلك شيئا عادي في هذه المرحلة قم بالشروع في العمل خطوة بخطوة وقم بتخصيص ما يكفي من الوقت للعمل على كل من هذه الاستراتيجيات عاهد نفسك على البدء بادر بالخطوة الأولى ثم ركز على تحقيق أهدافك قصيرة المدى وتذكر أن تحقيق مستقبلا ناجحا مسألة تقتضي طاقة ونشاطا وجهدا وفكرا مركزا وهذا هو السبب في إخفاق معظم الأشخاص في تحقيق مستقبلا ناجح ومع ذلك فمن خلال القرار الذي اتخذته بقراءة هذا الكتاب فأنت قد خطوت خطواتك الأولى نحو التمييز والتفوق اقبل التحدي ولا تتوقف أبدا عن التركيز فثمار ذلك تستحق ذلك الجهد المبذول في سبيله فابذل هذا الجهد الآن خطوات العمل هذه مراجعة شاملة لمساعدتك على تنفيذ خطتك الأساسية التي تمثل صورتك الكاملة للأمور وكذلك لمساعدتك على تنفيذ خطة عملك قصيرة المدى ولكي تتعظم نتائجك بشدة فنحن نوصيك بأن تقضي يوما واحدا على الأقل للقيام بهذا التدريب وضع قائمة المراجعة المجتملة على أفضل عشرة أهداف حتى تتعظم نتائجك تذكر أن أهدافك يجب أن تكون واحد من وضعك أنت اثنان مهمة ثلاثة محددة وقابلة للتقييم أربعة مرنة خمسة مثيرة وباعثة على التحدي ستة متوافقة مع قيمك الأصيلة سبعة متوازنة بشكل جيد ثمانية مجتملة على إسهام ما تسعة واقعية عشرة مستندة إلى دعم الآخرين اسرد قيمك الأصيلة أدنى مثلا الصدق الأمانة تطبيق فلسفة فائز فائز أشعر بالبهجة والحب وضع قائمتك الممتعة المجتملة على مائة وواحد هدف استخدم مفكرتك الخاصة للقيام بذلك قبل أن تكتب قائمتك التي تشتمل على كافة الأشياء التي تريد تحقيقها عد إلى الخطوة الثانية في صفحة ثمانية وثمانين قم بقراءتها مرة ثانية وذون أفكارك الأولية بخصوص الإجابة على الأسئلة الواردة بها سوف يساعدك هذا على وضع إطارا للعمل خذ من الوقت ما تحتاجه للقيام بذلك ثم قم بإعداد قائمتك الفعلية المجتملة على مائة وواحد هدف بعد ذلك قم بترتيب بنود قائمتك حسب الأولوية باستخدام ورقة لإجراء السحب تشبه تلك الواردة في صفحة تسعين استخدم نموذج ورقة العمل الوارد في صفحة مائة وثلاثة كدليل لك اجعل هذا النموذج أكثر اتساعا عند الضرورة وذلك بناء على عدد ما لديك من أهداف في كل مجال تأكد من أن تكمل العمود الخاص بالأسباب والفوائد في هذا النموذج إن ما لديك من أسباب هي القوة المحركة وراء أهدافك كذلك اختر تاريخا محددا لتحقيق كل هدف سوف تجد أننا قل استخدمنا في هذا النموذج إطار عمل يشتمل على الأهداف الأساسية في سبع مجالات رئيسية تحقق أسلوب حياة رائع ومتوازن يمكنك إذا أردت أن تضيف مجالات أخرى تمثل أهمية خاصة بالنسبة لك استخدم ورقة عمل مشابهة لأهدافك التي تريد تحقيقها في ثلاث سنوات، خمس سنوات، وعشر سنوات اصنع كتابا مصورا لأهدافك راجع الخطوة الثالثة صفحة 91 الأساس هنا هو أن تكون مبدعا وأن تستمتع وأنت تقوم بإعداد هذا الكتاب وكلما كانت الصور التي تضعها في هذا الكتاب أكثر تأثيرا كان ذلك أفضل اختر صورا كبيرة وواضحة وذات ألوان زاهية مثلا إذا كان أحد أهدافك أن تمتلك سيارة جديدة تماما فقم بزيارة إلى معرض السيارات القريب منك واستعن بأحد أصدقائك ليلتقط لك صورة فوتوغرافية وأن تجالس على مقعد السائق في السيارة التي تريد اقتناعها أحد عملاءنا كان يريد أن يحظى بجسد قوي البنيان ولذلك قام بقطع صورة لبطل رياضي من إحدى المجلات وفصل رأس هذه الصورة ووضع مكانه صورة لرأسه هو استخدم كتابا للأفكار راجع الخطوة الرابعة صفحة 94 يمكنك أن تقوم بتدوين أفكارك في أي شيء مناسب لك بدءا من مفكرة بسيطة وانتهاءا بمجلد كبير هناك نطاق كبير يمكنك الاختيار من بينه في هذا الصدد فتوجه إلى مكتبة بيع الأدوات المكتبية القريبة منك واختر ما تشاء قم بترقيم الصفحات إذا لم تكن مرقمة في الأصل وعندما تنتهي من إعداد هذا الكتاب ربما ترغب في عمل فهرس في آخره لمساعدتك لاحقا على إيجاد مواد محددة به اعمل على أن تكتسب عادة تسجيل أفضل أفكارك وآرائك ورؤات تذكر أن هذا ليس دفترا لتدوين اليوميات ولكن لتدوين استراتيجيات العمل والأفكار الخاصة بأنشطة كسب المال والقصص التي توضح نقطة أساسية ما والمفاهيم المتعلقة بالتسويق أو أي شيء آخر تعتقد في أهميته وترى أنه يستحق التدوين وإذا كنت ترغب في مزيد من التنظيم فقم بعمل جداولا لموضوعات محددة بناء على اختيارك أهم شيء هو أن تدرب نفسك على البدء في الكتابة ابدأ هذا الأسبوع هذا النظام هو الخطة الأسبوعية التي تضمن أنك تحقق الأهداف الأهم التي قمت بسردها في خطتك الأساسية بعيدة المدى الفئات الموجودة في هذا النظام هي نفسها الموجودة في خطتك الأساسية ارجع إلى النماذج الموجودة في صفحتي 108 و109 الخطوة الأولى هي أن تقوم بكتابة أهم أهدافك في كل من المجالات السبعة تذكر أن تكون دقيقا ومحددا 1- المستوى المادي يجتمل هذا الجانب على إجمالي الدخل ومقدار المال الذي تريد ادخاره أو استثماره خلال هذا الوقت إذا كنت تقوم بسداد لبعض الديون فيمكنك أن تقوم بتسجيل مقدارها أيضا تحت هذا البند 2- العمل أو المهنة سوف تحقق على الأرجح عدة أهداف في مجال العمل في هذا الإطار الزمني ومع ذلك حد من بينها الهدف الذي سوف يساعدك على التقدم أكثر من بقية الأهداف وقم بالتركيز عليه ربما يكون هذا الهدف يتعلق بالمبيعات أو بمشروع جديد أو بمشروع مشترك أو بتوظيف أو فصل شخصا أساسي 3- وقت المتعة والترفيه هذا هو هدفك الخاص بوقت الراحة الذي تقضيه بعيدا تماما عن العمل قم بتسجيل عدد الأيام وتذكر أنك تستحق هذه الراحة 4- الصحة واللياقة البدنية توجد هنا ثلاثة عناصر رئيسية ينبغي وضعها في الاعتبار الصحة الجسدية والذهنية والروحية ما الذي سوف تفعله لتحسين صحتك بشكل عام؟ ضع في اعتبارك ممارسة التمرينات الرياضية والعادات الغذائية والمعارف الجديدة والإدراك الروحي 5- العلاقات كن بتحديد إحدى علاقاتك المهمة لتقوم بالعمل على إلمائها وإثرائها خلال هذه الفترة الزمنية ربما يتمثل هذا الأمر في قضاء وقتا أطول مع أحد أفراد أسرتك أو مع معلم خاص أو موظف رئيسي في شركتك أو مع أحد عملائك من الواضح أنك سوف تتفاعل مع الكثير من الأشخاص كل أسبوع ولكن عليك فقط بالتركيز على إنماء وإثراء إحدى هذه العلاقات بشكل كبير 6- جوانب شخصية هذا خيار مفتوح يختص بشيء ما يمنحك الرضا والإشباع الشخصي ربما يندرج تحت هذا الأمر شراء شيء ما أو تنمية مهارة جديدة كالعصف على الجيتار أو التخطيط لقضاء عطلة خاصة 7- الإسهامات ما الذي سوف تقدمه من إسهامات لمجتمعك خلال هذه الفترة ربما يكون إسهاما ماليا تقدمه لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ربما ستساهم بوقتك للمجتمع أو للفريق الرياضي المحلي أو ببساطة ستساعد أحدا ما بأن تكون مستمعا جيدا له عندما تنتهي من كتابة أهدافك الرئيسية السبعة انقل تركيزك إلى الأسبوع المقبل نحن نطلق على هذا الأمر اسم تركيز السبعة أيام إليك كيفية التطبيق في بداية كل أسبوع قم باختيار أهم ثلاثة أشياء تريد تحقيقها تأكد من أن تختار من الأنشطة تلك التي تدفع بك نحو تحقيق أهدافك الرئيسية السبعة على سبيل المثال إذا كان هدفك في مجال الصحة واللياقة البدنية أن تضع برنامجا جديدا لممارسة التمرينات الرياضية فربما تكون الخطوة الأولى أن تشترك بأحد الأنديات اللياقة البدنية وإذا كان أهم أهدافك في مجال العلاقات أن تقضي وقتا أطول مع أطفالك في عطلة نهاية الأسبوع فمن الممكن أن تكون الخطوة الأولى هي تحديد هذا الوقت في مخططك الأسبوعي وإذا كان هدفك العام في مجال العمل أن تصل إلى حجم مبيعات محدد فربما تستهدف عددا معينا من الفرص في الأيام السبعة القادمة لمساعدتك على أن تبدأ بداية جديدة بالطبع سوف تقوم بعمل أشياء أخرى غير ما سبق كل أسبوع في حياتك العملية والشخصية سوف تساعدك خطة العمل هذه على التركيز على أهم أنشطتك تأكد من أن تراقب وترصد تقدمك فالمهام التي يتم باستمرار تخيم العمل عليها هي التي يتم إنجازها سوف تجد أنه من الممتع والطريف أن تتفحص قائمتك كل أسبوع كما أن هذا الأمر سوف يزين من ثقتك بنفسك فيما تقترب أكثر من بلوغ غاياتك الأكبر ونحن نصيك بشدة في هذا الصدد بأن تستعين بشخص ما ليجعلك مسؤولا عن نتائجك قد يكون هذا الشخص زميلا في العمل ربما يرغب هو الآخر في الاستمتاع باستخدام نظام التركيز للناجحين الذي تستخدمه اتصل بهذا الزميل في بداية الأسبوع وحدثه عن أهم ثلاثة أنشطة بالنسبة لك وبعد ذلك بسبعة أيام ناقش معه نتائجك وانتصاراتك وتحدياتك وكرر الأمر في الأسبوع الذي يلي ذلك من خلال مساندة وتحدي كل منكم للآخر لتحقيق نتائجا أفضل سيقل احتمال أن تقوم بتأجيل أمرا ما خلال الأسبوع من الممكن كذلك أن تخصص بعض الحوافز لبعضكم البعض فسوف يحثك هذا على أن تبقى مركزا على سبيل المثال قامت إحدى عميلاتنا وهي شديدة الولع بالتزحلق على الجليد بالحجز لقضاء إجازة ليوم واحد في المنتجع المفضل لديها مكافأة لنفسها لأنها قد حققت هدفها للأسبوع وكحافز إضافي وعدت بأنها إذا أخفقت في إتمام أهم ثلاثة أنشطة ستمنح زميلتها زلاجاتيها عميل آخر قال إنه سوف يتصل هاتفيا بأكبر منافسه في العمل ويمنحه ثلاث صفقات كبيرة إذا لم يحقق أهدافه للأسبوع كان ذلك هو كل محتاجه من تحفيز ها قد أرسيت أساسا متينا عمل رائع جاري مهندس تصميم معماري وهو مشغول للغاية وباعتباره شريكا في المشروع الذي يعمل فيه فهو يعمل لساعات طويلة إنه يستيقظ في الصباح الباكر ليس بعد السادسة صباحا وإفطاره عبارة عن قدح من القهوة يرتشفه على عجل في السيارة وأحيانا يتناول كعكة محلى مع القهوة أما جين زوجته فهي أيضا تعمل في وظيفة بدوام كامل لذا فهما يعهدان بطفليهما بول أربع سنوات وسارة سنتان إلى أحد مراكز رعاية الأطفال وجاري لا يرى طفليه كثيرا فهو يذهب إلى عمله قبل أن يستيقظ وعادة ما تكون الساعة قد جاوزت السابعة ونصف مساء عندما يعود إلى المنزل وعادة ما يكون أن ساعتها قد خلد إلى النوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع فإن العمل يستنفذ الكثير من وقت جاري فهناك دائما شيئا إضافي ينبغي الانتهاء منه في مكتبه وعندما تؤنبه جين على العيش هناك فإنه يحزم أوراقه ويجلبها معه إلى المنزل ليقوم بالعمل فيها عادة لعدة ساعات بعد منتصف الليل وبعد أن ينام الجميع ولد أطفال جاري طريقة طيبة للتواصل معه فهما يتركان له بعض الصور الصغيرة أو الملحوظات اللاسقة على مرآة حمامه أما جاري فإنه يشعر بالذنب عندما يرى تلك الصور والملحوظات منتصقة هناك خاصة عندما يقرأ تلك التي تقول إنهما يفتقدانه بشدة ولكن ما الذي في مقدوره أن يفعله؟ إن المشروع الذي يعمل عليه في مرحلة حرجة وحساسة فبعد ثلاث سنوات من العمل لساعات طويلة كل يوم يقوم هو وشركاه الآخران بإجراء توسعات كبيرة ولأنه الشريك الأصغر فإنه أكثر العمل الإضافي يقع على عاتقه وحتى مع وجود دخلين للأسرة فإن مواردها المالية ضعيفة ترغب جين في أخذ تفليها إلى ديزني لاند ولكن مع عدم وجود ميزانية للمدخرات فليس من المحتمل أن يحدث هذا قريبا هل تتشبه حياتك مع هذا المشهد العائلي؟ إنه يصبح أكثر وأكثر شيوعا وانتشارا بينما يكافح الأشخاص لتحقيق توازنا سليم بين حياتهم المهنية وحياتهم الشخصية والعائلية وغالبا ما يقع الضغط الأكبر على السيدات التي يعملن في وظائف بدوام كامل لبناء حياة مهنية ناجحة ولا يزال ينتظر منهن أن يطهين وينظفن وبطريقة ما يلبين معظم احتياجات أطفالهن في الوقت ذاته في الواقع لقد أصبحت هذه الضغوط المتعددة أحد أقوى أسباب الطلاق وانهي أركيان الأسرة اليوم إلى متى يستطيع جاري وجين وبول وسارا لاستمرار في الحفاظ على سير الحياة في ظل هذا الروتين المظلم؟ في النهاية لا بد أن ينهار شيئا ما وسيكون ذلك عاجلا وليس آجلا على الأرجح إذا كانت لديك أي تضغوط أو قلق بشأن نوعية الحياة التي تعيشها الآن فادرس هذا الفصل بعناية فسوف تجد في الصفحات القليلة القادمة إجابات على كافة تساؤلاتك والأهم من ذلك أننا سوف نقدم لك نظاما فريدا سوف يضمن لك أسلوب حياة سليما ومتوازنا بشكل جيد إن هناك طريقة أفضل للعيش من أن تكون عالقا مثل جاري لذا تابع القراءة اقرأ وأعد قراءة المعلومات التالية وكن مستعدا لعمل بعض التغييرات أولا دعنا نؤكد على أن بعض الأشخاص يستمتعون حقا بأفضل توازن في حياتهم اليومية وإليك مثالا على ذلك نأخذه من حيات جون وجينيفر ومثل جاري في القصة السابقة فإن جون رجل يبلغ 38 عاما وهو متزوج منذ 15 عاما من جينيفر ويعيشان حياة هانئة سعيدة وقد رزق بثلاثة أطفال هم ديفيد ثلاث سنوات وقوان سبع سنوات وشارلي تسع سنوات ويعمل جون أيضا بكد واجتهاد في شركة الكهرباء التي يمتلكها والتي قام بتأسيسها قبل ست سنوات وعلى عكس جاري فإن جون وأسرته يستمتعون بأخذ عطلات سنوية في الواقع فهم يأخذون كل سنة ستة أسابيع للراحة والمتعة وكل من جون وجينيفر لديه أبوان أصحاب قيم قوية ومما لا شك فيه أن هذا قد أثر عليهما في تنشئاتهما إحدى هذه القيم الممتازة كانت تتعلق بأخلاقيات العمل وكانت تقول إذا كنت ستقوم بعمل ما فقم به بأفضل ما تستطيع وقاعدة أخرى هي قيمة الدخار واستثمار المال وفي الوقت الذي تزوج فيه كان لدى كل منهما خطة الدخار وقام بزيادة مدخراتهما المشتركة خلال الأعوام الأولى لإنشاء سندات وأسهم يتم توظيفها جيدا في مشروعات مختلفة وبمساعدة مستشار مالي قام باختياره بعناية أصبحت خطتهم الاستثمارية الآن تساوي 200 ألف دولار كما أن لديهم أيضا خطة تمويل تعليمية سوف تنفق في النهاية على المصاريف الجامعية لأبنائهم عندما يكبرون ولدى جون في العمل مساعدا شخصيا متميز يتيح له التركيز على أفضل ما يمكنه أداءه وهكذا فإن جون لا ينغمس في الأعمال الورقية غير الضرورية ولا يتعرض لمحاولات تشتيت الانتباه التي يقوم بها أشخاص يستطيعون إهدار الكثير من وقته القيم وبسبب قدرته على أن يكون منظما بطريقة جيدة فإن جون يستمتع بقضاء معظم عطلات نهاية الأسبوع بعيدا عن العمل ورغم أنه يبدأ يومه مبكرا فإنه لا يعود إلى المنزل بعد السادس مساء إلا نادرا ليتيح لنفسه وقتا خاصا يقضيه مع أسرته وفي بداية كل عام جديد يجلس جون وجينيفر معا ويخططان لأهدافهم الشخصية والأسرية يتضمن هذا تحديد وقتا محددا للعطلات التي تشتمل على إجازة واحدة طويلة يقضيها جميع أفراد الأسرة معا وإجازات قصيرة مدة كل منها ثلاثة أو أربع أيام يقضيها جون وجينيفر معا بدون الأطفال ويستمتع جون بعطلتين من عطلات نهاية الأسبوع سنويا بعيدا مع مجموعة التخطيط في لعب الغولف كما تخطي جينيفر أيضا بعد رحلات التزحلق مع مجموعة من صديقاتها تذكر إذا أردت تحقيق نتيجة مختلفة فافعل شيئا مختلفا وقد استطاع جون وجينيفر أن يحقق توازنا سليما في حياتيهما من خلال الانضباط الذاتي والنصيحة الجيدة إنهما لم يستسلم لمتلازمة إدمان العمل التي تفسد الكثير والكثير من العلاقات ليس لدى جون شعور بالذنب تجاه أخذ وقتا للراحة بعيدا عن العمل فموقفه هو إنني أعمل بجهد ونشاط لذا فإنني أستحق وقتا للراحة والمتعة ونتيجة لذلك فإنه يحقق دخلا مرتفعا وهذا بالإضافة إلى عادة الاستثمار بصورة مستمرة يخفف أي ضغط مالي إلى أقصى حد ومن المثير أن جون وعائلته ليسوا مطلوعين على الاستهلاك فهم لا ينثقون الكثير من المال في شراء السلع والبضائع الاستهلاكية المعتادة ولكنهم بدلا من ذلك يفضلون للدخار من أجل قضاء عطلة سعيدة يعودون منها بذكريات جميلة لا تنسى وأطفالهم لا يحصلون على كل ما يطلبون ولكنهم لا يعانون كذلك وجون يسعد بقيادة سيارته التي اشتراها منذ أربعة أعوام على عكس جاري الذي يفضل شراء سيارة من طراز جديد كل سنتين على الرغم من أنه لا يستطيع في حقيقة الأمر أن يتحمل هذه التكلفة عندما تنظر إلى أسلوبي حياة جون وجاري أين تجد نفسك منهما؟ ليس من الصعب أن تعرف أيهما يملك أسلوب الحياة السليم الآن قد تكون لا تدير مشروعك الخاص أو قد تكون لا تنتمي إلى نفس الفئة العمرية قد لا تكون حتى متزوجا أو لديك أسرة لكن ليست هذه هي النقطة الأساسية فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تستمتع بأسلوب حياة سليم ومتوازن بشكل جيد وتقوم بالعمل الذي تحبك والذي يدر عليك عائدا ماليا منتازا ويسمح لك بأن تحظى بوقت كاف تقضيه في ممارسة اهتماماتك الأخرى قد تجيب على السؤال السابق إما بنعم وإما بلا نظام بي ألرت أو كن متيقظا إذا أجبت على السؤال السابق بلا فإننا سوف نقدم لك نظاما سوف يساعدك على أن تظل مركزا ومتوازنا وحتى إذا أجبت بنعم فإن هذا النظام الفريد سوف يرتقي بإدراكك إلى مستوى جديد وهذا النظام يطلق عليه نظام بي ألرت أو نظام كن متيقظا لتحقيق أفضل توازن وفي ظل هذا النظام ستكون أكثر تيقظا ونشاطا كل يوم في مواجهة تلك الضغوط الشديدة التي يمكنها بسهولة أن تدفعك بعيدا عن هدفك وإذا كشفت عن معنى كلمة ألرت في القاموس فستجد أنها تعني مستعد، منتبه، حاد الذكاء، متيقظ، واعي، جاهز ونشيط ومن الواضح أن كونك مستعدا كل يوم واستخدامك للذكاء سوف يجعلانك منتبها لأولوياتك وتوازنك فعندما تكون يقظا ومتنبها حقا فإنك تكون أكثر وعيا وإدراكا لما يحدث حولك وما عكس اليقظة؟ الغفلة، عدم الاستعداد، عدم الوعي، وعدم الانتباه والغضاء فإذا كان لديك الخيار فأي جانب من الجانبين تختار أن تنتمي إليه؟ التيقظ والانتباه أم عدم الاستعداد والغضاء؟ لديك الخيار ويمكنك أن تمارسه كل يوم إن اختيار اليقظة وتفضيله على الخيار السلبي هو خيارا واضح لماذا إذن إذا كان الاختيار على هذا القدر من البساطة يختار معظم الأشخاص التعلق بالجانب الآخر من الميزان؟ إن الحقيقة هي أن العادات القديمة لا يمكن التخلي عنها والتخلص منها بسهولة إن القيام بعمل بعض التغييرات ليس أمر مريحا ولا يبدو أبدا أن هناك ما يكفي من الوقت لذلك إذ إنه من الأسهل إنجاز الأمور بالطرق القديمة على الرغم من أن العواقب قد تكون وخيمة على المدى البعيد وعندما يتعلق الأمر بالاستمتاع بتوازن ممتاز في الحياة فإن معظم الأشخاص يكونون غير مستعدين كلية ولا يكونون على قدر كاف من الذكاء والآن دعنا نكتشف حقيقتك سوف نحلل سلوكك اليومي بالتفصيل باستخدام كلمة بي ألرت المركبة من أوائل حروف ست كلمات أخرى كما سنرى ونلاحظ أن كلمة بي ألرت نفسها تعني كن متيقظا تلك الحروف الستة المكونة لهذه الكلمة تشكل معادلة قوية وفعالة سوف تساعدك على أن تجعل يومك متوازنا بشكل جيد كرر هذه العملية سبع مرات وسوف تحظى بأسبوع متوازن بطريقة جيدة داوم عليها لأربعة أسابيع فقط وسوف يكون لديك شهرا رائع اجعلها عادة في كل شهر وبدون أن تشعر سيكون لديك عاما ممتاز تحظى فيه بمزيد من وقت الراحة بعيدا عن العمل وبالمزيد من المال وبينما تخطو كل خطوة من الخطوات الست راقب مشاعرك كن مدركا لأي مقاومة تشعر بها فكر في أسباب هذه المقاومة المحتملة إن التخلص من أي عقبات ذهنية سوف يساعدك بشكل هائل في اكتساب عاداتك الجديدة لتحقيق أفضل توازن كل منزل بني بشكل جيد بدأ بخطة محددة على هيئة مخطط تمهيدي حرف بي اختصار لكلمة بلو برينت التي تعني مخطط تمهيدي هذه هي طريقة إعدادك ليومك إنك تعد ليومك أليس كذلك؟ المخطط ببساطة هو خريطة لليوم إنه يساعدك على أن ترتب المهام الهامة حسب الأولوية إنه يساعدك على أن ترتب المهام الهامة حسب الأولوية في جدول أعمالك ولشرح هذا تخيل مبنى شاهق تخيل مبنى شاهقا جميلا في مدينة كبيرة إن له أسلوبا معماريا مذهلا هناك رخام وزجاج في كل مكان مع تفاصيل أخرى لإكمال التصميم الفريد وقبل أن يتم وضع أول حجر في هذا البناء كان هناك مخطط تفصيلي تم إعداده وتمت موافقة عليه ولم يقل أصحاب المبنى لمقاول البناء نريد مبنى ضخما شاهقا به الكثير من الزجاج والرخام وهك المال اللازم فانظر ما تستطيع تشهيده لنا كلا فإن كل التفاصيل قد تم التخطيط لها بدقة وتم وضع تخيلا مواضحا لها بشكل مسبق فإذا طلبت من صاحب مطبعة أن يطبع لك نشرة دعائية مثلا يجب أن توافق أولا على المخطط الأولي قبل أن تبدأ عملية الطبعة إن هذا يتيح لك أن تراجع كل شيء بعناية قبل بدء العمل فقد تحسبا لوجود أي أخطاء أو أجزاء يراد حذفها إنها المراجعة النهائية قبل الشروع في العمل وهناك خياران لأعداد مخططك اليومي إما أن تقوم بأعداده في الليلة السابقة وإما في الصباح الباكر قبل أن يبدأ يومك إنك بحاجة فقط إلى وقت قصير يتراوح بين 10 و 15 دقيقة كل يوم للقيام بذلك وتشير الأبحاث الحريثة إلى أنك إذا وضعت مخططك اليومي في الليلة السابقة بدلا من وضعي في الصباح فإن عقلك الباطن سوف يعمل بالفعل أثناء الليل لمعرفة كيفية الوفاء بخطة يومك التالي مثلا إعداد أفضل عرض تقديمي للمبيعات معالجة الاعتراضات المحتملة أو تسوية أي خلافات أو مشكلات تتطلب أن تواجهها وتتعامل معها لذا خذ بعض الوقت كل مساء إذا أمكنك للتخطيط ليومك التالي وراجع خطتك قبل وقت النوم ويجب أن تركز تلك المراجعة على أكثر أنشطتك أهمية مثل الأشخاص الذين سوف تقابلهم وهدف وموضوع كل موعد ضع حدودا زمنية معينة لموعدك وراجع أيضا المشروعات التي يجب العمل عليها وحدد ما إذا كنت قد خصصت الوقت الكافي للتعامل معها أم لا ومن المهم أن يكون لديك نظام تسجيل خاص بك لمخطتك من الممكن أن تستخدم دفتر يوميات عاديا أو مخططا للوقت أو ربما تفضل أداة تنظيم إلكترونية أو برنامج كومبيوتر لوضع مخطتك فقط عليك أن تختار نظام يفيدك بشكل جيد واجعله بسيطا كي تحقق أفضل النتائج من ورائه وقم بتعديله ليناسب أسلوبك الخاص هل لاحظت من قبل أشخاص ليست لديهم عادة وضع مخططا لليوم ستجد بعضهم في معظم شركات المبيعات فهم عادة ما يحبون أن يحوموا حول قدح القهوة وهذا أول شيء يفعلونه في الصباح وبالنسبة للكثيرين من غير المخططين هؤلاء تكون أول الأولويات هي المجاملات الاجتماعية ومطالعة الصحف بعد التاسعة صباحا وربما تتم أول مكالمة مبيعات بعد الساعة الحادية عشر وهكذا فإنه يمكنك أن تتخيل إلى أي مدى يمكن أن يكون باقي يومهم مثمرا إن المخطط المعد بصورة جيدة يتيح لك أن تحكم السيطرة على اليوم فإنك مسيطر منذ بداية اليوم التي يفضل أن تكون مبكرة إن هذا يمنحك شعورا هائلا بالثقة وعلى الأرجح أنك بذلك سوف تنجز من الأعمال الكثير والكثير الشيء الوحيد الذي يفرق بين الفائزين والخاسرين هو أن الفائزين يشرعون في العمل أنتوني روبينز حرف A اختصار لكلمة أكشن بمعنى العمل لعلك لاحظت أن حرف A هو أكبر الحروف التي تتكون منها كلمة B alert وهذه ليست مصادفة فعندما يتعلق الأمر بمراجعة نتائجك فإن كم العمل الذي قمت به في يومك سوف يحدد بطريقة مباشرة سوف يحدد بطريقة مباشرة ما أحرزته من نتائج من فضلك لاحظ أن هناك اختلافا كبيرا بين أن تكون مجغولا وأن تقوم بعمل محدد مخطط بشكل جيد فمن الممكن أن يكون لديك يوما مشحون بالعمل دون أن تنجز فيه شيئا إنك لم تقترب من تحقيق أهم أهدافك إن اليوم يبدو أنه يتلاشى وينقضي فحسب ربما كنت تتعامل مع بعض المواقف الطارئة العاجلة أو أنك سمحت بأن تتم مقاطعتك مرات كثيرة وكما أشرنا في الفصل الثالث هل ترى الصورة الكاملة للأمور؟ فمن الأفضل أن تستثمر وقتك في أداء أفضل ما يمكنك أداؤه من مهام ركز على الأنشطة التي تعطيك أفضل النتائج ضع حدودا لما سوف تفعله وما لن تفعله قم بتفويد المهام للآخرين بفعالية وكن متيقظا للخروج فيما وراء حدودك وفي الفصل التاسع اتخاذ إجراء حاسم سوف نقدم لك بعض الاستراتيجيات الرائعة التي سوف تساعدك على التخلص من التسويف والتردد وعلى أن تصبح متسما بالمبادرة إلى حد كبير بقى لنا في هذه الجزئية تعليقا أخير وهو أنه عندما تكون في عطلة أو في يوم الراحة فإن عملك في هذه الأثناء ببساطة هو أن تمتع نفسك ليس من الضروري أن تراجع أهدافك أو تقوم بعمل أي شيء يتعلق بالعمل وفي الواقع فلكي تقوم بإعادة شحن طاقتك بطريقة صحيحة فمن الضروري أن تسترخي بنسبة مائة في المائة وتذكر أنك تستحق وقتا للراحة وبالتالي عليك بأخذه هناك شيئان أساسيا سوف يجعلانك أكثر حكمة وتعقلا الكتب التي تقرأها والأشخاص الذين تقابلهم حرف L اختصارا لكلمة learning بمعنى التعلم أو المعرفة هناك ملمح آخر من ملامح اليوم المتوازن بطريقة جيدة وهو أن تمنح نفسك بعض الوقت لزيادة معارفك وتوسيع مداركك وهذا لا يتطلب ساعاتا عديدة من الدراسة فهناك عدة وسائل للتعلم بينما يواصل اليوم تقدمه كل ما هو مطلوب منك هو أن تكون محبا للاستطلاع والمعرفة والتعلم إن مستوى ما تتحلى به من حب الاستطلاع بشأن الطريقة التي تسير بها الحياة والعمل حقا سوف يقطع شوطا طويلا في سبيل مساعدتك على أن تصبح شخصا ثريا لذا دعنا نلقي نظرة على بعض خيارات التعلم المتاحة يمكنك التعلم من الكتب وأشرطة الكاست والفيديو ووسائل الإعلام المنتقات بعناية وكما أشرنا من قبل حاول أن تكتسب عادة القراءة لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة على الأقل كل صباح فهذه طريقة رائعة تبدأ بها يومك ولكن ما الذي يجب أن تقرأه؟ أي شيء محفز أو مثير للتحدي أو يمنحك ميزة في مجال عملك أو مهنتك هناك الكثير لتختار من بينك على سبيل المثال قراءة بعض القصص القصيرة من سلسلة كتبنا Chicken Soup for the Soul تستغرق بضع دقائق فقط بينما تتناول إفطارك كما أن التراجم والسيرة الذاتية تعد على وجه التخصيص أمرا منهما وستمنحك قراءتها دعما إضافيا للطاقة الإيجابية وأي أن كان عملك تجنب قراءة أي مادة سلبية من الصحف فإرهاق النفس بالقراءة عن أخبار الحروب وجرائم القتل وأعمال الشغب والكوارث فقد سوف يستنزف طاقتك قبل أن يبدأ اليوم وتلك ليست خطة جيدة هناك آلاف الكتب تزيح الستارة عن حياة أشخاص مهمين وناجحين من نجوم الرياضة والمشاهير إلى المغامرين ورجال الأعمال والقادة العظمى هناك ثروة من الأفكار في تلك المجموعات من الكتب تنتظر أن يستفيد منها أي شخص لديه بعض الفضول والرغبة في التحسن ليس عليك حتى أن تدفع مقابل هذه الكتب فهذا المخزن الواسع من المعرفة متاح لك في معظم المكتبات وبالطبع فإن لديك كذلك شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عند أطراف أصابعك والعديد من أفضل الكتب يمكن الحصول عليه الآن في صورة طبعات صغيرة موجزة وبذلك يمكنك استخلاص جميع الأجزاء أو النقاط المهمة في أي كتاب بالاستعانة بهذه الطبعات الموجزة بدلا من قضاء أسبوعا أو شهرا في قراءة الكتاب الأصلي ولكن عليك بالطبع أن تتأكد أن من قام بتلخيص الكتاب موثوقا به راجع دليل المصادر لتلقي نظرة على قائمة الكتب التي نرشحها للقراءة بالإضافة إلى بعض المصادر الممتازة الأخرى بقى لنا تعليقا آخر بخصوص القراءة وهو أن عليك أن تفكر في أخذ دورة دراسية جيدة عن القراءة السريعة فهي ستقلل بشكل هائل من مقدار الوقت الذي تقضيه حاليا في القراءة وكأي شيء آخر فكي تصبح قارئا متمرسا فهذا أمر يقتضي الممارسة ولكن يكفيك في الوقت الحاضر أن تستوعب هذه المسألة بالفعل يمكنك أن تشاهد بعض الأفلام الوثائقية الخاصة على شاشة التلفزيون والحلقات المسلسلة مثل بايوغرافي على قناة A&E يمكنك حتى أن تتعلم من الأفلام والأعمال الدرامية الجيدة التي لها تأثيرا عليك ليس عقليا فحسب ولكن شعوريا كذلك فنحن عندما نكون على اتصال بمشاعرنا فإننا نكتسب رؤى وفهما أعمق وتذكر أنه لا بأس من أن تنحدر من عينيك دمعات قليلة بين الحين والآخر التعلم من كل مصدر متاح لقد أشارنا إلى هذا الأمر سابقا ولكنه يستحق التأكيد هل تعلم أنه يمكنك الحصول على ما يعادل شهادة جامعية فقط بقيادة سيارتك إلى ومن العمل كل يوم؟ إليك الطريقة بدلا من استماعي إلى بعض التسجيلات الموسيقية الصاخبة في الراديو أو الكثير من الأنباء السيئة المزعجة يمكنك تحويل سيارتك إلى مركز تعليمي الكتب المسموعة هي إحدى الطرق الأكثر فعالية لتوسيع مداركك وزيادة معارفك إن الاستماع لها لمدة 20 دقيقة كل يوم سوف يمنحك أكثر من 100 ساعة سنويا لتعلم المزيد وعندما تطبق ما تتعلم فإنك سوف تكتسب المزيد هناك آلافا من الأشرطة لتختار من بينها إن معظم المكتبات تبيع أشرطة كاسيت لأشهر الكتب في مجال التطور على المستوى العملي والشخصي يمكنك أيضا استئجار الكتب المسموعة من المكتبات المتخصصة وكذلك أشرطة فيديو ممتازة في نطاق واسع من الموضوعات غالبا ما تكون هذه الأشرطة مقدمة بواسطة بعض أفضل المتحدثين في العالم تعلم من نفسك أيضا يمكنك أن تكتسب الكثير من خلال خبراتك وتجاربك اليومية كيف تغلبت على آخر تحدي واجهتك ففي كل مرة تقدم فيها على مخاطر أو تخرج فيها من نطاق راحتك ورفاهيتك تكون لديك فرصة رائعة لتعلم المزيد عن نفسك وعن قدراتك سنتناول الكثير عن هذا الأمر تحت حرف T في نظام B Alert تعلم من الآخرين يمكنك أن تتعلم الكثير جدا من خلال مراقبة ودراسة أشخاص آخرين ما الذي يفعله الأثرياء كيف أصبحوا كذلك ولماذا يعاني بعض الأشخاص في حياتهم ما هو سبب انخفاض نسبة الأشخاص المستقلين ماليا لماذا يتمتع بعض الناس بعلاقات جميلة رائعة إن استخدام خبرات أشخاص آخرين كمقياس للتعلم سوف يساعدك بشكل هائل كل ما عليك أن تفعله هو أن تبقي عينيك وأذنيك مفتوحتين وتسأل بعض الأسئلة يروي لنا جاك عقدت مؤخرا حلقة نقاش لتحفيز عملية المبيعات لصالح شركة تقوم بتصنيع العدسات البصرية ومقرها ولايات كاليفورنيا وقد حضر قرابة 200 من مندوب المبيعات بالشركة طلبت من الأشخاص الحاضرين أن يرفعوا أيديهم إذا كانوا يعرفون أفضل 2 أو 3 أشخاص إنتاجا في الشركة فارتفعت أيديهم جميعا تقريبا ثم طلبت منهم بعد ذلك أن يرفعوا أيديهم إذا كانوا قد ذهبوا من قبل إلى أي من هذين الاثنين أو الثلاثة لسؤالهم عن أسباب نجاحهم فلم ترتفع يد واحدة يا لها من مأساة إننا جميعا نعرف الأشخاص الناجحين ولكننا نخشى أن نقترب منهم طلبا للمعلومات والتوجيه والإرشاد لا تسمح للخوف من الرفض أن يوقفك عن السؤال فإن أسوأ ما يمكن أن يحدثه أنهم لن يخبروك وسينتهي بك الأمر إلى عدم معرفة ما يعرفونه هم ولكنك بالفعل لا تعرف ما يعرفونه لذا فلا يمكن أن يصبح الأمر أسوأ من هذا أليس كذلك؟ لذا فبادر نحو هذه المخاطرة وتقدم إليهم بالسؤال واجعل من هذا الأمر عادة بالنسبة لك إليك فكرة أخرى استجمع شجاعتك وقم بدعوة أحد الأشخاص الناجحين على الغذاء كل شهر وليكن من الأشخاص الذين تكن لهم الاحترام وتعجب بهم حقا حاول أن تطيل فترة الغذاء فكلما طال الوقت كان ذلك أفضل اطرح عليه ما يطرأ على ذهنك من أسئلة وسوف تكتشف كمزا من المعلومات وقد تجده يمتلك بعضا من جواهر الحكمة الحقيقية التي يمكن أن تحول مسار عملك وأحوالك المالية أو حتى حياتك الشخصية أليس ذلك ممكنا؟ بالطبع ولكن معظم الأشخاص لا يفعلون ذلك إنهم في غاية الانشغال إلى حد لا يسمح لهم بالتوقف والتعلم ممن هم أكثر حكمة وخبرة إن ذلك يعظم الفرصة بالنسبة لك يروي لنا جاك في بداية حياته المهنية اعتاد زوج أمي الذي كان أحد أفضل مندوب المبيعات في شركة NCR أن يدعو أفضل المنتجين والمديرين لتناول مشروبا بعد العمل ويطرح عليهم أسئلة تتعلق بكيفية أدائهم لعملهم ويطلب منهم النصحة بخصوص كيفية أدائه لعمله بشكل أفضل كان لكل هذه النصائح وزنها الظاهر وجنم ورائها الكثير وقد أصبح في النهاية رئيسا لفرع الشركة في البرازيل وبالمناسبة ليس من الضروري أن يكون تعلمك اليومي قادرا على تغيير الحياة تماما أو غاية في الضخامة إنها تلك التفاصيل الصغيرة التي غالبا ما تصنع كل الاختلاف إن استمرارية التعلم هي الطريق الحقيقي نحو الحكمة والمعرفة لذا تعلم القليل كل يوم يروي لنا مارك كنا نحمل زلاجاتنا عائدين إلى السيارة بعد الاستمتاع بيوم كامل من التزلج على المنحدرات كنت أجد صعوبة في حمل زلاجتي تلك المسافة الطويلة التي كان ينبغي قطعها سيرا أشار أحد أصدقائي إلى مدربة التزلج التي كانت تتقدمنا وتحمل حاجياتها وأدواتها بلا جهد يذكر لحظت أنها تضع الجزء الأوسط من زلاجتيها على كتفها الأيمن وإن يدها اليمنى تقبض بتراخ على الطرف الأمامي للزلاجتين محدثة توازنا ممتازا قمنا بتقليد طريقتها ويا لهذا الفرق الكبير الذي شعرنا به لم يكن أحد آخر يستخدم هذه الطريقة البسيطة فقد كانوا جميعا يكافحون بمعاناة كما كنا نحمل إن الهدف من هذه القصة هو أن الحياة تعلمك شيئا جديدا كل يوم فقط إذا ما أبقيت عينيك مفتوحتي وكنت مدركا لما يحدث حوله لقد كان شارلز جونز محقا عندما قال هناك شيئان أساسيان سوف يجعلانك أكثر حكمة وتعقلا الكتب التي تقرأها والأشخاص الذين تقابلهم تأكد أنك تفعل الشيئين معا وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشريطة التي تستمع إليها والتدريب الشخصي الذي تتلقى سوف يقومان بدور بارز فإذا كنت ترغب حقا في الارتفاع إلى القمة فاستثمر ساعة واحدة من يومك في تعلم المزيد عن نفسك وعن مجال عملك إن اكتساب هذه العادة يمكن أن يجعلك خبيرا عالميا في غضون خمس سنوات وتذكر أن استخدام المعرفة قوة والأشخاص الأقوياء يجذبون فرصا رائع إن هذا أمرا يقتضي انضباطا ذاتيا ولكن ألا تستحق ثماره ذلك الجهد المبذول في سبيله؟ امتلاك كل أموال العالم ليس بالأمر الجيد للغاية إذا كنت تستطيع بالكاد أن تنهض من فراشك في الصباح للاستمتاع بها مصدر غير معروف للمقولة حرف E اختصارا لكلمة exercise بمعنى التمرين الآن لا تتنهى تنهيذة حارة وتقول لا كلا من فضلك اقرأ هذا الجزء بعناية واهتمام فهو جدير بذلك إلى أقصح إن معظم الأشخاص لا يحبون فكرة القيام بأي شكل من أشكال التدريب المنتظم وذلك خطأ كبير إليك السؤال الهام هل تريد أن تكون غنيا وتستمتع بصحة جيدة؟ ومرة أخرى فإنه يتعين عليك أن تجيب بنعم أو بلا لا أن تجيب قائلا سوف أفكر في الأمر واليوم فإن مجال الصحة واللياقة البدنية قد ازداد أهمية بشكل كبير إذ يبلغ حجم التعامل فيه بلايين الدولارات في الولايات المتحدة والسبب في ذلك هو أن الأشخاص أصبحوا الآن يدركون أن هناك فائدة مباشرة تنتج عن الاعتناء بأجسامهم سوف تحظى بصحة أفضل والأكثر أهمية أنك ستستمتع بقدر أكبر من الحيوية وسوف تصبح نوعية حياتك أفضل بصورة فعلية لنواجه الأمر ما جدوى أن تكسب أموالا طائلة إذا لم تكن في صحة جيدة للاستمتاع بها في سنوات عمرك القادمة ألي يكون هذا مؤسفا؟ إن تحقيقة وازن ممتازا في حياتك يعني أنك لا تعامل صحتك باستخفاف ممارسة تمارينا بسيطة كل يوم هو جزء من الوصفة وإليك الأخبار الجيدة إنك لست بحاجة إلى أن تخوض الصباقات الماراثون أو تنهيك نفسك في صالة جيمنازيوم لمدة ثلاث ساعات يوميا كل ما تحتاج إليه هو عشرون دقيقة تقريبا وهناك الكثير من الطرق للقيام بذلك هل تتذكر الممثل الكوميدي الشهير جورج بيرنز الذي عاش حياة رائعة ووصل إلى سن ماتع كان جورج وهو في التسعينات من عمره لا يزال يستمتع بالخروج للتنزه مع أصدقاء يصغرونه بكثير وقد سأل أحد أصدقاءه ذات مرة قائلا لماذا لا تصادق أشخاصا أكبر منك سنا أجاب جورج بسرعة وعينه يلتمع فيهم البريق لم يعد هناك من هو أكبر سنا مني كان جورج يتمتع بحيوية ورغبة هائلة في الحياة وفي حوار صريح له مع باربرا والترز سئل عن السر في عمله الطويل وقد أشار في إجابته إلى أنه كان يقوم دائما بممارسة قليلا من تمارين المد كل يوم لمدته 15 دقيقة كانت تلك هي عادته الطويلة المدى يوجد هنا تنميح لك كلما زاد عمرنا أصبحنا أقل مرونة خاصة إذا ما توقفنا عن التدريب هناك الكثير من تمارين المد الروتينية الجيدة يمكنك الحصول على كتاب من المكتبة لمساعدتك وستلاحظ الاختلاف في قدرتك على الحركة في غضون بضعة أسابيع قليلة خاصة إذا كنت قد تجاوست سن الأربعين إحدى أسأل الطرق للتمارين هي أن تستمتع بتمشية خفيفة سريعة إذا أخذت 15 دقيقة فقط وتمشيت حول المبنى بضع مرات قليلة فسيكون جسدك شاكرا لك ولاحظ هذا إذا تمشيت 45 دقيقة أربع مرات أسبوعيا فإنه يمكنك أن تفقد 18 رطلا من وزنك على مدار السنة دون الحاجة إلى اتباع نظام حمية وللمشي فوائدا أخرى فهو يجعلك تخرج إلى الهواء الطلق ويمنحك فرصة لتوسيع نطاق علاقاتك وتواصلك مع الآخرين تمشى مع زوجتك أو أحد أفراد أسرتك أو مع أحد أصدقائك ولكي تحقق أفضل النتائج تمرن لمدة 30 دقيقة كل يوم بما فيها تمارين المد مارس رياضة ما أو تمارين الأيروبيكس أو رياضة المشي استخدم دراجة التدريب الثابتة أو انضم إلى أحد أندية اللياقة البدنية أو ضع لنفسك روتينا خاصا وليس من الضروري أن تكون ممارسة التمارينات الرياضية أمرا مملا فهناك طرقا عديدة لجاري بعض التنوع إذا كان هذا الأمر جديدا عليك يجب أن تدرك شيئا واحدا مثل أي عادة سيكون الأمر صعبا في البداية ضع هدفا يستغرق تحقيقه 30 يوما افعل كل ما يقتضيه الأمر لتجتاز هذه الفترة الحرجة اتبع سياسة لا استثناءات وامنح نفسك مكافأة لعدم إضاءة يوما واحدا دون تمرين وإليك الضمان سوف تشعر بتحسن بالغ في نهاية الثلاثين يوما وتذكر لا تفرط في الأمر في هذه المراحل المبكرة وإذا كانت لديك مشكلة طبية معينة فراجع الأمر مع طبيبك أولا إذا لن تكن قد اقتنعت بعد فإليك قائمة تجتمل على ثماني فوائد محددة سوف تعود عليك إذا متبعت برنامجا منتظما لممارسة التمرينات الرياضية التمرين يحسن عادتك المتعلقة بالنوم التمرين يرفع مستويات طاقتك ونشاطك التمرين يخفف من الضغوط والتوتر والقلق التمرين يحميك من الإصابات التمرين يحسن الحالة الصحية التمرين يخفف من الاضطرابات الهضمية التمرين يحسن فكرتك عن ذاتك التمرين يطيل عمرك مع كل هذه الفوائد العديدة لماذا لا ترغب في ممارسة التمرينات الرياضية؟ يروي لنا لس قبل سنوات بذات اتباع روتين يومي للتمرين ويروق لي أن يكون أول ما أفعله في الصباح هو ممارسة التمرينات الرياضية التي أبدأها بتمرين المد لمدة خمس دقائق تليها خمس وعشرون دقيقة من الجري ثم تمرين المد مرة ثانية لمدة عشر دقائق لقد أصبح القيام بذلك عادة أصيلة عندي وهو مجرد جزءا مما أفعله كل يوم وعندما بدأت ذلك لأول مرة كان جسدي يتألم وكنت ألهث بشدة ولكنني زدت تدريجيا من قدراتي والآن أصبحت أستمتع حقا بالخروج إلى الهواء الطرقي كل صباح كما أنني أصحب في هذه التمارين كلب الصيد الذي نمتلكه وبذلك أتمكن من إنجاز واجب آخر من واجباتي في نفس الوقت ألا وهو تمشية الكلب كما أنني أستغل هذا الوقت ذهنيا فأفكر وأتأمل في أولوياتي في هذا اليوم ونحن لدينا مواسم الشتاء باردة جدا في كالي هاري وأحيانا تنخفض درجة الحرارة لتصبح أدنى من 20 درجة مئوية تحت الصفر وهذا جو قارس البرودة سألني بعض الأشخاص قائلين هل تجري في درجات الحرارة منخفضة هذه؟ والإجابة هي بالطبع فإنني أستمد الكثير جدا من تمارين الجري اليومية حتى أنني إذا لم أخرج للجري فإن هذا يسبب لاضطرابا نفسيا باقي اليوم من السهل إضافة بعض الملابس الإضافية لأطمئن إلى أنني سأظل أشعر بالدفء وعندما أكون في سفر فأنا لا أحزم الكثير من الأشياء في حقيبة سفري وذلك يمنحني فرصة رائعة لكي أكون مبدعا وبدل من الجاري بالخارج فإنني أجري ببطء في ممرات الفندق الذي أنزل فيه وأستخدم ساحة إيقاف السيارات الموجودة تحت الأرض إذا لم تكن هناك صالة للألعاب والتدريب في الفندق هناك وسيلة دائما ما كان هناك غاية والنقطة الأساسية هي أنك إذا اكتشفت شيئا يجعل حياتك أفضل فواصل عمل هذا الشيء فالمكاسب والفوائد تفوق بكثير عدم الارتياح الذي تشعر به في البداية فالتزم بهذا الشيء إلى أن تصبح عادتك الجديدة جزءا من سلوكك اليومي هناك بعض الأفكار الأخيرة عن الصحة الجيدة اجعل الأمر وكأنه بحثا أو دراسة حاول أن تعرف المزيد عن العمليات الحيوية التي يقوم بها جسدك وكيف تجعل جسدك تلك الآلة الرائعة التي تمتلكها أقرب ما تكون إلى الحيوية والفعالية حتى الأشخاص الذين يعانون مما يسمى بالإعاقات يمكنهم الاستمتاع ببعد جسدي صحي في حياتهم هل رأيت من قبل متزلجا بساق واحدة يندفع عبر المنحدرات برشاقة أكبر وسرعة مساوية للأشخاص الأسوياء؟ إنه أمر مذهل وبالطبع فإن هؤلاء المتزلجين لا يعتبرون أنفسهم معاقين لقد اكتشفوا فقط طريقة أخرى للأداء بمساعدة زلاجة قصيرة مصممة خصيصا لهم قم أيضا بالدراسة التغذية هناك الكثير مما يمكنك تعلمها إن جسدك يستجيبك أفضل ما تكون الاستجابة لمجموعات من الأطعمة التمس المساعدة من أحد خبراء التغذية وبذلك سوف تزيد من معرفتك وكذلك مستويات طاقتك إذا كنت تتصارع مع الانضباط الذاتي حتى تبدأ برنامجا جيدا لممارسة التمرينات الرياضية فإليك وسيلة لإنهاء هذا الصراع قم بالاستعانة بمدرب شخصي لللاياقة البدنية حتى يجعلك مسؤولا وكما نقول دائما قم بواجبك حاول معرفة من هو أفضل شخص في منطقتك تحدث إلى عدة المدربين مختلفين وتخير من بينهم المدرب الذي يفهم موقفك حقا هذا الشخص يمكنه أن يضع لك برنامجا خاصا بك فقط والمدرب الجيد سوف يغير نوع التمرينات الرياضية التي تمارسها حتى لا تشعر بالملل إن هذا مالا مستثمرا بشكل جيد وهو تكلفة أقل بكثير مما تتصور سوف تتعلم الأسلوب الصحيح عندما تتدرب وبذلك تحقق أقصى استفادة فمعظم الأشخاص الذين يضعون برامجهم الرياضية بأنفسهم يتدربون بشكل غير صحيح أما التعلم من مدرب محترف فسوف يجعلك تتقدم إن جسدك هو الأداة المادية التي وهبك الله إياها لتتحرك بها فلا تهملها وإلا فإنها من الممكن أن تنهار تماما كسيارة لم تتم صيانتها أبدا ومن الممكن أن ينتهي بك الأمر كمتفرج منهك في هذه الحياة بدلا من أن تحظى بمتعة التحكم في زمام الأمور إنه خيارك أنت والرسالة بسيطة فإذا كنت تريد أن تكون ثريا وتحظى بصحة جيدة فتغذى بطريقة صحيحة ومارس التمرينات الرياضية وبالمناسبة إذا كنت تتساءل فنحن لم ننس أهمية الصحة الذهنية والروحية فسيأتي الحديث عن هذا في الفصل السادس عامل الثقة أن أكون متحررا من ضغوط الحياة الخانقة أن أستريح وأنام في عمق وهدوء فذلك سوف يجدد روحي لس هيوت حرف R اختصار لكلمة ريلاكسين بمعنى الاسترخاء هذا هو وقت أعادة شحن بطاريتك خلال اليوم وقبل سنوات اعتقد الأشخاص أن أجهزة الكمبيوتر سوف تتيح لهم الاستمتاع بالمزيد من وقت الراحة والترفيه اعتقد أنهم سيذهبون إلى ملاعب الجولف ثلاث مرات كل أسبوع بينما تقوم كل تلك التكنولوجيا الحديثة بالتعامل مع أعباء العمل ويلاها من مزحة إن الأشخاص في معظم الأحوال يعملون الآن ساعة أطول من أي وقت مضى لقد زادت أعباء العمل وبسبب تخفيض حجم العمال تم تخفيض الدعم والمساندة بشكل ملحوظ هل تشعر بالتعب الجسدي خلال يوم العمل العادي؟ وإذا كنت تشعر بذلك فهل هناك وقت محدد تبدو فيه مرهقا؟ إذا كنت تستيقظ مبكرا من الخامسة والنصف إلى السادسة والنصف صباحا فسيكون وقت خفاض طاقتك بين الواحدة والنصف والثالثة بعض الظهر وإذا كنت لا تتناول طعام الإفطار فربما تشعر بهذا الضعف في وقت مبكر عن هذا بعض الأشخاص يقوون أنفسهم بستة أو سبعة أقداح من القهوة خلال اليوم للتغلب على فقدان الطاقة مما قد يؤدي إلى إدمان الكافيين والإصابة بضغط الدم المرتفع وأعراض جانبية أخرى حتما لن تساعدك على الاسترخاء إليك طريقة ممتازة للحفاظ على طاقتك حتى تستطيع أن تنعم بيوم مثمر خذ سنة من النوم ونحن نطلق عليها TPM اختصارا لعبارة 25 peaceful minutes أي 25 دقيقة هادئة وفي الأجواء الدافئة تكون القيلولة جزءا معتادة من اليوم وعندما كنت طفلا صغيرا كانت والدتك على الأرجح تضعك في الفراش لتأخذ قيلولة بعد الغداء وكشخص ناضج لماذا لا تفعل نفس الشيء إنه أمر مفيد لك ولن تشعر بالاضطراب في وقت متأخر من اليوم الآن إذا كنت تفكر في نفسك قائلا أمجنون أنت؟ إنني لا أجد وقتا كافيا بدون أخذ قيلولة أضيع فيها فترة مع بعض الظهر فما بالك إذا أخذتها؟ وبالإضافة إلى ذلك أين يمكنني أن أغفو 25 دقيقة مع كل هؤلاء الأشخاص من حولي؟ إنني ليس لدي فراش أو أريكة في المكتب هل تتوقع مني أن أستلقي على الأرض؟ نعم بالضبط يروي لنا لس كل شخص في شركتنا يمكنه أخذ فترة راحة قصيرة كل يوم إنني أضع على باب مكتبي لافتة تقول ببساطة فترة راحة وهذا يعني لا تزعجني بعد ذلك أقوم بإطفاء الأنوار وأخلع حذائي وأفك أزرار قميصي ورابطة العنق ثم أحضر الوسادة التي أحتفظ بها في أحد الدواليب وأتمدد على الأرض قبل ذلك أقوم بفصل الهاتف وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة أقوم بضبط الساعة المنبهة لتعمل بعد 25 دقيقة وأتنفس بعمق مرتين وأغلق عيني ثم أسترخي ليست هناك مقاطعات ومساعدية شخصية يعرف النظام وكذلك باقي المعظفين إنه أمر رائع تلك القيلولة الصغيرة تجدد طاقتي وبذلك أستطيع أن أظل مركزا ومنتجا في المساء بدلا من الانهيار على الأريكة دون حراك أو دون القيام بأي نشاط حتى موعد النوم تلك الطاقة الإضافية تتيح لي الاستمتاع بوقت جيد بالفعل مع أسرتي إذا لم يكن لديك مكتبا خاصا بك فكن مبدعا استرخي في سيارتك بدلا من المكتب وإذا كنت مسافرا في رحلة عمل فقد تضطر إلى تغيير الوقت بطريقة ما ولكنك لازلت تستطيع إيجاد وسيلة لانتزاع تلك الدقائق القليلة للراحة وإذا كنت أنت صاحب العمل فلا تكن ديكتاتورا أو متسلطا وعبارة تستطيع أن تفعل ذلك في وقتك الخاص لا في وقت العمل التي كانت تقال لموظفين في الماضي قد عفى عليها الزمن إن أكثر المؤسسات نموا وتقدما وربحا تدرك أن القوة العاملة غزيرة الإنتاج هي أمر لا يمكن تحقيقه بالضغط على الموظفين حتى يسقطوا من الإرهاق والتعب لا يعني هذا أن عليك تخفيض مستوى الأداء في شركتك إنه يعني ببساطة أن تدرك أن الإنتاجية العالية تتطلب كثيرا من الطاقة أحد عملاءنا الآخرين وهو رالف بيوريتس وهو رئيس إحدى الشركات في كندا يختفظ في مكتبه بأريكة من أجل تجديد نشاطه ويشجع المديرين الآخرين بالشركة على أن يأخذوا فترات راحة قصيرة عند الحاجة وفترات الراحة القصيرة التي مدتها 25 دقيقة كما قلنا هي وسيلة ممتازة لزيادة طاقتك إلى الضعف وإذا كانت لديك أسرة فهناك وقت آخر هام للتفكير في أخذ فترات راحة قصيرة وهو الوقت الذي يسمى وقت التحول وذلك عندما تصل إلى المنزل قادما من العمل ويكون أخلك لا يزال مجغولا بالعمل ولم تسترح بعد من ضغوط اليوم وفجأة يقفز عليك الأطفال إذا أمكنك التخطيط لأخذ فترة راحة قصيرة قبل أن تبدل دورك فإن ذلك سوف يمنحك فرصة لالتقاط أنفاسك وللاسترخاء والاستعداد ذهنيا للتركيز على الأسرة ولكي تدعم هذا فكر في الاسترخاء على أنغام الموسيقى التي تفضلها وأي أن كانت الطريقة التي ستختارها فإن التواصل الجيد مطلوبا لجعل هذا الأمر مفيدا وفعالا بالنظر إلى الصورة الأعام للاسترخاء ما مقدار وقت الراحة الذي تأخذه كل أسبوع وما عدد الأسابيع التي تخصصها للترفيه والمرح سنويا أولا دعنا نعرف وقت الراحة إذا كنت تخطط لأخذ يوم راحة أسبوعيا فاحرص على أن يكون هذا اليوم مكونا من 24 ساعة كاملة ونحن نطلق عليه وقت الترفيه والمرح وهذا يعني أنك لا يجب أن تفعل أي شيء يتعلق بالعمل على الإطلاق طوال 24 ساعة تلك ولا حتى مكالمة هاتفية واحدة أو فتح أحد الملفات ولو لدقائق معدودة فحسب العديد من رجال الأعمال يشعرون بالاضطراب والارتباك بشأن وقت الراحة وخصوصا أصحاب المشروعات إن يوم الراحة بالنسبة لهم يعني حمل هاتفهم الخلوي دائما والرد على المكالمات الهاتفية الواردة الخاصة بالعمل وإجراء بعض المكالمات الخاصة بهم والمبرر الذي يسوقونه دائما هو يجب أن أكون متاحا للآخرين دائما وأن يستطيع الوصول إليه بسهولة وهؤلاء يكون لديهم جهاز فاكس أو عنوان بريد إلكتروني في المنزل حتى يمكنهم التعامل مع الرسائل العاجلة التي يكون معظمها بالطبع غير عاجل على الإطلاق وإليك النقطة الأساسية إذا عملت لساعات طويلة بجهد شاق طوال الأسبوع فإنك تستحق فترة راحة وإعادة شحن طاقتك هل ستكون أكثر طاقة ونشاطا إذا أخذت راحة كاملة لمدة 24 ساعة مما إذا أخذت ساعة أو ساعتين متى أمكنك بلا شك الراحة الكاملة تفيدك بشكل أفضل وهذه نقطة من الصعب على العديد من رجال الأعمال استيعادها إنهم يمزقون أنفسهم ذهنيا بالشعور بالذن على سبيل المثال أب يصطحب ابنه يوم الجمعة لدرس السباحة وهو يفكر يجب أن أكون في العمل لإنهاء ذلك المشروع وعندما يكون في العمل يوم عطلة نهاية الأسبوع تجده يشعر بالذنب تجاه الإبن لأنه وعده باستحابه إلى مباراة كرة القدم مثلا هذه الدائرة المفرغة من الشعور بالذنب تزيد من مستويات الضغوط والإحباط وعندما يربح العمل المعركة ضد الاستمتاع بقضاء وقتا للترفيه مع أسرتك فإن ذلك يدمر علاقاتك بهم علاوة على بعض العواقب الوخيمة الأخرى بعيدة المدى كالإرهاق الشديد والمشكلات الصحية وحالات الطلاق ولكي تتجنب أي تصدعات محتملة في علاقاتك خصص وقتا محددا كل أسبوع تقضيه مع أسرتك وفي بداية العام قرر متى تريد أخذ فترات راحة طويلة واحجز هذا الوقت في تقويمك يمكنك أن تختار فترات راحة من ثلاثة إلى سبعة أيام أو تختار عطلات مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو أي شيء يناسبك بشكل أفضل وإذا لم تكن في وضع يسمح لك بالقيام بذلك الآن فاحرص على أن تأخذ راحة ولو ليوم واحد على الأقل كل أسبوع واجعل زيادة وقت راحتك في العام القادم أحد أهدافك المهم في الأمر هو أن تكتسب عادة تخصيص وقتا كاف للاسترخاء الكامل وعندما تعود من أسبوع راحة تستريح فيه بشكل جيد وتستعيد نشاطك وحيويتك ستكون أكثر إداعا وإنتاجية وقادرا على التركيز بشكل أفضل وقد عمل زميل لنا مع آلاف من أنجح رجال الأعمال خلال 20 عاما الأخيرة وقد لاحظ أنه كلما زاد وقت الراحة الذي يحظى به هؤلاء زاد مقدار ما يربحونه من أموال ولقد أثبت صحة هذا بنمو وازدهار شركته الخاصة فهو يأخذ أسبوع راحة كل شهر وهو لا يبالي إلى أين يذهب طالما أنه سوف يبتعد عن المدينة وعن العمل وهو طوال فترة راحته تلك لا يتصل بالشركة ولا يتلقى منها أية مكالمات أيضا وعلى الرغم من أنه يأخذ عطلة سنوية تبلغ ثلاثة شهور فإن شركته قد حققت نموا رائعا كل عام وذلك منذ 11 عاما حتى تبلغ أقصى درجة من التقدم خذ فترات راحة منتظمة حتى تعيد شحن طاقتك إننا لا نقترح عليك أن تطبق هذه الاستراتيجية بحذافيرها فقد تأكد أنك تتمتع بفترات راحة منتظمة لكي تعيد شحن طاقتك وتقل المستوى ما تتعرض له من ضغوط وتوتر ومن فضلك افعل ذلك دون أن يساورك شعورا بالذنب أو تأني بالضمير إن الحياة أقصر من أن تقضيها في قلق مستمر على كل شيء فلا بأس حقا من أن تحظى ببعض المتعة والمرح إذا أدركت ماذا قوة وفعالية أفكارك فما كانت لتجول بخاطرك فكرة سلبية أبدا غير معروف المصدر حرف تي اختصار لكلمة thinking بمعنى التفكير نعم نحن نعلم أنك تفكر بالفعل معظم اليوم ومع ذلك فإننا نقصد هنا نوعا مختلفا من التفكير وهو ما نطلق عليه التفكير المتأمل وكما أشرنا سابقا فإذا كنت تريد أن تكون لديك رؤية واضحة تماما بشأن ما يفلح في حياتك وما لا يفلح فعليك أن تخصص وقتا للتفكير المتأمل هذا هو الجزء الأخير من نظام Be Alert وهو الذي سيساعدك على تحقيق توازنا ممتازا كل يوم إليك كيف يعمل هذا المفهوم في نهاية يوم عملك أو قبل أن تذهب للفراش مباشرة خذ بضع دقائق لتلقي نظرة ذهنية سريعة على اليوم اعتبر كل يوم فيلما قصيرا تلعب فيه دور البطولة كيف كان أداؤك؟ استرجع الشريط وقم بإلقاء نظرة أخرى ما الذي أديته بطريقة جيدة؟ هل هناك أية تعديلات كان بإمكانك إجراؤها لتحقيق نتيجة أفضل؟ ركز بصورة يومية على ما تحرزه من تقدم كن متيقظا لأي مواطن ضعف أو عيوب ولكن لا توبخ نفسك تعلم من أخطائك فرغم كل شيء فالغدو هو يوم جديد يحمل مع قدمه فرصة أخرى للأداء بشكل أفضل من الأمس اجعل التأمل عادة يومية إنه يستغرق دقائقا قليلة فحسب وسوف يجعلك أكثر قوة وحكمة وتعقلا في الأسابيع والشهور القادمة في البداية قد يبدو نظام بي أليرت لتحقيق أفضل توازن مربكا ومحيرا وقد اعتقد أحد عملائنا أن عليه القيام بعمل كل شيء بالتتابع أي يبدأ بالحرف بي وينتهي بالحرف تي لا 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 إن هذا النظام أكثر مرونة من ذلك بكثير وسوف تجد أن هذا النظام الفريد لا يستغرق وقتا إضافيا طويل في الواقع فإن وضع مخططا لما تقوم به يوفر لك وقتا لأنه سيجعل لديك صورة واضحة لأولوياتك ومن خلال التركيز على أكثر أنشطتك الأهمية أثناء اليوم سوف تصبح أكثر انتاجية وسوف تحقق نتائجا أفضل أما بخصوص التعلم فإنه قد يستغرق ثلاثين دقيقة إذا مخترت أن تقرأ أو تستمع إلى أحد الأشرطة التي تتحدث عن التطوير الشخصي ومع ذلك يمكنك أن تدمج وقت التعلم في وقت ممارسة التمرينات الرياضية كن مبدعا ومن ناحية أخرى فالتعلم التجريبي لا يتطلب وقتا على الإطلاق إنه ببساطة ما تلاحظه كل يوم وأنت تمارس عملك أما وقت الاسترخاء والتأمل فهو فرصة لإعادة شحن طاقتك ولزيادة مدى الوضوح في رؤيتك للأمور خاتمة فكر في هذا السؤال البالغ الأهمية هل سوف تستمتع بتوازن أفضل في حياتك إذا كان لديك مخططا واضحا ليومك؟ إذا كنت قادرا على أن تبقى مركزا على أهم أنشطتك إذا ما وصلت إلى أقصى درجة ممكنة من الطاقة والنشاط ووضوح الرؤية بقليل من التمرينات الرياضية والتفكير المتأمل وإذا ما كان لديك بعض الوقت لتقضيه بعيدا عن العمل للراحة والمتعة والترفيه الإجابة واضحة وهي بالإجابة بالطبع لذا أبذل كل ما تستطيعه من جهد الآن استخدم نظام نقاط المراجعة الخاص بنظامنا بي أليرت انظر خطوات العمل وهو عبارة عن مذكر يومي يبقيك في المسار السليم فقط قم بعمل نسخا منه والحقها بكل صفحة من صفحات مخططك اليومي أو قم بإدخاله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أي منظم إلكتروني وتذكر أن التوازن الممتاز سوف يثري عقلك وجسدك وروحك بصورة رائعة ناهيك عن أهم علاقاتك وحسابك المصرفي خطوات العمل نظام نقاط المراجعة الخاصة بنظام بي أليرت هذه طريقة بسيطة لمراقبة تقدمك وهي تستغرق دقيقة واحدة فقط تقوم فيها بالمراجعة ففي نهاية كل يوم اسأل نفسك إذا ما كنت قد أنجزت كل الأجزاء الستة التي يجتمل عليها نظام بي أليرت على سبيل المثال إذا كنت قد نظمت مخططا ليومك فضع علامة أمام الحرف B وإذا ما قضيت الجزء الأكبر من اليوم في العمل على أهم أنشطتك فضع علامة أمام الحرف A كرر هذه العملية مع الحروف الباقية كن أمينا في تقييمك هذا سوف تلاحظ أن هناك أساليبا يتم تطويرها كل أسبوع وهي التي ستلقي الضوء على ما تقوم بفعله بصورة صحيحة وعلى ما يحتاج إلى تصحيح استخدم قلما أحمر لوضع دائرة حول الحروف التي لم يكن أداؤك فيها جيدا على سبيل المثال إذا خططت لممارسة التمرينات الرياضية كل يوم لمدة 30 دقيقة ولحظت أن الحرف E قد رسمت حوله خمس دوائر في الأسبوع الأول فأنت بحاجة إلى عمل بعض التغييرات وكما هي الحال دائما ابدأ ممارسة هذه العادة الجديدة برفق وتمهن ولا تكون شديد القسوة على نفسك في البداية فكلما تدربت أكثر حصلت على نتائج أفضل Be Alert نظام مؤكد ومضمون النجاح لتحقيق أفضل توازن المخطط وضع خطتي الاستراتيجية لليوم تحديد الأولويات والمواعيد والمشروعات الهام مراجعة خطة اليوم في الصباح البكر منه أو في الليلة التي تسبق العمل ركز على أهم الأنشطة التي سوف تدفعك للأمام نحو تحقيق أهدافك التي خصصت لتحقيقها ستين يوما التعلم قم بتوسيع مداركك وزيادة معارفك عن طريق القراءة أشرطة الكاسد أو الفيديو المرشدين الدورات الدراسية التمرين أعد شحن طاقتك من خلال ممارسة التمرينات الرياضية لمدة نصف ساعة يوميا الاسترخاء تخلص من التوتر والضغوط اليومية نم لفترة قصيرة أثناء النهار تأمل استمع إلى الموسيقى واقضي وقتا مع أسرتك التفكير خصص وقتا كل يوم للتأمل راجع أهدافك تخيل ابتكر أفكارا جديدة استخدم مفكرة لتدوين أفكارك وملاحظاتك تتبع تقدمك كل أسبوع ضع جدولا بسيطا خاصا بك للتسجيل كما في المثال أدنى وفي نهاية كل يوم خذ دقيقة لتسجيل نتائجك ضع دائرة حول أي مجال فاتك العمل عليه مرفق جدول للأسبوع من السبت إلى الجمعة في الخانة الأولى من الجدول بشكل أفقي وأدنى كل يوم من الأيام أحرف كلمة بي أليرت كل منها على سطر التي تم إنجازها موضوع بجانبها علامة صحيح والتي لم تنجز موضوع عليها دائرة ها قد قطعت نصف الطريق تقريبا حافظ على تركيزك تكوين علاقات ممتازة يدخل بعض الأشخاص حياتنا ويخرجون منها سريعا بينما يبقى آخرون في حياتنا تاركينا انطباعا في قلوبنا وأرواحنا فنتغير إلى الأبد مؤلف غير معروف يروي لنا لس كانت والدتي تعيش بمفردها في بلفست بأيرلند الشمالية كانت في الخامسة والثمانين من عمرها وحدث ذات مرة أن تعرضت لأزمة قلبية كان والدي قد فارق الحياة قبل ستة عشرة عاما ولأنني كنت الإبن الوحيد فقد كنت قلقا ومهموما بشدة كان خوفي الأكبر هو عدم معرفتي بمدى خطورة الموقف حقا ولأنني كنت وقتها أعيش في كندا فلم يكن من السهل بالنسبة لي أن أسافر إليها إذا ما تدهورت صحتها كان لي صديق يدعى دينيس وكان يعمل في المستشفى المحلي في بلفست وكان هو الذي يجعلني باستمرار على علم بحالة والدتي من خلال اتصالاته الهاتفية المنتظمة غير أنه كان يستعد هو وأسرته للسفر لقضاء إجازة في قبرص في غضون بضعة أيام وكانوا جميعا في غاية الحماسة واللهفة بخصوص هذه الرحلة لن أنسى أبدا المكالمة الهاتفية التي تلقيتها من دينيس بعد ذلك الحين بقليل كانت الأخبار الجيدة هي أن والدتي قد سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى غير أنها كانت لا تزال في حالة ضعف شديدة ولكن المفاجأة كانت عندما قال لي سوف أقوم بإلغاء رحلتنا إلى قبرص فقد قررت أنا وزوجتي وهي ممرضة متمرسة أن تبقى والدتك معنا إلى أن تتعافى وتسترد صحتها تماما وسوف ترى أنت بعد ذلك كيف أنها تتلقى منا كل رعاية واهتمام لقد جعلني قوله هذا في غاية التأثر وشعرت بالدموع وهي تنهمر من عيني وانعاقد لساني ولم أستطع الكلام لبرها مما جعله يسألني هل أنت بخير؟ أجبته قائلا نعم إنني لا أعرف ما أقول فأنا في غاية الارتباك فعلق على إجابتي بقوله لا عليك فتلك هي الصداقة وهذا هو واجب الأصدقاء تجاه بعضهم البعض أليس كذلك؟ تطورت علاقتنا إلى مستوى آخر بعد هذا الحدث إنه شعور رائع أن يكون في حياتك أشخاص متميزين يستطيعون أن يثرون روحك ويساندونك بطرق عديدة مختلفة وفي واقع الأمر فعندما تكون حياة الإنسان على وشك أن تكتب في صفحتها الصطور الأخيرة ويجلس ليتأمل كيف مرت كل تلك السنين فمن المرجح أنه سوف يتذكر العلاقات التي كونها وتنسال عليه تلك الذكريات والتجارب الفريدة التي ترتبط بهؤلاء الأشخاص الذين كانوا أطرافا في تلك العلاقات وخاصة أفراد الأسرة والأصدقاء إن هذا شيئا هام في الحياة وله وزنه في مقابل إرهاق نفسك بشدة وإنهاك صحتك من خلال العمل بشكل مفرط وما يسبب ذلك من ضغوط وسوف تتعرف في هذا الفصل على العديد من الاستراتيجيات الفعالة التي تضمن أنك سوف تستمتع بعلاقات رائعة في حياتك الشخصية والمهنية على حد سواه إن تكوين علاقات ممتازة مع الآخرين عادة يمكن اكتسابها وهي تولد مكاسبا وفوائدا رائعة من الممكن أن تكون علاقاتنا مع الآخرين قصيرة وأن لا يكتب لها الاستمرار على سبيل المثال فهناك زيجات عديدة لا تصمد طويلا كما أن هناك أسرا كثيرة تتفكك وينشأ الأطفال في أغلب الأحيان في ظل مساندة ورعاية أحد الأبوين فقط فما السبب الذي يؤدي إلى تصدع وانهيار هذه العلاقات؟ وإن تذهب تلك السعادة وذلك الحب اللذان كان يزينان هذه العلاقات في بدايتها من المفيد أن تنظر إلى حياتك باعتبارها شيئا شبيها باللولب أو الحلزون ففي بعض الأحيان تتعرض حياتك لفترات صعود وتصبح حياتك في هذه الحالة تشبه حلزونا صاعدا وهذا هو ما يحدث عندما تسير الأمور بطريقة جيدة ويكون كل شيء على ما يرام فتكون ثقتك بنفسك مثلا كبيرة جدا وتكون الحياة مثمرة معطاء وتكون أهم علاقاتك سليمة ومزدهرة وعكس ذلك هو أن تصبح حياتك أشبه بحلزون هابط وهذا هو ما يحدث عندما تبدأ الأمور في الخروج عن نصابها ويفلت زمامها من بين يديك وتفتقر إلى التواصل وتتزايد الضغوط والقلق وتصبح الحياة صراعا مستمرا وفي غضون ذلك تتأثر علاقاتك بصورة سلبية إلى حد كبير والطبيعة تعطينا صورا رائعة لهذه الحلزونات ويعتبر الإعصار القمعي مثالا قويا على ذلك فهذه الأقماع الهوائية الداكنة التي تكون هذا الإعصار تهبط لولبيا من السماء ضاربة الأرض مكتسحة في طريقها ما يقابلها تاركة وراءها كما هائلا من الدمار وقد قدم لنا مايكل كريتشتون وستيفن سبيلبر في فيلمهم الرائع الإعصار تويستر نظرة عن قرب لهذه الحلزونات الهوائية المرعبة ولما تحتوي عليه من طاقة تدميرية هائلة وهناك مثال آخر على الحلزونات الهابطة ألا وهو الدوامة المائية فالمياه لا تبدو خطيرة جدا عند الحافة الخارجية للدوام ولكن إذا لم تكن مدركا للقوة الجبارة الموجودة في مركزها فمن الممكن أن تجرك إلى أسفل بسرعة شديدة فهم الحلزون الهابط أو السقوط التدريجي والآن دعنا نرقي نظرة على الكيفية التي يظهر بها الحلزون الهابط في الحياة الواقعية وحتى تدرك بوضوح التأثير المحتمل لهذا الأمر على علاقاتك الحالية والمستقبلية فكر في إحدى العلاقات التي كنت طرفا فيها ولم يكتب لها النجاح والاستمرار أنت بحاجة هنا إلى أن تسترجع في ذهنك التسلسل الخاص بكافة الخطوات التي تسببت في انهيار هذه العلاقة تخيل بوضوح كل ما حدث عد إلى الماضي إلى أبعد حد يمكنك وحاول أن تعيش أحداثه مرة ثانية في خيالك ما أول شيء حدث؟ وما الذي حدث بعده؟ ثم ماذا حدث بعد ذلك أيضا؟ ولكي تدرك الأثر الكامل لهذا الأمر تأكد من أن تقوم بإكمال خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل إن تسجيل كل خطوة مستقلة ارتلطت بعلاقة ما آلت إلى الفشل بشرط أن تقوم بتسجيل كل تلك الخطوات من بدايتها إلى نهايتها سوف يساعدك على فهم النمط الذي تسير عليه الأشياء على سبيل المثال فقد يحدث بعد فترة من الزواج أن يصبح الزوج أنانيا ويتوقف عن تقديم أي مساعدة لزوجته في المنزل كما كان يحدث من قبل فهو قد أصبح يقضي وقتا أطول في عمله إذ إنه يذهب إلى عمله في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الأطفال من نومهم ويرجع إلى المنزل في وقت متأخر في المساء وقد أصبح التواصل والحوار بينه وبين زوجته مقصورا على المسائل المرتبطة بالعمل والموارد المالية للأسرة وربما تكون مصادر دخل الأسرة محدودة وليس هناك ما يكفي لسداد قصة المنزل والسيارة ومصاريف دروس الرقص التي يأخذها الأطفال وكذلك لسداد فواتير طبيب الأسنان وبصورة تدريجية تسداد حتة التوتر بين الزوجين ويكثر ما ينشب بينهما من خلافات ويلقي كل منهما باللوم على الآخر ويحمله تبعة ما آلت إليه الأمور الآن الحلزون الهابط يكتسب القوة الدافعة تماما كما لو كان الإنسان يجر ويسحب بشدة نحو مركز الدوامة المائية وربما يلتمس أحدهما أو كلاهما العزاء أو السلوان عما يعانيه من ظروف صعبة وقد يحدث في أسوأ الظروف أن يوقع كل منهما بالآخر الأذى والضرر جسديا ونفسيا عند هذا الحد تكون العلاقة قد فقدت كل عوامل الصمود ومقومات البقاء وتقطعت كل أواصرها وهنا يكون الحلزون الهابط قد وصل إلى آخر نقطة فيه أو بمعنى آخر فإن رحلة الفشل أو الهبوط لهذه العلاقة تكون قد بلغت النهاية فينفصل الزوجان غالبا وينتهي الأمر بالطلاق وتضاف أسرة أخرى إلى قائمة الأسر المتهدمة أو المفككة هذا البند الإحصائي الذي يبدو أنه يتزايد كل عام وعندما تفكر مليا وباهتمام في الأسباب التي تؤدي إلى انهيار العلاقات فإنه يمكنك أن تتخذ الخطوات اللازمة لرأب الصدع الذي يحدث فيها وحتى إذا كانت العلاقة التي أنت بصددها قد أصبح من المتعذر إنقاذها من الانهيار فإنك بما تقوم به من تفكير وتأمل سوف تصبح مستعدا بشكل أفضل للعلاقة القادمة وخادرا على أن تتخذ من التدابير ما يحول دون تكرار نفس النمط الذي حدث في العلاقة السابقة وأدى إلى فشلها وانهيارها ودائما ما يكون الإدراك هو الخطوة الأولى للتقدم بإمكانك أيضا أن تستخدم هذا الأسلوب الحلزوني أو المتدرج لمراجعة أهم علاقاتك في العمل وإليك هذا السيناريو الشائع إثنان من الأشخاص يشتركان سويا في تأسيس شركة إن لديهما فكرة رائعة لخصوص تقديم منتجا جديد أو خدمة جديدة ويخصصان لهذا المشروع الجديد المثير الكثير من الوقت والجهد والطاقة ولأنهما في غاية الانشغال من أجل تسيير الأمور وإنجاح هذا المشروع فلم يتم إعداد أو توقيع أي وثيقة قانونية رسمية خاصة بهذه الشركة فهما صديقان حميمان وهما يعتزمان المضي في هذا الأمر معا على طول الطريق كذلك فليس هناك توصيف واضح لوظيفة كل منهما يجعل الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من كل منهما محددة بدقة كما أنه ليس هناك فروقا محددة لتسوية المسائل المالية واغتسام أو مشاركة الأرباح والآن تعال لنلقي نظرة على هذه الصورة بعد بضع السنوات إن شركة أصبحت تكافح وتسير بخطة متعثرة وهذا لأن أحد الطرفين يريد السيطرة والتحكم في كل شيء ولا يسمح لشريكه باتخاذ أي قرارات دون إذن منه أو دون رجوع إليه أما عن الموارد المالية للشركة فقد أصبحت مقيدة ولا يمر أسبوعا واحدا دون أن يشهد وقوع مشادة أو نشوب مشاحنة بينهما بشأن الطريقة التي يتعين بها إنفاق إرادات الشركة فأحد الطرفين يميل إلى القيام بإعادة استثمار الأرباح في الشركة وبالتالي يتحقق لها النمو والازدهار بينما الطرف الآخر يتخذ موقفا مخالفا إذ إنه يريد الحصول على حصته من الأرباح أولا بأول وبصورة تدريجية فإن باقي أفراد طاقم العمل بالشركة يتم إقحامهم والزج بهم إلى الصراع ونتيجة لذلك ينقسم فريق العمل إلى معسكرين أو كتلتين مختلفتين في الأهداف والنيول ثم تتطور الأزمة ويطلب أحد الشركين أن يفض هذه الشركة ولأنه ليست هناك وثيقة رسمية قانونية خاصة بالشركة من الأصل فإنه لم يكن هناك شرطا يلزم الطرف الآخر بقبول فكرة فض الشركة وبالطبع فلم يكن هناك أي اتفاق بينهما يسهل حدوث أمرا كهذا ويسر كل طرف منهما على موقفه ويأبل إذعان لطلب الطرف الآخر وفي نهاية الأمر يقوم كل منهما بتأسيس فريقا قانونيا خاصا به وتظل المعركة دائرة بينهما وفي أغلب الأحوال يكون المستفيدون الوحيدون هم المحامون الذين يستولون على معظم أموال الطرفين كأتعاد المحامات وتنهار الشركة ويخرج علينا إثنان آخران بتصريح يقول الشراكة لا تنجح أبدا نعم إن الحلزون الهابط أو السقوط التدريجي من الممكن بصورة متساوية أيكون مدمرا في عالم الشركات إليك إرشادا مهما إذا كنت في الوقت الحالي بصدر الترتيب أو الإعداد لتأسيس شركة مع طرف أو أكثر أو كنت تفكر في القيام بشيء مماثل في المستقبل فعليك دائما أن تخطط أول ما تخطط استراتيجية الخروج من هذه الشركة قبل أن تتورط إلى حد بعيد أو تغرق فيها إلى أذنيك وتأكد أن تكون هذه الاستراتيجية موثقة كتابة واحذر الروابط العاطفية فالحقيقة التي لا تقبل أي نقاش التي تؤكد أن شريكك الجديد هو شخص طيب أو هو أعز أصدقائك ليست سببا كافيا تجعلك تنحي فكرة الاتفاق المكتوب جانبا أو تتغاض عنها إن الافتقار إلى القدرة على النظر في العواقب إلى جانبي عدم الإعداد الجيد للأمور هما ما يقومان بتدمير الشركات اليوم أكثر من أي شيء سواهما الآن وقد قمت بإلقاء نظرة عن قرب على الكيفية التي يمكن أن يظهر بها الحلزون الهاضط في حياتك فتعلم منه ولأننا جميعا أسرى للعادة إذ تحكمنا عادات ثابتة فهناك احتمال كبير أنك سوف تكرر نفس السلوك في علاقتك الهامة القادمة وهذا هو ما ينبغي عليك إدراكه حقا فهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لصحتك ومستواك المالي في المستقبل فإذا ما وجدت نفسك تنساق نحو نفس السقوط التدريجي فبادر على الفور بأخذ وقفة ذهنية مع نفسك اقطع السبيل على النمط المتكرري للسقوط وحاول اعتراضه بالفكر الواضح وقرر إجراء تعديلات إيجابية إن تغيير سلوكك هو السبيل الوحيد الذي يجعلك تحقق نتيجة مختلفة وطريقتك في ذلك هي أن تستخدم أسلوبا جديدا وهذا الأسلوب الجديد هو أن تستبدل الحلزون الهابط أو السقوط التدريجي الذي أوقعك في العديد من المشكلات بالحلزون الصاعد أو أسلوب النجاح التدريجي من أجل تكوين علاقات ممتازة فهم الحلزون الصاعد أو النجاح التدريجي دعنا نحلل الكيفية التي يعمل بها هذا الحلزون الصاعد وبالتالي يمكنك أن تجني ثماره بسرعة كرر العملية التي قمت بها في بداية الجزء السابق فيما عدا أنك في هذه المرة سوف تركز على إحدى علاقاتك التي قمت بشكل تدريجي بترسيخ دعائمها وتوطيبها وتوسيع مداها وإثرائها حتى تطورت وآتت ثمارها في النهاية بأن أصبحت علاقة صداقة رائعة مستمرة أو علاقة عمل ممتازة مع أحد الأشخاص عد بذاكرتك إلى الماضي واسترجع كافة الأشياء والتفاصيل الهامة التي حدثت منذ اللحظة التي قابلت فيها هذا الشخص حتى اكتمل النج علاقتكما إن معظم الأشخاص لا يقومون بذلك وبالتالي فإنك سوف تخظى بميزة هائلة في سوق العمل عندما تضع لنفسك مخططا أو أسلوبا محددا تستطيع مخاكاته مرات عديدة في المستقبل واعلم جيدا أن العلاقات القوية الفعالة تتضمن تحقيق نتائجا قوية فعالة كذلك إليك مثالا إيجابيا لمساعدتك يمتلك ديف شركة هندسية وهو يتلقى الأفكار من عملائه ويساعدهم على ابتكار منتجات جديدة والإبداع في التصميمات والبراعة والفعالية في العمل هي مجالات تميزة وقد اكتسب ديف هذه المهارات ولمع فيها في هضون الـ 22 عاما الماضية وقد تعلم على طول ذلك الطريق كيف يعامل الناس بطريقة لائقة وهو يمتلك قاعدة عريضة من العملاء المخلصين كما أنه يعطي اهتماما شديدا للأشياء البسيطة في تعاملاته مع العملاء مثل إرجاع المكالمات الهاتفية بشكل عاجل ومتابعة تنفيذ طلباتهم وعندما تقدم إليه ذات يوم عميل جديد بفكرة لتصنيع أحد المنتجات المطاطية الجديدة كان ديف سعيدا بتقديم المساعدة إليه كانت لدى هذا العميل الجديد الشاب رؤى وأفكار عظيمة كان يحلم بأن يمتلك منشأة تصنيع خاصة به تستطيع إمداد بعضا من أكثر المستخدمين لمنتجه الفريد في العالم قدم ديف خبرته إلى هذا الشاب وقام بإجراء تغييرات بسيطة في النموذج التجريبي للمنتج الجديد وقد جعلت هذه التحسينات المنتجة أقل تكلفة وأكثر جودة هذه الصلة الناشئة بين رجل الأعمال الشاب والمهندس المتمرس قد تطورت في غضون الأعوام القليلة التي تلت ذلك لتصبح صداقة رائعة مثمرة لكل الطرفين حيث ساعد كل منهم الآخر بطريقته الخاصة للوصول إلى مستويات إبداع وإنتاج أعلى وفي النهاية تحقق حلم رجل الأعمال الشاب ونجح بسبب رؤيته الواسعة وإصراره ومثابرته في إبرامي عدة عقود خاصة تقدر قيمتها بملايين الدولارات وقد ظل على طول الطريق على اتصال مع ديف التماسا للنصيحة والمشورة وكما ازدهرت أعماله ومشروعاته فإن نفس الشيء قد حدث مع ديف وفي أحد الأيام وبينما كان رجل الأعمال الشاب يتأمل ذلك الذي حققه من نجاح مذهل قام بإجراء مكالمة هاتفية مع ديف كان من شأنها إثراء تلك العلاقة المتميزة وتدعيم أواصر صداقتهما بصورة أكبر وكان هذا الشاب قد قرر أن يخصص نسبة ثابتة من كل ما يحصل عليه من أرباح في المستقبل ويعطيها إلى ديف كانت هذه هي الطريقة التي اختارها ليقول لديف شكرا على إيمانك وثقتك بي وبفكرتي وعلى مساعدتك لي على البدء وعلى وقوفك إلى جواري ومساندتي في الأوقات العصيبة إن كل العلاقات الممتازة لا بد لها من نقطة بداية في الغالب لا تكون المعاملات الأولى جديرة بأن تذكر ومع ذلك فإنه سرعان ما يلمو بداخلك شعورا طيب تجاه الطرف الآخر ربما بسبب أمانته أو حماسته أو مواقفه الإيجابية أو فقط لمجرد أنه يفعل ما يقول إنه سوف يفعل ثم تتطور هذه العلاقة وتعمل كل خطوة جديدة على تقوية أواصرها جاعلة منها علاقة أكثر وأكثر خصوصية وتميز هل تسوع بالصورة الآن؟ إنك عندما تسترجع بالتفصيل كيف قمت بتكوين أفضل علاقاتك فإن ذلك يزودك بأسلوب فريد لتكوين علاقات أكثر وأفضل في المستقبل إن معرفة ما يفلح وما لا يفلح من الأساليب سوف يساعدك على تجنب الأخطاء الفادحة التي تفسح المجال للفشل أو الانهيار التدريجي للعلاقات والأخبار الجيدة هي أنه من الممكن أن تقوم بتطبيق هذا الأسلوب المتعلق بتكوين علاقات ممتازة في أي من مجالات الحياة الأخرى فهو يعمل بنجاح في مجال العلاقات الشخصية والأسرية وكذلك في مجال الصلاة المهنية والعملية تعود على أن تسترجع وتتذكر باستمرار ما صادفته من نجاحات وإخفاقات على صعيد علاقاتك بالآخرين واستخدم تلك التجارب لتحميك من الفشل في أي علاقة قادمة وتكون لك هاديا ومرشدا نحو عالم إيجابي حافل بالعلاقات الجميلة والمتميزة بحق قل لا للأشخاص الهدامين الذين يسممون أفكارك قبل أن نتابع حديثنا انتبه من فضلك إلى هذه النصيحة الهامة تجنب الأشخاص الهدامين الذين يسممون أفكارك فهناك للأسف بعض الأشخاص ينظرون إلى هذا العالم بمنظار أسود ويرونه كما لو كان مشكلة كبيرة أنت جزءا منها من وجهة نظرهم ومن المؤكد أنك تعرف أشخاصا من هذه النوعية فمهما كانت الأمور تسير بشكل طيب فإنهم يتصيدون الأخطاء للآخرين ولا يركزون إلا على التفاصيل السلبية الصغيرة والنقاط غير الهامة وهم يفعلون ذلك بصورة مستمرة وهذه العادة تعد واحدة من العادات التي من شأنها أن تدمر العلاقات بين الأشخاص وتقضي عليها تماما إن إشارات سلبية بسيطة أو تلميحات سيئة عابرة تصدر عن هؤلاء من الممكن أن تمحوا إلى الأبد تلك الابتسامة التي تعل وجهك هؤلاء الأشخاص يشكلون نوعا من الخطر على صحتك ولذلك فأنت بحاجة إلى حاسة قوية تجعلك تستشعر أمثال هؤلاء وتتعرف عليهم حتى تبقيهم خارج حدودك في كل الأوقات قد تفكر في هذه النقطة قائلا ما أسهل القول وما أصعب الفعل هل تعني أنه إذا كان صديقي الذي أعرفه منذ سنوات طويلة دائم الشكوى والتذمر من وظيفته ومن مدى سوء الأحوال المالية ومن أن أحدا لا ينبغي مساعدته فإن علي أن أشيح بوجهي عنه وأن صرف إلى حال سبيلي مع كل هذا الذي أتحدث عنه نعم اتركه وامضي إلى حال سبيلك بأسرع ما يمكنك وإلى أبعد مكان عنه إن سلبيته الدائمة وتشاؤمه المستمر سوف يستنزفان ما بداخلك من حيوية ونشاط وتفاول إن ما يجب أن تفهمه جيدا هو أننا هنا لسنا بصدد الحديث عن شخص ما يواجه تحديا حقيقيا ويحتاج حقا إلى المساعدة ولكننا نشير إلى هؤلاء الشكائين البكائين بصفة مستمرة الذين يتلذذون بإفراغ كل ما بداخلهم من سلبية وتشاؤم على مسامع الآخرين مع كل فرصة تواتيهم للقيام بذلك وهم يخبرونك كذلك بسخرية شديدة وتشاؤم بالد أنك لن تستطيع القيام بهذا الشيء أو ذاك وخصوصا عندما تكون لديك فكرة رائعة حقا إنهم كما أشرنا يجدون متعتهم في الإطاحة بما لديك من طاقات إيجابية فهذا هو أروع انتصار يمكن أن يحققوه في يومهم فلا تصبر على أمثال هؤلاء ولا يتسع صدرك لهم بعد الآن إن القوة الحقيقية تكمن في إدراكك الجيد لهذه العبارة إن الخيار هو خيارك دائما فبإمكانك أن تختار نمط الأشخاص الذين تريد أن يكون لهم وجودا في حياتك وبإمكانك أيضا أن تختار ما إذا كنت ستلاحق ما يظهر أمامك من فرص جديدة أو لا ربما تكون بحاجة فقط إلى أخذ بعض الخيارات الأفضل ويكون الأمر على هذا القدر من البساطة فإذا كان ذلك يعني أن عليك أن تخرج بعض الأشخاص من محيط حياتك فليكن فأنت سوف تستطيع التغلب على هذا الأمر وفي الواقع إن عليك أن تبقي نظرة عن قرب على علاقاتك الحالية بالآخرين فإذا وجدت من بينهم من يجرك إلى أسفل طوال الوقت فاتخذ قرارك فورا بأن تخرجه من حياتك ثم انضي بعد ذلك قدما يروي لنا جاك من الأشياء الأولى التي اقترح علي دابليو كليمنت ستون ناصح المخلص ومثل الأعلى في النجاح فعلها هو أن أقوم بإعداد قائمة بأسماء أصدقائي ثم طلب مني بعد ذلك أن أضع الحرف باء إلى جانب اسم كل شخص يستحق أن أطلق عليه لقب بنات وهؤلاء هم الأشخاص الذين ساندوني ووقفوا إلى جواري وقاموا بتشجيعي حتى أصبح شخصا داشاء هم هؤلاء الأشخاص الذين كانوا دوما إيجابيين ومتفائلين وكانوا دوما موجهين نحو حل المشاكل لا إلى تجاهلها أو الهروب منها كما كانوا يتمنون دائما مبدأ أن باستطاعة الإنسان القيام بكل ما هو مطلوب منه من مهام ثم طلب مني بعد ذلك أن أضع الحرف ها إلى جانب اسم كل شخص يستحق أن أطلق عليه لقب هدام وهؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا دائما سلبيين وشكائين وبكائين والذين كانوا يدمرون الآخرين ويقضون على أحلامهم وكانوا ينظرون دائما إلى الحياة بمنظر أسود فهم متشائمون باستمرار ولا يرون من الكوب إلا نصفه الفارغ فقط ثم طلب مني أن أتوقف عن قضاء أي وقت مع الأشخاص الذين تم وضع الحرف ها إلى جانب أسمائهم إن أحد الدروس التي يتعين عليك أن تتعلمها هو أن تحيط نفسك بأشخاص إيجابيين لقد تعلمت من كلمنت ستون أن الإنسان من الممكن أن يصبح مثل هؤلاء الذين يخالطهم ويتعامل معهم فإذا كنت تريد أن تكون ناجحا فإنه يجب عليك أن تخالط أشخاص ناجحين الأسئلة الثلاثة الحاسمة الآن وبعد أن أصبحت لديك الفرصة لإدراك السر وراء نجاحاتك وإخفاقاتك على صعيد علاقاتك بالآخرين وكذلك لتخرج الأشخاص السلبيين من محيط حياتك إليك استراتيجية رائعة أخرى سوف تفيدك بشكل هائل وهي يطلق عليها استراتيجية الأسئلة الثلاثة الحاسمة ويعد وورين بافت أحد الأشخاص البارزين في مجال المال والأعمال كما يعد أشهر المستثمرين وأكثرهم نجاحا في العالم اليوم وقد نمت شركته من مجرد شركة صغيرة تتعامل مع قليل من العملاء وتمتلك أموالا وممتلكات متواضعة لتصبح منشأة تجارية ضخمة يصل حجم تعاملاتها إلى بلعين الدولارات ويشتهر وورين بافت بالتحليد الدقيق للأمور وباستغلاله لفرص الاستثمار بعيد المدى وهو ندر ما يقوم ببيع أسهمه بعد القيام بأي استثمار وتتضمن استعداداته المكثفة القيام بتحليل شامل للأرقام وخصوصا فيما يتعلق بالميزانية العمومية للشركة فإذا جاءت هذه الأرقام مناسبة لتوقعاته ونالت رضا فإنه يقضي وقتا طويلا في مقابلة الأشخاص الأساسيين في مؤسسته كالمديرين والرؤساء للوصول إلى معرفة الطريقة التي يديرون بها العمل وهو يلاحظ فلسفتهم في الإدارة والطريقة التي يعاملون بها المرؤوسين والمواردين والعملاء وعندما يكتمل له ذلك فإنه يسأل نفسه أسئلة ثلاث فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص الأساسيين فإذا كانت الإجابة على أي من هذه الأسئلة بالنفي فإنه ينهي تعاقده أو علاقته بهذا الشخص دون معتبار لما يحافقه من نتائج طيبة بالنظر إلى الأرقام والحسابات أو لأي نمو محتمل يمكن أن يحدثه هذا هذه الأسئلة الثلاثة البسيطة والفعالة في نفس الوقت هي الأساس الذي تقوم عليه كافة علاقات وورين بوفيت بالآخرين فاجعلها أساسا لك كذلك فإنها سوف تحدد بشكل أساسي مدى ما ستصبح عليه من ثراء وقبل بضع سنوات كان وورين بوفيت أثرى رجل في الولايات المتحدة ولكنه قد تخلى عن هذا اللقب إلى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذين الشخصين الناجحين بصورة غيرها عادية هما صديقان حميمان على الرغم من فارق السن بينهما إن نوعية الأشخاص المحيطين بك لها وزنها الظاهر وأثرها الملحوظ فيما تحققه من نجاح لذا ففي المرة القادمة التي تكون فيها على وشك الدخول في علاقة عمل أو علاقة شخصية هامة مع أشخاص لا تعرفهم معرفة وثيقة قم أولا بما يجب عليك فعله ابحث في تعاملاتهم عن إشارات تكشف بوضوح عما قد يكون لديهم من أمانة وصدق وخبرة راقب الطريقة التي يعاملون بها الآخرين إن التفاصيل الصغيرة سوف تزودك بأفكار ورؤى في غاية الأهمية على سبيل المثال هل هم متادون على قول من فضلك وشكرا خصوصا في تعاملاتهم مع الأشخاص الذين يعملون في وظائف خدمية كالسعاة والخدم والسائقين هل يعاملون الآخرين ببساطة وتواضع أم أن بهم حاجة دائمة للتأثير على الآخرين والضغط عليهم وإخطاعهم امنح نفسك الوقت الكافي حتى تستوعب سلوكهم ككل وذلك قبل أن ترتبط معهم بأي التزام وارجع دائما إلى الأسئلة الثلاثة الحاسمة التي أشارنا إليها انتبه إلى ما يخبرك به حدثك فسوف يرشدك ذلك الشعور الداخلي لا تدع قلبك يسيطر على عقلك إننا غالبا ما نتخذ قرارات سيئة عندما نصغي إلى مشاعرنا ونحتكم إلى عواطفنا امنح نفسك وقتا للتفكير قبل أن تقدم على تكوين أي علاقة وفكر في هذا الأمر بطريقة مختلفة ما الذي يجبلك على أن تختار تكوين علاقات مع أشخاص لا تثق بهم أو لا تكن لهم الاحترام أو لا تحبهم إن المضي قدما نحو تكوين علاقة ما بينما تخبرك غريزتك بأن لا تفعل ذلك يعد تصرفا يؤدي بك إلى الإحباط وخيبة الأمل أو حتى إلى كارثة إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الناجحين تستطيع أن تستمتع بقضاء وقتك القيم معهم وسواء كان الأمر يتعلق بالزواج أو باختيار شريكا في العمل أو بتوظيف فريقا للمبيعات في شركتك فإن اختيار الأشخاص المناسبين مسألة هامة للغاية لصحتك وثروتك في المستقبل فاختر بدقة وعناية العملاء الأساسيون والفوز المتبابل الخطوط التالية نحو اكتساب عادة تكوين علاقات ممتازة هي أن تتعلم أن تثري أكثر علاقاتك قيمة وأهمية وذلك بأن تهيئ المناخ المناسب الذي تستطيع فيه أنت والطرف الآخر في أي علاقة تحقيق الفوز وهذا هو ما نسميه بموقف فائز فائز وقد كتب وقيل الكثير عن فلسفة موقف فائز فائز غير أننا نرى من واقع خبرتنا أن معظم ما كتب وقيل عن تلك الفلسفة هو مجرد أحاديثا سطحية إن موقف فائز فائز هو بشكل أساسي فلسفة الطريقة التي تعيش بها حياتك وفي مجال العمل فإن موقف فائز فائز يعني أن يكون لديك اهتماما حقيقي بالطرف الآخر بمعنى أن تهتم بأن يحقق من المكاسب مثل ما تحققه أنت سواء كان الأمر يختص بصفقة أو بعقد توظيف أو بمفاوضة أو بعلاقة استراتيجية ومن المؤسف أن موقف الكثيرين من الأشخاص في مجال العمل يتجه نحو فكرة الخروج من كل تعامل بأقصى مكاسب ممكنة وهذه التكتيكات التي يطبقها هؤلاء في مجال العمل والتي نطلق عليها تكتيكات حرب العصابات تؤدي إلى شيوع جو من إنعدام الثقة والتشاؤم والاتقاد في هيمنة المصالح الذاتية وجعل أخلاقيات العمل موضع شك وكذلك إلى ازدياد حدة القلق في سوق العمل وإذا اعتبرنا أن الطرف الأول في مثل هذه العلاقات هو من يمارس هذه التكتيكات فالنتيجة في هذه الحالة هي موقف فائز خاسر ومن ناحية أخرى فإن موقف فائز فائز لا يعني أن تمنح الطرف الآخر كل الامتيازات والمكاسب في كل مرة تقوم فيها بعقد صفقة معه فهذا هو موقف خاسر فائز الذي يحصل فيه الطرف الثاني على الكثير جدا مقارنة بما يحصل عليه الطرف الأول الذي سوف يخرج صفر اليدين في نهاية الأمر كذلك فهناك موقف آخر يطلق عليه موقف خاسر خاسر وهو ما يحدث عندما يكون الطرفان في غاية العناد والأنانية لدرجة تحول دون التوصل إلى حل بديع يرضيهما سويا وتعد مفاوضات العقود التي تجري بين إدارات المؤسسات والنقابات مثالا شائعا على هذا الموقف وعندما تصل المفاوضات في مثل هذه الحالات إلى طريق مزدود ويصبح من المتعذر التوصل إلى حل مرضي للطرفين فقد تكون نتيجة ذلك اضطرابا يستمر طويلا والكل خاسر معه في حقيقة الأمر وفي حياتك الشخصية فإن موقف فائز فائز هو الأساس لعلاقات جميلة ودافئة هو هذا الزوج الذي يريد تحقيق الفوز لزوجته وأسرته فهو على استعداد للقيام بدور مساو لما تقوم به زوجته من واجبات منزلية ولمساعدة الأبناء فيما يكلفون به من أنشطة دراسية زائدة خصوصا عندما تكون زوجته تعمله الأخرى في وظيفة بدوام كامل وهو هذه الزوجة التي تقدم لزوجها المساندة الحقيقية في الوقت الذي يكافح فيه هو لتأسيس مشروعا جديدا أو ليمتهي المهنة جديدة كما أنها على استعداد لقبول بعض التضحيات على طول الطريق إن موقف فائز فائز هو أن تقدم لمجتمعك كل ما تستطيع تقديمه فتكون مثلا جارا رائعا وتكون أقل أنانية وحتى يعمل موقف فائز فائز بنجاح حقا فإنه يجب عليك أن تمارسه كل يوم وهذا أمر يقتضي وقتا كما أنه يمثل تحديا بالنسبة لك لكي تعاهد نفسك بجدية على تكوين تلك العلاقات الهامة والآن دعنا نلقي نظرة على عنصر حاسم آخر يتعلق بنمو عملك وازدهاره هذا العنصر هو تكوين علاقات ممتازة مع عملائك الأساسيين وعملائك الأساسيون هم الأشخاص الذين يمثلون الجانب الأكثر أهمية من تعاملاتك ككل فهم يشترون منك بصورة مستمرة ثابتة ويعدون مصدرا رئيسيا من مصادر دخلك وهم كذلك يجدون السرور في تزويدك بترشيحات ممتازة تتعلق بأعمال أو مشروعات تجارية جديدة وذلك لأنهم يحبون بحق ما تقدمهم من منتجات وخدمات ومما يدعو إلى الدهشة أن الكثيرين من الأشخاص اليوم لا يعرفون حتى من هم عملائهم الأساسيون إن العملاء الأساسيين هم سبيلك وجواز سفرك إلى النمو المستقبلي ولكن للأسف هذه العلاقات الهامة غالبا ما يستخف بها الأشخاص ولا يقدرونها حق تقديرها إن موقفهم تجاه العميل الثابت هو إنه دائما يطلب ألفي منتج شهريا نحن بحاجة إلى التركيز على أعمال جديدة وهذا موقف مغلوط تماما إذا كانت المشروعات الجديدة مهمة فالأكثر أهمية هو أن تبقى على اتصال مع أفضل عملائك الحاليين فالعثور على عملاء جدد أصعب بكثير من الحفاظ على عملائك الحاليين وخدمتهم كذلك كن مدركا للوقت الذي تقضيه مع الأشخاص الذين تعتبرهم عملاء هامشيين وكلمة هامشيين تستحق أن نقف عندها فهي تعني أنهم عملاء سطحيون أو غير مهمين أو لا يستحقون الذكر وهناك عبارة أخرى نصف بها هؤلاء العملاء وهي أنهم عملاء يمكن الاستغناء عنهم فهل لديك أي عملاء هامشيين في محيط أعمالك؟ فإليك طريقة تستطيع بها اكتشافهم إنهم عادة هؤلاء الذين يأخذون الكثير من وقتك وطاقتك ويعطونك في المقابل القليل جدا من المكاسب أو الفوائد على مستوى العمل وأحيانا لا تجني من ورائهم أي شيء على الإطلاق ولكنهم على الرغم من ذلك سوف يسألونك عن كل صغيرة وكبيرة وسيمثلون ضغطا لا حد له على وقتك بالطبع فأنت ربما لا ترغب في أن ترفض أي فرصة عمل تطرق بابك ولكن ما الداعي لإهدار وقتك وطاقتك في شيء سيعود عليك بنتائج محدودة إن بعض الصفقات ببساطة لا تستحق ذلك الجهد الذي يبذل في سبيلها دعنا نعاود الحديث عن عملائك الأساسيين فهناك عنصر هام تحتاج إلى إدراكه بشأن هؤلاء الأشخاص وهو أن فقدهم لا يفيدك أبدا إن السؤال المهم الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو كم من الوقت تقضيه حقيقة مع أهم عملائك الأساسيين وهذا أمر يستحق الدراسة وتشير أبحاثنا في هذا الموضوع إلى أن العملاء الأساسيين لا يخصص لهم إلا قدرا ضئيلا جدا من الوقت وبناء على ذلك فإن العلاقات التي تنشأ معهم لا تنضج أبدا ولا تتطور لتصل إلى أقصى درجة يمكنها الوصول إليها وتكون المحصلة النهائية لذلك هي أن أموالا كثيرة يتم تبديلها الآن وقد أصبحت تعرف من هم الأشخاص المهمون حقا بالنسبة لك فإن عليك أن تنتبه إليهم بصورة أكبر إن ثمار ذلك على المدى البعيد تستحق بجدارة ذلك الجهد الذي تبذله في سبيلها على سبيل المثال فإن أعمالك ومشروعاتك سوف يتحقق لها النمو كما أنك سوف تقلل من احتمال أن تفقد أي من خيرة عملائك هؤلاء ليظفر بهم منافسوك إليك هذا المثال الذي نقدمه لك من واقع الحياة العملية تعمل لوري جورير مديرة للمبيعات الوطنية لصالحي مؤسسة ناجحة هي مؤسسة Companies Coming وهي مؤسسة متخصصة في بيع كتب فن الطهي وقد بعت هذه المؤسسة حتى الآن 14 مليون كتاب وأحد عملاء لوري الأساسيين يقدم كل عام طلبا بشراء كتبا بما يساوي مليون دولار ومن أجل خدمة هذا العميل فإن لوري ومندوب الحسابات التي يعمل معها يقومان بمقابلته مرة واحدة على الأقل كل عام وفي إحدى ورش العمل الخاصة بالتدريب التي نقوم بإدارتها قمنا بوضع لوري أمام تحدي مفاده أن تقوم بتطوير علاقة مؤسستها بهذا العميل لتصل هذه العلاقة إلى مستوى جديد قبلت لوري ذلك التحدي ومن ثم قامت بجمع أفراد فريق العمل الخاص بها والتابع للمؤسسة وعقدت معهم جلسة خاصة لتبادل الآراء والأفكار استغرقت خمس ساعات كان الغرض الوحيد من هذا الاجتماع هو التوصل إلى أفكار تعود بالنفع والفائد على هذا العميل جعلت لوري عرضها التقديمي الذي تلى ذلك والخاص بهذا العميل متضمنا عددا كبيرا من تلك الأفكار الجديدة التي تم التوصل إليها في اجتماعها مع أفراد فريقها ومن أجل إثراء علاقة المؤسسة بالعميل بصورة أكبر قضت لوري وقتا أطول معه حرصت خلاله على أن تتجاذب معه أطراف الحديث بصورة ودية في بعض الأمور الاجتماعية والعامة وكانت قبل ذلك تسرع عائدة إلى مكتبها فور الانتهاء من الحديث في العمل فماذا كانت نتيجة ذلك؟ كانت النتيجة أن قدم هذا العميل طلبا بشراء عددا من الكتب يزيد عن ما اعتاد شراءه بنسبة 20% والأكثر أهمية من ذلك هو أن علاقة المؤسسة بالعميل قد ارتقت إلى مستوى جديد من التقدير والثقة المتبادلة الأمر الذي يضمن لها الاستمرارية ويضمن للطرفين فوزا متبادلا إن علاقة كهذه أكثر من أي شيء آخر سوف تجعل المؤسسة تنجح في الاحتفاظ بعميلها وحرمان منافسيها المتربسين من الظفر به والآن دعنا نلقي نظرة على أكثر علاقاتك الشخصية أهمية وهذه تتضمن علاقاتك بأفراد أسرتك وأصدقائك والأشخاص الذين تلتمس لديهم النصيحة وأي شخص آخر يحتل مكانة متميزة في حياتك بعيدا عن دنيا الأعمال وللمرة الثانية فكر بدقة وعناية من من الأشخاص تؤهله صفاته وتجعله يستحق أن يكون أحد من تتضمنهم هذه القائمة الفريدة التي تضم أصفيائك ثم قم بسرد أسماء هؤلاء في تلك القائمة وإذا سمعت بداخلك صوتا يحاول أن يثنيك عن القيام بهذا التمرين فأسكت هذا الصوت إن التأجيل هو عدوك الأكبر فلا تؤجل كلما من شأنه أن يصنع مستقبلا أفضل لك قم بتنفيذ كل خطوة من خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل بمجرد أن تنتهي من قراءته وتذكر أن هذا كتابا عملي وأنه مع الانتهاء من قراءته سوف تكون قد اكتسبت بالفعل عددا كبيرا من العادات الجديدة المثيرة وبدأت في ممارستها وسوف تصبح حياتك أكثر ثراءا وإرضاءا بشكل هائي قم بإلقاء نظرة دقيقة على هذه القائمة التي تضم أصفيائك قم بمراجعة مقدار الوقت الذي تقضيه معهم هل هو وقت كاف هل تقضي معهم وقتا طويلا تستمتع به أم أنك لا تمنحهم إلا ثواني قليلة فقط عبر الهاتف مع من غيرهم تقضي وقتك الخاص هل ترى أن هؤلاء الآخرين يسلبون منك وقتا كان من الأفضل أن تقضيه في العمل على تطوير علاقاتك مع أصفيائك وإذا جاءت إجابتك بالإثبات على هذا السؤال الأخير فما الذي سوف تفعله حيال هذا الأمر ربما يكون هذا الوقت المناسب الذي تقول فيه لا لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتشتيت انتباهك كل يوم إن هؤلاء الأشخاص ليسوا ضمن القائمة التي تضم أهم الأشخاص في حياتك فلماذا إذن يسلبون وقتك من الآن فصاعدا قم بحماية وقت أسرتك ووقتك الخاص كن مهذبا ولكن بحزن أشرنا بإيجاز إلى موقفي فائز فائز على اعتبار أن له صلة وثيقة بالأشخاص الموجودين في حياتك ومن المهم أن تفهم جيدا ما يعنيه هذا ويعطينا المؤلف الشهير ستيفن كوفي تشبيها جيدا يساعدنا على فهم هذا الموضوع فهو يقول إنه يجب عليك أن تنظر إلى أكثر علاقاتك أهمية كما لو كانت حسابا مصرفيا وهو يشبه ما تودعه في حسابك المصرفي من ودائع بما تقدمه من إسهامات للأشخاص الذين تربطك بهم هذه العلاقات فكلما زادت إسهاماتك أصبحت هذه العلاقات أكثر قوة وأصبحت أنت في نفس الوقت أكثر قيمة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والمألوف أن المال وحده هو ما تقوم بيدعه في البنك ولكن فيما يتعلق ببنك العلاقات الحميمة إنجاز التعبير فإنه يمكنك أن توضع مجموعة متنوعة من الودائع أو بعبارة أخرى أن تقدم إسهامات مختلفة للآخرين مثلا بالنسبة لعملائك الأساسيين في مجال العمل ربما يمكنك أن تقدم لهم خدمات متميزة وكذلك كل تلك الأشياء الإضافية الصغيرة والممتازة التي تميزك عن غيرك وتجعل منك شخصا فريدا وهذه الأشياء الصغيرة قد تتضمن مثلا يستحابهم في نزهة للعب الغولف أو دعوتهم إلى العشاء أو إلى رحلات خاصة وهناك ودائع أو إسهامات جيدة أخرى تتضمن مثلا تخصيص جانبا من وقتك تقضيه مع هؤلاء العملاء الأساسيين لتقدم لهم بعض الأفكار أو الآراء المتعلقة بالعمل وكذلك تقضي النصيحة إليهم بخصوص كيفية معالجة تحديات معينة ربما يمكنك أيضا أن تقدم لهم باستمرار ترشيحات جيدة لتوسيع أعمالهم وأحيانا يكون الإسهام أن ترشدهم إلى كتاب رائع أو ترسل إليهم مقالة عن هواياتهم أو وسائل تسليتهم المفضلة من الممكن أيضا أن تصلهم بأشخاص يقدمون خدمة أو منتجا متميزا وكلما زاد ما تعرفه عن الأشخاص الذين تضمهم قائمة عملائك الأساسيين أو قائمة أصفيائك أو خلصائك استطعت مساعدتهم بشكل أكبر إن الروحة الحقيقية لموقف فائز فائز يعني أن تقدم هذه الإسهامات لهؤلاء الأشخاص بشكل غير مشروط بعبارة أخرى ألا تعطي لتحصل على شيء في المقابل ولكن فقط لتشعر بلذة العطاء وإذا لم يكن لديك بالفعل ملف معلومات عن كل شخص من عملائك الأساسيين أو عن كل شخص تربطك به علاقة حميمة فقم بعمل هذا الملف حاول أن تعرف كل شيء تستطيع معرفته عن هؤلاء الأشخاص بما في ذلك ما يحبونه وما يكرهونه من الأشياء مطاعمهم المفضلة أعياد ميلادهم أي ذكرى سنوية خاصة بهم هواياتهم أو رياضاتهم أو وسائل تسليتهم المفضلة أو أسماء أطفالهم إلى غير ذلك من المعلومات عنهم ويطلق هارفي مكاي الخبير في مجال الأعمال وصاحب شركة مكاي أنفيلوب كوربوريشن بولاية منيسوتا على ملف المعلومات الذي لديه اسم مكاي 66 وذلك لأن هناك 66 سؤالا يقوم أفراد فارق المبيعات في شركته بطرحها على كل عميل هام للحصول على معلومات شاملة ووافية عنه إن معظم الأشخاص لا يحتفظون بملفات كهذا وذلك لأنهم لا يتعاملون مع موقف فائز فائز بجدية حقيقية إن تكوين علاقات ناجحة بشكل كبير أمرا يتطلب قدرا كبيرا من الوقت والجه مما يعني أنه سيكون مطلوبا منك في أغلب الأحيان أن تبدل قصارى ما تستطيعه للوصول إلى ما تريده في هذا الصدد وبصورة تدريجية تصبح طريقة العيش هذه التي تجعل موقف فائز فائز شعارا لها هي سلوكك المعتاد الجديد وتجد نفسك تقوم بفعله بدون تفكير وعندما يصبح هذا السلوك حقا جزءا لا يتجزأ من حياتك اليومية فسوف تجد الكثير والكثير من الفرص واقف ببابك كما لم يحدث من قبل أبدا وسوف تصبح حياتك أكثر ثراءا على جميع المستويات وليس من الناحية المالية فقط يروي لنا لس إليكم هذه الحكاية الطريفة التي تتعلق بمبدأ فائز فائز وهي تدور حول اثنين من العمال الأيرلنديين هما بيك باري ووي جيمي فاز لتوهم بالجائزة الكبرى في إحدى المسابقات وأصبح من الأثرياء إذ فاز كل منهما بمبلغ خمسة ملايين دولار وبعد أن قام كل منهما بصرف المبلغ المخصص له قرر في اليوم التالي أن يحتفل بهذه المناسبة وكان شديد لهفة على ذلك فأخذ يجباني بتمهل في الشوارع والطرقات إلى أن وصل إلى وسط المدينة وكان لا يزالان في غاية الدهشة لما أصابهما من حظ طيب عندما وقعت عينهما على أحد مطاعم السمك فقال بيك بادي إنني أتدور جوعا هلما لنتناول وجبة من السمك المقلي والبطاطس المقلية مع شراب مرطب لذا فقد دلف إلى المطعم كان بيك بادي يضع فوق رأسه قبعته الخضراء المضحكة بينما كان وي جيمي لا يزال يرتدي حذاء العمل الأسود المصنوع من المطاط كان مظهرهما لا يوحي أبدا أنهما من أصحاب الملايين وقد قام بيك بادي بدفع حساب الوجبتين بعد أن استمتع بهما حتى آخر قدمة وبعد أن سد جوعهما استهنف السير إلى أن مر بعد دقائق قليلة على معرض لسيارات الرولز رويز فجحظت عينا وي جيمي عندما رأى تلك السيارات الفارهة وقال لصاحبه هامسا لطالما حلمت بأن أمتلك إحدى سيارات الرولز رويز فأجابه بيك بادي ضاحكا دعنا نلقي نظرة وقام بفتح باب المعرض سامحا لصديقه الذي يعرفه منذ وقت طويل بالدخول قبلا وعندما دخل المعرض تعلق بصر وي جيمي بسيارة جميلة ذات لون فضي رمادي تومض بريقا ولمعانا من مقدمتها إلى مؤخرتها صاح وي جيمي قائلا بادي ألا تحب أن تمتلك سيارة كهذه؟ فأجاب بادي قائلا سيكون ذلك أمرا رائعا وعلى الفور التفت وي جيمي إلى مدير المبيع الذي كان يرتدي حلة أنيقة وسأل سيدي كم يبلغ ثمن هذه السيارة الجميلة؟ كانت الإجابة تشتمل على عدد مكون من ستة أرقام غير أن ذلك لم يثني وي جيمي عن عزمه أو يجعله يتردد ولو للحظة أجاب وي جيمي وعلى وجهه ابتسامة عريضة حسنا سوف أشتري سيارتين واحدة لي والأخرى لصديقي هذا ثم انتفت إلى بيك بادي وقال له أترك محفظتك في جيبك لقد دفعت أنت حساب الوجبتين والآن جاء دوري لأدفع ثمن السيارتين ما الذي أستطيع أن أفعله حتى أصبح أفضل مما أنا علي؟ نعم إن مدى فائز فائز هو طريقة رائعة للعيش وكذلك فإن اكتساب صدقات حقيقية قد أصبح من الأمور الصعبة ولذلك فإن عليك أن تقدر الصداقات الموجودة في حياتك وأن تفعل كل ما يتطلبه الأمر لكي تجعل هذه الصداقات تزداد قوة وثراء إليك استراتيجية فعالة سوف تسهل عليك القيام بهذا الأمر وهي يطلق عليها أسلوب ما الذي أستطيع أن أفعله حتى أصبح أفضل مما أنا علي؟ لنقل مثلا إنك تريد أن تقوي إحدى العلاقات الشخصية الهامة في حياتك كعلاقتك بزوجتك مثلا أو علاقتك بزوجك وإذا لم تكن متزوجا فإن باستطاعتك أن تطبق هذا الأسلوب كذلك فيما يتعلق بأي علاقة هامة تقريبا لذا فعليك أن تعدل وتغير فيه كما يترى لك وفقا لنوع العلاقة التي أنت بصددها وفي الواقع من المفضل أن تتخير لتطبيق هذا الأسلوب شخصا ما ترغب فيه أن تتخذ صدقتك معه بعدا أعمق وأن تستمتع بذلك ولكي نوضح لك كيف يعمل هذا الأسلوب فإننا سوف نستخدم العلاقة الزوجية كمثال تخيل أن اليوم هو نهاية الأسبوع وأن ديفيد ذلك الزوج الطيب قد عاد إلى المنزل من العمل وأن دايان تلك الزوجة الطيبة على نحو المساوين قد قامت بتجهيز الغذاء وأنهما سويا قد استمتع بتناول وجبة ممتازة يقوم ديفيد بإطراء زوجته ثم بعد ذلك يطرح عليها السؤال التالي دايان تخيالي أن هناك مقياسا مدرجا من واحد إلى عشرة واحد يعني أن الموقف سيء وعشرة يعني أن الموقف رائع وأنك بصدد تقييم أدائي كزوج خلال الأسبوع الماضي فكم تعطينني على هذا المقياس ولأن هذا سؤال خطير تفكر دايان مليا لبرهة ثم تقول أعطيك ثمانية درجات من العشر يتقبل ديفيد إجابتها بدون أي تعليق من جانبه ثم يستطرد متسائلا ذلك السؤال الهام ما الذي كان يجب علي فعله حتى أحظى بالرقم عشرة تجيب دايان حسنا كنت سأقدر لك حقا أن تساعد جون ابنهما في أداء واجباته يوم الأربعة فقد كنت أنا واقعة تحت ضغط شديد لألحق موعد دورة الكمبيوتر خاصة في السابعة مساء ذلك اليوم بعد أن ساعدت جون في واجباته لأنني كنت سأشعر بالذنب فيما لو غادرت بدون العنايات به بالشكل المناسب كذلك فأنت قد وعدتني بأن تقوم بإصلاح صنبور الحمام هذا الأسبوع ولكنك لم تفعل ذلك ولا زال الصنبور يقطر حتى الآن وأنا أريد إصلاحه حقا من فضلك وبعد أن يستمع ديفيد إلى كلامها يقول ببساطة أشكرك سوف أكون أكثر انتباها لهذه الأمور الأسبوع المقبل ثم يتم تبادل الأدوار فيعطي ديفيد دايان تسع درجات من العشر بعد أن تسأله هي أن يمنحها تقييمه لأدائها والآن فتلك هي فرصتها لكي تسأله السؤال الهام كيف كان لي أن أحصل على الرقم عشرة يقوم ديفيد بيطائها تقييما أمينا كنت رائعة ولكن كان هناك أمرا واحدا صغيرا هل تذكرين أنك قد وعدت بأن تقوم بتسجيل مباراة كرة القدم لكي أقوم بمشاهدتها بعد عودتي من السفر الذي استغرق يومي السبت والأحد أعرف أن الأمر فقط قد غاب عن ذاكرتك ولكنني كنت أتطلع إلى مشاهدة تلك المباراة الهامة بعد عودتي ولكن خاض أملي تصغي دايان إليه باهتمام ثم تعتذر له وتأخذ على نفسها عهدا بأن تقوم بعد ذلك بتسجيل مثل هذه الطلبات في مخططها اليومي حتى لا تنساها والآن أيها القارئ العزيز قبل أن تبادر وتقول يبدو هذا أسلوبا رائعا ولكنه لا يفلح معي أبدا فتوقف لتفكر نعم أنت على حق فهذا الأسلوب لا يستخدمه إلا القليلون جدا حتى هؤلاء فإنهم قل ما يستخدمونه على أساس أسبوعي منتظم وأكثر الأعذار شيوعا التي يقدمها أي من الأشخاص الذين لا يستخدمون هذا الأسلوب هي إنني مجغول للغاية أو هذا سخف أو كن واقعيا إن زوجتي أو زوجي أو صديقي ما كانت لتوافق أبدا على ذلك الأمر كن منفتحا تماما لما قد تتلقاه من انتقاد أو تقييم إليك ما يردده حقا هؤلاء الأشخاص في أعذارهم الواهية إننا أنا وزوجتي أو صديقي أو شريكي في العمل لسنا منفتحين لتقييم أحدنا للآخر بالشكل المطلوب لأن علاقتنا لم تنضج بعد أو تتطور لتصل إلى هذا المستوى إن عملية إعطاء وتلقي التقييم بصورة منتظمة تعد إحدى أفضل الوسائل لإثراء وتقوية العلاقات الزوجية وعلاقات الصداقة أو علاقات العمل إن السمة المميزة للإنسان هي أنه يتحلى بمستوى عال من الإدراك وبحساسية فريدة تجاه احتياجات الآخرين وبسبب هذا المستوى من النطج والارتقاء يستمتع الإنسان بعلاقات صادقة ومنفتحة مع أهم الأشخاص في محيط حياته مما يحقق له الرضاء والإجباع بمقدورك أيضا أن تستخدم هذا الأسلوب مع أطفالك وغيرهم من أفراد أسرتك إن أطفالك سوف يخبرونك بالأشياء كما هي عليه حقيقة فإنهم لا يعرفون الأسليب الملتوية إن بإمكانك أن تعرف المزيد عن نفسك من أشخاص يهتمون بك بالقدر الذي يكفي لأن يقوموا بإعطائك تقييما أمينا ويمكنك أن تحظى بذلك فقط من خلال طرح أسئلة قليلة بسيطة كل أسبوع وبذل من أن تتخذ موقفا دفاعيا كما يفعل معظم الأشخاص تقبل ما يعطونك من معلومات كهدية فإن هذه المعلومات سوف تساعدك على أن تصبح صادقا وجديرا بالثقة بشكل أكبر إن الرغبة في تحسين أدائك وتعاملاتك مع الآخرين تعني أن تكون على استعداد لأن تتعلم المزيد وأن تقوم بعمل المزيد وأن تقدم المزيد في هذه العلاقة أو تلك لأنها مهمة بالنسبة لك والذي يحدث هو أن كل من الطرفين في العلاقة يحصدان ثمار ذلك ويزدادان قوة في نفس الوقت فكر في الفوائد التي سوف تعود عليك من وراء تطبيق أسلوب ما الذي أستطيع أن أفعله حتى أصبح أفضل مما أنا عليه في حياتك المهنية إذا كنت أنت صاحب الشركة فبإمكانك أن تسأل الأشخاص الأساسيين بها كالمديرين ورؤساء الأقسام مثلا على مقياس مدرج من 1 إلى 10 كيف تقيمونني كرئيس للشركة وما الذي يستطيع أن أفعله حتى أصبح أفضل مما أنا عليه حتى أحضر بالرقم 10 على هذا المقياس ويستطيع المديرون فعل نفس الشيء مع الأفراد الذين يعملون في فريق المبيعات أو في فريق الإدارة ماذا لو اتبعت نفس هذا الأسلوب مع عملائك الأساسيين إنها ستكون فرصة عظيمة لإدراك نقاط القوة ونقاط الضعف في عملك ولمعرفة الطريقة التي تستطيع بها تحسين تلك المجالات التي لا يرقى فيها الأداء إلى المستوى المطلوب وتذكر أن عملائك الأساسيين ربما يضمون أيضا الموردين أو فريق الدعم الخارجي الخاص بك وإذا كان هذا الأسلوب جديدا عليك فقد تكون المحاولات قليلة الأولى مربكة أو غير مريحة وهذا أمر طبيعي لأن أي عادة جديدة تتطلب قدرا كبيرا من الممارسة والمثابرة إلى أن تكتسبها في آخر الأمر كذلك فإن الاستماع إلى الحقيقة من أشخاص تحبهم وتحترمهم هو أمر يتطلب بعض التعود إن الحقيقة تكون مؤلمة في بعض الأحيان وربما يجب عليك أن تبترع كبرياءك مرات قليلة حتى تستمتع بالفوائد المستقبلية بقيت لنا هنا ملاحظة أخرى وهي أنك إذا كنت بصدد إعطاء تقييما نقديا لأحد الأشخاص ففعل ذلك دائما سرا وعلى الجانب الآخر قم بمدح أو إطراء الآخرين علانية إن الأشخاص يحتاجون إلى ويستمتعون بالتقدير الذي يستحقونه عن جدارة أي كان نوع هذا التقدير ببساطة شديدة انتقد سرا وامدح علانية تذكر أنه لكي تتغير الأمور فلا بد من أن تتغير أنت أولا إن إحاطة نفسك بمجموعة مختارة بعناية من المعلمين المخلصين يمكن أن تغير حياتك بشكل هائل والمعلم المخلص هو شخص ذو خبرة واسعة أو مواهب خاصة ولديه استعدادا لتقديم أفكاره ونصائحه لك بانتظام وأنت كمتعلم ومتلقي لهذه المعلومات القيمة الرائعة مسؤول عن استغلالها بحكمة من خلال تدعيم حياتك المهنية ووضعك المالي أو تذيم حياتك الشخصية أو الأسرية إنها علاقة أستاذ وتلميذ غير أنك تستفيد فيها من تعليم خاص لك وحدك والفائدة الكبرى هي أنك بطبيعة الحال لا تدفع مقابلا للدروس التي تتلقاها فيال هذه الصفقة الرائعة إليك طريقة ناجحة مجربة تتكون من ثلاث خطوات تساعدك على أن تستمتع بالمميزات الضخمة لهذه العلاقة واحد حدد الهدف حدد مجالا معينا من مجالات حياتك ترغب في تحسينه قد تكون هناك العديد من المجالات التي ترغب في تحسينها ولكن من أجل أن تبدأ اختر واحدا فقط إليك بعض الأفكار تنمية عملك المبيعات التسويق توظيف أشخاص متميزين إعداد البيانات المالية تعلم تكنولوجيا حريثة استراتيجيات الاستثمار جمع ثروة التخلص من الديون تناول الطعام وممارسة التمرينات الرياضية بشكل يحقق لك صحة مثالية أن تكون والدا ممتازا أو إعداد عروضا تقديمية فعالة اثنان اختر المرشحين لدور المعلم فكر في شخص يمتلك خبرة واسعة أو موهبة في المجال الذي اخترته للتحسين قد يكون هذا شخصا تعرفه بصورة شخصية أو رائدا في المجال الذي تعمل فيه وربما كان شخصا اشتهر بأنه خبيرا متمرس موثوق به في هذا المجال كاتب مشهور مثلا أو متحدث أو غير ذلك وأيا كان هذا الشخص فعليك أن تتأكد أن لديه سجلا ناجحا حافلا ومعروفا وأنه ناجحا حقا ثلاثة ضع خطتك الاستراتيجية إذا كنت لا تعرف بالفعل مكان معلمك المقترح فكيف ستحدد موقع هذا الشخص الفذ وعندما تفعل ذلك فكيف ستحقق معه اتصالا أول شيء ينبغي أن تدركه هو أنك على الأرجح لا يفصلك عن أي شخص تريد الالتقاء به أكثر من ستة أشخاص بما في ذلك معلمك الجديد من المثير أن تعرف هذا فتعمل مع الأمر كما لو كان لعبة قد تكون هناك ستة أبواب عليك فتحها قبل أن تحصل على جميع المعلومات التي تحتاجها من يستطيع فتح الباب الأول أمامك فقدم من هناك وواصل التساؤل سوف تندهش من مدى سرعة فتح الأبواب الأخرى أمامك بمجرد أن تبدأ قد تكون تنظر إلى اسم معلمك المقترح وتراودك أفكارا مثل إنني حتى لا أعرف هذا الشخص وهو بالتأكيد لا يعرفني وإذا كان يعرفني فإنه على الأرجح لا يمنحني أي قدر من وقته الثمين توقف عن التفكير بهذا الشكل والقصة التالية هي دليل كبير على أن العثور على المعلمين والاتصال بهم هو أمر في نطاق قدرتك يروي لنا لس أحد عملاءنا الأساسيين هو شاب يمتلك شركة شحن صغيرة وكان متلهفا بشدة على أن يقوم بتوسيع هذه الشركة وبعد أن حضر ورشة العمل التي قمنا بعقدها حول موضوع المعلمين قام باختيار أحد الأشخاص الرئيسيين في مجال الشحن ليكون معلمة كان هذا الشخص قد أسس شركة ضخمة على مر السنين وكان يحظى باحترام شديد من جانب أقرانه ومنافسيه حدد عميلنا نيل موقع مقر الشركة الرئيسي في ولاية تكساس وقام بإجراء العديد من المكالمات الهاتفية وأخيرا نجح في الاتصال برجل الأعمال الناجح هذا سوف نخبرك بما يجب عليك أن تقوله عندما تجري مكالمة كهذه بعد بضع دقائق لذا فكن صبورا كان نيل عصبيا إلى حد ما ولكنه استجمع شجاعته ليطلب ما يريد وافق رجل الأعمال الناجح على قضاء عشرين دقيقة كل شهر مع نيل على الهاتف يقدم له فيها خبرته وأفضل أفكاره ووفاء بكلمته تم تنفيذ هذا الاتفاق وفي أحد الأيام تلقى نيل عرضا مثيرا لقد دعاه معلمه الجديد إلى زيارة تكساس لمدة خمسة أيام لدراسة جميع نواحي وجوانب شركته كان بإمكانه التجول في جميع أنحاء الشركة والتحدث إلى الموظفين وملاحظة أسباب أزدهار الشركة مباشرة من المصدر الرئيسي وبالطبع لم يتردد نيل وماذا كانت النتيجة لم يتمكن نيل فقط من توسيع شركته بالكثير من الأساليب المربحة ولكن نضجت كذلك علاقته بمعلمه وانتقلت إلى مستوى آخر وبدلا من علاقة معلم ومتعلم أصبحت علاقة صداقة نامية بالإضافة إلى ذلك استطاع يطرح بعضا من استراتيجياته الخاصة بناجحة التي لم يطبقها معلمه ومع الوقت تكونت علاقة بينهما على أساس مبدأ فائز فائز حقيقي وازدادت ثقة نيل بنفسه جنبا إلى جنب مع أرباحه الأمر كله بدأ بتلك المكالمة الهاتفية لذلك دعنا نحل كيف يمكنك أن تستمتع بنجاح مماثل الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون مخلصا إن الإخلاص يؤدي دورا كبيرا في مساعدتك على الحصول على ما تريده في الحياة إذي كما قاله نيل عندما تحدث لأول مرة مع رجل الأعمال مرحبا سيد جونستون معك نيل على الهاتف إننا لم نلتقي من قبل وأنا أعرف أن لديك الكثير من المشافل لذا سوف أختصر حديثي إنني صاحب شركة شحن صغيرة وأنت قد استطعت على مر السنين أن تقوم بعمل مذهل إذ قمت ببناء شركتك وتنميتها لتصبح واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال إنني واثق من أنك قد واجهت بعض التحديات الصعبة في البداية حسنا إنني لا أزال في تلك المراحل المبكرة وأحاول معرفة كل شيء عن هذا المجال سأقدر لك حقا سيد جونستون موافقتك على أن تكون معلمي ومشدي كل ما سيعنيه هذا هو أن تقضي معي على الهاتف عشر دقائق مرة واحدة كل شهر بحيث أتمكن من سؤالك بعض الأسئلة سأقدر لك ذلك حقا فهل يمكنك الموافقة على ذلك؟ عندما تسأل هذا السؤال في ختام حديثك عادة ما ستكون الإجابة إما بنعم وإما بلا إذا كانت الإجابة بنعم فحاول أن تسيطر على مشاعر الإثارة وقم بطرح سؤال آخر ما الوقت المناسب للاتصال بك في الأسابيع القليلة القادمة؟ بعد ذلك أكد على موعد محدد لأول اجتماع لك مع معلمك وأتبع المكالمة على الفور بملحوظة شكر مكتوبة باليد ترسلها إليه وإذا كانت الإجابة بلا فاشكر هذا الشخص بشكل مهذب على ما منحك من وقته وبناء على درجة تأكيد الرفض يمكنك أن تسأل إذا كان من الممكن أن تعاود الاتصال به مرة أخرى في وقت آخر لإعادة التفكير إذا لم يكن الأمر كذلك فانتقل إلى الخطة البديلة واتصل بالشخص التالي في القائمة دعنا نراجع العناصر الأساسية في المكالمة الهاتفية أولا تحدث في الموضوع مباشرة الأشخاص المشغولون لدرجة كبيرة يقدرون هذا لا عليك من المجاملات الاجتماعية التزم بنص مكتوب بشكل جيد واستخدم لهجة هادئة في الحوار فالمكالمة تستغلق دقيقة واحدة فقط كذلك فإنه من المهم أن تسيطر على مجرى المحادثة قل ما تريد قولة ثم اسأل السؤال الختامي ثم اصمت تماما عند هذه النقطة فإنك تسمح لمعلمك الجديد المحتمل بأن يتحدث إذا التزمت بهذا التتابع فإن نسبة نجاحك ستكون متفعة وإليك السبب أولا عندما تطلب من أحد ما أن يكون معلمك فإن تلك هي أقصى مجاملة تستطيع تخديمها إليه ثانيا فهؤلاء الأشخاص نادرا ما يطلب منهم أحد ذلك الطلب وإذا قمت أنت بذلك بإخلاص تام بعد أن تكون قد ذكرتهم بالتحديات السابقة التي واجهوها فغالبا ما ستتلقى ردا إيجابيا وقبل أن تقوم بإجراء المكالمة الهاتفية يكون من المفيد أن تحصل على أكبر قدر تستطيع الحصول عليه من معلومات أطلب من الشركة التي اخترت صاحبها ليكون معلما لك أن ترسل لك أي مادة ترويجية خاصة بها على أن تتضمن هذه المادة أحدث تقرير سنوي صدر عنها تذكر من الممكن أن يكون لك عدة معلمين يمكنك اختيار أشخاص لأي جانب من جوانب حياتك ترغب في تحسينه قد يكون هؤلاء يعيشون في مدينة أخرى أو بلد آخر أو قد يكونون على بعد مسافة تقطعها بالسيارة في نصف ساعة فقط لذا ابدأ وقت وقتا ممتعا في القيام بذلك إن تلك العلاقات الفريدة يمكن أن تسار عملية تقدمك بشكل هائل إن مبدأ المحاولة والخطأ هو إحدى طلق اكتساب الخبرة ولكن محاولة معرفة كل شيء بنفسك هي مهمة شاقة في حين أن اتباع وتقليد معادلات نجاح أشخاص آخرين وتطبيق أفكارهم هي طريقة أكثر ذكاء بكثير عادة ما يكون من تعرفهم هم يفتحون لك أبواب فرص أكبر وأفضل تعامل مع الأمر كلعبة توصيل النقاط إن الأشخاص الناجحين على اتصال جيد مع بعضهم البعض اتبع تحركاتهم ولكي نساعدك بشكل أفضل ستجد في نهاية هذا الفصل خطة عمل متدرجة لتكوين وتوطيد العلاقات مع المعلمين والعلاقات مع المعلمين هي علاقات ثنائية تشبه علاقة المدرس الخصوصي بالطالب وهناك طريقة فريدة أخرى للتعجيل بين مو وازدهار عملك وهي أن تؤسس علاقة مع مجموعة من الأشخاص تقومون فيها بتبادل الآراء والأفكار ومثل العلاقة مع المعلم فإن تلك العلاقة سوف تضيف لحياتك بعدا جديدا تماما سيكون مصدرا فعالا للقوة والمساندة مجموعة تبادل الأفكار والآراء مجموعة تبادل الأفكار والآراء كما يوحي باسم تتطلب التقاء العقول وتعود أصول هذه الفكرة إلى الماضي البعيد إذ كان فلاسفة اليونان القدمة مثل سقراط يستمتعون بمناقشات حيوية لطرح وتبادل أفكارهم وآراءهم ومفهومنا عن مجموعة تبادل الأفكار والآراء هو أنها تتكون في المعتاد من خمسة أو ستة أشخاص يرغبون في تكوين علاقات ممتازة طويلة الأجل والغرض الأساسي من المجموعة هو تقديم أفرادها الدعم لبعضهم البعض عاطفيا وشخصيا ومهنيا كما إنها تقدم أيضا منتدا متميزا لطرح وتبادل الأفكار والمعلومات وكذلك مناقشة الموضوعات الهامة والتحديات اليومية إذا اخترت الأشخاص المناسبين فإن نظام الدعم الرائع هذا يمكن الاستمتاع به لسنوات عديدة هناك أربع قطوات عمل أساسية ستساعدك على تحويل هذا المفهوم إلى حقيقة واقعة 1- اختر الأشخاص المناسبين من أجل تحقيق أفضل التفاعل عليك أن تقصر مجموعتك على ستة أشخاص أنت وخمسة غيرك ليس عليك أن تختارهم جميعا في نفس الوقت ولكن يمكنك أن تبدأ بواحد أو اثنين ومن ثم تقوم تدريجيا بتكوين المجموعة إلى أن تكتمل تماما تذكر أن أول فرد في الفريق قد يكون الأصعب في الحصول عليه ولكن لا تجعل ذلك يوقفك من يجب أن تختار؟ هذا هو السؤال المهم إليك بعض الخطوط الإرشادية بمساعدتك اختر أشخاص يحتمل أن يجدوا تعاونا أشخاص طموحين متفتح العقول موجهين نحو تحقيق الأهداف ولديهم منظورا إيجابي ويجلبون طاقة إيجابية قوية لكل مناقشة إنك لا يلزمك مجموعة من المنتحبين الذين يبحثون عن فرصة للتخلص من أفكارهم السلبية من المفيد كذلك أن تضم هذه المجموعة أشخاصا لديهم خبرة حقيقية وناجحين في العمل أو أشخاصا استطاعوا التغلب على مواقف شخصية مثيرة للتحدي وأثناء عملية الاختيار عليك أن تقرر ما إذا كان من المهم أن تجتمل المجموعة على أشخاص يعملون في مجالات مختلفة أم لا على سبيل المثال قد لا يفيدك وجود خمسة أشخاص يعملون في مجال المبيعات في المجموعة إن مزيجا من الخبرات والتجارب والمعارف المختلفة سوف يضيف عمقا وتنوعا لاجتماعاتك حدد ما إذا كنت تريد مجموعة مختلطة أو مجموعة من الرجال فقط أو من السيدات فقط كذلك عليك أن تحدد الفئة العمرية التي تفضلها إن مجموعة ذات نطاق عمري واسع تضم رجالا وسيدات من الممكن أن تضيف وجهة نظر مختلفة وتنوعا في الآراء إذا كنت تفضل أن تجعل مجموعتك محدودة فاختر أشخاصا من نفس الجنس قريبين من سنك إن الأمر يعود إليك تماما ولكن فكر بجدية في عملية الاختيار فهي ذات أهمية حيوية لنجاح مجموعتك 2- الجميع يجب أن يلتزين يتم تكوين مجموعة تبادل الأفكار والآراء كنظام مساندة طويل الأجل إنها ليست مكونة من أجل أشخاص عابرين إنك تعرف هذا النمط من الأشخاص إنهم يظهرون عندما يشعرون بالرغبة في ذلك أو عندما لا تكون هناك ارتباطات في جدول أعمالهم لهذا اليوم اشرح هذا بوضوح لكل مرشح إنك بحاجة أيضا إلى اتفاق منذ البداية على سياسة إنهاء العلاقة إذا كان أحد الأشخاص لا ينسجم مع المجموعة لأي سبب كان فمن المهم أن تكون لديك خططا للتعامل مع هذا الأمر إنك لا تريد أن ينتهي بك الأمر إلى متلازمة التفاح الفاسد في الصندوق حيث يسيطر شخص واحد أو يهيمن شخص سلبي على المجموعة ككل وسيكون تصويت ديمقراطي خلال 90 يوما من الاجتماع الافتتاحي طريقة سهلة لتجنب أي تمزق مبكر في المجموعة يمكنك أيضا تطبيق خطة العمل هذه في أي اجتماع مستقبلي يعقب ذلك ومستوى الالتزام هو الذي سوف يحدد ما ستصبح عليه مجموعتك من نجاح وهذا الالتزام يقتضي حضورا منتظما واستعدادا للمشاركة في كل اجتماع واتفاقا على سرية أي شيء يتم طرحه داخل المجموعة ومسألة السرية هذه في غاية الأهمية ومن واقع خبرتنا فإن الأمر يتطلب عدة شهور قبل أن يستطيع هؤلاء الأشخاص المصارحة والمكاشفة في مشهد كهذا خاصة إذا كانوا رجالا فهناك كل هذه الأمور الخاصة التي يجب التغلب عليها والمتعلقة بالمظاهر النساء عموما يكون أكثر انفتاحا بكثير لطرح أفكارهن ومشاعرهن الحقيقية إن الفوائد الحقيقية توجد فقط عندما يكون هناك داخل المجموعة بأكملها مستوى مرتفع من الثقة ويجب أن يكون المحيط الذي توجده لهذه المجموعة محيطا آمنا يمكن فيه مناقشة أي شيء دون قلق من أي عمل أحمق ثلاثة حدد متى وأين وكم مرة تريد أن تأخذ اجتماعا مع المجموعة وكم من الوقت تريد أن يستمر الاجتماع ساعتان أو ثلاث ساعات كل شهر هي فترة مناسبة أو يمكنك أن تجتمع معهم عدد مرات أكثر إذا أردت ذلك بعض الأشخاص يفضلون الاجتماع في موقع هادئ مختار بعناية لتناول طعام الإفطار في الصباح الباكر آخرون يفضلون الاجتماع في المساء بعد انتهاء العمل مرة أخرى الأمر يرجع إليك إليك بعض النقاط الأساسية اختر موقع لا تتم فيه مقاطعتك بالهاتف أو بالفاكس أو بأشخاص آخرين اجعل إغلاق الهواتف الخلوية عند الاجتماع قاعدة لا تتعامل مع مجموعة تبادل الأفكار والآراء كأنك في اجتماع معتاد في العمل إن هذا وقتا خاص تقضيه مع أشخاص متميزين لذا انتهز الفرصة للتركيز على القضايا المطروحة هذا سؤال جيد إنك لا تريد قضاء ساعتين أو أكثر في حليث تافه عن الأخبار المحلية وحالة الطقس إن الأشخاص الناجحين الذين يتمتعون بطاقة عالية لن يهدروا وقتهم بهذه الطريقة إليك بعض الاقتراحات قم أنت وبقي أفراد المجموعة بانتخاب رئيسا لها بحيث يكون دوره الأساسي هو الحفاظ على تدفق الحوار ومنح كل عضو وقتا مساويا للآخرين ابدأ كل اجتماع بملحوظة مختصرة من كل فرد من المجموعة عن أفضل شيء حدث منذ الاجتماع الأخير إن هذا سوف يجعل بداية الاجتماع بداية إيجابية بعد ذلك قم بترحي سؤالين ما الذي يحدث في حياتك العملية أو وظيفتك وما الذي يحدث في حياتك الشخصية اجعل كل شخص يجيب على حدة فهذه العملية وحدها يمكن أن تستغرق الاجتماع بأكمله ولا بأس في ذلك فهي تمنحكم فرصة لمعرفة المزيد عن بعضكم البعض هناك سؤال جيد آخر هو ما أعظم التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي أيضا عليكم بمناقشة الأهداف الخاصة بكل منكم وقدموا لها المساندة والدعم قم بتحفيز الجميع إلى تحقيق ما يريدون وشجعهم على التفكير في أهداف كبيرة وقدمهم إلى أشخاص يمكنهم أن يعجلوا بتقدمهم وأحيانا قد ترغب في وضع موضوع معينا في جدول الأعمال فكرة جيدة أيضا أن تخصص وقتا لشخص لديه حاجة ملحة أزمة مالية مثلا أو مشكلة صحية يجب مناقشتها تلك المواقف هي ما يربط بحق بين أفراد المجموعة انتهز الفرصة للمساعدة بأي وسيلة تستطيع من أجل حل المسألة وإذا ظهر موقف ملح فيمكنك دائما أن تدعو إلى اجتماع طارئ لمعالجته بسرعة يروي لنا لس تتكون مجموعة تبادل الأفكار والآراء الخاصة بنا من خمسة أشخاص يمتلك كل منهم مشروعه الخاص ويمثلون خمسة مجالات عمل مختلفة وحتى وقتنا هذا فإن المجموعة تجتمع منذ أربعة عشر عاما ونحن لا نتقابل كثيرا خارج الاجتماعات الشهرية وخلال ارتباطنا واجه كل منا مجموعة متنوعة من الصعوبات وحقق إنجازات رائعة وتغطي الموضوعات التي نناقشها لطاقا واسعا من الأشياء بما في ذلك التحديات وفرص العمل الراهنة وكيفية إعداد عروضا تقديمية ذات تأثير كبير وإن يمكن إيجاد رأس مال مشترك وكيفية الاستغناء عن موظف أساسي كذلك فإننا قد واجهنا صعوبات عائلية ومشكلات مع أولادنا المراهقين ومشكلات صحية وأزمات مالية وتغييرات كبيرة على المستوى المهني كانت العديد من اجتماعاتنا عاطفية إن همرت فيها الدموع أمام الجميع إننا نستمتع الآن بترابط رائع وبثراء معرفة فإذا محتاج أحدنا إلى مساعد فسيجد أربعة أشخاص جاهزين ومستعدين لتقديم المساعدة الفورية وذلك موقف فعال للغاية لنا جميعا لقد كان الأمر بالتأكيد يستحق كل ما بذل في سبيله من وقت وجهد الآن نود أن نعرض عليك وحدة بناء هام أخرى تتعلق باكتساب عادة تكوين علاقات ممتازة وهي يطلق عليها اسم بناء قلعتك الخاصة إن المعلمين ومجموعات تبادل الأفكار والآراء يمثلون أساسا رائعا لهذه القلعة والقلعة يمكن تعريفها على أنها بناء منيع أو ملجأ أو ملاذ وأنت عندما تكون داخل القلعة تكون في حمى من عواطف العمل والحياة إليك كيفية بناء قلعة لنفسك يشبه بناء القلعة الإعداد لبطولة في كرة القدم أو تشكيل فريقا للهوكي فكل لاعب له دور محدد ويكون الفريق ككل في قوة أضعف أفراده ومدرب الفريق هو ما يقوم بتشكيله إنه في مركز العمل إن المزيج المكون من أفراد فريق الموهوبين متميزين ومدرب قادر على وضع وتنفيذ خطة لعب ناجحة يقدم فائزين منتصرين استخدم الفئات التالية لإرشادك في بناء قلعة هذه الفئات لم يتم ترتيبها وفق أي ترتيب معين فيما يتعلق بالأهمية 1- وحدة العائلة 2- معلمون ومدربون محددون 3- فريق الصحة واللياقة البدنية 4- فريق الدعم في العمل في الداخل مثل الطاقم الإداري فريق المبيعات والإدارة 5- فريق الدعم في العمل في الخارج مثل مدير بنك محامي أو موردون 6- عملاء أساسيون 7- مجموعة خاصة لتبادل الأفكار والآراء 8- مكتبة للتطوير الشخصي 9- مرشد روحي 10- علاقات استراتيجية أخرى مثل شبكات العمل مصادر الأخبار المطلعة 11- الملاذ المأوى الشخصي الخاص بك أو المكان المنعزل اعتبر نفسك المدرب هناك سؤالان أساسيان تحتاج إلى طرحهما عند هذه النقطة من حياتك وهما من الذي ينتمي إلى فريقي وهل يؤدون بالمستوى الذي أريده لتحقيق أهدافي وأحلامي احرص على أن تقوم بخطوات العمل فهي سوف تساعدك على اكتشاف من يستحق أن يبقى في فريقك ومن يجب عليك أن تستبدله هذا كله ما هو إلا وضع معاييرا مرتفعة للغاية حتى يمكنك الاستمتاع بأسلوب حياة يمنحك حرية كاملة ورخاء مستمرا وشعورا فريدا بالجدارة والاستحقاق وعنما تحتاج إلى مساعدة سوف يكون لديك أفضل الأشخاص لمساعدتك هذه عملية مستمرة وليست تعديدا عاجلا وإليك كيف تعمل قم بإلقاء نظرة عن قرب على علاقاتك الهامة الأشخاص الذين يدعمونك ويساعدونك عبر سنوات قسم هؤلاء الأشخاص إلى فئتين أساسيتين فئة العمل أو المهنة وفئة شخصية قم بإعداد قائمة تجتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص المهمين وفي قائمة العمل سوف تجتمل الأمثلة على مدير البنك الذي تتعامل معه والمحامي والمحاسب وكاتب الحسابات ومتخصص الضرائب والموردين والمستشار المالي وطاقم الإدارة وفريق المبيعات والمساعد الشخصي والسكرتير وموظف الاستقبال وفي الفئة الشخصية سيكون النطاق أوسع بكثير الطبيب والمعالج اليدوي والمتخصص الطبي وأخصاء التدليق المعالج الجسدي ومدرب اللياقة البدنية الخاص وأخصائي التغذية وطبيب الأسنان وطبيب الأمراض الجلدية والمستشار المالي والحلاق وصاحب مركز التنظيف الجاف والسمكري والكهربائي ووكيل السفر والسمسار العقاري ووكيل شركة التأمينات وصاحب مركز تأجير السيارات والخياط والبستاني والشخص الذي يساعدك في المهام المنزلية وجريسة الأطفال وأي شخص آخر قد تحتاج إلى خبرته من الواضح أنك لا تتعامل مع كل هؤلاء الأشخاص كل أسبوع والسؤال هو عندما تلتمس مساعدة هؤلاء الأشخاص فهل يقومون دائما بأداء عملا ممتاز لأجلك؟ أحيانا لا يقوم الشخص الذي اخترته بعمل جيد للغاية ومن أجل تجنب هذا الأمر خصص بعض الوقت لمراجعة تاريخ أذاء هذا الشخص إن الأشخاص المتميزين يقومون بعمل ممتاز وهم يقومون بهذا العمل في الوقت المحدد وباستمرار إنهم يجعلونك تشعر بالارتياح في نفس الوقت ويطلبون أجرا عادلا مناسبا هؤلاء هم الأشخاص الذين يمكنك دائما لاعتماد عليهم لإنجاز العمل على أكمل وجه كم عدد من لا يستحقون أن يكونوا في فريقك لأن أداءهم ليس جيدا بما يكفي؟ كن أمينا تماما كم عدد الثغرات في فريقك؟ من السهل تحديد هذا تلك هي الأوقات التي تندفع فيها إلى دليل أرقام هواتف وعناوين الشركات على أمل العثور على أحدهم في اللحظة الأخيرة وغالبا ما لا يقوم الشخص الذي اخترته بأداء عملا جيد لأنك لم تمنح نفسك الوقت الكافي لمراجعة خلفيته من الآن فصاعدا لا تتخذ القرارات بصورة متسرعة ولا تتسامح مع العمل غير المتقن أو التأخير أو الأسعار الضاهظة أو أي نوع من التشاحن الذي يضيف إلى حياتك المزيد من الضغوط إنك لست بحاجة إلى ذلك اطلب من أصدقائك ترشيحاتهم وتوصياتهم قم بواجبك وقم بالبحث اللازم كن صبورا وأحط نفسك تدريجيا بفريق من الطراز الأول من الأشخاص الذين سيجعلون حياتك بهيجة وسعيدة وغنية إلى أبعد حد ابدأ على الفور وسوف تندهش من تأثير هذا الأمر على علاقاتك خاتمة الآن هوبسون وجيمي كلارك هما إثنان من شباب رجال الأعمال يميلان إلى المغامرة بشكل مثير حتى أنهم يطلقان على نفسيهما لقد مغامر الأعمال لوصف حبهم الشديد للمسج بين المغامرة والعمل كان أحد أهدافهم المشتركة هو تسلق جبل أفرست أعلى جبال العالم وفي عام 1991 فشلت أولى محاولات فريقهما لبلوغ القمة وفي عام 1994 أعاد المحاولة وكان الفريق المصاحب لهما أصغر في هذه المرة وقد وصل أحد أفراد الفريق وهو جون ميكساك إلى ارتفاع 28500 قدم ولكنه لم يستطع المواصلة لأنه أصيل بحالة استسقاء رئوي حاد قبل بلوغ القمة ب 641 قدم فقط واضطر إلى العودة كان الأمر يتطلب عملية إنقاذ تنطوي على خطورة بالغة لإنزاله من فوق الجبل بأمان لأنه كان قد فقد القوة التي تمكنه من النزول بنفسه تطلب هذا جهد فريقا كامل أسهم فيه الجميع بمهاراتهم الخاصة كما تطوع متسلقون آخرون من فرق أخرى للمساعدة وأخيرا وفي عام 1997 وبعد أن تعلم من تجربتهم السادقتين نجح ألن وجمي في تسلق جبل أفرس للمرة الثالثة ووصل معا إلى القمة وهو إنجاز هائل حقا وقد قال كانت العلاقات هي ما جعلت تجاربنا في تسلق جبل أفرس تصل إلى ما هي عليه حتى وإن لم تصل إلى القمة فما زالت لديك الأوقات السعيدة وما زالت لديك المشاعر الرائعة رغم الشدائد لقد خرجت من التجربة على قيد الحياة تتطلع إلى إنجاز المزيد مع هؤلاء الأشخاص إننا نتقاسم الحياة سويا في هذه الحملات ويعرف كل منا جيدا كل شيء عن الآخر وأحد الأسباب التي ساعدت ألن وجمي أخيرا على تحقيق النصر هو أنهما قد أحاطى نفسيهما بفرق منتازة من الأشخاص اجتملت هذه الفرق على فريق تنظيم رحلات محترف وفريق لجمع تبرعات وفريق دعم وفريق لتصحيح المسار وفريق للتسلق وبدون هذه القلعة الفريدة ما كانت هذه الحملة لتحقق النجاح ولكن مع دعم تلك الفرق لهم استطاع التركيز تماما على إعداد نفسيهما بدنيا وذهنيا لتسلق الجبل اتخذ قرارا اليوم ببناء قلعة من حولك فقط عليك أن تختار أفضل الأشخاص هناك الكثيرون لتختار من بينهم وتذكر إن الهدف من الحياة كلها هو تكوين علاقات ممتازة والاستمتاع بها إنك تستحق نصيبك العادل إن الأمر يتطلب ثقة لكي تعبر عن نفسك بحسم وتبحث عن أشخاص ممتازين سوف تعرف كل شيء عن هذه العادة الهامة في الفصل القادم إن الرخاء في الحياة يتحقق بشكل أكبر عن طريق من تعرفهم لا عن طريق ما تعرفه خطوة العمل الحلزون المزدوج تشيد قلعتك تكوين علاقات مع معلمين مخلصين تأكد من أنك سوف تكمل هذه التمرينات لأنك إذا قمت بتجاوزها فأنت على الأرجح لاستجادا بشأن عملية تكوين علاقات ممتازة لا تقلل من قيمة نفسك أو تنظر إليها نظرة دونية ابذل جهدا الآن حتى تعرف المزيد عن نفسك وعما تمتلكه من تأثير في الآخرين واحد الحلزون المزدوج علاقات فاشلة عد بذاكرتك إلى الوراء وقم بإلقاء نظرة على إحدى العلاقات التي كنت أنت طرفا فيها ولم يكتب لها النجاح بداية من الرقم واحد قم بتجديد كل الخطوات التي أدت في نهاية الأمر إلى انهيار هذه العلاقة كن دقيقا ومحددا على خمس أسطر مختلفة كتب عليها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بترتيب أفقي علاقات ممتازة عد بذاكرتك إلى الوراء وقم بإلقاء نظرة على إحدى علاقاتك الرائعة بداية من الرقم واحد قم بتحديد كل الخطوات التي أدت إلى تقوية وإثراء هذه العلاقة الممتازة بنفس الشكل السابق ولكن ترتيب مختلف خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد اثنان تحديد العملاء الأساسيين قم بكتابة أسماء أهم عشرة أشخاص تربطك بهم علاقات عمل وهؤلاء هم الأشخاص الذين تحقق عن طريقهم معظم بيعاتك ودخلك وهم يحبون ما تقدمه من خدمات وهم يعملون معك بصورة متكررة ويسعدون بمساعدتك ملخوظة إذا كنت تعمل مديرا أو مشرفا فسوف يشكل أفراد الفريق الذين تعني بهم جزءا من قائمة عملائك الأساسيين من فضلك امنح نفسك الوقت الكافي للتفكير في هذا الأمر فهؤلاء الأشخاص هم وحدات البناء التي تشيد بها مستقبلك الأفضل ومن ثم عليك أن تعاملهم معاملة حسنة إن أكثر الأشخاص أهمية بالنسبة لك هم عملائك الأساسيون إن كلمة أساسي تعني في مركز أو في قلب أو جوهر أي شيء قيم والآن سجل مقدار ما تقضيه من وقت مع كل من هؤلاء الأشخاص في شهر عادي ما الذي يخبرك به هذا ما التعديلات التي أنت بحاجة إلى إجرائها بنفس الترتيب من رقم واحد على كل سطر إلى رقم عشر تكوين علاقات مع معلمين مخلصين ما هي مجالات الخبرة المحددة التي ترغب في تحسينها واحد ضع علامة أمام أهم المجالات توسيع عملي المبيعات والتسويق الصحة واللياقة البدنية توظيف أشخاص ممتازين أسلوب حياة متوازن استراتيجيات مالية مهارات التواصل مع الآخرين تكوين علاقات استراتيجية التخلص من الديون تعلم تكنولوجيا جديدة أصبح أبا أو أما جيدا مجالات أخرى مجالات أخرى اثنان اسرد أهم ثلاثة مجالات من مجالات الخبرة التي ترغب في تحسينها واذكر اسم اثنين من المعلمين المحتملين لكل مجال واحد اثنان ثلاثة ثلاثة من القائمة السابقة مباشرة اختر أهم مجال ترغب في العمل عليه على الفور ومعلمك المفضل لهذا المجال أربعة خذ ورقة بيضاء واكتب فيها مستعينا بالمثال الوارد في صفحة 167 النص الخاص بك لأول اتصال تجري تذرب على الهاتف مع صديق لك وكرر التجربة حتى تستطيع أداؤها بنجاح والآن حدد وقتا وتاريخا وقم بإجراء المكالمة الهاتفية إذا لم تتمكن من الحديث إلى الشخص الذي اخترته على الفور فدوم على الاتصال به حتى تستطيع التحدث معه إن المثابرة في هذا الصدد تؤتي ثمارها وتذكر أن علاقة ممتازة واحدة فقط مع معلم مخلص يمكن أن تساعدك على أن تثب إلى مستوى جديد تماما من الثقة والإدراك لقد نجحت الآن استمر في التقدم عامل الثقة تخبرك الخبرة بما يجب أن تفعلها أما الثقة بالنفس فهي التي تمكنك من فعله ستان سميث في عام 1991 اختفل نيلسون مندلا الرئيس السابق لجنوب إفريقيا بعيد ميلاده الثمانين قضى مندلا ما يقرب من 26 عاما من هذه الأعوام الثمانين خلف القضان في زنزانة أحد السجون بسبب آرائه الثوري الصريحة المناهضة لسياسة التمييز العنصري آنذاك وإنه لمن المؤكد أن ثقته بنفسه قد وضعت في محك غاية في الصعوبة خلال هذا الوقت الطويل الذي قضاه مسلوب الحرية كما أنه لتكريم كبير لثقته التامة وإيمانه الراسخ أن ينتصر في النهاية ويواصل مسيرته إلى أن يتم انتخابه لتولي أعلى منصب في بلاده إن الثقة بالنفس عادة يمكن تنميتها وتقويتها كل يوم وأثناء هذه العملية سوف تبرز أمامك تحديات تتمثل في الخوف والقلق والشك وهي العناصر التي تجعل حياتنا متقلبة بين مد وجزر إنه كفاح مستمر أشبه بساحة قتال ذهنية يتحتم عليك أن تنتصر فيها إذا أردت أن تحيا حياة حافلة بالإنجازات ومفعمة بالنجاح ولكي تبدأ هذا النزال اقرأ بذقة وعناية الكلمات التي وردت في الخطاب الذي ألقاه نيلسون مندلا في يوم توليه إن هذا رجلا قبل التحدي وحقق الحوز وحاول أن تستوعب كل جملة بتمهل وأنات ثم استخدمها جميعا بعد ذلك كأساس لمستوى إنجازك المقبل إن خوفنا الأعمق ليس من أننا غير أكفاء ولكن من أننا أقوية إلى أبعد الحدود إن ما نخشاه هو ما بداخلنا من نور لا ما بداخلنا من ظلم كلنا يسأل نفسه من أنا حتى أصلح لأكون متميزا أو لامعا وموكوبا وفذا والأجدر أن نسأل أنفسنا ما الذي لا نصلح لأن نكون نحن نصلح لكل شيء إنك خليفة الله في الأرض وتقليلك من شأن نفسك لا يخدم العالم فنحن أولدنا لكي نظهر عظمة الله الكامنة في داخلنا ليست بداخل بعضنا فقط ولكن بداخلنا جميعا وعندما نسمح لما بداخلنا من نور بأن يشرق فنحن دون أن ندرك نسمح للآخرين بالقيام بنفس الشيء وعندما نتحرر من مخاوفنا فإن وجودنا يحرر الآخرين تلقائيا المصدر كتاب A Return To Love للمؤلف ماريان ويليمسون مأخوذ من خطاب نيلسون مندلا في يوم توليه الرئاسة 1994 ويختوي هذا الفصل على عدد كبير من الاستراتيجيات العملية سوف تعمل على تفعيل ثقتك بنفسك والارتقاء بها إلى مستوى عال لم تبلغه من قبل ومن المهم أن تقوم باستخدام هذه الاستراتيجيات على أساس يومي إن عليك أن تدرك أن الثقة بالنفس هي العامل الأكثر أهمية الذي تحتاجه من أجل حماية نفسك من مقالع السلبية وسهامها وأنه في غياب الثقة في النفس يصبح الجو ملائما لكي يسيطر الخوف والقلق على مجريات الأمور في حياتك بأكملها فيغض تقدمك مكبوحا مقيدا وتنطفئ جذوة حماستك تدريجيا من أجل ذلك دعنا نعلج هذه العادة الأساسية باهتمام وحيوية وبالتزام يهدف إلى قمع القوى السلبية نهائيا وعلى نحو حاسب وبداية فأنت بحاجة إلى أن تقوم بإنهاء أي أعمال معلقة من شأنها أن تعرق المسيرتك أو تعوق تقدمك واجعل القيام بهذا الأمر نقطة بدايتك الأعمال المعلقة مصطلحا يصف كل ما بحياتك من مشكلات لن تتعامل معها بعد فقد تكون في كفاح مستمر مع مشكلات قانونية أو مالية أو تنظيمية أو صحية أو مهنية أو مشكلات تتعلق بعلاقتك بالآخرين وهذا على سبيل المثال للحصر إنك إذا سمحت لهذه المشكلات بأن تستفحل فبإمكانها حينئذ أن تحيط بك من كل جانب وتطبق عليك فلا تستطيع الفكاك منها إن الخوف هو السبب الذي يجعل الكثيرين يحزمون عن التعامل مع هذه الأعمال المعلقة فالخوف يولد الشك الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الثقة بالنفس إنها حلقة مفرقة وإذا تركت هكذا دون العمل على كسرها يبدأ السقوط التدريجي الذي سرعان ما يكتسب القوة الدافعة وفجأة تصبح الحياة خارجة عن لطاق سيطرتك إن هذه الأعمال الكثيرة المعلقة تشبه حملا ثقيلا يطوق رقبتك بمقدوره أن يوقفك تماما والنتيجة هي استنزاف هائل لطاقتك إن بعض الأشخاص قد تراكم عليهم الكثير والكثير من الأعمال المعلقة عبر سنين طويلة حتى أصبح الأمر يبدو كأنهم يسيرون جارين وراءهم فيلا ضخما هناك ثلاث طرق للتعامل مع هذا الموقف واحد يمكنك أن تدفن رأسك في الرمال يتظهر البعض أنه لا وجود لذلك الواقع السيء رغم أنه قائما بالفعل على سبيل المثال نجد رجلا يستبد به القلق ويئن تحت وطأة الديون ولكنه رغم ذلك يرفض أن يلقي نظرة على الأرقام الحقيقية التي توضح حجم ديونه على أمل أن هذه الديون سوف تختفي من تلقاء نفسها بطريقة أو بأخرى وبدلا من أن يغير عاداته السيئة كأن تكون نفقاته أعلى من دخله يجد العيش في عالم من الأوهام أسهل من ذلك إن إنكار المشكلة ورفض مواجهتها تنتج عنهما عواقبا وخيمة من النوع الذي لن يروقك 2- يمكنك أن تظل متأرجحا بين المواجهة والإحجام 3- وساعتها تتوقف حياتك إلى حد ما وتصبح محاولة دائمة للنجاة 3- والنتيجة أنك لن تتراجع أو ترتد إلى الوراء ولكنك في نفس الوقت لن تحرز أي تقدم إنه موقف مخدط وبالطبع فإن الأعمال المعلقة ستكون لا تزال هناك بانتظارك لتتعامل معها لاحقا إن معالجة الأمور على نحو غير حاسم سوف يبقيك عالقا في منتصف طريق بين المواجهة والإحجام 3- يمكنك أن تواجه المسألة بشكل مباشر على الرغم من أن هذه الطريقة تبدو خطة العمل الواضحة فإن الكثيرين يختارون الخيارين السابقين والسبب في ذلك هو أننا في العادة لا نحب المواجهة فهي أمر غير مريح كما أنه يجتمل على قدر ما من المخاطرة وفي بعض الأحيان تكون المواجهة أمرا مؤلما وربما لا تحقق من ورائها ما كنت تصب إليه من نجاح إليك عبارة سوف تساعدك في هذا الصدد اغتحم الخوف الذي بداخلك إن الخوف في معظم الأوقات لا وجود له إلا في أذهاننا إننا غالبا ما نعطي للمسألة البسيطة حجما أكبر من حجمها بكثير ونرسم في مخيلتنا صورا ذهنية تبدو سخيفة للغاية عند مقارنتها بالحقائق وهذا كله يرجع إلى أن قدراتنا على التخيل خصبة وفعالة وقد حدثنا أحد أصدقاؤنا من ولاية أريزونا وهو جورج أدير عن أحد رجال الإطفاء الذي كان قد حضر واحدة من ورش العمل التي يعقدها صديقنا ذلك وكانت تدور حول موضوع معرفة الذات قال جورج يتعامل رجال الإطفاء مع الخوف في كل مرة يتأهبون فيها لدخول مبنى تشتعل فيه النيران لإطفائه إنهم يشعرون بالخوف فقط قبل شروعهم في العمل فتنتابهم الشكوك والهواجس وذلك لأنهم لا يعرفون ما إذا كان سيكتب لهم النجاة بعد انتهاء مهمتهم أم أن حياتهم سوف تنتهي بنهايتها وبمجرد دخولهم إلى المبنى المشتعل يحدث التحول المذهب إنهم في نفس الوقت الذي يقتحمون فيه المبنى لإطفائه يقتحمون حقا ما بداخلهم من خوف ولأنهم يفعلون ذلك يزول الخوف ويتلاشى إنهم يذوبون بكل كيانهم في اللحظة الحالية ومن ثم يكون بوسعهم التركيز على مكافحة النيران وإخلاء الأشخاص والقيام بكل ما تدربوا على القيام به عن طريق مواجهة مخاوفهم يكون في مقدورهم التركيز على الموقف الحالي وإنجاز مهمتهم وهناك عامل مهم آخر هو الطاقة التي تستنفذها عندما تعيش أسيرا لمخاوفك إنك لا تستطيع أن تتحمل رؤية كل تلك الحيوية حبيسة محتجزة فإن ذلك سوف يقيد قدرتك إذا كنت تريد أن تكتسب الثقة بالنفس وأن تحقق تقدما سريعا وأن تحافظ على طاقتك في أعلى مستوى لها فعليك أن تواجه مخاوفك اتخذ قرارا الآن بأن تتعامل مع أعمالك المعلقة وأن تنتهي منها على نحو حاسم اعطها كل اهتمامك حتى تنتهي منها ثم تركها وراءك وامضي قدما اجعل التعامل مع الأعمال المعلقة عادة لك وكن مدركا لحقيقة أن تلك الأعمال المعلقة إنما هي واقع مستمر فكل أسبوع سوف يحدث شيئا ما يحتاج إلى الانتهاء منه لا تسمح لهذه الأشياء بأن تستفحل وتتعاظم وتعامل معها على الفور بثقة تامة عندما تفعل ذلك سوف تصبح حياتك بسيطة ومنظمة بصورة متجددة الطريق إلى الحرية أشرنا لتوين إلى رجل الأعمال جورج أدير الذي قام على مدار ما يزيد على عشرين عاما بإعداد برامج تدريب فريدة للتطوير الشخصي وتعد استراتيجية الطريق إلى الحرية أحد أقوى المقاومات التي تقوم عليها ورش العمل التي يعقدها إن فلسفة جورج أدير في هذا الشأن تقول بأن كل ما تريده يقع هناك على الجانب المقابل للخوف ولكي تتغلب على الخوف ينبغي أن تكون لديك ثقة تامة في مردود ذلك في الواقع إن الأمر عادة يختضي قدرا كبيرا من الإيمان بالذات لتخطي الفجوة بين الخوف والثقة وأحد الأشخاص الذين أدركوا أهمية ذلك هو الدكتور روبرت أيد شولر يقول غالبا ما يطلق على الثقة بالنفس اسم الوثبة والثقة بالنفس هي أن تثب لتتخطى الفجوة بين المعلوم والمجهول والمثبت وغير المثبت والفعلي والمحتمل وما في متناول اليد وما هو بعيد هناك دائما فجوة بين المكان الذي تقف فيه والمكان الذي ستذهب إليه وبالثقة تستطيع أن تثب إلى الأمام ما الذي هناك بانتظارك؟ الغد الأسبوع المقبل الشهر المقبل العام المقبل ما بعد هذه الحياة تحل بالإيمان بثقتك بنفسك وبالله ثق في غدك قم بوثبة الثقة المصدر كتاب Putting your faith into action today كيف يمكنك إذن أن تتغلب على هذه المخاوف والشكوك وأن تبدأ في اكتساب عادة الثقة بالنفس؟ هناك خطوتان مدئيتان الانتهاء من أعمالك المعلقة وتحديد أعمق مخاوفك قم بإلقاء نظرة على الصورة التي توضح استراتيجية الطريق إلى الحرية في الصفحة التالية لاحظ كيف أن صندوق القمام الكبير الموجود بالصورة ممتلئ بأعمالك المعلقة وسوف نبين لك كيف تتخلص منها في خطوة العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل تحت عنوان الانتهاء من الأعمال المعلقة سوف يساعدك هذا التمرين الهام على إيجاد حلا عملي يمكنك من إنهاء كل أعمالك المعلقة عاهد نفسك على أن تواصل العمل على هذا الأمر حتى إنجازه لكي تستطيع أن تستشعر تلك الطاقة الإيجابية الرائعة وذلك الإحساس بالراحة إن مجرد التخلص من الشعور بالذنب أمرا يستحق عن جدارة ذلك الجهد المبذول في سبيله والآن قم بإلقاء نظرة أخرى على حائط الخوف الموجود بالصورة أدنى إنك بحاجة إلى أن تحدد مخاوفك بوضوح حتى تجتاز هذه العقبة وتخترق ذلك الحائط الخطير إليك مجموعة من الاقتراحات خصص بعض الوقت لتفكر في هدوء شريطة أن لا يقاطعك أحد أثناء ذلك اطرح على نفسك هذا السؤال الأساسي ما الذي أخشاه حقا؟ داوم على تكرار هذا السؤال لنفسك قم بتعديل إيه إذا أردت ليصبح مثلا ما هو أكثر شيء أخشاه؟ ما الذي أخشاه في المستقبل؟ ما الذي أخشاه الآن؟ قم بتدوين إجاباتك أضف باستمرار إلى هذه القائمة وكن منفتحا لكل ما يرد بذهنك أو يخطر ببالك في أي وقت لاحق فأكثر الإجابات أهمية قد لا تواتيك في الحال يمكنك أن تحصل على مزيد من الأفكار والرؤى من وراء هذا التمرين وذلك أن تلجأ إلى صديق موثوق بك وتطلب منه أن يطرح عليك هذه الأسئلة فبإمكانه أن يقوم بتسجيل إجاباتك بينما تجلس أنت لتفكر في هدوء وعيناك مغمضتان رسمة الطريق إلى الحرية عبارة عن فتاة تجري باتجاه حائط والحائط يوجد عليه لافتة تحذيرية تقول تحذير حائط الخوف وهناك سلة مهملات أمامه مكتوب عليها تخلص ارمي أمتعتك القديمة وأعمالك المعلقة هنا وخلف هذا السور في الناحية الأخرى هناك علامات تشير إلى المستقبل من العفو وراحة البال والرخاء قبل أن تحكم على هذا النشاط بأنه هراء أو سخف فكر لحظة واحدة في فوائدك إن أفضل طريقة لكي تفهم حقا كيف ولماذا تقوم بإفساد نتائجك هي أن تعرف نفسك بشكل أفضل والتفكير المتأمل يمنحك وضوحا في الرؤية إنه خيار حكيم لا تكون كأغلبية الأشخاص الذين يتجنبون القضايا الحقيقية وينتهي بهم الحال فيما بعد إلى الشعور باليأس وعدم الرضا إنك بمجرد أن تحدد مخاوفك بوضوح تكون قد اكتسبت ميزة هائلة ويمكنك ساعتها أن تضع الاستراتيجيات اللازمة للإطاحة بهذه المخاوف والقضاء عليها كلما ظهرت واجه أي من مخاوفك بالسؤال التالي ما الذي أستطيع فعله لكي أتغلب على هذه المخاوف ومن خلال القيام بذلك فأنت تهيئ نفسك مقدما بإعداد مخطط تمهيدي يشتمل على نقاط الأساسية تماما كمتحدث محترف يعد مسبقا لخطاب هام عندما تكون لديك خطة استراتيجية لمجابهة الخوف فأنت بذلك تغرس بذور الثقة واليقين إن معرفة الذات هي الأساس الذي تبنى عليه ثقتك بنفسك ولذلك اجعل معرفة المزيد عن نفسك عادة من عاداتك كيف تفكر؟ تشعر يكون رد فعلك وتصرفك في المواقف المختلفة سوف تجد أدنى قائمة تشتمل على المخاوف الشائعة وكذلك على استراتيجيات محددة للتغلب على هذه المخاوف انتبه إلى المخاوف التي تعينها بشكل أكثر المخاوف الشائعة اعتلال الصحة خطة استراتيجية لمواجهة الخوف تعلم المزيد عن العادات الصحية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة التمرينات الرياضية وكذلك عن تركيبك الورثي المخاوف فقدان وظيفة الخطة اعمل على أن تصبح ذا قيمة كبيرة لدرجة تجعل فصلك من العمل أمرا مستبعدا إذا كنت كذلك بالفعل فإن مهاراتك المتميزة سوف تفتح أمامك الباب لفرص جديدة داوم على صقل نقاط قوتك وتفعيلها ركز على مناطق تميزك وعمل على تكوين صلاة ممتازة الشعور بالوحدة أحط نفسك بأشخاص إيجابيين قادرين على دعمك ومساندتك كن معطاء وإذا كنت تريد أن تجتذب أصدقاء فبادر أنت وكن صديقا الشك فيما يتعلق بالمستقبل إن معظم الوظائف في المستقبل لم يتم حتى تحديدها بعد ركز على تطوير أعظم مواهبك وضع لنفسك أهدافا مثيرة الموت كل نفس ذائقة الموت تحل بالإيمان وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الفشل إن الجانب الروحي بداخلك يثبت أن هناك خطة أكبر إن الله قد حباك بموهبة معينة فحاول أن تتعرف عليها أحط نفسك بالناجحين انظر إلى الفشل باعتباره فرصة لتعلم إن ارتكاب الأخطاء شيئا أساسي وضروري للنجاح على المدى البعيد اتخاذ قرارات خطيرة فكر على الورق خطط للأمام التمس النصيحة الجيدة انظر الفصل التاسع اتخاذ إجراء حاسم الرفض لا تأخذ الأمر على محمل شخصي خصوصا إذا كنت تعمل في المبيعات فنحن جميعا نواجه كل أسبوع أحد أشكال الرفض لا تكون شريدة حساسية تجاه هذا الأمر الصراع اقتحم الخوف ابحث عن حل يستند إلى مبدأ فائز فائز تقبل الصراع كجزء من هذه الحياة خذ دورة دراسية في حل الصراعات الجهل نقص المعرفة تذرب على تعلم شيئا جديدا كل يوم اقرأ ادرس كن أكثر وعيا وإدراكا وتذكر أن استخدام المعرفة هو أعظم قوة لديك تعلم المزيد اعمل على أن تصبح خبيرا في أفضل ما تستطيع أداءه فقدان أسرتك اعمل باستمرار على أن تثري أهم علاقاتك املأ حياتك بذكريات إيجابية جميلة تستطيع أن تبقيها في ذهنك إلى الأبد التحدث على الملأ خذ دورة دراسية في الخطابة التحق بجمعية المتحدثين الوطنية انظر دليل المصادر لمزيد من التفاصيل اختر معلما عظيما اكتب خطابا يستغرق إلقاؤه عشر دقائق في موضوعك المفضل تدرب على الإلقاء اغتنم ما يتاح أمامك من فرص لتحدث على الملأ استعن بمدرب للإلقاء الفقر تعلم ما يمكن تعلمه بشأن المال وبشأن الكيفية التي يعمل بها راجع معتقداتك في هذا الصدد حاول أن تجد معلما ماليا ممتازا ضع أهدافا محددة للدخار واستثمار نسبة من إجمال دخلك انظر الفصل العاشر العيش من أجل تحقيق غاية محددة النجاح ضع نصبع عينيك حقيقة أن النجاح لا يأتي من فراغ وإنما يأتي من الدراسة والعمل الشاق والتخطيط الجيد والإقدام على المخاطرة فإذا قمت بعمل كل هذه الأشياء فأنت تستحق النجاح إحدى عميلاتنا وتدعى دايان كان هدفها هو أن تصبح مغنية محترفة كانت تمتلك صوتا رائعا ومتخصصا في الموسيقى الشعبية وحتى وقتا قريب كانت قد قامت بالغناء فقط أمام أصدقائها أو أمام جمهور صغير للغاية ثم حدث في أحد الأيام أن طرقت بابها فرصة حقيقية حيث عرض عليها أن تقوم بتقديم فقرة غنائية مدتها عشر دقائق في حفلة موسيقية كبيرة كانت ستقام في المدينة وعندما جاءت الليلة الموعودة وقفت قبل أن يحين موعد فقرتها وراء الكواليس ترتعش وترتجف من فكرة الغناء أمام عشرة آلاف شخص كان قلبها يخفق بشدة وكانت تتخيل كل الأشياء السيئة التي من الممكن أن تحدث وجعلت تفكر في نفسها قائلة ربما أنسى الكلمات أو ربما يجف حلقي تماما فلا أستطيع الغناء على الإطلاق وأخيرا وقبل أن يحين دورها في الغناء بدقائق قليلة تمالكت نفسها واستجمعت شجاعتها وذلك بأن قامت في أدوء بتكرار هذه الكلمات مرات ومرات أنا قادرة على القيام بهذا بواسطة التركيز على التصديق بأنها ستؤدي بشكل جيد وبواسطة التخلص من أفكار الخوف السلبية تبدد وتلاشى ما كان بداخلها من خوف وبعد انتهائها من الغناء ودعها الجمهور بعاصفة من التصفيق الأمر الذي يثبت أن مخاوفها في البداية لم يكن لها مبرر بالمرة إن الثقة بالنفس مطلوبة عندما يبلغ بك الخوف مبلغ والخوف هو أحد أكبر التحديات في الحياة تقبل الخوف بقرار جديد وعزم أكيد على أن تؤدي بشكل جيد أي أن كان الموقف الذي تواجهه تحدي الخمسة والعشرين سنة صديقنا وينتسكي لديه مجموعة لتبادل الأفكار والآراء تتكون من أربعة من أصدقائه في العمل بالإضافة إليه وهم يمثلون مجموعة ديناميكية فعالة من رجال الأعمال ويلتقون مرة كل شهر لتبادل الأفكار والآراء وتقديم الدعم والمساندة لبعضهم البعض وفي أحد هذه الاجتماعات اتفقوا على أن الحياة قد فقدت بعضا من تحديها كانت أعمالهم تسير على ما يرام غير أنهم كانوا بحاجة إلى حافز جديد وبعد مناقشات وحوارات طويلة توصلوا إلى فكرة من شأنها أن تضع ثقتهم بأنفسهم في موضع الاختبار وأن تجعلهم يخرجون بعيدا عن مناطق راحتهم ورفائيتهم التي أصبحت مألوفة بالنسبة لهم إلى أبعد حد كانت الخطط هي أن يسافر بالطائرة من مدينة أدمنتون مسقط رأسهم إلى مدينة تورونتو التي تبعد عنها بما يزيد على ثلاثة آلاف مين بتذكرة ذهاب فقط على أن لا يحمل كل منهم في جيبه إلا خمسة وعشرين سنة فقط وعند وصولهم إلى تورونتو يتعين على كل منهم أن يجد وسيلة للعودة إلى مسقط رأسه وليس معهم بطاقات ائتمان أو شيكات وليس لديهم أصدقاء هناك لمساعدتهم فقط خمسة وعشرين سنة يحملها كل منهم في جيبه ولجعل الأمر أكثر إثارة وتشويقا فقد اتفقوا على أن كل منهم يجب أن يستخدم ثلاث وسائل مواصلات مختلفة في الرجوع بعبارة أخرى إذا استطاع أحدهم مثلا أن يدبر أمر العودة إلى مدينة على متن الطائرة فيتعين على رحلة العودة أن تجتمل على وسيلتي مواصلات أخرين قطار، أوتوبيس، سيارة، دراجة أو حتى سيرا على الأقدام كما أن عدم اطلاع أي شخص على طبيعة هذا التحدي كان جزءا من الخطة تخيل نفسك في هذا الموقف ماذا كنت تفعل؟ من الواضح أن العودة إلى مسقط رأسك بنجاح في ظل هذه الظروف كانت تتطلب قدرا من الابتكار والإبداع والشجاعة وإيمانا قويا بقدرتك هذا بالطبع بالإضافة إلى المال لم يكن قد تنمى إلى علم أفراد هذه المجموعة الطائشة أن أحد أصدقائهم قد علم بالأمر وأسرع بإبلاغ وسائل الإعلام المحلية وكذلك كبريات المحطات الإذاعية والصحف في مدينة أدمنتن وعند وصولهم إلى تورونتو وجدوا في استقبالهم في مطارها عددا كبيرا من المصورين والمراسلين الصحفيين الذين قد أسرتهم جميعا هذه المغامرة الفريدة وأثارت اهتمامهم وفضولهم والآن أصبح هناك ضغط حقيقي يجبر المغامرين على الأداء بعد أن سلطت عليهم الأضواء بهذه الصورة استغرق الأمر قرابة أسبوع بالنسبة لمعظم أفراد المجموعة للعودة إلى ديارهم وكل منهم قد حقق هذفه وكانت هناك بعض القصص المثيرة للاهتمام في رحلة عودته فأحدهم قد سافر إلى دياره متطفلا إذ كان يقف على جانب الطريق ويشير إلى السائقين للتوقف فيركب معهم مجانا ومن بين الوقفات التي وقفها في رحلته كانت تلك التي وقفها في مدينة مني أبلس حيث عمل هناك موظفا في كازينو وعاد ومعهما يزيد على 700 دولار أما عن الآخرين فقد عملوا في وظائف غريبة كان وين تسكي في الطريق يقوم بسؤال من يقابلهم من رجال الأعمال الأثرية هل لديكم أية أموال لا تخططون لإنفاقها اليوم؟ إذا كانت الإجابة بنعم كان يواصل حديثه بابتسامة عريضة قائلا هل يمكنني أن أحظى ببعض منها من فضلكم؟ وكان البعض يعطونه بالفعل إن كل ما تريده موجود هناك على الجانب المقابل للخوف وبعد عودتهم إلى مدينة أدمنتون تصدرت قصتهم الصفحات الأولى للصحف والمجلات وفي حقيقة الأمر فإن هذه المجموعة قد حققت شهرة أكبر بكثير مما استطاع الكثير من الحملات الإعلانية المكلفة تحقيقها ولقد اتفق أفراد المجموعة بالإجماع على أن هذه الرحلة كانت واحدة من أعظم خبرات التعلم التي خاضوها قاطبة لقد اكتشفوا أنه رغم قلة ما كان معهم فإنه كان من الممكن ليس فقط العودة بسلام ولكن تحقيق النجاح كذلك إن ثقتهم بأنفسهم قد زادت للغاية والتحدي الذي قام على 25 سنة قد أتاح أمامهم فرص عمل أكبر وأفضل في الشهور التي تلت ذلك التسامح والنسيان إن لديك قابلية وقدرة هائلة على التغلب على أعظم تحديات الحياة ثق بهذه الحقيقة واستخدمها في المرة القادمة التي تتعرض فيها لأزمة ما في وقع الأمر إن عليك أن تغتنم الفرصة لترقى بأدائك على مستوى أعلى عندما تخترق حاجز الخوف ستجني من وراء ذلك فوائدا كثيرة سوف تستمتع بالطمأنينة وراحة البال وبالقدرة على أن تحلم وعلى أن تضع لنفسك مستقبل مثيرا تتحرر فيه من أغلال الشعور بالذنب وتأني بالضمير عندما تقوم باستمرار بإنهاء ما لديك من أعمال معلقة تصبح الحياة بسيطة ومنظمة وهو الأمر الذي يمنحك فيضا عارما من الطاقة الجديدة وكل ذلك يولد الثقة بالنفس ومن المهم والضروري أن تفهم شيئا واحدا وهو أن الثقة بالنفس تنمو وتزداد بالتطبيق والفعل وليس بمجرد التفكير فالأفعال وحدها هي التي تولد النتائج تقول شاريل كرو في إحدى أغنياتها التغيير سوف يجعل منك شخصا أفضل حتى تحقق نتائجا مختلفة فأنت بحاجة إلى أن تغير شيئا ما وتذكر أن الأمر كله يبدأ من داخلك ومن ثم فإن شيئا لا يتغير حتى تتغير أنت إن التأجيل هو وسيلة تأخذك دون رجوع إلى حيث تظل عالقا ومتعطلا وكذلك فهو مبرر لعدم الأداء إليك نقطة أساسية بخصوص الأعمال المعلقة ابقى مركزا لأنك تحتاج حقا إلى استيعابها وهذه النقطة هي لكي تحرر نفسك تماما من رواسب الماضي يجب أن تتعلم أن تسامح اقرأ العبارة الأخيرة مرة ثانية يجب أن تتعلم أن تسامح هناك جانبان لهذا الأمر أولا أنت بحاجة إلى أن تسامح هؤلاء الذين اعترضوا سبيلك في الماضي الأهل والأصدقاء والأقارب والمدرسون وكل من حاول أن يزعزع ثقتك بنفسك أو أن يسيئ إليها لفظيا أو جسديا أو ذهنيا مهما كانت مرارة التجربة يجب عليك أن تسامح حتى تتحرر من رواسبها قد لا يكون هذا أمرا يسيرا ولكنه أمر ضروري وأساسي إذا أردت أن تنعم بالطمأنينة وراحة البال وبمستقبل أكثر سعادة ولكن كيف السبيل إلى مسامحة الآخرين أو بعبارة أخرى كيف تقوم بذلك فعليا ابعث إليهم بخطاب أو اتصل بهم هاتفيا أو قابلهم وجها لوجه افعل أي ما يقضيه الأمر فالمهم للغاية هو أن تسوي هذه المسألة وتحسمها بداخلك ودعها تذهب إلى حال سبيلها وامضي أنت قدما ثانيا تسامح وتصالح مع نفسك أسكت إلى الأبد صوت تلك الأفكار السلبية التي تشعرك بالذنب وتأنيب الضمير إن الماضي قد ولى وذهب إلى غير رجعة ومحال أن تقدر على تغييره ولكن الذي بوسعك أن تفعله حياله بذلا من ذلك هو أن تتقبل حقيقة أن كل ما كنت بأخذه من خيارات في الماضي إنما كان مبنيا على مستوى معرفتك وإدراكك في ذلك الوقت ونفس الشيء ينطبق على أهلك لا تلومنهم بخصوص أي شيء يتعلق بتربيتك فإنما فعلوه إنما فعلوه بناء على ظروفهم ومعتقداتهم وقدرتهم على التربيات والتنشيئة إن كلمة تسامح تشتمل فيما تشتمل عليه من معاني على العطاء يجب أن تعطي حتى تتحرر وأعظم هبة لديك تستطيع أن تمنحها للآخرين هي الحب وتذكر أن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا لم يكن يجري بداخلك نهر من الحب فكيف يكون بمقدورك أن تمنحه للآخرين والأمر كما قلنا يبدأ من داخلك أنت يجب أن تتخلص نهائيا من الأفكار التي تجعلك تقول لنفسك ليس الخطأ خطأي وأن تتخلص كذلك نهائيا من متلازمة يا لي من شخص مسكين وإلا فلا يشعر قلبك أبدا بلذة الحب الحقيقي إن القدرة على القيام بذلك تقتضي نوعا خاصا من الإدراك إنه الحياة في ظل مستوى أعلى من التسامح والعطاء والقيم بذلك بشكل فاعل يتطلب أن تحرر نفسك من أحداثه ورواسب الماضي وبالتالي يمكنك أن تصبح حرا فتمنحه دون قيد أو شرط إن الكثيرين من لا يعطون أبدا الإنسان الحقيقي الذي بداخلهم الفرصة لكي يطفوا فوق السطح وبالتالي يعيشون حياة خامدة غير مرضية وبدلا من أن يطوروا من أنفسهم ويتحدوها ليحققوا كل ما يستطيعون تحقيقه نجدهم يتقدمون بخطة متعثرة ويتعاملون بتخبط مع كل الأشياء اليومية بوسعك أن تكون مختلفا عن هؤلاء اتخذ قرارا الآن بأن تنأى بنفسك عن هذا العبث وأن تستكشف المواهب الفريدة التي حباك الله بها إنها هناك بداخلك تنتظر فقط أن تحررها من قيدها اطرح عنك مخاوفك وسامح هؤلاء الذين يحتاجون إلى المسامحة وثق بأنك تستطيع الحصول على ما تريد بأن تخطو خطوة واحدة في كل مرة وأن تتخذ قرارا واحدا في كل مرة وأن تحقق نتيجة واحدة في كل مرة ومن أروع قصص التسامح والحب تلك التي بدأت أحداثها قبل سنوات كثيرة إبان حرب فييتنام والقصة كما ترويها الصحافية باتريشيا تشيزم في مجلة مكلينز كانت الفتاة الصغيرة فانتاي كيم فوك التي تبلغ من العمر تسع سنوات تحاول الفرار من قريتها مع الفارين عندما بدأت القنابل التي أسقطتها القاضفات الأمريكية مستهدفة قواعدا وثكنات عسكرية تنفجر في كل مكان حولها تتذكر هذه الفتاة ذلك المشهد قائلة وجدت الملابس التي أرتديها تشتعل فيها النيران كل شيء كان يحترق رأيت النيران تنسك بكفي وثراعي ولكنها بعد ذلك بدأت تجري في محاولة يائسة للهرب من دائرة النيران تقول لم يكن هناك مجال للتفكير لا شيء سوى الخوف المحدق بنا ونيران كانت حرارتها تنفح وجوهنا كانت هذه الفتاة قد أصيبت بجروح بالغة في ظهرها حيث تعرضت مساحات كبيرة من جلها للاحتراق بالنطان وهو مادة تستخدم للتثخين تقوم بتحويل البنزين إلى مزيج يشبه الجلي يلتصق بالأسطح بما فيها الجلد عند اشتعاله كان المصور الصحفي نيك يوت حاضرا في ذلك الحين وعندما رآها أسرع بنقلها إلى مستشفى قريب مكثت فيه لمدة 14 شهرا وجريت لها خلالها عمليات جراحية كثيرة ولقد استطاع هذا المصور الصحفي أن يسجل بعدسته تلك اللحظة المأسوية في صورة نال عنها جائزة بولترس برايس وهي إحدى الجوائز الهامة التي تمنح سنويا للمتميزين في مجال الصحافة في الولايات المتحدة وقد أظهرت فان كيم التي تعيش الآن في كندا بعد سنوات من إعادة التأهيل ومحاولة التكيف مع الحياة الغربية قدرة رائعة على التسامح وقد اشتركت في خريف عام 1996 في الاحتفال الذي أقيم في واشنطن العاصمة إحياء لذكرى حرب في أتنان وفي هذا الاحتفال جمعتها الصدفة وبشكل غير متوقع مع الكابتن جون بليمر وهو القائد الذي أعطى أوامره للطائرات لشن تلك الضربة الجوية الحاسمة على قريتها عندما جلس الاثنان جنبا إلى جنب وتصافح بابتسام كان واضحا أن كيم لم تكن تضمر له في تلك اللحظة شيئا اللهم إلا مشاعر الود الأمر الذي يجعل منها مثالا نادرا فيما يتعلق بالمسامحة والغفران كثيرون كانوا إذا ما خاضوا مثل تجربتها سيعيشون أسرى لمشاعر الاستياء والكره التي كانت ستستولي عليهم تماما لسنوات أما هي فقد اختارت أن تتجلب التفكير والتأمل في الحرب تقول إنني لا أدع في حياتي أبدا مجالا للأسى والحزن إن الشعور بقدر ولو ضئيل من المرارة حتى في أعماق كياني أمرا مرهقا وشديدا الوضع للغاية ولكن بدلا من ذلك فقد قررت كيم أن تنضي قدما دون النظر إلى الوراء وهي الآن متزوجة وتحيا حياة سعيدة ورزقت بابن تقوم على تربيته ومما لا شك فيه أن قدرتها على الحب والتسامح قد جعلتها تتقدم بشكل أسرع ونحن عادة لا ننظر إلى الثقة بالنفس على اعتبار أنها عادة يمكن اكتسابها ولكننا غالبا ما ننظر إلى الآخرين الذين يبدو أنهم يستمتعون بحياتهم إلى أقصى حد ونتمنى أن لو ولدنا وبنا صفات كالتي يمتلكونها ولكن على الرغم من حقيقة أن هناك أشخاص معينين يمتلكون قدرا من مشاعر الود والانبساط أكبر مما يمتلكه الآخرون فإن الثقة بالنفس تعد من الأمور التي يمكن اكتسابها غير أن الثقة بالنفس لا تعني أنك بحاجة إلى أن تتباهى وتستعرض ما لديك من طاقة إيجابية مفرطة إن بعضا من أنجح الأشخاص وأكثرهم ثقة بأنفسهم ممن نعرفهم لديهم قوة داخلية هادئة من النادر أن تظهر بصورة معلنة وثقة بالنفس تنشأ بشكل أساسي من المسجد بين اتجاه إيجابي وفعل إيجابي كذلك فالاتجاه والفعل يشتملان كلاهما على قوة الاختيار فبإمكانك كل يوم أن تأخذ خيارا وعيا بأن تفكر بطريقة أكثر إيجابية وكذلك بإمكانك أن تختار بين اتخاذ إجراء إيجابي وعدم القيام بذلك ومن هنا نصل إلى أن هناك علاقة مباشرة بين اتجاهك وما تتخذه من خيارات في آخر الأمر الثقة بالنفس لها علاقة كبيرة بنجاحك وبقدرتك على الحصول على ما تريد ومثلما تدرك على الأرجح فدرجة الثقة بالنفس من الممكن أن تتغير بسرعة في وقع الأمر فإن ثقتك بنفسك توضع كل يوم في اختبار عسير ومن أكبر الأمثلة على فقدان الثقة ذلك الموقف الذي حدث في بطولة الأساتذة في الغولف التي عقدت في أوغاستا جورجيا في عام 1996 كان أداء اللاعب الاسترالي غريغ نورمان الذي كان أحد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة متميزا للغاية فمع نهاية اليوم الثالث لها كان متصدرا للبطولة ومتقدما بست ضربات على أقرب منافس له وهو نيك فالدو ولما كانت البطولة قد أوشكت على الانتهاء ولم يبقى إلا جولة واحدة فقد كان باديا عليه أنه على يقين تام من فوزه بالبطولة وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من ارتداء السترة الخضراء الشهيرة التي يتم إهداؤها للفائز في الحفل الختمي كان كل ما يحتاجه ليحقق الفوز بعد أن وصل إلى هذه المرحلة هو مجرد أداء عادي ولكن ما حدث هو أنه قد بدأ يفقد السيطرة على مجرى المباراة خلال الجولة الأخيرة وعلى نحو لا يمكن تفسيره في خلال 24 ساعة تلاشى ما كان قد أحرزه من تقدم بست ضربات على أقرب منافسه وانتهى به الحال إلى خسارة المباراة والبطولة بفارق خمس ضربات لصالح نيك فالدو الذي استطاع بهدوئه أن يكسر تقدم نورمان عليه ذلك التقدم الذي كان باديا للجميع أنه لا يقر حقا إن إصرار فالدو وثقته بنفسه هما لذان قلب الموازين وجعله يحقق الفوز في النهاية وفي وقع الأمر فقد كانت من عادة فالدو في مبارياته أن يأتي من الخلف مندفعا ليحقق الفوز في اللحظات الأخيرة وعلى نحو غير متوقع وقد فاز ببطولة الأساتذة مرتين متتاليتين في عامي 1989 و1990 بنفس الطريقة لقد فقد غريغ نورمان ثقته بنفسه بشكل ملحوظ مع بداية الجولة الأخيرة وتغيرت الخطوات الواثقة الثابتة التي كان يسير بها والتي شهدها الجميع في اليوم السابق على الجولة النهائية إلى خطوات مسترخية مترنحة وبدى في عينيه تعبير صامت وهو يرى حلمه بالفوز بالبطولة وهو الحلم الذي طالما راوده يتلاشى أمام عينيه إن سقوطه التدريجي سيظل يذكرنا بشدة بما يمكن أن ينتج عن تقلب الثقة بالنفس إن عدم الثبات وتذبذب درجة الثقة بالنفس من الممكن أن يجعلك قويا وإيجابيا في أحد الأيام ولكنك ستجد نفسك في اليوم الذي يليه في تشوش تام وفوضى كاملة ولكي تقاوم هذا الأمر بشدة دعنا نلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات العملية التي سوف تساعدك على زيادة وتفعيل ثقتك بنفسك ست استراتيجيات لبناء الثقة واحد ذكر نفسك كل يوم أنك فعلت بعض الأشياء بطريقة جيدة بدلا من أن تفكر ماليا فيما لم تنجح في أدائه أو في المهام التي لم تنجزها ركز على المهام التي استطعت إنجازها بالفعل ولا تقلل من أهميتها استخدم استراتيجية كن متيقظا بي أليرت التي أشرنا إليها في الفصل الرابع بصورة يومية حتى توضح هذا الأمر تحدث إلى نفسك بحديث ذهني تحفيزي قصير في بداية ونهاية كل يوم اعطي نفسك درسا تماما كما لو كنت ستساعد شخصا آخر لكي يتغلب على تحدي ما اثنان اقرأ التراجم والسيارة الذاتية الملهمة أشارنا إلى هذه الاستراتيجية من قبل في فصل سابق ولكننا نريد التأكيد عليها مرة أخرى اقرأ كتبا ومقالة ومجلات قم بعمل ملفا خاص لك تجمع فيه تلك القصص التي تلهمك أكثر من أي شيء آخر قم بتسجيل الأفلام التسجيلية التلفزيونية المتميزة استمع إلى أشريطة الكاست أو شاهد أشريطة الفيديو اذهب إلى السينما لمشاهدة الأفلام السينمائية فسوف تجد فيها الكثير من القصص الرائعة حاول أن تعرف عن أشخاص بدأوا من الصفر أو واجهوا عقبات شديدة ولكنهم وجدوا رغم ذلك وسيلة للفوز وتذكر أن قدرتك تفوق بكثير مستوى أدائك الحالي إن الحياة الخالية من التحديات هي مجرد وهم ومن ثم فعليك أن تتقبل حقيقة أنك ستواجه شيئا من تقلبات الزمان شأنك في ذلك شأن الجميع وأن ثقتك بنفسك ستزداد عندما تتقبل تحديات الحياة بشكل فعال ومفعا بالنشاط بالطبع لن تفوز في كل تحدي تواجهه ولكن في ظل الثقة بالنفس والاتجاه السليم سوف تفوز في عدد كبير جدا منها 3- كن شاكرا أي أن كان مدى ما قد تكون عليه ظروفك من سوء فهناك على الأرجح من يمر بظروف أسوأ بكثير وإذا كنت تشك في ذلك فتطوع بجزء من وقتك وقم بزيارة إلى قسم الحروق في مستشفى للأطفال لا تعطي الأمور أكبر من حجمها فكر في كل هذه الأشياء التي قللت من شأنها وفي كل هؤلاء الأشخاص الذين عملتهم باستخفاف فهناك من هو محروم من وجود مثل هذه الأشياء أو مثل هؤلاء الأشخاص إن معظم مشكلاتك سوف تهون وتبدو أقل خطورة عند مقارنتها بكل ما تستمتع به من مزايا كل يوم فقط حاول أن تلقي نظرة ذهنية سريعة على كل تلك المزايا أربعة أحط نفسك بمن يستطيعون مساندتك على نحو ممتاز إذا كنت بحاجة إلى العون فقم بإنعاش ذاكرتك بمراجعة الفصل الخامس تكوين علاقات منتازة خمسة اضغط على نفسك لتحقيق أهدافك قصيرة المدى ليست هناك وسيلة لبناء الثقة أفضل من إنجاز الأمور اعمل على إيجاد مناخا من الإنجاز كل أسبوع ركز على أهم ثلاثة أهداف بالنسبة لك قم كل يوم بعمل شيئا يقربك من إنجاز مشروعا أو إتمام صفقة أو تقوية علاقة مع أحد ما لا تسمح للآخرين أو لأي شيء بتشتيت انتباهك أو بمقاطعتك من خلال القيام بذلك سوف تتخلص من مشاعر الذنب والفشل قم بخطوة صغيرة في كل مرة تأكد من أن أهدافك واقعية إن رفض الذات من الممكن أن يدم رثقتك بنفسك لذا لا توبخ نفسك عندما لا تسير الأمور كلها كما خططت لها كن مرنا وعندما يقول لك الآخرون لا فلا تأخذ المسألة على محمد شخصي وتقبل حقيقة أنك بحاجة إلى أن تخسر في بعض الأحيان قبل أن يمكنك الفوز 6- افعل شيئا لنفسك كل أسبوع اعمل على أن تجد طريقة تحتفل بها بما حققته من إنجازات على مدى الأسبوع ألا تستحق ذلك؟ 7- إذا أجبت بالنفي فعود إلى الخطوة الأولى وابدأ من جديد 8- الطريق إلى الثقة بالنفس مفروش بالانتصارات الأسبوعية فتعلم الترحيب بها عامل الإيمان لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن السعادة مرتبطة بصورة واضحة بمدى ثقة الإنسان بنفسه والإنسان بطبعه يجد مصدرا هائلا للغطة والثقة بنفسه في وجود صلة إيمانية قوية بينه وبين ربه ابحث عن هذه الصلة داخلك وقم بتقويتها إلى أقصى قدر ممكن ماذا تفعل إذا انتابتك حالة من الكسل؟ 1- سلم بأنك تمر بهذه الحالة توقف عن العمل لفترة قصيرة لإعادة التفكير وإعادة شحذ طاقتك وإعادة التركيز تحدث إلى الأشخاص الذين يساندونك بشكل أفضل من غيرهم كأن تتحدث إلى معلميك وأصدقاءك وأسرتك 2- ذكر نفسك بإنجاز هام قمت بتحقيقه تخير انتصارا بارزا قمت بتحقيقه وجعلك تشعر شعورا عظيما 3- عد بذاكرتك إلى الوراء واسترجع تفاصيله في ذهنك بحيوية تحدث عنه لنفسك 4- انظر إلى الصور الفوتوغرافية أو إلى شهادات التقدير التي حصلت عليها 5- أو إلى خطابات الشكر التي وردت إليك 6- احتفظ لنفسك بسجل للنجاح عبارة عن دفتر تنصق على صفحاته الصور وقصصات الورق الخاصة بأكثر ذكرياتك إيجابية يجب أن تدرك أنك تمتلك الموهبة وأنك قد أثبت هذا من قبل وقادر على إثباته مرة ثانية 3- ارجع إلى الأساسيات أحد الأسباب الرئيسية التي ينتج عنها عدم تحقيق أي نتائج 4- هو أنك لا تتدرب على الأساسيات أو لا تمارس العمل عليها 5- قم بمراجعة بسيطة لواقعك حتى تجيب على السؤال التالي 6- هل تقوم بأداء المهام السهلة بدلا من الأنشطة التي تضمن لك تحقيق النتائج المطلوبة؟ 7- خذ قصة من الراحة إذا كنت تشعر بإرهاق جسدي أو ذهني 8- واستعد طاقتك قبل أن تبدأ العمل من جديد 8- يجب أن تدرك أن بوسعك اجتياز هذه المحنة 9- إن الحياة مليئة بالمحن ولكن هذه المحن لا تدوم إلى الأبد 10- فتعامل معها خطوة بخطوة 10- ذكر نفسك قائلا لها 11- سوف تنقشع هذه الغمامة أيضا 12- وسوف تشرق الشمس تدريجيا مرة ثانية 12- وكما ذكرنا من قبل فإن المغامرة والمستكشف الشهير جون جودارد 13- يعد أحد أعظم واضع الأهداف في العالم 14- لقد حقق في حياته من الأهداف أكثر مما كان سيحققه عشرون شخصا مجتمعين 15- وعندما سئل عن الكيفية التي يتغلب بها على العقبات التي تواجهه أجاب 16- عندما أصبح عالقا أعاود البدء بواسطة التركيز على هدف واحد بسيط 16- أستطيع تحقيقه في الأيام السبعة المقبلة 17- ولا أفكر في أي شيء آخر خلاف ذلك 17- وعادة ما يعيد إلي ذلك الأمر طاقتي ونشاطي مرة ثانية 18- عندما تعتقد أنك لا تستطيع فعل شيء ما 19- تذكر أحد انتصاراتك السابقة 19- خاتمة 20- تعد الثقة بالنفس مقوما أساسيا في سعيك لكي تحظى بنجاح مستمر 21- وهي شيء غير مرئي 22- شأنها في ذلك شأن عناصر اللغز الهام ما الأخرى 23- فالحب والإيمان والصدق والأمانة جميعها أشياء غير مرئية 24- عندما تحاول تعريف أي منها بشكل مستقل 25- وكذلك الحال بالنسبة للثقة بالنفس 26- وإليك مثالا 27- حتى كتابة هذه السطور 28- كان ألفس تويجيكو بالفعل قد حصل على بطولة العالم للرجال 29- في التزحلق على الجليد ثلاث مرات 29- كما كان حاصلا على الميدالية الفضية 30- في إحدى دورات الألعاب الأولمبية 30- وفي بداية العقد الثالث من حياته 31- كان قد وصل إلى القمة في هذه الرياضة 32- التي لا تتطلب براعة فائقة فقط 33- ولكنها كذلك تحكمها سياسات خلافية 34- حيث يتعين على اللاعب عادة 34- أن ينتظر دوره قبل أن يتم قابوله في تصنيفات العليا 35- وإلرس لاعب فذ 36- ويقوم بالتزحلق على الجليد متبعا برنامجا مختلفا عن الآخرين 36- يجسد خبرته وشجاعته في ممارسة فنون هذه اللعبة 37- إنه موهبة متجددة 37- ومثل كل الأبطال الرياضيين 38- فهو يتمرن بجدية بالغة ويتدرب بشكل لا يعرف الليل 39- وعندما سئل عن السبب الأول لنجاحه البارز 39- توقف لحظة ليفكر 40- ثم قال ببساطة 40- آمنت بنفسي وبقدراتي 40- نعم هذا هو كل ما في الأمر 41- آمنت بنفسي وبقدراتي 41- إن الثقة بالنفس هي التي تجمع كل الأشياء الأخرى معا 42- وهي عادة من العادات التي تتشكل من العديد من المصادر 42- أنت الآن لديك العديد من الطرق 43- تستطيع بها أن تزيد مستوى ثقتك وإيمانك بنفسك 44- استمتع بالتحدي 44- راجع هذه الاستراتيجيات بدقة وعناية 45- وتأكد من أن تكمل كل خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل 45- ثم ابدأ في وضع تلك الخطوات في حيز التنفيذ 46- خطوة واحدة في كل مرة 47- تدرب على أن تثق بنفسك واجعل هذا عادة يومية لك 47- وعندما تفعل ذلك لا يمضي وقتا طويل 48- قبل أن تقوم بعمل قائمة خاصة بك 49- تضم نجاحاتك البارزة 49- خطوات العمل 50- الانتهاء من الأعمال المعلقة 50- قم بإعداد قائمة تشتمل على المسائل التي تحتاج إلى الانتهاء منها 51- قم بسرد ثلاثة منها على الأقل 52- بعد ذلك قم بكتابة طريقة محددة للانتهاء من كل واحدة منها 52- ما هي خطتك للعمل؟ 53- قم بتحديدها بوضوح 54- وأخيرا قرر التاريخ الذي تكون فيه قد أكملت ذلك الأمر 55- ثم ابدأ 55- الأعمال معلقة 55- أعمال معلقة أريد إنجازها في الوقت الحالي 56- مسائل تتعلق بعلاقات بالآخرين 57- مسائل مالية أو قانونية أو مرتبطة بالعمل 58- مشكلات صحية 58- مسائل تتعلق بالتنظيم 58- المكتب، المنزل، الجاراج إلى آخره 59- تدون على أسطر متفرقة 60- مرقمة من الأعلى إلى الأسفل 61- 1- 2- 3- 4- 5 60- فائدة محددة تنتج عن الانتهاء من هذا العمل المعلق 61- صف ما سوف تشعر به وقتها 61- بنفس الشكل من الأعلى إلى الأسفل 62- على أسطر مختلفة 62- 1- 2- 3- 4- 5 62- خطة عمل للإنجاز 63- ما الذي سوف تقوم بفعله على وجه التحديد 63- 1- 2- 3- 4- 5 64- تاريخ انتهاء العمل 64- 1- 2- 3- 4- 5 65- نحن واثقون من أنك سوف تنهي الفصول الأربعة الباقية 65- فهيا إليها 65- إذا كان هناك ما تجنيه وليس هناك ما تفقده من وراء السؤال 66- فاسأل مهما كلف الأمر 67- W. Clement Stone 67- جوناثن فتى في الحادية عشرة من عمره وهو شغوف بالموسيقى 67- يمتلك جوناثن موهبة غير عادية في العزف المنفرد على آلة الساكسفون 68- إلى جانب ميله إلى تأليف الموسيقى 69- وربما تواتيه في أحد الأيام الفرصة للعزف في أوركسترا سيمفونية شهيرة 69- ويصبح في نهاية الأمر قائدا لها 69- يا له من شيء رائع 70- أما في الوقت الحالي 70- فإن أقصى أمنياته 71- هي أن يكون بحوزته ما يكفي من المال 71- لشراء آلة ساكسفون جديدة 71- وبيانو يؤلف عليه مقطعات موسيقية 72- وعندما يكون عمرك أحد عشر عاما 73- يكون من الصعب أن تعثر على وظيفة ذات عائد جيد 74- خاصة عندما تشغل المدرسة معظم وقتك على مدار الأسبوع 74- ومع ذلك فجانثن مصمم على تحقيق هدفه 75- فهو يريد بالفعل اقتناء هاتين الآلتين الجديدتين 75- وهو يذهب في أيام الجمعة إلى السوق القريبة 76- ويقف بالقرب من أحد أبواب الدخول الرئيسية 76- ويقوم بأعداد منصة للعزف 77- ثم يخرج آلة كلارينت من حقيبة قديمة 77- ثم يبدأ في العزف عليها 78- بعد أن يضع أمامه لافتة كتب عليها بخطيره 78- اسمي جوناثن وعمري أحد عشر عاما 79- إنني أحاول كسب بعض المال لشراء بيانو وآلة ساكسفون 79- فهل يمكنك مساعدتي؟ 80- شكرا جزيلا 79- وبجوار اللافتة يوجد وعاء بلاستيكي وقائمة بالطلبات الشخصية 79- لقد توصل جوناثن إلى معادلة سحرية هذه المعادلة تسمى السؤال 80- إلى جانب أنه يفعل ما ليفعله معظم الأشخاص 80- ألا وهو اتخاذ الإجراء الإيجابي 80- وبينما يقوم جوناثن بعصف جزءا من المقطوعات الشهيرة 80- تبدأ النقود في الورود إلى الوعاء البلاستيكي 80- دولارا من رجل أعمال يمر به 80- وخمسون سنة من فتاة صغيرة 80- وخمسة دولارات من سيدة مسنة أنيقة الملبس 80- بهذا المعدل أن يطول الوقت اللازم لكي يتمكن جوناثن من تحقيق هدفه 81- من خلال القليل من الإبداع في التفكير 82- واستحضار شجاعة اللازمة للسؤال 82- أمكنه التوصل إلى وسيلة متميزة للحصول على ما يريده 83- مع تحلي جوناثن بهذا النوع من الإصرار الداخلي 84- من منا سوف يتوقع عدم تحقيقه لأقصى طموحاته في مجال الموسيقى 85- ليس أحدنا بالتأكيد 85- اسأل وسوف تجاب 86- لقد كانت موجودة منذ زمن بعيد 87- بعيدا جدا 87- هذه الهبة المسمى بالسؤال 87- وفي الواقع فإن إحدى حقائق الحياة الأساسية تنص على 87- اسأل وسوف تجاب 88- أليس الأمر بهذه السهولة؟ 89- بالطبع هو كذلك 89- كما أن الأطفال هم أفضل من يقومون بذلك 89- عادة يكون أسلوبهم هو السؤال إلى أن يحصلوا على ما يريدونه 89- ولكوننا بالغين فالأمر يبدو كما لو كنا نفتقد القدرة على السؤال 89- نحن نحرص على ذكر جميع الأسباب والمبررات لتجنب أي رفض محتمل 89- والأطفال لم تتم برمجتهم للتصرف على هذا النحو 89- فهم يعتقدون أن بمقدورهم الحصول على أي شيء يطالبون به 90- سواء كان هذا حمام سباحة بطول خمسين قدما أو آيس كريم بالشوكولاتة 89- وإليك ما أنت بحاجة إلى إدراكك 90- إن العالم ومن فيه يستجيبون لهؤلاء الذين يحرصون على السؤال 91- إذا كنت لا تقترب من تحقيق ما تسعى إليه 91- فالأرجح أنك لا تسأل بما فيه الكفاية 91- ولحسن الحظ هناك طرقا كثيرة للسؤال 92- وسوف تتعلم في الصفحات القليلة القادمة مجموعة متنوعة من استراتيجيات السؤال 93- التي سوف تضمن لك النجاح في الوصول إلى غايتك 94- وتتميز هذه الاستراتيجيات بقوتها وفاعليتها في مجال العمل وكذلك على مستوى حياتك الشخصية 95- إليك عبارات مفيدة مكونة من ثلاث كلمات تذكرك بالحرص على السؤال 95- دائما ابحث عن المعرفة 96- Always seeking knowledge 96- ونلاحظ أن الحروف الثلاثة الأولى لهذه الكلمة تكون كلمة ask 96- والتي تعني اسأل 97- أما العبارة نفسها فتعني السعي دائما وراء المعرفة 97- والبعض يقول هنا أن المعرفة قوة 98- لكن هذا ليس صحيحا 99- وإنما الصحيح هو أن استخدام المعرفة هو القوة الحقيقية 99- وهذا أمر يجب عليك تذكره دائما 99- عندما تسأل يمكنك الحصول على كافة أشكال المعرفة 99- والأفكار والاستراتيجيات وأسماء الأشخاص ذوي النفوذ والسلطة وحتى المال كذلك 99- وهناك العديد من الأسباب الجيدة للسؤال 100- كما أن عوائد وثمار ذلك ستكون هائلة ومهمة في الوقت ذاته 100- فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتعثر الأشخاص عندما تتاح لهم فرصة السؤال؟ 101- هناك ثلاثة أسباب أساسية لذلك 101- لدى هؤلاء الأشخاص اعتقاد بأنه ليس من الصواب أن يسألوا 102- يفتقرون إلى الثقة 103- يخافون من الرفض 103- للحصول على تفاصيل أكثر بشأن كيفية التغلب على العوائق والحواجز الشخصية التي تحول دون السؤال 104- اقرأ The Aladdin Factor 105- إن المعتقدات الشخصية القديمة والراسخة من الممكن أن تعوق تقدمك وتعرقل مسيرتك 105- يجب عليك أن تدرك أن هناك طرق أخرى لرؤية الحياة والظروف وتقييمها 105- قم بأحداث تغييرا في كيفية رؤيتك للأشياء وما تعطيه الأولوية الحقيقية 10- دعنا نتخلى عن كل هذه الأفكار القديمة فهي تقف عائقا في طريق مستقبلك وتقضي على قدرتك على السؤال 10- هل تتذكر السبب الثاني؟ 11- نعم إنها تلك السمة الانهزامية الناجمة عن ضعف الثقة والتي قمنا بتناولها في الفصل السابق 11- إن عدم الثقة بالنفس سوف يعيق رغبتك في السؤال 12- ومرة أخرى فإن النجاح يكمن في تحتيم الحواجز والعوائق القديمة المتأصلة 13- ثق بنفسك قم باتخاذ خطوة إلى الأمام 14- اسأل على أي حال 14- إن أسوأ إجابة قد تحصل عليها هي لا 15- وهي ما تستدعي السبب الثالث وهو 15- الخوف من الرفض عندما تحصل على استجابة سلبية 16- فهل ذلك سيزيد الموقف سوءا؟ 16- ليس حقيقة إلا إذا كنت تأخذ الأمر على محمل شخصي 17- وهذا هو السبب الأول لخوف الأشخاص من الرهض 18- إن بعض الأشخاص لا يجيدون التعامل مع مشاعرهم 19- بالرغم من أن كلمة لا ليس المقصود منها أبدا إحضاط أو مضايقة السائل 20- على هذا الأساس ما هي احتمالات قيامك بالسؤال؟ 21- هل تعمل أي من هذه القوى السلبية الثلاثة على القضاء على فرصة تقدمك إلى الأمام؟ 21- إذا كان الأمر كذلك فهذا هو الموضوع الذي يجب أن تبدأ منه 22- وهو ما يسمى القيام بقفزة الثقة 23- وهذا يعني التخلي عن الآراء والمعتقدات القديمة والشعور بالرضا عن نفسك 24- واستيعاب أن الحياة لا تسير دائما على النحو الأمثل 25- من الطبيعي أن تواجه الكثير من العقبات على طول الطريق 25- سبع طرق للارتقاء بأعمالك 26- كل ما عليك هو السؤال 27- هذه سبع طرق جيدة لضمان أن مشروعك سيصبح أكثر ربحية 28- اتبع هذه الطرق وسوف تتضاعف إيراداتك 29- ولمساعدتك في هذا قم بتنفيذ خطوات العمل الواردة في نهاية هذا الفصل 30- تحت عنوان سبع طرق للارتقاء بأعمالك 31- اسأل للحصول على المعلومات 31- لكسبع عملاء جدد محتملين تحتاج في البداية إلى معرفة تحدياتهم الحالية 32- وما يريدون تحقيقه وخطتهم للقيام بذلك 33- عندئذ سوف يمكنك الانتقال إلى مرحلة توضيح وشرح مزايا المنتج أو الخدمة الفريدة التي تقدمها 34- ومن العجيب أن الكثيرين يفشلون في أداء هذه المهمة البسيطة 34- ويشتهر مندوب المبيعات بتجاهلهم لهذا الجزء الأساسي من العرض التقديمي للمنتج 35- فعادة ما يكون تفكيرهم منصبا على العائد المادي من وراء الصفقات 36- وإذا ما نظرت إليهم جيدا فسوف ترى الرغبة في الحصول على المال تلتمع في أعينهم 37- مما يدل على أنهم لا يركزون إلا على إفراغ حافظة نقودك مما بها من مال 38- ونحن نطلق عليهم أديناصرات 39- إليك طريقة أفضل 39- أولا يجب عليك أن ترجئ مصلحتك الشخصية 40- فهذا شيء في غاية الأهمية 41- ركز على تقديم العون الحقيقي للشخص الذي تلتقي به 41- قم بتوجيه الأسئلة التي تبدأ بكلمات مثل 42- من؟ 42- لماذا؟ 43- ما؟ 43- أين؟ 44- متى؟ 44- كيف؟ 44- وذلك للحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها 45- هذا ما يسمى بعملية الاستكشاف 46- والمحامون تحت الاختبار خبراء في القيام بذلك 47- فأثناء مرحلة الاستكشاف 48- يسمح لهم بتوجيه أي سؤال يساعدهم على الإعداد والتجهيز لقضيتهم 49- وهم لا يعتمدون على التخمين 49- وعندما تكون بحوزتهم حقائق القضية 50- يمكنهم تقديم دفاعاً أو بيان إدانة قوي في قاعة المحكمة 51- والحال كذلك في عالم التجارة والأعمال 52- فعندما يمكنك استيعاب وتقدير احتياجات الأشخاص الذين تلتقي بهم 52- يكون بمقدورك أن تقدم لهم حلاً جيداً 53- وإذا كان كل شيء مناسباً 54- فسوف يكون هذا الحل بالنسبة لهم هو المنتج أو الخدمة التي تقدمها 54- وهناك سؤالان مهمان يجب طرحهما أثناء عملية الاستكشاف 55- أولاً 55- ما هي أكبر التحديات التي تواجهك في الوقت الحالي؟ 55- لقد اكتشفنا أن هذا السؤال يعد وسيلة رائعة لشيوع جو من الألفة 56- وإليك مفتاح النجاح 57- يجب عليك أن تظهر اهتماماً حقيقياً عندما توجه السؤال 58- فإذا كان ما تنطق به يخرج في صورة إكليشي مأخوذ من دليل مبيعات قديم 59- فسوف تواجه بالرفض 59- وعندما يجيب الطرف الآخر احرص على أن تستمع إليه بعناية 60- ثم وجه سؤالاً آخر يمكنك أن تحصن من خلاله على المزيد من المعلومات 60- كرر هذه العملية إلى أن تستكشف جميع جوانب الموضوع حسب ما تريد 61- ونحن نطلق على هذه العملية اسم تقشير البصل 62- ففي كل مرة توجه فيها سؤالاً جديداً فإنك تعمل على إزالة طبقة أخرى 63- ويؤدي إزالة المزيد من الطبقات في النهاية إلى الوصول إلى جوهر الموضوع 64- عادة ما يكون هذا الموضوع الذي تكمن فيه أهم المعلومات 64- لكن الأمر يحتاج إلى استجواب متقن للوصول إلى هذه المعلومات 64- ويستخدم مستشار الزواج أو الطبيب النفسي الناجح 65- نفس الأسلو لاستكشاف ما يكمن وراء علاقة غير سوية أو حالة اكتئاب حادة 65- لذا تدرب على توجيه أسئلة بسيطة ومباشرة 66- كن منتبهاً واستمع جيداً 66- وتعلم قراءة ما بين الصطور 67- وتذكر أن القضايا الحقيقية عادة ما تكون مختبئة تحت السطح 67- وسؤال المهم الثاني لبدء الحوار هو 67- ما هي أهم أهدافك وغاياتك في السنوات القليلة القادمة 68- إذا كنت تعتقد أن الأشخاص لن يقوموا بالإجابة على سؤال كهذا 69- فأعد التفكير 69- وإذا كنت قد نجحت في إشاعة جو جيد من الألفة المتبادلة 70- في الدقائق العشر الأولى مع النجاح في ستر رغبتك في إتمام الصفقة 70- وإظهار اهتماماً صادقاً بمشروعاتهم 71- فسوف يخبرك الأشخاص بأكثر مما تعتقد 71- يروي لنا لس 72- إنه لشيء مدهش حقاً 73- فبعد عشر دقائق من لقائي بأحد أصحاب الشركات 74- أو أحد المديرين للمرة الأولى 74- وعندما أقوم بتوجيه السؤال المتعلق بالأهداف 74- فعادة ما يهب محادثي واقفاً ويقول 75- دعني أغلق باب المكتب 75- وبعد ذلك يفتح قلبه لي ويفضي إلي بما في سريرته 76- ويبدو الأمر كما لو كان هؤلاء الأشخاص 77- في انتظار من لديه رغبة في الإصغاء إليهم 78- بحيث يمكنهم التخلص من بعض الهموم والأعباء 79- التي تثقل حياتهم المهنية والشخصية 79- إياك والتقليل من قيمة الأسئلة المختارة بعناية 80- والقدرة على الإنصاط 80- وهناك نصيحة أخرى لاستفادة بها عند السؤال 80- وهي أنه لا يجب عليك أن تستجوب الأشخاص 80- بوابل متصل من الأسئلة 80- التي تتطلب أجوبة قصيرة 80- للوصول إلى خلاصة الأمر 81- ولكن بدلا من ذلك 81- قم بالإدلال ببعض التعليقات فيما بين الأسئلة 82- أعرض عليهم فكرة تدور في رأسك 82- أو قدم إليهم اقتراحا مفيدا 83- استمع جيدا إلى ما يقوله الشخص الآخر 84- ثم وجه سؤالك التالي بحرص 84- وكلما زادت قدرتك على الربط بين كلامه وأسئلتك التالية 85- أصبح عميلك هذا أكثر ارتياحا واسترخاءا 85- مما يزيد من احتمالات نجاحك 86- وهذا هو ما يؤدي إلى إرساء ذلك المقاوم السحري 87- المسمى بالثقة المتبادلة 87- عندما تنجح في إشاعة جوا من الثقة المتبادلة بينك وبين عملائك 88- ينفتح باب النجاح أمامك على مصرعي 89- ويتم الترحيب بك في حفاوة بالغة 89- الأمر الذي يجعلك في النهاية تحقق عوائدا مالية ضخمة 89- تستطيع كذلك ممارسة هذا النوع من توجيه الأسئلة في حياتك الشخصية مع الأسرى والأصدقاء 89- وستكون ثمار ذلك على نفس القدر من الأهمية 89- إثنان 90- إسأل لإنجاح مشروعك 90- إليك هذه الإحصائية المدهجة 90- بعد إجراء عرضا تقديمي كامل عن مزايا المنتج أو الخدمة التي يعرضونها 90- أكثر من 60% من مندوب المبيعات لا يسألون للحصول على طلب العميد 90- وهذه عادة سيئة بلا شك ومن الممكن أن تؤدي في النهاية إلى إخفاقك في مشروعك 90- إذا كنت تحتاج إلى المساعدة للتخلي عن هذه العادة 91- فالأطفال هم أفضل النماذج التي يمكن الاحتذاء بها في هذا الصدد 91- وكما اتضح لك من قصة الطفل جاناثان 91- فالأطفال يعدون مندوب مبيعات موهوبين بطبيعتهم 92- وإليك دليلا آخر على ذلك 93- نحن نلعب الغول في ظهيرة أحد أيام يوليو الحارة 94- ومنطقة الاستراحة وتناول الشاي موجودة عند الحفرة السادسة بالقرب من السور الخارجي 94- وعلى الجانب الآخر من السياج تجلس فتاة صغيرة عمرها 6 أعوام تقريبا 95- على مائدة خشبية صغيرة ويوجد على المائدة إبريقان كبيرا من البلاستيك 95- أحدهما مملوءا بالشاي المثلج والآخر بعصير الليمون 96- وبينما تنتظر مجموعتنا المكونة من أربعة أشخاص حتى ينتهي اللاعبون المتقدمون علينا من اللاعب على الحفرة 97- توجه إلينا الفتاة الصغيرة السؤال التالي 97- هل تحبون تناول مشروبا مثلجا بينما تنتظرون؟ 98- قال ذلك وهي تقف ممسكة كوبا بلاستيكيا في إحدى يديها 99- وهناك ابتسامة عريضة مرسومة على وجهها 99- هذه الفتاة تسمى ميلوني 99- الجو حار وجميعنا يشعر بالضمع ولذلك نمشي في اتجاه السور 99- ثم تسألنا الفتاة الصغيرة هل تفضلون الشاي المثلج أم عصير الليمون 99- وبعدما يحدد كل منا ما يريد أن يتناول تقوم بصب المشروبات ثم تمد يدها قائلة 99- الثمن خمسة وخمسون سنة للكوب الواحد من فضلكم 99- يقوم كل منا بعد ذلك وكنا أربعة أشخاص بتمرير دولارا من خلال السياج 99- وبعدما تحصل الفتاة على النقود تقوم بوضعها بعناية في محفظة صغيرة 99- ثم تمرر إلينا المشروبات من خلال فتحة السياج قائلة 99- أتمنى لكم يوما سعيدا ولا يحصل أي مننا على الباقي 99- ومن منا يتذمر أو يعترض على ذلك 99- فهي تستحق على أي حال 99- الخمسة والأربعين سنة الباقية 100- مقابل هذه الطريقة في تقديم خدمتها 100- اسأل دائما لإنجاح مشروعك 100- دائما 100- في اعتقادك 100- كم مرة تقوم هذه الفتاة بالسؤال 100- نعم أنت على حق 100- في كل مرة يظهر فيها أحد الأشخاص في منطقة الاستراحة المجاورة للحفرة السادسة 100- إن هذه البائعة الصغيرة لم تتلقى دورة تدريبية في المبيعات لمدة عشرة أسابيع مثلا 100- هي تقوم بذلك تلقائيا 100- فكر في الاستراتيجية الرائعة التي تتبعها هذه الفتاة 100- إنه درسا في التجارة والأعمال يمكننا جميعا لاستفادة منه 100- في البداية اختارت موقعا ممتازا 100- كما وفرت خدمة قيمة في يوم حار 100- وسؤالها هل تفضلون الشاي المثلج أم عصير الليمون 100- يثبت أنها تدرك أهمية الاختيار 100- كما كانت ثقتها في نفسها كبيرة جدا لدرجة شعورها بعدم ضرورة إعطائنا الباقي 100- ومثل ميلاني يجب عليك دائما توجيه سؤالا مباشرا لضمان إنجاح مشروعك 100- لا تعمد إلى عدم الصراحة أو تدجنب الأسلوب المباشر 100- أو الأسوأ من ذلك تنتظر إلى أن يأتي العميل المحتمل ليسألك عن خدماتك 100- إليك بعض الأسئلة التي نجحت معنا 100- هل تريد أن تجرب؟ 100- هذا نمط للسؤال لا يتضمن ضغطا أو إلحاحا أو نبرة تهديد 100- إذا كنت قد أجريت عرضا تقديميا جيدا مليئا بالمزايا 100- فسوف يفكر الطرف الآخر في نفسه قائلا 100- ما الذي سأخسره؟ 100- يستحسن أن نجرب 100- عندما نقوم بتسويق برامجنا التدريبية 100- نسأل مباشرة 100- هل تحب حضور البرنامج التالي؟ 100- وكطريقة أخرى مباشرة في السؤال هي القول صراحة 100- هل يمكن من فضلك أن تصبح أحد عملائه؟ 100- والمستشار المشهور بارني زيك 100- يضيف نوعا من الفكاهة والمرح للأسلوب المباشر 100- وهو يقترح عليك أنه إذا وجدت نفسك عالقا في مازق حقيقي 100- فكل ما عليك أن تفعله هو أن تقول 100- هل ستشتري واحدا؟ 100- خلاصة الأمر أنه يجب عليك السؤال 101- لاحظ كذلك أن الغرض من سؤالك المباشر 102- هو الحصول على إجابة بنعم أو بلا 102- على خلاف الأسئلة السابقة في عملية الاستكشاف 103- حيث يكون كل ما تريده هو 103- الحصول على مزيد من المعلومات 104- فإذا كان باستطاعة المتحدثين والمؤلفين الناجحين القيام بذلك 105- فلماذا لا تستطيع أنت ما دام من الواضح أن هذا أسلوبا ناجحا 105- ثلاثة 10- أطلب الحصول على شهادات مكتوبة 10- شهادات حصن الأداء المصاغة بعناية 11- والتي تسرد النتائج التي تم تحقيقها 11- والموقع والمعتمد من شخصيات ذات مكانة كبيرة 11- ستكون مستندات تدعم موقفك وتميزك 12- تعمل هذه المستندات على ترسيخ جودة ما تقوم به من عمل 13- وتدعمك كشخص نزيه وأمين 14- وأهلا للثقة 14- وقادر على إنجاز المهام في الوقت المتفق عليه 15- وإليك أحسن شيء بخصوص هذه النقطة 16- إن معظم الأشخاص في عالم التجارة والأعمال 16- لا يفعلنا ذلك 17- مما يعطيك فرصة رائعة لتقدم على منافسيك 17- كل ما تحتاج إلى القيام به هو السؤال 18- ومتى يكون أفضل وقتا للقيام بذلك 18- بعد أن تكون قد أديت خدمة رائعة مباشرة 19- أو أكملت مشروعا كبيرا بميزانية أقل من المرصود له 20- أو قمت بمهام إضافية لمساعدة العميل 21- أو في أي وقت تنجح خلاله في إسعاد العميل 21- في ظل هذه الظروف 22- سيكون الجميع على استعداد لامتداح مجهوداتك 23- وإليك كيفية القيام بذلك 24- كل ما عليك ببساطة 25- هو أن تقوم بسؤال العميل 25- عما إذا كان راغبا في منحك شهادة بجودة المنتج 26- أو الخدمة التي تقدمها 26- إضافة إلى أي تعليقات تزكي هذا المنتج أو الخدمة 27- وللتسهيل هذا الأمر 28- نحن نقترح عليك توجيه أسئلة قليلة 29- عبر الهاتف مع كتابة بعض الملاحظات 27- أطلب من العميل شرح المزايا بوضوح 28- حاول استكشاف نتائجا محددة تم تحقيقها من خلال عملك 29- على سبيل المثال 29- مدرب مندوب المبيعات الذي أكمل لتويه برنامجا مدته ثلاثة أشهر 30- داخل قسم المبيعات في شركة تتوسع بمعدل سريع 30- قد يسأل 30- ما هي النتائج التي لاحظتها في الشهرين الماضيين 31- قد يجيب مدير المبيعات قائلا 31- منذ بدأت مشاركتنا بأفكارك وآرائك 32- ارتفع إجمال مبيعاتنا بنسبة 35% مقارنة بالأشهر القليلة الماضية 32- هذه نتيجة ممتازة ومحددة ويمكن تقييمها 33- حاول تجنب العبارات العامة غير محددة مثل 34- لقد كان برنامجا جيدا وقد استمتع به الجميع 34- فهذا النوع من العبارات لا يؤثر كثيرا في القارئ 34- لكن إذا كان لديك فريق مبيعات يحتاج إلى مساعدة 35- وقرأت عن 35% زيادة في نسبة المبيعات 35- فالأرجح أنك ستقول في نفسك 35- هذا هو ما نبحث عنه 36- إذا كان هذا الشخص قد نجح مع آخرين فقد ينجح معنا بالمثل 37- كيف يمكنني الاتصال بمدرب المبيعات هذا 37- وعندما تنتهي من المقابلة المصغرة المعقودة على الهادر 38- اقترح على العميل كتابة الشهادة بنفسك 39- فسيوفر هذا وقت العميل 40- وهذا الاقتراح مهم لسببين 41- أولا يزيل أي عامل ضغط على العميل 42- فقد لا يكون هذا العميل ماهرا في كتابة شهادات مؤثرة 43- كما أنها عملية تتطلب وقتا 44- ثانيا تتاح لك فرصة صياغة العبارات والكلمات 44- على نحو يحدث أقصى أثر يمكن تحقيقه 45- وإذا كنت لا تجيد عملية كتابة الشهادات هذه 46- فاستعن بخدمات أحد الخبراء في هذا المجال 45- الأمر يستحق المجهود أو النقود المستثمرة فيه 46- عندما تنتهي من إكمال هذه الشهادات 47- ارسلها بالفكس إلى العميل لاعتمادها 48- ثم اخصل عليها مكتوبة على الأوراق 48- التي تحمل الإسم والعلامة التجارية للعميل 49- إلى جانب التوقيع الشخصي 49- تعود على تجميع هذه الشهادات 50- ضعها في مجلد به ثلاث حلقات جانبية 50- ثم ترك على مائدة القهوة في منطقة الاستقبال بمكتبك 51- أو ضع أفضلها في إطارات أنيقة 52- ثم علقها على الحائط حيث يمكن للجميع رؤيتها 53- استخدم قلم تحديد لجذب الانتباه إلى أهم التعليقات 54- يجب أن تشتمل جميع النشرات أو الكتيبات الخاصة بالترويج لخدماتك 54- على ثلاث شهادات رائعة على الأقل 55- توضع في مكان بارز وواضح 55- وهناك خيار آخر يتمثل في اقتطاع أقوى العبارات 56- وأكثرها تأثيرا من عشر شهادات مختلفة 57- ثم وضعها في صفحة واحدة مع أسماء عملائك 57- والأفضل من ذلك هو أن تقوم بوضع صورة شخصية صغيرة لكل عميل 58- إذا كان منتجك يسهل تصديره مثل إحدى السيارات أو قطعة أثاث 59- فاحرص على وجود صورة تشتمل على عنصر الحركة 60- على سبيل المثال صورة للعميل وهو جالس في السيارة 61- أو عارضا للمائدة الأنيقة الجميلة الموجودة بغرفة الطعام بمنزله 61- إن المؤثرات البصرية لها أثرا كبير 61- إذا كان لديك بعض الطالقات من أشخاص معروفين على النطاق المحلي 62- فهناك احتمالا كبيرا أن عملائك المحتملين سيتعرفون عليهم ويتأثرون بتعليقاتهم 63- وإليك جانبا مهما آخر فيما يتعلق بالشهادات المكتوبة 64- قم بتضمين بعض نظرائك في المجال الذي تعمل به 64- كلما ارتفعت مكانتهم وشهرتهم كان أفضل 65- على سبيل المثال اجعل الصفحات الأولى بهذا الكتاب تتضمن تعليقات من نجوم مشاهير في عالم التدريب 66- ألم تؤثر فيك تعليقاتهم ولو قليلا؟ 67- تستطيع كذلك تجمع الشهادات في فئة محددة 68- إذا كان المنتج أو الخدمة التي تقدمها تجتمل على عدة مزايا 69- فضع كل واحدة منها تحت عنوين رئيسية منفصلة 69- مثل الخدمة الممتازة والسعر المنافس والجودة الفائقة والتسليم في الوقت المحدد 69- وإذا كان العميل المحتمل مهتما بناحية أو ميزة واحدة على وجه الخصوص 70- فبإمكانك عرض العديد من الشهادات التي تبرهن على تفوقك في هذه الناحية 71- هذه استراتيجيات بسيطة سوف تعود عليك بالكثير من الصفقات الإضافية 72- لذا يجب عليك الاستفادة منها 73- ومن الآن فصاعدا خذ على نفسك عهدا بأن تطلب شهادات بالغة التأثير 74- أطلب الحصول على توصيات أو ترشيحات ممتازة 75- يدرك كل من له صلة بأعلم التجارة والأعمال أهمية التوصيات أو الترشيحات 76- لأنها ببساطة شديدة أسهل الطرق وأقلها تكلفة لضمان النجاح والانطلاق في سوق العمل 77- ومع ذلك إليك الحقيقة 77- من وقع خبرتنا 78- واحدة فقط من كل عشر شركات هي التي تمتلك نظاما لتجميع التوصيات والترشيحات 79- فكيف تفسر ذلك؟ 79- حسنا إنها نفس القصة القديمة المكررة 80- العادات السيئة 80- بالإضافة إلى تلك الفكرة التي تعاود ذهنك دائما والتي كنت تقرأ عنها وهي الخوف من الرفض 80- وقد تحدثنا في الفصل الخامس تكوين علاقات ممتازة عن أهمية اكتساب عملاء أساسيين 81- هؤلاء هم من سيعطوك بكل سرور ما تحتاجه من توصيات وترشيحات 81- لأنك أحسنت معاملتهم 82- لذا لماذا لا تطلب منهم جميعا أن يعطوك توصياتهم أو ترشيحاتهم 82- من الجائز أنك لست مقتنعا بمزايا هذا الأمر حتى الآن 82- إليك مثالا سوف يقنعك بإعادة التفكير في هذه النقطة 83- هلن خبيرة في التخطيط المالي 84- وهي تقع في واقع الأمر ضمن الخمسة بالمئة الأوائل من مندوب المبيعات البالغ عددهم الفي مندوب 84- وهم الذين يشكلون فريق المبيعات في شركتها 85- وعلى مدار السنين قامت هلن بتأسيس قاعدة من العملاء الأساسيين 85- وقد كانت في اختيارها لهؤلاء العملاء 85- تستهدف فقط من ينتمون إلى الفئة العمرية التي تبدأ من الخمسين إلى الستين عاما 86- ويبلغ حجم استثماراتهم 200 ألف دولار على الأقل 86- إليك إحدى الوسائل التي استخدمتها لتدعي نجاحها في العمل مؤخرا 87- قامت بدعوة عملائها الأساسيين لحضور مأدبة إفطار 87- صباح أحد أيام الجمعة في أحد الفنادق القريبة 88- وجاء في الدعوة أنها سوف تطلعهم على بعض المعلومات المهمة 89- بشأن بعض القوانين الحكومية الجديدة 89- والتي قد تؤثر على نجاحهم في المستقبل 89- كذلك فقد أكدت الدعوة على ضرورة أن يحضر كل عميل معه 90- إن أمكن ثلاثة أو أربعة من أصدقائه في مثل كفاءته 90- ماذا كانت نتيجة ذلك؟ لقد حضر هذا الإفطار 92 شخصا كان الكثير منهم من أصدقاء هؤلاء العملاء الأساسيين تكلف الإفطار ثمانية دولارات للفرد وهو ما لم يمثل أدنى مشكلة بنسبة لهلن التي كانت سعيدة بتحمل هذه النفقات وبعد حديثها الذي استمر 45 دقيقة طلب عدد كبير من هؤلاء الضيوف مزيدا من المعلومات وقد انتهى هذا الأمر إلى اكتساب شركتها 10 عملاء جدد وحصلت هلن على عمولة قدرها 22 ألف دولار حسنا لم يكن إفطار العمل الذي دعت إليه بالصفقة الخاسرة وكما يعرف كافة كبار رجال الأعمال فإن الطلب توصيات أو ترشيحات موثوق بها يعد جزءا هاما من استراتيجية التسويق ككل ويعد هذا الطلب عادة من العادات التي سوف تزيد من دخلك بشكل هائل وكأي عادة أخرى فهي تتطلب ممارستها مرارا وتكرارا حتى تصبح أمر سهلا بالنسبة لك في آخر الأمر والعملاء الأساسيون ليسوا هم المصدر الوحيد للحصول على توصيات أو ترشيحات جيد على الرغم من أنهم يمثلون ميزة رائعة بالنسبة لك حيث إنهم يفتحون أمامك أبوابا للنجاح ما كانت لتفتح بدونهم إن الفرصة توجدك كل يوم وعندما تلتقي بعميل جديد وتجده لا يريد أو يحتاج إلى منتجك أو خدمتك فلا يزال بمقدورك أن تسأل إذا كان يعرف أحدا يريد أو يحتاج إلى منتجك أو خدمتك ولا يقلقك أن تسأله هذا السؤال فليس هناك ما تخسره من ورائه على أي حال لماذا؟ لأن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن هذا الشخص قد يجيب على سؤالك بلا وليس هذا بالأمر البالغ السوء على أنك في أغلب الأحيان ستجده يرد عليك قائلا في الواقع فأنا أعرف بالفعل أحد الأشخاص الذي ربما يهتم بهذا الأمر يروي لنا لس كنت على موعد مع صاحب إحدى الشركات العقارية الذي استمع إلى عرضي تقديمي ولكنه أعرض عن عدم اهتمامه بخدماتنا ومع ذلك فعندما سألته ما إذا كان بإمكانه أن يرشح لي شخصا آخر جلس وأخذ يقلب فيه أحد الملفات ثم أعطاني أسماء 27 من كبار رجال الأعمال وبالمناسبة تأكد أن تطلب هذه التوصيات أو الترشيحات من أن توضح بالتفصيل ما هو تعريفك للعميل الجيد إن آخر ما يلزمك هو أن تحصل على أسماء مجموعة من الأشخاص غير المناسبين بالنسبة لك لأن هذا سيتسبب فقط في إهدار وقتك ووقتهم كذلك عندما يعطيك أحد توصية أو ترشيح ما فعليك دائما أن تفحص الأمر جيدا لمزيد من التأكد اطرح أسئلة عن الأشخاص المرشحين لك حتى تصبح واثقا تماما من أنهم جديرون حقا بهذا الترشيح وهناك شيء ذكي آخر يقوم صديقنا بارني زيك بعمله وهو أنه يطلب بوضوح وصراحة شديدة الحصول على توصيات أو ترشيحات في الواقع عليك أن تعتبر طلب الحصول على توصيات أو ترشيحات شرطا لكل صفقة معظم الأشخاص لا يفعلون ذلك أبدا ولذلك فلديك فرصة رائعة للاستفادة من إغفالهم عن هذا الأمر على سبيل المثال ربما تقول أحد الأسباب التي تجعل بوسعنا إعطاءك مثل هذا السعر الرائع هو أننا نطلب منك إعطاءنا ثلاثة توصيات أو ترشيحات ممتازة إنني على يقين من أنك تعرف قيمة وأهمية مثل هذه التوصيات أو الترشيحات الممتازة ونحن في المقابل نعيدك بأن نقدم لك أفضل ما لدينا من خدمة وبالتالي سوف تكتشف أن قرارك بالتعامل معنا لم يكن بالقرار الخاطئ من جانبك وأنك قد استفدت منه بشكل كبير وعند هذه النقطة تستطيع أن تدعم تعليقاتك هذه بأن تعرض على عميلك شهدات رائعة تتعلق بأدائك الحسن صادرة عن عملاء آخرين وجدوا تجربة التعامل معك تجربة جيدة وهناك طريقة أخرى يستخدمها بارني للحصول على توصيات أو ترشيحات وهي أن يسأل عميله هذا السؤال ألا يمكنك من فضلك أن تقدمني إلى بعض الأشخاص البارزين أمثالك؟ إنك بهذه الطريقة تمترحه وتثني عليه الأمر الذي يجعله يشعر بشعور طيب والسؤال الذي كثيرا ما يتردد في ذهن كل منا هو هل يتعين علي أن أدفع شيئا في المقابل للأشخاص الذين قاموا بإعطائي توصيات أو ترشيحات؟ والإجابة هي أن هذا الشيء يرجع إليك أولا وأخيرا على الرغم من أن معظم الأشخاص وعلى الأخص عملاءك الأساسيين سيجدون سعادة في إزداء هذه الخدمة لك بدون أي مقابل ومن ناحية أخرى إذا كان أحد الأشخاص على استعداد لأن يقدم لك توصيات أو ترشيحات جيدة كل شهر نظير حصوله على حصة من الأرباح 10% مثلا فلا بأس في ذلك بمقدورك أيضا أن تتوصل إلى وسائل مبتكرة لتعبر بها عن شكرك وتقديرك لهؤلاء الذين يمنحونك توصيات أو ترشيحات بصورة مستمرة على سبيل المثال حاول أن تعرف ما الذي يعجبهم وفاجئهم بهدية غير متوقعة مثل عدد من تذاكر السينما أو قضحا فريدا عليه شعار جركتك أو سلة طعام ممتازة أو دعوة إلى العشاء في المطعم المفضل لهم إن القيمة المعنوية للهدية أهم بكثير بالنسبة لهم من قيمتها المادية وذلك لأن هذه الهدية إنما جاءت تعبيرا عن تقديرك لما قدموه لك من مساعدة وإذا ما أدت توصياتهم أو ترشيحاتهم إلى زيادة كبيرة في إراداتك وأرباحك يمكنك أن تزيد قيمة الهدية وفقا لذلك وهناك طريقة أخرى تضمن لك الحصول على ما تريده من توصيات وترشيحات وهي أن تبادر أنت بإعطاء عملائك ما يحتاجونه في هذا الصدد كذلك فإنه من الممكن أن تقدم استشارات مجانية في المقابل لهؤلاء الذين يعطونك توصيات أو ترشيحات جيدة هذه الطريقة تعمل بنجاح عندما تكون قد بدأت لتوك مشروعا جديدا أو عندما لا تكون على معرفة وثيقة بالكثيرين في سوق العمل كما ترى هناك فرص كثيرة أمامك لتوسيع أعمالك والبدء في مشروعات جديدة وذلك من خلال الاتصال الدائم بعملائك الأساسيين وغيرهم ممن تربطهم صلاة جيدة بأشخاص ترغب في الالتقاء بهم ابذل جهدا إضافيا للقيام بشيء يختلف عما تتخذه في الأحوال العادية من إجراءات تبقيك على اتصال دائم بالآخرين خطط للحديث مع قاعدة أكثر اتساعا من العملاء أو زد طلب الحصول على توصيات أو ترشيحات حتى تتسع دائرة أعمالك وتذكر أن الحصول على توصيات أو ترشيحات ممتازة بصورة مستمرة يمكن أن يجعل منك شخصا ثاريا بقيت نقطة أخيرة وهي أنه من المفضل أن تستخدم كلمة تقديمات بذلا من كلمة توصيات أو ترشيحات حيث أن كلمة تقديمات أقل من الكلمتين الأخرين فيما تشتمل عليه من معنى الإكراه أو الإجبار فمن الجائز أن بعض الأشخاص قد مروا بتجربة سلبية في هذا الصدد لأنهم صادفوا ذات مرة مندوب مبيعات لحوح قام بالضغط عليهم لإعطائهم توصيات أو ترشيحات يفقد عدد كبير من الأشخاص آلاف الدولارات سنويا في المبيعات وذلك لأنه لا يكون لديهم المزيد لعرضه على العملاء بعد إتمام الصفقة الأولى قم بالبحث عن منتجات أو خدمات أخرى تقوم بالترويج لها وإضافتها إلى ما تقدمه من منتجات أو خدمات في الأساس كذلك ضع نظاما يكفل لك تحديد الوقت الذي سوف يطلب فيه عملاءك الحصول على المزيد من منتجاتك أو خدماتك إن الأشخاص يقدمون على الشراء في فترات معينة ولذلك فأنت بحاجة إلى معرفة متى تحين هذه الفترات وأبسط طريقة لتحديدها هي أن تسأل عملاءك عن التوقيت الذي يجب عليك فيه الاتصال بهم ليقوموا بإعادة الطلب لمنتجاتك أو خدماتك إن إقناع عملاءك الحاليين بشراء المزيد مما لديك أسهل في أغلب الأوقات من البحث عن عملاء جدد يروي لنا لس يمتلك كيث وشريكه بيل شركة تعاقد وقد قام طوال الخمسة عشر عمل الماضية ببناء مشروعهم هذا بثبات وعزم على أساس البراعة الفائقة في العمل وتكوين صلاة ممتازة مع الأشخاص الذين يعملون في نفس المجال كان لديهم عميل مهم اعتاد أن يقسم تعاملاته مناصفة بين شركتهما وشركة منافسة أخرى أكبر من شركتهما بكثير وقد ظل هذا الوضع قائما لسنوات عديدة كان كيث يريد دائما أن تخضى شركتهما بكافة تعاملات هذا العميل غير أن الشركة الكبيرة المنافسة كان لها الغلبة والسبق دائما ورغم ذلك فعندما كان يحين وقت تقديم العطاءاته كل عام للفوز بالمناقصة كان كيث يقدم عرضا كاملا ومفصلا مع علمه بأن فرصة النجاح كانت ضئيلة غير أنه قد داوما على السؤال وفي أحد العوام تم تعيين وكيلا جديدا للمشتريات لمراجعة العطاءين قامت الشركة المنافسة بأداد عرضا مكونة من صفحة واحدة مفترضة أنها ستفوز بالعقد كالمعتاد ومن ناحية أخرى قام كيث بتقديم عرضا كاملا ومفصلا كالمعتاد موضحا فيه الفوائد والمميزات التي ستعود على العميل فيما لو تعاقد مع شركتهما وعندما قام وكيل المشتريات بمعاني النظر في العرضين قام بإعطاء المناقصة إلى الشركة الصغيرة وذلك لأن كيث قد منح نفسه الوقت الكافي للسؤال كما ينبغي وقد علق كيث على هذا الأمر بعد ذلك قائلا لم نفص بالعقد حقا إنما منافسنا هو الذي تهون في الأمر ولم يتعامل معه بالجدية المفهوة فإذا كنت مصرا على السؤال وكنت تقوم به كما ينبغي فستأتي الرياح بما تشتهي سفنك وستسير كل الأمور في صالحك في آخر الأمر وبمجرد من تشر خبر نجاح شركتهما في الحصول على كافة تعاملات هذا العميل الدولي الهام تفتحت أمامهم أبواب النجاح على مصارعها وبدأت تنهال على شركتهما طلبات من عملاء الرئيسيين آخرين تذكر أن أعمالك ستتوقف تدريجيا عن الازدهار والنمو عندما تتوقف عن السؤال إن طلب الحصول على مزيد من الأعمال والمشروعات يساعدك في أن تكتسب القوة التي تدفعك إلى مزيد من العمل والكفاح وقبل سنوات توصل المسؤولون في سلسلة مطاعم مكدونالدز الشهيرة إلى طريقة فريدة لزيادة المبيعات حيث قاموا بتدريب كل فرد من أفراد أطقم العمل على توجيه سؤالا واحدا إضافي لكل من يطلب وجبة من الهامبرغر من رواد هذه المطاعم هذا السؤال الوحيد قد أضاف إلى أرباحهم النهائية ما يزيد على 20 مليون دولار كان هذا السؤال هو هل تحب أن تتناول مع الهامبرغر لقائق البطاطس المقلية من الواضح أن الكثيرين قد قالوا بالتأكيد ولما لا إليك ما يستحق الملاحظة كم مرة يقوم العاملون بالمطعم بطرح هذا السؤال الجواب هو في كل مرة وهذا الأمر يتطلب منهم بالطبع القدرة على التواصل الجيد مع العملاء كما يتطلب تدريب أطقم العمل بأكملها على أن يتحلوا باليقظة والانتباه في تعاملهم مع كل عميل ومن الواضح أن هذا الأمر يؤتي ثمارا طيبة ويدر أرباحا طائمة وهذا هو ما يعرف عادة بالبيع بالإكراه وفي مجال تجارة السيارات بمجرد شرائك لسيارة جديدة من الأرجح أنك سوف تجد البائع يسألك إذا كنت ترغب في الحصول على فترة ضمان أطول مقابل بضع مئات من الدولارات الإضافية إلى غير ذلك من العروض ما الذي بوسعك أيضا أن تطلبه عندما تكون بصدد إتمام صفقة ما إن توجيه سؤالا إضافيا واحدا في نهاية الصفقة من الممكن أن يزيد إيراداتك وأرباحك بصورة هائلة وتذكر أنه إذا لم تسأل أنت فسيسأل شخص آخر تتضمن أنشطة العمل المنتظمة التفاوض والفرصة لإعادة التفاوض الكثير من الأشخاص يصبحون عالقين في مأزق خطير لأنهم ليسوا ماهرين تماما في القيام بذلك إن شكلا آخر من أشكال السؤال من الممكن أن يوفر عليك الكثير من الوقت والمال على سبيل المثال إذا كنت بصدد تجديد عقد القرد الذي حصلت عليه من أحد البنوك مقابل ارتهان منزلك وكان معدل الفائد الحالي يصل إلى 7% فيمكنك أن تقول ذلك معدل جيد للغاية سوف أوقع للتجديد لمدة ثلاث سنوات أخرى ولكن ماذا لو قبلت مدير البنك وقلت له إنني أتفحص الخيارات المتاحة أمامي للتجديد هناك بنوكا أخرى سيروق متعامل معي ولكنني سأكون سعيدا بأن أظل أتعامل معكم إذا كان بمقدوركم تخفيض معدل الفائدة إلى 6 بالمأة فقط سوف تندهش من عدد المرات التي سوف يوافق فيها البنك على طلب كهذا لأنهم يعرفون أن المنافسة شرسة على هذا النوع من الإقراض إن هذا التخفيض في نسبة الفائدة من الممكن أن يوفر لك قدرا كبيرا من المال والأمر كما ترى لا يتطلب أكثر من مجرد سؤال واحد تتضمن فرص أخرى لإعادة التفاوض زيادة الفترة الزمنية التي تقوم خلالها بالسداد إذا كان لديك عملية بحث للتدفق النقدي فمن الممكن أن تساعد ثلاثون يوما زائدة بدون فائدة ربما يمكنك طلب هذا الأمر كذلك على استقرار مواليدك المالية إن كل أنواع العقود من الممكن أن يتم إعادة التفاوض بشأنها ببساطة عن طريق السؤال وطالما أنك تقوم به بصورة أخلاقية وعلى أساس تطبيق مبدأ فائز فائز فيمكنك أن تستمتع بقدر كبير من المرونة من قبل الطرف الآخر اعلم أنه ليس هناك أبدا ما لا يقبل التغيير فإذا كان موقفك بحاجة إلى التغيير فبادر بطلبه يروي لانا لس ذات صباحا كنت مسافرا بالطائرة إلى مدينة أخرى لإدارة ورشة عمل يحضرها مجموعة رجال الأعمال وقد تأجل إقلاع الطائرة لما يزيد على ساعة كاملة بسبب العواصف التلجية أقلعت الطائرة بعد ذلك وعندما كانت تستعد للهبوط في المطار الدولي في ضواحي المدينة كانت الساعة الثامنة والنصف صباحا كان مقررا لورشة العمل أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد ذلك أخبرنا قائد الطائرة أننا لا نستطيع الهبوط بسبب الضباب الكثيف وأننا سنتابع الطيران إلى المطار المحلي بوسط المدينة فكرت في نفسي قائلا عظيم ذلك المطار أقرب أكثر إلى المكان الذي أريد الذهاب إليه وبدأت أستعد لمغادرة الطائرة وبعد هبوط الطائرة أخبرنا قائد الطائرة أنه لا توجد في هذا المطار تجهيزات لتولي أمر الأمتع وحقائب السفر وبذلك فإن الطائرة ستتزود بالوقود ثانية وننتظر حتى ينقشع الضباب من أجواء المطار الدولي ثم نتوجه إليه عائدين ثم أضاف قائلا حتى ينقشع الضباب أعتقد أنكم محاصرون داخل هذه الطائرة اختيار رائع للكلمات منحني هذا فرصة عظيمة أخرى للسؤال قمت باستدعاء المضيفة وأوضحت لها أنني ليس معي إلا حقيبة يد فقط وأن الاجتماع لم يتبق على بدايته إلا 15 دقيقة وفقد المضيفة على أن تسأل قائد الطائرة إذا ما كان بمقدوره أن يعتبر حالتي هذه حالة استثنائية وأن يسمح لي بمغادرة الطائرة عادت المضيفة بعد بضع دقائق متسمة وفتحت باب الطائرة وأنزلت السلم حتى ذلك الحين لم يكن أحدا من الركاب قد تحرك المكاني وبينما كنت أنزل ألقيت نظرة خاطفة إلى الخل فشاهدت العديد من رجال الأعمال الآخرين يطلبون نفس طلبه لم يكن قد خطر ببالهم أبدا أنه لكي يغير حالتهم فما عليهم إلا مجرد السؤال 7- أطلب تقيما لأداء يعد هذا مقوما مهما آخر من مقاومات السؤال غالبا ما نتغاضى عنه ويفوتنا الانتباه إليه كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان منتجك أو خدمتك تفي بحاجات عملائك اسألهم قائلا ما رأيكم في أدائنا ما الذي نستطيع فعله لتحسين ما نقدمه لكم من خدمة ما الذي يعجبكم بشأن منتجاتنا وما الذي لا يعجبكم قم بعمل استطلاعات لآراء العملاء بصفة منتظمة على أن تشتمل على أسئلة جيدة وحاسمة فكر في إجراء مقابلة مباشرة مع عملائك كل شهر من خلال مجموعات التركيز ادعوهم إلى الغداء ووجه إليهم الكثير من الأسئلة إنها طريقة رائعة لتحسين عملك ومعاصلته بشكل جيد وإذا كنت تشرف على فريق من الأشخاص أو تدير مؤسسة كبيرة فاطلب ممن يعملون معك أن يعطوك ما لديهم من أفكار فهؤلاء هم غالبا الأكثر معرفة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة العملية اليومية التي تجعل العمل يسير بسلاسة تحدث كذلك مع مورديك ربما تكون هناك طرقا لتحسين الكفاءة مع توزيع أفضل أو لتقليل التكاليف بتطبيق سياسات المخزون في الوقت المحدد لها تماما أي أن كان نوع النشاط الذي تعمل فيه فأنت مخاط بأشخاص قادرين على إعطائك تقييما أمينا ومفيدا كل ما عليك هو السؤال وكما أشرنا سابقا توجد أرشة عمل مفيدة في نهاية هذا الفصل سوف تساعدك على أن تضع خطة عمل لتنفيذ هذه الطرق السبعة للسؤال كيف تسأل بعض الأشخاص لا ينعمون بفوائد السؤال لأنهم لا يسألون بفعالية فإذا استخدمت لسؤالك أسلوبا غامضا غير محدد فلا يفهمك الآخرون فيما يلي خمس طرق تضمن بها تحقيق نتائجا من وراء السؤال واحد اسأل بوضوح كن دقيقا فكر في طلبك بوضوح وخذ الوقت الكافي للأعداد استخدم فكرة لتختار الكلمات التي لها أعظم الأثر هذا أمر مهم للغاية إن الكلمات سلاحا قوي وفعال ولذلك قم باختيارها بحرص واهتمام عدم ترابط كلماتك ليفيدك بشكل جيد وإذا كنت بحاجة إلى أشخاص بارعين في سياغة وتوجيه الأسئلة فابحث عنهم واستعن بما لديهم من أفكار أطلب المساعدة 2- اسأل بثقة الأشخاص الذين يسألون بثقة هم الأكثر حظا في هذه الحياة من هؤلاء الذين يتملكهم التردد والشك اسأل بجرأة وثقة ما دمت قد حددت ما تريد طلبه أو السؤال بشأنه هذا لا يعني أن تكون متهورا أو متعجرفا أو مغرورا الثقة بالنفس من الممكن أن تكون قوة هادئة بداخلك ولكنها تكون مرئية للأشخاص الذين توجه لهم السؤال إن الشيء السلبي الوحيد الذي يمكن أن يحدث لك هو أن يقابل طلبك بالرفض فهل هذا يضعك في موقف أسوأ مما قبله؟ بالطبع لا إنه يعني فقط أن هذا الطريق للوصول إلى نتائجك هو طريق مغلق وأن عليك أن تبحث عن طريق آخر بعض الأشخاص يفضون أيديهم من الأمر ويستسلمون بسرعة شديدة بعد أن يطرحوا سؤالهم الذي طرحوه بشكل متخاذل ويفتقر إلى الثقة في الأصل لذلك إذا أردت أن تكتشف الثروة الحقيقية في الحياة فسوف تكون بحاجة إلى السؤال عن الكثير تعامل مع الأمر كلعبة وداوم على السؤال حتى تجد الإجابات اسأل باستمرار وفي مجال المبيعات عادة ما يكون هناك أربع أو خمس لاءات قبل أن تحصل على إجابة بنعم إن أمهر ما يقومون بتقديم العروض يتفهمون هذا الأمر جيدا فهو أمرا طبيعي وعندما تجد طريقة ناجحة للسؤال داوم على تطبيقها على سبيل المثال تستخدم بعض الشركات نفس الجملة الإعلانية لسنوات عديدة لماذا؟ لأنها حملة ناجحة أربع اسأل بإبداع في هذا العصر الذي يتميز بالمنافسة العالمية الشديدة ربما يضيع سؤالك في الزحام ولا يرقى صوتك إلى مسامع صنع القرار الذين تأمل في الوصول إليهم هناك طريقة بسيطة حول هذه النقطة ويطلق المؤلف الشهير ريتشارد كارلسون في كتابه Don't worry, make money على هذه الطريقة اسم النبتة الأرجوانية وهي استراتيجية تساعدك على أن تصمد في السحام على سبيل المثال إذا كنت ترغب في لفت انتباه أحد الأشخاص فلا ترسي إليه مجرد خطابا عادي استخدم إبداعيتك للتوصل إلى مقدمة بالغة التأثير إليك مثالا جيدا من كتاب The Best of Bits and Pieces كان وكيل المشتريات الرئيسي في شركة مزدهرة غير متاحة لمندوب المبيعات كانوا لا يستطيعون الاتصال به وإنما كان هو الذي يتصل بهم وقد حدث في مناسبات عديدة أن ذهب بعضهم إلى مكتبه ليطلبوا مقابلته ولكنه كان يتخلص منهم سريعا وأخيرا استطاعت مندوبة مبيعات أن تخترق دفاعاته وذلك بأن أرسلت إليه حمامة من الحمام الزاجل وعلقت في إحدى قدميها بطاقة كتبت عليها إذا أردت معرفة المزيد عن منتجنا فقم فقط بمجرد إلقاء مندوبتنا من النافذة هذا مثال جيد على طريقة النبتة الأرجوانية فكر ما الذي بمقدورك القيام به لتترك أثرا فعالا في نفوس أهم عملائك قم بذلك بطريقة ممتعة تشاور مع مجموعة تبادل الأفكار والآراء خاصتك خصص وقتا كل شهر لتفكر في كيفية تطبيق طريقة النبتة الأرجوانية ولا تندهش عندما تنفتح تلك الأبواب المحصنة أمامك على مصرعيها وتدعوك إلى الدخول مراحبة بك عندما تكون بحاجة إلى المساعدة حقا يستجيب لك الآخرون والإخلاص يتطلب أن تكون صادقا إنه يعني أن تسقط الأقنعة الزائفة والصورة الخادعة وأن تظهر استعدادا لأن تكون عرضة للانتقاد قل الأشياء كاملة وكما هي حقيقة لا تقلق إذا لم يكن عرضك التقديمي مثاليا اسأل من قلبك كن بسيطا وسيفتح لك الناس قلوبهم ويفسحون لك صدرهم كذلك سيلقى طلبك استحسانا إذا استطعت أن تظهر بوضوح أنك بذلت جهدا كبيرا على سبيل المثال إذا كانت إحدى المؤسسات الخيرية تحتاج إلى خمسين دولارا فقط لتحقيق هدفها بجمع ألف دولار وقام ممثلها بتوضيح كافة الأشياء التي قاموا بفعلها غسيل السيارات البيع في مخبز إزالة القمامة لجمع التسعمائة وخمسين دولارا الأولى فربما تتبرع بالباقي خصوصا إذا كان لديهم موعدا نهائيا محدد لم يتبق عليه إلا ساعات قليلة عندما تطرق كل الأبواب وتخطو في كل السبل للحصول على ما تريد يزداد الاحتمال أن يمد إليك الأشخاص يذا المساعدة عندما تطلب دعمهم ومساندتهم إنما يطلبون فوزا سهلا طوال الوقت نادرا ما يحققون النجاح هناك طرق كثيرة للسؤال فتعلمها جميعا خاتمة إن إعادة السؤال قد غيرت معالم العالم وهناك أمثلة كثيرة لقادة عظمى عرفوا كيف يسألون جيدا وقد قاموا بذلك بالتزام وشغف على سبيل المثال كان مارتين لوثر كينغ الإبن يحلم دائما بالمساواة بين الجميع وقد طالب بذلك الأمر وغير مجرى التاريخ واهبا حياته ثمنا قليلا لذلك وأثناء الحرب العالمية الثانية ناشد وينستون تيرتشل رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين شعبه وطلب منهم ألا يستسلموا أبدا 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 ونجت بريطانيا العظمى من الغزو ومن المهم أن نلاحظ أن هذين الزعيمين كان كل منهم يمتلك رؤية قوية والتزاما كاملا لتحقيق أهدافه وكان السؤال بالنسبة له ما هو الوسيلة الطبيعية لإحراز تقدما مستمر إن كل يوم يحمل لنا مع إشراقة شمسه الكثير من الفرص لتسأل عما تريده كن واعيا لتلك اللحظات تقدم بجرأة إلى الأمام واعلن عن طلباتك بكل صراحة ووضوح هذه الطلبات هي بذور نجاحك وازدهارك في المستقبل فقم بغرسها الآن حتى يمكنك الاستمتاع بالحصاد لاحقا حسنا نحن الآن على مشارف الفصول الثلاثة الأخيرة أنت الآن في المرحلة الأخيرة من الرحلة فتهانينا لك لأنك قد تابعت المشوار حتى وصلت إلى هذه النقطة إن الاستراتيجيات الثلاثة الأخيرة القادمة سوف تجعلك تعمل بكد واجتهاد حتى تحقق النتائج المرجوة سوف يتطلب هذا الأمر جهدا كبيرا من جانبك ولذلك ابقى مركزا بينما نخدم لك الفصول الثلاثة الباقية الإصرار والمثابرة اتخاذ إجراء حاسم العيش من أجل تحقيق غاية محددة اسأل نفسك هل أنا مستعد الآن لإجراء بعض التغييرات؟ خطوات العمل السؤال عما تريد؟ سبع طرق للارتقاء بأعمالك لمساعدتك على زيادة إنتاجيتك ودخلك بشكل سريع خصص دقائقا قليلة لإدمام خطة العمل هذه بشأن السؤال عما تريده إن التطبيق الناجح لهذه الاستراتيجيات من الممكن أن يزيد إراداتك وأرباحك بنسبة تصل إلى 50% على الأقل فابدأ من الآن واحد اسأل للحصول على المعلومات ما هو الشيء الذي يمكنك القيام به لكي تحسن الطريقة التي تسأل بها للحصول على المعلومات؟ اذكر شيئا واحدا اثنان اسأل لإنجاح مشروعك هل السؤال الأخير الذي تقوم بطرحه عند إتمامك لصفقة ما يجلب لك المستوى الذي تريده من النجاح؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فحاول أن تتوصل إلى طريقتين جديدتين على الأقل للسؤال من أجل إنجاح مشروعك ولتكن هاتان الطريقتان بسيطتان ومحددتان ألف الطريقة الأولى باء الطريقة الثانية ثلاثة اطلب الحصول على شهادات مكتوبة اكتب أسماء خمسة أشخاص يستطيعون منحك شهادات ممتازة تقر بحسن أدائك حدد وقتا معينا للاتصال بهؤلاء الأشخاص وواصل هذا الأمر حتى الإنجاز واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أربعة اطلب الحصول على تقديمات ممتازة ضع نظاما محددا لجذب عملاء جدد باستمرار تذكر الكلمة الأساسية هنا هي باستمرار وهذا يعني أن تقوم بذلك كل أسبوع خمسة اسأل لتوسيع أعمالك اذكر أسماء خمسة عملاء سوف تتوجه إليهم في محاولة لزيادة حجم تعاملاتك معهم حاول أن تضع أمامهم سببا وجيها يجعلهم يخدمون على شراء مزيد منك تخفيضات متميزة وبدء منتج جديد أو سحبا مجانيا على جائزة كبرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ستة أطلب إعادة التفاوض أذكر موقفا واحدا تريد إعادة التفاوض بخصوصه في الشهر المقبل ضع في اعتبارك معدلات الفائدة وحدود التسهيلات الاعتمانية والإجازات والراتب وتوصيف الوظيفة إلى آخره سبعة أطلب تقييما لأدائك اذكر طريقتين يمكنك من خلالهما تحسين ما تتلقاه من عملائك من تقييم لأدائك ضع في اعتبارك التسويق عبر الهاتف ومجموعة التركيز المكونة من العملاء والستطلعات الرأي إلى آخره ألف ب بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات السبعة راقب نفسك باستمرار لترى ما إذا كان هناك شيئا ما توقفت عن السؤال بخصوصه قم الآن بإعداد قائمة تشتمل على ثلاثة أشياء توقفت عن السؤال بخصوصها وتريد معرفة المزيد عنها ألف با جيم لم يتبقى إلا ثلاثة استراتيجيات أحسنت العمل الإصرار والمثابرة إن القوة التي تكاد تصل إلى حد المعجزة التي تميز القلة القليلة منها هي نتاج المجهود الدائم والثبات والمثابرة ويغلف كل ذلك روح شجاعة وتصميم لا يليم مارك توين إذا القيت نظرة عن قرب على الأشخاص الناجحين في حياتهم حقا فإنك سوف تجد سمة شخصية واحدة في عدد كبير منهم ونحن نسمي هذه السمة الإصرار والمثابرة ولأول وهلة قد تبدو كلمة إصرار ومثابرة متماثلتين في المعنى وهذا صحيح فهما كذلك بالفعل ولكننا قد قمنا بوضعهما سويا لكي نؤكد على أهمية هذه العادة وفي حالة ما إذا كنت تمر بهذا الأمر مرور الكرام دون أن تعطيه ما يستحقه من تفكير واهتمام فإليك هذه العبارة الهام التي يتعين عليك أن تستوعبها وتحتفظ بها في أعماق أعماق عقلك إنك لن تحقق أبدا نتائجا عظيمة في حياتك بدون المثابرة والإصرار وفي هذا الفصل سوف تكتشف كيف تقوم بصفة مستمرة بأخذ خيارات جيدة حتى تتحول أحلامك وأهدافك إلى حقيقة واقعة سوف تتعلمك ذلك ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن مستوى أعلى من المثابرة والإصرار وكيف يمكنك أن تمارس ذلك بصورة يومية بالإضافة إلى ذلك فإننا سوف نقدم لك الكيفية التي يمكنك بها أن تكتسب روح الإصرار والتحدي وبالتالي يمكنك أن تتحمل الأوقات العصيبة والتحديات غير المتوقعة وقت ما تظهر إن كثيرا من الشركات تصارع من أجل البقاء لأن رؤساءها يتسامحون مع تلك الدرجة العالية من عدم الجدية والإصرار التي تنتشر في قطاعات عديدة في هذه الشركات حسنا إليك هذه الأخبار إن عالم الأعمال اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه قبل عشر سنوات فقد ارتفع حد الأداء إلى مستوى جديد ليتم في ظله التسامح مع عدم الكفاءة إليك مثالا من الأرجح أنك قد عينته من قبل تدعو لعقد اجتماع لفريق العمل في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت وتطلب من كل مندوب المبيعات لديك البالغ عددهم عشرون مندوبا حضور هذا الاجتماع وفي الساعة التاسعة والربع صباحا من ذلك اليوم لا يصل إلا أربعة عشر شخصا فقط ثم يأتي اثنان آخران على مهل في الساعة التاسعة والنصف إلا خمس دقائق ولا يحضر الباقون على الإطلاق ويتكرر هذا الأمر كل أسبوع تقريبا وهكذا فإن مثل هذا الإهمال أو عدم المثابرة سوف يقضي على وحدة فريق العمل وعادة ما يكون السبب الأصلي في ذلك قلة من الأشخاص الذين يتسمون بعدم الجدية والإهمال فهم يحضرون في بعض الأحيان ويتغيبون في أحيان أخرى وهذا أمر محبط ومثبت للهمة في حقيقة الأمر ولكن الحل الأمثل للتعامل مع مثل هذا الموقف أصبح بسيطا جدا في عالم اليوم ليحرم المتأخرون من حضور الاجتماع ولتغلق الأبواب في وجوههم في تمام الساعة التاسعة وهذا هو الصواب بعينه إن الرسالة التي يراد توجيهها إلى كل منهم ستكون ماضحة تماما وهي إذا كنت تريد أن تكون أحد أفراد فريق العمل هنا فلتكن جادا ومواظبا ومثابرا فوائد المثابرة أولا لكي نعطيك فكرة عما نشير إليه دعنا نلقي نظرة على نموذج رائع وهو يعرف بالسيد مثابر في حالة ما إذا لم تكن من عشاق لعبة البيسبول فإن كال ريبيكن الإبن يلعب لفريق بلاتيمور أوريولز والسبب في أن هذا اللاعب يعتبر أسطورة في عالم الرياضة يتمثل في مثابرته التي لا يصدقها عقل وفي السادس من سبتمبر عام 1995 لعب كال مباراته رقم 2131 وبذلك سجل رقما قياسيا جديدا واستطاع يحطم الرقم القياسي القديم وهو 2130 مباراة الذي كان قد سجله لو جريغ وهو الرقم الذي لم يستطع أحد تحطيمه لأكثر من 56 عاما لنضع هذا الأمر في صورة مقارنة حتى يستطيع موظف ما أن يمتلك ما لدى كال ريبيكن من مثابرة وعلى فرض أن هذا الموظف يعمل بمعدل ثماني ساعات يوميا في المتوسط لمدة خمسة أيام في الأسبوع فإنه يحتاج للعمل بنفس هذا المنوال لمدة ثماني سنوات وشهر وعشرين يوما ولا يطلب إجازة مرضية أبدا خلال كل هذه المدة لا عجب إذن في أن يطلق على كال لقب الرجل الحديدي في لعبة البيسبول ولقد لعب في كل مباراة خاضها فريقه لأكثر من 13 عاما وفي مساء اليوم الذي حطم فيه رقم القياسي القديم كان أقرب المنافسين له هو اللاعب فرانك توماس الذي يلعب لفريق شيكاغو وايت ساكس وكان قد لعب مائتين وخمسة وثلاثين مباراة فقط وقد تحولت قدرة ريبيكن على حضور كل مباراة يخوضها فريقه إلى قائمة رائعة من النجاحات وخلال تلك الفترة استطاع أن يفوز مرتين بالجائزة التي تمنح سنويا لأحسن لاعب في الولايات المتحدة وذلك في عامي 1983 و1991 كما لعب أيضا في 12 مباراة من المباراة التي يشارك فيها كل نجوم هذه اللعبة وقد حقق كال ريبيكن نجاحا كبيرا على المستوى المالي في حياته ولكن الأهم من المال هو شعوره الهائل بالرضى عما حققه في حياته من إنجازات كانت فلسفته في العمل بسيطة ومتجددة كل ما كان يريده هو أن يلعب البيسبول لصالح فريق بلاتيمور على الأخص وأن يبذل أقصى ما في وسعه في كل مباراة يشترك فيها وهذا يوضح بجلاء ما كان يتصف به من إحساس قوي بالمسؤولية وبالقيمة الأخلاقية للعمل تلك القيمة التي أصبحت عملة نادرة جدا اليوم إن حرصه المستمر على الاشتراك في كل المباريات التي خاضها فريقه وبذله لأقصى جهد يستطيعه فيها هما الذين جعله يحقق كل ما كان يتمنى وخلال ذلك كله كان ريبيكن على الدوام إنسانا متواضعا ومن المثير للاهتمام أن ريبيكن يتبع نفس أسلوب الجدية والمثابرة في حياته العائلية كذلك حيث تحتل زوجته وأطفاله مكانة هامة بنسبة له قارن موقفه هذا بمسلسل الفضائح الأسبوعية الذي لا ينتهي والتي يرتكبها بعض المشاهير في عالم رياضة المحترفين اليوم ممن هم أقل نطجا وضعفاء الشخصية بقى شيئا آخر في هذه القصة وهي نقطة جديرة بأن لا تنسى عندما تصمد من أجل تحقيق شيئا ما وتقوم بعمل رائع في سبيل ذلك فإنك تجدذب إليك صفوة الأشخاص وتجلب لنفسك فوائدا وعوائدا جمع إن ريبيكن في عشية تحطينه للرقم القياسي القديم تم تكريمه في احتفال كبير حضره المشاهير ورؤساء شركات كبيرة متعددة الجنسيات وحتى رئيس الولايات المتحدة وقد انهالت عليه الهدايا وتلقى ترحيباتا حماسية لا حصر لها هل تتخيل ذلك؟ إن كل هذا كان يرجع إلى مثابرته وإصراره على الاشتراك في كل المباريات وقيامه بما يحب القيام به يروي لنا جاك ومارك أحد الأسباب الرئيسية في أننا قد استمتعنا بما حققته سلسلة كتبنا Checking Soup for the Soul من نجاح هائل هو المثابرة في تحقيق الأهداف أسبوعيا وشهريا وسنويا كانت هذه الأهداف واضحة لا لبس فيها ومثيرة للتحدي إلى أخصى حد إن أهدافنا قد ألهمتنا وألهبت حماستنا لأننا لم نكن متأكدين تماما من كيفية تحقيقها وهذا أثار مصادر طاقتنا الخلاقة وبمساعدة شركائنا في مجموعة تبادل الأفكار والآراء الخاصة بنا فإننا كنا دائما ما نجد حلولا وفي الوقت الراهن فإن لدينا 29 إصدارا مختلفا من هذه السلسلة في أول سنة للنشر تم بيع 125 ألف كتابا وفي السنة الثانية زاد العدد إلى 1.35 مليون وفي السنة الخامسة عام 1998 وصل إجمالي مبيعات كتبنا إلى 13.8 مليون كتاب واكتشفنا أيضا أنه عندما يكون لدى الإنسان الإصرار والمثابرة وخطة عمل تتسم بالمبادرة فإنه يكتسب القوة التي تدفعه إلى العمل والأداء وتصبح هذه القوة متدفقة بلا توقف إنك تستطيع باختصار أن تحقق سلسلة متصلة من الفوز والنجاح والآن قم بإلقاء نظرة فاحصة على أسلوب حياتك لتعرف ما إذا كان أسلوبا ناجحا من عدمك هل المثابرة والإصرار يعدان جزءا لا يتجزأ من حياتك اليومية أم أنك تسير على غير هدى وتتخبط هنا وهناك مع ما يصادفك من فرص في الحياة إذا كنت تعمل بصورة حسنة فإننا نصفق لك إعجابا ولكن دعنا نرتقي بقدراتك إلى مستوى آخر إلى تلك المنطقة الخاصة حيث تكون التحديات أكبر والعوائد أكثر ثق بأعظم قوة لدي في الفصول السابقة قمنا بوضع كافة التمرينات الخاصة بخطوة العمل في نهاية كل فصلة حتى تستطيع أن تركز بشكل أفضل وأن تأخذ الوقت الكافي الذي تريده ولكن هذا النظام أعلى وشك أن يتغير الآن في الواقع نحن نريدك أن تتوقف الآن على الفور وأن تستعد ذهنيا وأن تقوم بعمل التمرين التالي المكون من جزئين قبل أن تواصل القراءة إذا قررت أن تتخطى هذا التمرين وتستمر في القراءة فسوف يفوتك تماما أثر هذا الدرس الفعل باستخدام ورقة العمل التالية قم بإعداد قائمة تشتمل على ستة أشياء ينبغي عليك أن تقوم بها في الشهور الثلاثة القادمة هذه هي الأنشطة التي يجب أن تستكمل لأي سبب كان وهي قد تتضمن بعضا من الأهداف قصيرة المدى التي قمت بوضعها لنفسك مسبقا اجعل عباراتك مختصرة وأمامك كل النشاط يجب عليك فعله اكتب كلمة واحدة تصف شعورك تجاه هذا النشاط أشياء يجب علي القيام بها في الشهور الثلاثة القادمة أمثلة واحد إعادة تنظيم مكتبي وتنظيفة اثنان دفع ما علي من ضرائب ثلاثة إجراء حوارا من القلب إلى القلب مع ابني ذي الستة عشر رابعا فكر فيما تشعر به حقا عندما تتخيل كل مهم ولمساعدتك إليك بعض الكلمات التي نستخدمها للتعبير عن المشاعر والأحاسيس غاضب حزين سعيد شديد الاهتمام قلق منزعج محبط مبتهج محب شاكر هذه هي الكلمات التي ترتبط مباشرة بالمشاعر والأحاسيس تخير الكلمة التي تناسبك لتصف بها شعورك تجاه كل بند من بنود قائمة الأشياء التي يجب عليك فعلها من المهم حقا أن تكمل هذا التمرين فورا حتى تحصل على أقصى فائدة وقد كان هذا التمرين واحدا من أهم الأنشطة الخلقة بالنسبة لعملائنا وذلك في برنامج إعداد الناجحين الذي قمنا بعقده أشياء يجب القيام بها أشياء يجب علي القيام بها في شهور الثلاثة القادمة موعد إتمامها ليس متأخرا عن حد التاريخ المحدد الشعور ما هي الكلمة التي تصف بذقة بالغة شعورك تجاه وجوب القيام بهذه الأنشطة جدول مقسم إلى قسمين يمين ويسار على اليمين أشياء يجب القيام بها على اليسار الشعور مرقمة من الأعلى إلى الأسفل من واحد إلى ستة أحسنت والآن هيا نراجع قائمتك قم بإلقاء نظرة على كل بند فيها بند واحد في كل مرة وارسم خطا بقلمك فوق الكلمات التي تكون الجملة التي تحدد كل مهمة من أول الجملة إلى آخرها نعم اشطب هذه البنودة من قائمتك السبب في ذلك هو أنك لست مضطرا في حقيقة الأمر إلى القيام بأي من هذه الأشياء الآن نعم أنت لست مضطرا حقا الآن وأنت تقرأ هذا الكلام ربما تضر احتجاجك عليه على أساس أن بعضا من هذه الأشياء يجب حقا القيام بها فهي أشياء لا يمكن تغاضي عنها فهناك ضرائب ينبغي أن تقوم بسدادها هذا ما تقوله لا لست مضطرا إلى دفع الضرائب الآن قد ينتهي بك الأمر إلى دخول السجن أو إلى دفع غرامة ولكنك لست مضطرا إلى دفع الضرائب الآن هذه هي أسوأ العواقب إذا لم تدفع ولكنك لست مضطرا إلى ذلك وفي حالة ما إذا كنت مشوشا أو متحيرا قليلا بشأن هذه الفكرة فهيا لنصيغها في عبارة بسيطة محددة في الحياة ليس هناك ما أنت مضطر إلى فعله وهذا يشمل دفع الضرائب أو العمل لمدة سبعين ساعة أسبوعيا أو لاستمرار في وظيفة أو عمل أو علاقة لا تستمتع بها والآن قم بإلقاء نظرة على قائمتك مرة أخرى هل سوف ينتهي علمك حقيقة إذا لم تنجز هذه المهام خلال الثلاثة أشهر القادمة؟ بالطبع لا ربما لن تكون سعيدا إذا لم تستكمل تلك المهام وربما ستكون هناك عواقبا وخيمة لذلك إننا نتفهم هذا الأمر ولكن النقطة الأساسية التي نريد توصيلها لك هي أنك لست مضطرا إلى إنجاز هذه المهام هيا نغير معدل السرعة لمدة دقيقة إذا كنت لا تزال مشوشا فتحل بالصبر واصغي إلينا بآنات وتمهل فكل شيء سوف يتضح تماما بعد قليل لاحظ الكلمات التي اخترتها لكي تصف شعورك إن بإمكاننا أن نخمن بناء على سنوات من الخبرة أنك اخترت عددا كبيرا من الكلمات السلبية وخاصة إذا كانت المهمة تتعلق بشيء ما تقوم بتأجيله منذ فترة أو بشيء لا تتطلع إليه من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو بالانشغال أو بالإحباط في هذه المواقف قم بإلقاء نظرة أخرى على الكلمات التي استخدمتها هل تؤثر هذه الكلمات التي تصف الشعور عليك بالسلب أم بالإيجاب فيما يتعلق بنوعية الطاقة التي تثار بداخلك على إثرها إنك على صواد فإذا كان الشعور سلبيا تتكون بداخلك تلقائيا طاقة سلبية تستنزف قدرتك على أن تؤدي أداء عالي المستوى حسنا لننتقل الآن إلى الجزء الثاني من التمرين باستخدام ورقة العمل التالية قم بأعداد قائمة تشتمل على ستة أشياء على الأقل تريد أو تختار القيام بها في الشهور الثلاثة القادمة هذه قائمة مختلفة عن القائمة السابقة حيث إنها تشتمل على الأشياء التي تتطلع بالفعل إلى القيام بها ومرة ثانية اختر كلمة لتصف بها شعورك تجاه إنجاز كل بن من بنود هذه القائمة راجع الأمثلة التالية أولا ولكي تحقق أقصى استفادة من هذا الأمر فإنه من المهم أن تبدأ في القيام بهذا النشاط وإنجازه الآن وفورا أشياء أختار القيام بها أشياء أختار القيام بها في الشهور الثلاثة القادمة على سبيل المثال التخطيط لإقامة حفلة خاصة ترحم منتجا جديد البدء في تلقي دروسا في العصف على الكيتار موعد انتمامها ليس متأخرا عن حدد تاريخا الشعور ما هي الكلمة التي تصف بدقة بالغة شعورك تجاه رغبتك في إتمام هذه الأنشطة جدول مقسم على اليمين أشياء أختار القيام بها وعلى اليسار الشعور مرقمة من الأعلى إلى الأسفل من واحد إلى ستة على أسطر مختلفة والآن قم بإلقاء نظرة على الكلمات التي استخدمتها هذه المرة لوصف شعورك من الأرجح أنها أكثر إيجابية بكثير من تلك التي استخدمتها في القائمة الأولى إذا كانت الأنشطة التي تقوم بها تولد طاقة إيجابية فسوف تكون لديك حينئذ قدرة أكبر ورغبة أقوى في إتمامها أليس من الأفضل إذن أن تشعر بالسعادة والإثارة بدلا من القلق والإحباط؟ عند هذه النقطة قد تفكر في نفسك قائلا حسنا من السهل أن أشعر بشعور جيد تجاه الأشياء التي أرغب في القيام بها ولكن الحياة لا تسير دائما على هذا النحو فهناك الكثير من الأشياء التي لا أرغب في القيام بها ولكنني أكون مضطرا إلى ذلك على أي حال وهذه هي طبيعة الحياة لا ليس الأمر كذلك وإليك النقطة البالغة الأهمية كل شيء في الحياة إنما هو اختيار كل شيء على الإطلاق مولد نجمة جديدة الأم والابنة التي آمنت بأخذ خيارات أفضل في الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1940 ولدت الطفلة ويلما رودولف مبتسرة وكان وزنها أربعة أرطال ونصف فقط وقد ولدت في أسرة فقيرة معدمة من السود كغيرها من الأسر الكثيرة التي كانت تعاني بسبب حالة الكساد الاقتصادي الشديد في ذلك الوقت قضت أمها سنوات عديدة بعد ولادة هذه الطفلة ترعاها وتمرضها إذ أنها ما كانت تبرأ من مرض ما حتى تصاب بغيره وفي خلال ذلك أصيبت بالحصبة ثم بالتهاب الغدة النكافية ثم بالحمة القرمزية ثم بالجدير ثم بالتهاب الرئوي وبالإضافة إلى ذلك فإنه تعين على والدتها أخذها إلى الطبيب عندما تم اكتشاف أن قدمها وساقها اليسرى يضعفان تدريجيا وبدأت تظهر بهما بعض التشوهات ولقد شخصت الحال على أنها مصابة بشلل الأطفال ذلك المرض الذي يجعل صاحبه عاجزا عن الحركة بصورة طبيعية ولا شفاء منه ولكن السيدة رودولف ما كانت لتتخلى عن ابنتها تتذكر والما ذلك الموقف من حياتها قائلة أخبرني الطبيب أنني لن أستطيع المشي ثانية ولكن أمي أخبرتني أنني سوف أستطيع ذلك وأمنت بما أخبرتني به أمي وبعد ذلك اكتشفت السيدة رودولف أن ويلما من الممكن أن تتلقى العلاج في مستشفى ميهاري بمدينة ناجفيل وعلى الرغم من أن هذه المستشفى كانت تبعد عن مقر سكانهم بخمسين ميلا فإن والدتها كانت تذهب بها إلى هناك مرتين كل أسبوع واستمر ذلك لمدة سنتين حتى أصبحت قادرة على السير بمساعدة ساقين معدنيين وبعد ذلك قام الأطباء بتعليم سيدة رودولف كيف تجري لابنتها تمرينات العلاج الطبيعي في المنزل وكان جميع إخوتها وأخواتها يساعدونها كذلك وفعلوا كل شيء لمساندتها وتشجيعها على أن تكون قوية وعلى أن تعمل بجد وإصرار حتى تتحسن حالتها وأخيرا وبحلول عام الثاني عشر استطاعت أن تمشي على قدميها بصورة طبيعية بدون أي أجهزة معاونة إن السيدة رودولف كانت في البداية قد أخذت خيارا محددا وهو أن ابنتها في يوم ما ستشفى من مرضها وتصبح قادرة على المشي إن إصرارها ومثابرتها في مواجهة الرفض والشدائد كان لهما ثمارهما في آخر الأمر وبعد ذلك قامت ويلما بنفسها بأخذ خيارا مهم للغاية فقد قررت أن تصبح بطلة رياضية ذلك الخيار الذي تحول فيما بعد إلى خيار ملهم وفي المدرسة الثانوية أصبحت ويلما نجمة في كرة السلة وسجلت رقما قياسيا في تسجيل النقاط وقعدت فريقها إلى إحدى البطولات الرسمية ثم أصبحت بطلة في ألعاب المضمار واشتركت للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمفية في عام 1956 وكانت وقتها في السادسة عشرة وفازت فيها بالميدالية البرونزية في سباق التتابع أربع في أربع ولكن هذا كله كان مجرد البداية لانطلاقة أكبر وفي السابع من سبتمبر عام 1960 أصبحت ويلما أول لعبة أمريكية تفوز بثلاثمين دليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمفية التي أقيمت في روما فقد فازت بالمركز الأول في سباق المائة متر وفي سباق المائتي متر كما قطعت المرحلة الأخيرة لفريقها في سباق الأربع مائة متر تتابع وقد قادتها كل هذه الإنجازات الرائعة إلى أن تصبح واحدة من أشهر لعبات قاطبة بالإضافة إلى ذلك فإن شهرتها هذه في مجال الرياضة قد أدت إلى ذوبان الفوارق بين الجنسين والتي كانت موجودة من قبل وذلك في مجال ألعاب المضمار والميدان ومن بين الجوائز العديدة التي حصلت عليها خلال مشوار حياتها كرياضية وبعد اعتزالها كذلك أنها كانت أول لاعبة تفوز بجائزة جيمس إي سوليفان للروح الرياضية العالية وكذلك جائزة أفضل رياضي في العالم التي تمنحها رابطة كتاب الرياضة في أوروبا بالإضافة إلى جائزة كريستوفر كولومبوس التي تمنح لأبرز شخصية رياضية دولية وعلى رغم من معاناتها الجسدية المبكرة فإن والما رودولف قد اختارت أن تحيا وأن تؤدي دورا على مسرح أكبر بكثير مما كان يفترض لمن في مثل حالتها الصحية ومن خلال قيامها بذلك أصبحت نموذجا رائعا حريا أن يحتذي به كل الأطفال من دوي الاحتياجات الخاصة أو الذين ينشأون في بيئة يحرمون فيها من مميزات عديدة وفي عام 1997 وبعد وفاتها بثلاث سنوات نتيجة إصابتها بسرطان في المخ أعلن دون ساندكوست حاكم ولاية تنسي أن يوم الثالث والعشرين من يونيو سوف يصبح يوما مخصصا لإحياء ذكرى ويلما رودولف والآن نأمل أن تكون قد اقتنعت بأن الحياة ما هي إلا خيارات انظر إلى الدليل حولك كل يوم هل لاحظت أن بعض الأشخاص يختارون أن يعيشوا حياة عادية؟ بل والمحزن أن بعض الأشخاص قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير فقد اختاروا أن يضعوا نهاية لحياتهم بأيديهم فأقدموا على الانتحار وفي المقابل فهناك آخرون استطاعوا النهوض من عثرتهم ونجحوا في تخطي أصعب المعوقات واختاروا أن يجدوا لأنفسهم ظروفا أفضل وقاموا بذلك على نحو الرائع إن المكتبات مليئة بالتراجم والسير الذاتية التي تتناول حياة رجال ونساء اكتسبوا عادة الإصرار والمثابرة لكي يغيروا من مسار حياتهم إن نقطة الانطلاق والتحول في حياة هؤلاء قد جاءت عندما أدركوا أن بمقدورهم أن يختاروا لأنفسهم مستقبلا مختلفا من فضلك تفهم هذا الأمر جيدا فهو أمر أساسي إن كل النتائج التي تحصل عليها في حياتك الآن هي ما تستحقه تماما لا أكثر ولا أقل وهذه الحقيقة تسري على حياتك المهنية وعلاقاتك الشخصية وحالتك المادية لأنه كيف كان يمكن لتلك النتائج أن تأتي على خلاف ما هي عليه الآن إن كل ما حققته في حياتك من نجاحات أو كل ما عانيته من إخفاقات إنما هو ببساطة نتيجة مباشرة لكل ما أخذته من خيارات في حياتك حتى لحظتك هذه بعبارة أخرى إنما قمت باتخاذه بشكل ثابت من خيارات إيجابية أو افتقارك إلى مثل هذه الخيارات هو الذي منحك أسلوب الحياة الذي تحياه الآن عندما تتقبل المسؤولية الكاملة عن هذه الحقيقة فأنت ماضي في طريقك الصحيح نحو الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال والسلام النفسي كثيرون يتحملون حياة مفعمة بالإحباطات لأنهم عالقون في دائرة الأشياء التي يعتقدون أنهم مضطرون للقيام بها وعندما تقول عبارة مثل لقد أغضبني هذا الشخص فالحقيقة هي أنك أنت الذي اخترت أن تغضب في حين أنك لم تكن مضطرا إلى ذلك لقد جاء رد فعلك غاضبا واستسلمت لذلك بدلا من أن تعتمد إلى أخذ خيارا مختلف ومن التعليقات الشائعة الأخرى التي سوف تسمعها إنني عالق في هذه العلاقة بعبارة أخرى يجب علي أن أبقى عالقا في هذه العلاقة أو إنني أكره هذه الوظيفة فإنها لن تمكنني أبدا من كسب المال الكافي لكي أحظى بحرية حقيقية وهذه الجملة تاني في الواقع يجب علي أن أبقى في هذه الوظيفة التي أحصل منها على دخل منخفض للأبد يا للحسرة الأشياء التي تعتقد أنك مضطر إلى القيام بها تضعك في موقف تشعر فيه بالقهر بينما الأشياء التي تختار القيام بها تضعك في موقف القوة اختر بحكمة وتعقل عندما تعيش حياتك باستمرار في ظل تلك الأشياء للطرارية فأنت تضع نفسك تحت ضغوط شديدة في موقف تشعر فيه بالقهر وهذا يسبب المقاومة والاستياء من جانبك كما يستنزف طاقتك أما عندما تعيش كل يوم من أيام حياتك في ظل تلك الأشياء التي تختار أنت القيام بها فأنت تضع نفسك في موقف القوة وتشعر بأنك ممسكا بزمام حياتك وتسيثر عليها ويقتضي هذا الأمر أن تبذل جهدا واعيا من جانبك حتى تفكر باستمرار فيما تتخذه كل يوم من قرارات حتى فيما يتعلق بالمهام البسيطة كغسل الأطباق قل لنفسك أختار أن أغسل الأطباق الآن وسوف أقوم بذلك على أفضل نحو ممكن فهذا أفضل بكثير من أن تقول يجب علي أن أغسل الأطباق الآن يا له من شقاء وإذا كنت تنقط حقيقة تأدية مهمة ما فاختر الآن أن توجد لنفسك أسلوب حياة معين حيث لا يطلب منك القيام بمثل تلك الأشياء وما عليك إلا أن تفوض هذه المهام إلى شخص آخر أو استئجار أحدا ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن المقاومة التي تنشأ بداخلك للمهام الاضطرارية غالبا ما تؤدي إلى التأجيل المزمن وأنت تعلم أن ذلك أمرا غير مثمر إلى حد بعيد قرر الآن أن تنقل تركيزك اجعل كل نشاط خيارا واعيا كفا كما قمت بإعداده من قوائم بالأشياء التي تتوهم أنه يجب عليك القيام بها ابدأ من اليوم واحذف من قاموس مفرداتك الكلمات التي تشعرك بالاضطرار والقهر استعد قوتك وزد من طاقتك واستمتع بالحرية التي يضفيها الاختيار المستمر على حياتك إليك مثالا جيدا أحد عملاءنا وكان رجلا في بداية الخمسينات من عمره أصابه الإحباط نتيجة لعدم قدرته على الإقلاع عن التدخين في إحدى ورش العمل الخاصة بنا هب هذا الرجل واقفا وقال في انفعال إما أن أقلع عن التدخين أو ألقى حتفي وأنا لا أريد أن أموت الآن كان هذا الرجل يشعر بإحباط ويأس تام وكان منزعجا وقلقا بصورة واضحة على مستقبله طلبنا منه أن يعيد صياغة موقفه هذا ليصبح موقفا اختياريا وليس موقفا اضطراريا فتوصل إلى هذه العبارة القوية الفعالة اليوم أختار أن أكسب المعركة ضد التدخين ولأنه كان يتحلى بطبيعة تميل إلى التنافس فقد قرر أن يتعامل مع التدخين كخصم أو كعدو لدود كانت معركة وكان مصمما على أن ينتصر فيها وكان يستخدم هذا التأكيد كل يوم وفي خلال شهرين استطاع أن يقلع عن التدخين مهائيا وأن يخرج من المعركة سليما معافة إن الصراع قد تلاشى بمجرد أن وضع نفسه في موضع المسئولية من خلال اختيار القيام بالأمر طواية ومن خلال العمل على وضع هذا الخيار الجديد في حيز التنفيذ وقد حثه هذا النصر الذي حققه على أن يقوم بإجراء تغييرات أخرى في أسلوب حياته كان من بينها الالتزام ببرنامج لممارسة التمرينات الرياضية بانتظام وبعادات غذائية أفضل وكما ترى فإن القيام بأخذ خيارات أفضل بصورة مستمرة قد نتجت عنه سلسلة من الأحداث المثيرة وعندما تقوم بأخذ خيارات أفضل بصورة مستمرة فإنك بذلك تكتسب عادات أفضل وهذه العادات الأفضل تولد بدورها شخصية أفضل وعندما تكون لديك شخصية أفضل فأنت تستطيع أن تضيف إلى هذا العالم قيمة أكبر وعندما تصبح أكثر قيمة فإنك تجتذب فرصا أكبر وأفضل وهذا يمكنك من أن تقدم إسهامات أكبر وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق نتائج أكبر وأفضل إن بعض الأشخاص قد اكتشفوا هذا الأمر حقا وأصبحوا بارزين في مجتمعاتهم على اعتبار أنهم أشخاص يتسمون بالقوة والفعالية إحدى عميلاتنا وكانت سيدة عجوز في الثالثة والسبعين من عمرها وكلها نشاطا وحيويا قمنا بإعطائها قائمة بالأشياء التي يجب عليها القيام بها في إحدى ورش العمل الخاصة بنا وعندما واجهت هذا الأمر ضمت ذراعيها إلى صدرها وقالت بصوت عال لست مضطرة للقيام بأي شيء ثم رفضت ببساطة لاشتراك في ورشة العمل وقد اكتشفنا بعد ذلك بفترة أن لهذه السيدة تاريخا طويلا من المشروعات الناجحة وأنها قد تعلمت بوضوح هذا الدرس المهم قبل سنوات عديدة تذكر أن أفكارك المهيمنة عادة ما تنتصر عندما يتعلق الأمر بالقرارات اليومية تأكد من أن اختياراتك الواعية تقاربك من تحقيق أهم أهدافك كما أنه من المهم أيضا أن تفهم أن اختيارك ألا تفعل شيئا ما يكون موقفا ملزما وإذا طلب منك شخص ما أن تلتحق بلجنة سوف تتطلب منك أن تقضي بها مساءين كل أسبوع يمكنك دائما أن تمتنع إذا لم يكن ذلك في مصلحتك اختر أن تقول لا فهذه هي أفضل استراتيجية لكي تحافظ على حياتك متوازنة بشكل جيد وتحت السيطرة دائرة المثابرة المواظبة على الأداء هي التي تبني تلقائيا مستقبلك الأفضل إنها دائرة متصلة إليك بعض الأمثلة القليلة لتأخذها في الاعتبار وبدلا من ذلك أختار أن أستثمر ساعة واحدة كل ليلة في تعلم المزيد عن مجال عملي أو عن الاستقلال المالي أو عن فن الخطابة أو عن تأليف الكتب أو عن أنشطة أخرى مشوقة ومثيرة للاهتمام من شأنها أن توسع معرفي ومداركي اثنان أختار أن لا أهدر وقتي كل يوم في قراءة الصحف الميالة إلى معالجة الموضوعات المثيرة وكذلك المجلات التافها وبدلا من ذلك أختار أن أبدأ يومي بقراءة شيئا ملهم مثلا كتاب من سلسلة كتب أو سيرة ذاتية ملهمة أو رسالة محفزة ومشجعة نرجو التأكيد هنا على أننا لا نفترح عليك أن تتوقف عن قراءة الصحف التي لها صلة وثيقة باهتماماتك لأنه من المهم في مجال العمل أن تكون ملما باستمرار بالأحداث الجارية وعلى علم دائم بالمستجدات والقضايا الراهنة كل ما نطلبه منك هو أن تتجنب الصحف الصفراء ثلاثة أختار أن لا أصبح مذمنا للعمل وبدلا من ذلك أختار أن أخصص وقتا معينا كل أسبوع أقضيه مع أسرتي وأصدقائي بعيدا عن العمل وأستمتع فيه دون الشعور بالذنب وتأني بالضمير وكذلك أخصص لنفسي وقتا معينا لقضاء شؤوني الخاصة هل بدأت ترى الصورة الآن؟ هل ترى مدى ما يمكن أن تصبح عليه من قوة وفعالية فيما لو امتلكت خياراتك اليومية؟ من الآن فصاعدا عندما تقفز إلى ذهنك عبارة يجب علي أن صحب أعلى صوتك قائلا لا لا إنني أختار أن لا أعاني ثانية في حياتي من الأشياء الاضطرارية وسوف تجد أن قيامك بذلك شيئا مبهج سوف تحتاج في المراحل الأولى إلى أن تقف حارسا على عتبة ذهنك حتى تمنع تلك الأشياء الاضطرارية الصغيرة والبغيضة من التسلل إلى داخلك كن صارما وحازما للغاية في هذا الصدد قم بقمع هذه الأشياء الاضطرارية بإصرار ومثابرة حتى تترسخ بداخلك عادة الاختيار الجديد معادلة النجاح الآن قد أوضحنا أهمية الخيارات استعد لواحدة من أهم الاستراتيجيات التي سوف تجدها في هذا الكتاب بأكمله سوف تحتاج إلى وعين تام حتى تستوعب هذه الاستراتيجية تماما إذا كنت بحاجة إلى أن تمدد جسدك قليلا أو تأخذ فترة راحة قصيرة تستعيد بعدها نشاطك ففعل ذلك الآن حتى تكون متيقظا وهذا هو ضماننا إذا قمت بتطبيق كل ما سوف تتعلمه في بقية هذا الفصل فإن حياتك العملية والشخصية سوف تقفز إلى مستوى جديد تماما من الأدى ونستطيع أن نخبرك من واقع خبرتنا أن القليلين جدا من الأشخاص هم الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية بصفة مستمرة وبالتالي استطاعوا تحقيق النجاح أما الباقون فقد أصبحت حياتهم كسلسلة متصلة من النجاحات والإخفاقات وغالبا ما تكون الإخفاقات هي الأكثر إن معادلة النجاح هي مسألة تتعلق بك أنت وحدك وهي تتلخص في كلمتين فقط هما الاتفاقات والمسؤولية إليك قصة إحدى العطلات حتى نقدم لك هذه المعادلة الهامة للغاية وحتى نوضح مقصدنا يروي لنا لس كنت أنا وأسرتي نقضي عطلة في منتجع شهير بوسط أمريكا وكنا نجوب شوارع المدينة بعد ظهر أحد الأيام عندما استوقفتنا مرأة شابة وسألتنا ما إذا كنا نريد أن نصفف شعرنا على هيئة ضفائر وعرضت علينا بعض الصور الفوتوغرافية لأشخاص قد غيروا من مظهرهم تماما بعد تصفيف شعرهم بهذه الطريقة كما أشارت إلى ذلك العخد الجميل الذي يستخدم في عملية التضفير هذه أثار ذلك اهتمام زوجتي وابنتي فسألاها كم يتكلف هذا الأمر فأجابت خمسة عشر دولارا فقط فرد عليها فقط فأجابت نعم فقط خمسة عشر دولارا ليس أكثر فسألاها وكم من الوقت يلزم لعمل ذلك فأجابت مؤكدة ليس أكثر من ثلاثين دقيقة كنا قد خططنا لزيارة بعض الأماكن الهامة التي تستحق المشاهدة في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم ولكننا خررنا تعديل برنامجنا الزمني بحيث ندخل عليه هذه الثلاثين دقيقة وفي اللحظة الأخيرة قرر ولدي وكان لا يزال في سن المراهقة أن يقوم هو الآخر بتصفيف شعره على هذا النحو فاتفقت معهم على أن أمر لاستحابهم من الكوفير بعد خمسة وثلاثين دقيقة وصلت طائعا إلى الكوفير في الموعد المحدد تماما ولكنني فوجئت بأنهم لم ينتهوا بعد كان المكان مزحما بالأشخاص ولم يكن هناك مقعدا واحدا خاليا كان طاقم العمل في الصالون مكونا من تسعة أشخاص وكانوا يباشرون عملهم بإهمال ولا مبالات ويتجاذبون أطراف الحديث مع بعضهم البعض في أثناء ذلك وحتى لا أطيل عليكم فخلاصة الأمر أن عملية تصفيف شعر زوجتي وابنتي وابني قد استغرقت أكثر من ثلاث ساعات وبالطبع فقد ذهبت كل خططنا لفترة بعض الظهر أدراج الرياح أما المفاجأة الثانية فقد جاءت في النهاية عندما تضح لنا أن الثمن الحقيقي لعملية تصفيف الشعر هذه هو خمسة وسبعون دولارا للفرد الواحد وليس خمسة عشر دولارا إن المرأة الشابة التي قابلناها قد تجاهلت في حديثها معنا إخبارنا بأن هناك ثمنا إضافيا لكل عقد من العقود المستخدمة في عملية التضفير وقد احتاجت ابنتي إلى مائة وعشرين عقدا حتى تجمع ضفائرها معنا قمنا بدفع هذه الأسعار المتضخمة وغادرنا المكان شاعرين بأننا قد خدعنا على الرغم من أن طريقة تصفيف الشعر كانت جميلة هل يتوقع هؤلاء بعد ذلك أننا من الممكن أن نتعامل معهم مرة ثانية محال أن نفعل ذلك هل قمت من قبل بعقد اتفاقا ما واعتقدت أنك على علم بكل صغيرة وكبيرة تخص هذا الاتفاق ثم وجدت الأمور تتبدل والأحوال تنقلب انقلابا كاملا وبشكل غير متوقع ماذا كان شعورك عندما حدث ذلك؟ من المرجح أنك قد شعرت بالقلق والانزعاج والإحباط والغضب وخيبة الأمل وربما تكون قد لمت نفسك حتى لأنك لم تكن ذكيا وماكرا بما فيه الكفاية إليك النقطة الهامة الأولى التي نريد أن نوضحها لك وأن نطبعها في ذهنك كل العلاقات المنهارة يمكن إرجاعها إلى الاتفاقات غير المحكمة وينطبق هذا الأمر على الاتفاقات أو الصفقات في مجال العمل وعلى حالة الزواج والمواقف العائلية وعلاقتك مع مدير البنك التي تتعامل مع ومع أصدقائك وعلاقات الشراكة وعلى أي علاقة أخرى بين شخصين أو أكثر وأصابها التصدع هل لاحظت كيف أن المجتمع الغربي على وجه التخصيص يجد صعوبة كبيرة هذه الأيام فيما يتعلق بالوفاء بالعهود والاتفاقات؟ إذا كنت تريد دليلا على ذلك فما عليك إلا أن تلقي نظرة على هذه الألوف المؤلفة من المحامين الذين يقومون على حل كل هذه القضايا والمشكلات والخلافات والنزاعات إن خوف الأشخاص والمؤسسات اليوم من أن تتم مقاضاتهم لسبب أو لآخر أصبح من الأمور التي تعوق النمو والازدهار في العديد من الأنشطة والمجالات وعلى الأخص في مهنة الطب ويعد هذا الأمر برمته جنونا بلا شك ولكن إليك الأخبار الجيدة إن لديك فرصة رائعة للصمود ببساطة بأن تحافظ على صدقك وأمانتك ونزاهتك قد تفكر في نفسك قائلا ولكن كيف لي أن أحافظ على صدقي وأمانتي بصورة ثابتة؟ نشكرك على ذلك السؤال الهام للغاية وإليك الإجابة الهامة للغاية الأمانة الحقيقية تعتمد على الوفاء بالعهود والاتفاقات اعمل على أن تستوعب الجملة السابقة بحق إذا كنت تريد حقا أن تحيا حياة أكثر رفعة والسمو وأن تجني مكافآة وعوائد أكبر فإن ثباتك على مبادئك سوف يوضع على المحك مرارا وتكرارا ولتفكر في هذا الأمر إنك في كل يوم تبرم عددا من الاتفاقات وكل يوم يصدر عليك الآخرون أحكامهم بناء على الطريقة التي تتصرف بها بعد اتخاذ تلك القرارات فما هي الصورة التي يبدو عليها سجلك فيما يتعلق بوفائك بالعهود وتنفيذك للاتفاقات؟ إليك هذه الحقيقة الهمة ليس هناك وجودا لما يسمى باتفاق صغير أو تافه أحد عملائنا هو الذي أشار إلى الحقيقة السابقة وهي في واقع الأمر جملة عميقة على سبيل المثال يتصل بك أحد من دوب المبيعات ويقوم بدعوتك إلى الغداء غدا في الساعة الثالثة ونصف مساء تصل أنت في الموعد تماما بينما يأتي هو متأخرا 25 دقيقة بلا عذر واضح ودون أن يعتذر لك عن تأخيره على افتراض أنك انتظرته كل هذا الوقت فكيف سيكون شعورك؟ هل ما قام به يعد شيئا مقبولا بالنسبة لك؟ إذا كان هناك عذر معقول ومقبول ازدحام المرور مثلا أو مشكلة بسيطة طرأت في العمل وهو على وشك النزول إليك فربما تدعو الأمر يمر بسلام ولا تعبأ كثيرا بتأخري ولكن ماذا لو تكرر الأمر مع نفس هذا الشخص للمرة الثانية أو الثالثة؟ إننا الآن بصدد سلسلة من الاتفاقات المخلفة تحضر أنت دائما في الموعد المحدد ولكن الطرف الآخر يتأخر باستمرار إن مثل هذا الأمر لن يتم التسامح معه ولن يكون مقبولا في سوق العمل التنافسي في هذه الأيام عندما تنقض اتفاقا للمرة الأولى فمن المراجح أن الطرف الآخر سوف يمنحك فرصة ثانية ولكن عندما تقوم بنقض الاتفاقات بشكل متكرر فإن مستقيتك وقيمتك في سوق العمل ينقصان بسرعة وينصرف الناس عنك إلى مكان آخر وعندما تكتسب عادة الوفاء بالعهود وتنفيذ الاتفاقات الصغيرة بصورة ثابتة فإن العهود والاتفاقات الكبيرة سوف تتولى الاهتمام بنفسها اجعل هذا الأمر فلسفتك فيما يتعلق بالكيفية التي تختار بها أن تحيا حياتك عندما تفعل ذلك سوف تسعد إلى أبعد حد وهذه هي الطريقة التي تسير عليها الأمور منذ أمل طويل إليك مثالا آخر وهو موجه إلى الأزواج بصفة خاصة ورغم ذلك فمن الممكن أن يكون له صلة وثيقة أيضا بالزوجات فلتتأمل هذا الموقف تطلب منك زوجتك أن تستبدل المصباح الكهربية التالف الموجود في صالة المنزل بمصباح جديد فتجيب عليها قائلا حسنا سوف أقوم بهذا الأمر قبل الغداء ويحين العشاء ولا يزال المصباح التالف في مكانه بدون أن يتم استبداله تكرر زوجتك طلبها مرة ثانية بشكل مهذب ولكنه لا يخلو من الحزم يمر يوما ولا يزال مدخل الصالة مظلما وفي نهاية الأمر تقوم زوجتك بأداء هذه المهمة بنفسها بعد أن يائست من قيامك أنت بها وتسر أنت لأنها قد أزاحت هذه المهمة عن كاهلك ثم تسقط الأمر برمته من ذاكرتك ولكن إليك النقطة الأساسية إذا تجندت باستمرار القيام بما قلت أنك ستقوم به فإن سمعتك كشخص يحترم كلمته ويفي بوعوده تسوء وتشوبها الشوائد وتفقد زوجتك ثقتها بك ونتيجة لذلك تتدهور العلاقة الزوجية وتنفص معراها شيئا فشيئا وذلك لأن عدم وفائك بالتزاماتك البسيطة سوف يمتد كذلك إلى الالتزامات الأكبر منها وفي آخر الأمر تنهار العلاقة تماما ويكون الطلاق هو النهاية في كثير من الحالات وهذه عاقبة وخيمة وخطيرة جدا قد تندم عليها لوقت طويل وفي المقابل فعندما تلتزم باستمرار بالقيم بما قلت أنك سوف تقوم به فسيعرف عنك الجميع أنك شخص جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليه وعندما تمارس ذلك السلوك كل يوم فستكون المكافآت عديدة وستتضمن هذه المكافآت حصولك على عملاء مخلصين وأرباح زائدة وعلاقات جميلة ورائعة وربما الأهم من ذلك هو ما ستشعر به من سعادة وراحة نتيجة لإحساسك الداخلي بأنك شخصا تتسم بالأمانة والثقة والصدق وهذا وسام يمكنك أن تفخر بوضعه على صدرك كما أنه سوف يخدمك جيدا في واقع الأمر وفي بعض المناطق النائية في أيرلندا يمتلك الفلاحون طريقة تقليدية للتصديق على الاتفاقات فبعد عقد صفقة ما ببيع بعض الماشية مثلا يبصق كل طرف من الطرفين في كفيه ثم يفرقهما معا ثم يتصافحان بالأيدي بحرارة وبذلك يتم التصديق على الاتفاق إن الكلمة بالنسبة لهم تعد ميثاقا وتعهدا ولذلك فلما كان هناك لمهنة المحاما إن قوة الشخصية تلك هي التي تولد الثقة والاحترام هناك موقف واحد فقط لبأس فيه من أن تنقض اتفاقك أو تخون مبادئك وهو الموقف الذي نطلق عليه اسم التمرد الذكي لنفرض أن لديك اعتقادا شخصيا يجعلك تؤمن بشدة بأنه من الخطأ أن تؤذي أحدا إيذاءا جسديا وفي أحد الأيام وبمجرد وصولك إلى منزلك تسمع صراخا بداخلي فتقوم بهدوء بفتح الباب المؤدي إلى حجرة المعيشة فترى رجلا يحمل مسدسا ويهدد به أفراد أسرتك من الواضح أن هذا الوضع خطيرا جدا واحتمالا كبيرا أن يتفجر الموقف وعلى الفور تبدأ في التدخل موجها إلى ذلك المعتدي ضربة قوية بمضرب الجولف تصيب ركبته من الخلف ثم تجرده من سلاحه وتنهي الموقف هل عرفت الآن لماذا نطلق على هذا الموقف اسم التمرد الذكي؟ بقى لنا هنا نقطة واحدة يجب أن تتذكرها دائما وهي أنه في الظروف العادية إذا وجدت صعوبة في أن تفي بعهدك وتنفذ اتفاقك فمن الممكن أن تعيد التفاوض استخدم هذا الخيار دائما كي تحافظ على صدقك وأمانتك وهو خيار لا يكلفك أكثر من أن تجري اتصالا هاتفيا وتقول لمحادثك مثلا سوف أتأخر عن موعدي 15 دقيقة فهل هذا يناسبك؟ عندما تكتسب عادة أن تكون مسؤولا عن تصرفاتك سيبدو للجميع أنك شخصا فريد وتذكر أنه في نهاية الأمر سوف يتذكرك الناس بأفعالك لا بأقوالك لذا كن مسؤولا عن أدائك واجعل تصرفاتك وأفعالك ظاهرة للعيان بحيث يمكن للآخرين تقييمها والحكم عليها وكما يقول المخرج وودي ألان جانب كبير من الحياة أن تكون مرئيا للآخرين ويعد أندري أغاسي واحدا من أبرز لعب التنس في العالم وهو مشهور بما يرتديه دائما من ملابس متميزة ذات ألوان متوهجة وقد فاز أغاسي بالعديد من البطولات الكبيرة في هذه اللعبة مما فيها بطولة ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة ومع ذلك وكما يحدث في الغالب فإن دائرة النجاح من الممكن أن تنقلب فجأة رأسا على عقب وهو ما حدث لأغاسي في عام 1997 كان هذا العام عاما مفجعا بالنسبة له حيث انتهى به الأمر في ذلك العام إلى أن يصبح المصنف رقم 122 على العالم وهو مركز عادي ومتوضع جدا مقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات عندما كان المصنف الأول على العالم وهكذا فقد سأد الأمور للغاية بالنسبة له حتى أنه قد فكر في الاعتزال ولكنه عاد إلى المنافسة بقوة في عام 1998 وتمكن في عام 1999 من الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة كما وصل إلى نهاء بطولة ويمبلدون ونتيجة لذلك استعاد لقبه ليصبح المصنف رقم 1 في العالم ما الذي سبب ذلك التحول الرهيب؟ لقد أدلى أندري أجسي بهذه التصريحات في مقابلة أجراها معه الصحفي براين هتشنسون يقول أجسي كان الأمر محبطا لي للغاية وعانيت حالة شديدة من فقدان الثقة بنفسي بعد ثمانية أعوام كنت فيها باستمرار واحدا من أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم أدركت أنه كان يتعين علي الرجوع إلى نقطة البداية كان علي أن أستعيد لياقتي وأن أبدأ من جديد لقد تراجع ترتيبي بين المصنفين إلى حد بعيد لدرجة أفقدتني توازني وجعلتني غير قادرا على التمييز بين الواقع والخيال لم تكن أهدافي في ذلك الوقت تتعدى رغبتي في أن أصبح أفضل حالا يوما بعد يوم لم تعتراوده أو تجول بخاطره أي أفكار بشأن الاعتزال يقول كان كل ما يدور بداخلي وأنا في وسط أي مباراة هو أنني ينبغي علي العمل في هذه اللحظة وفي نهاية المباراة كنت أنظر حولي وأرى حجدا من الجماهير السعيدة وكان ذلك يشعرني بشعور جيد إن هذا بلا شك مثلا رائعا آخرا للمثابرة والمسؤولية والصدق والأمانة الشخصية وهذه هي أساسية النجاح المستمر عامل الصدق هذه معادلة ثلاثية الأجزاء لمساعدتك على أن تحيا متحليا بأقصى درجة من الأمانة والصدق وهي معادلة بسيطة وفعال ونحن ندعوك إلى أن تبدأ في استخدامها كل يوم واحد عندما تقول الحقيقة دائما يثق بك الناس اثنان عندما تفعل ما قلت إنك ستفعله كما وعدت يحترمك الناس ثلاثة عندما تشعر الآخرين بالتميز يحبك الناس إن كلمتي كما وعدت في الجزء الثاني هامتان للغاية استخدمهما في حواراتك بانتظام فإن ذلك سوف يعزز حقيقة أنك تتابع حقا تنفيذ ما وعدت بتنفيذك فإذا طلب منك أحد العملاء أن ترسل له بالفاكس معلوماتا محددة في خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة فادأ رسالتك إليه دائما بكلمتي كما وعدت على سبيل المثال قل له في رسالتك كما وعدتك هذا هو السعر الذي طلبته مني بالأمس عندما تفعل ذلك فإنه يكون بمثابة تذكرة بسيطة للآخرين بأنك تفي بالتزاماتك كما وعدت بأن تفعل ذلك هل تتذكر الأسئلة الثلاثة الحاسمة التي أشرنا إليها في الفصل الخامس تكوين علاقات ممتازة؟ هل تحبهم؟ هل تثق بهم؟ هل تحترمهم؟ إن عامل الصدق يجمع بين هذه الأسئلة الثلاثة وبين مبدأي المسؤولية والوفاء بالاتفاقات إنها معادلة قوية وفعالة فتعلم أن تطبقها وتمارسها قرر الآن أن تحدد لنفسك مستوى جديد فيما يتعلق بالطريقة التي تعمل بها كل يوم إن ذلك سيضعك في أفضل ثلاثة في الماء من الناجحين كما ستجتذب فرصا أكثر وأكبر مما كنت تعتقد في إمكانها عندما تمارس مبدأ عامل الثقة فإن عملائك سوف يسعدهم للغاية أن يقوموا بترشيحك للآخرين الأمر الذي يؤثر مباشرة على أرباحك النهائية الصدق لا تغادر منزلك أبدا بدونه خاتمة ختاما لهذا الفصل إليك قصة ملهمة أخرى تجمع كل ما تحدثنا عنه فيه الإصرار والمثابرة الاتفاقات والمسؤولية وبالطبع عامل الصدق نتناول في هذه القصة طرفا من حياة كين هتشكوك وكين هتشكوك هو رجل ضخم بطرق عديدة ليس فقط فيما يتعلق بحجمه قبل عدة سنوات كان كين يزن ما يزيد على 450 رطلا غير أن حجمه الكبير هذا لم يمنعه من الملاحقة والسعي وراء الشيء الذي يحبه ويهواه ألا وهو تدريب الهوكي إلى أن أصلح في نهاية الأمر مدربا رائعا استطاع أن يقود فريق الهوكي في أحد أندية الدرجة الثانية إلى الفوز ببعض البطولات الإقليمية في خمس مواسم من إجمال ستة مواسم الأمر الذي يعد إنجازا رائعا غير أن طموحه الحقيقي كان أن يقوم بالتدريب في الاتحاد الوطني للهوكي ولبراعته في التخطيط فقد تعلم كل ما يمكن تعلمه عن هذه اللعبة كما تعلم أيضا كيف يلهم اللاعبين ويحثهم على الأداء الراقي ولكن وزنه الزائد كان عاملا مهما فقد أخبر أنه من غير المرجح أن يتم اختياره لوظيفة مدرب في أحد الأندية الكبيرة بسبب ضخامته ووزنه الزائد وذات يوم وفي نهاية أحد تدريباته في نادي الدرجة الثانية انزلقت قدماه وخر واقعا على الجليد ولم يتمكن من النهوض والوقوف على قدميه مرة ثانية إلا بمساعدة لعبه الأمر الذي سبب له كثيرا من الحرج والإحباط كانت هذه لحظة حاسمة بالنسبة له وأدرك ساعتها بيقين مطلق أن طموحاته لن تتحقق أبدا ما لم يعالج مشكلته مع الوزن الزائد ولذلك فقد قرر أن يمسك بزمام مستقبله من خلال اختياره بأن يكسب المعركة ضد السمنة وبمساعدة أحد أصدقاءه المقربين بدأ في اتباع برنامجا قاس لإنقاص وزنه وكان هذا البرنامج يجتمل على التدريب بشكل يومي وتناول وجبات متوازنة بذقة وعناية ومن خلال الإصرار والمثابرة والالتزام بتحقيق النجاح فقد 250 رطلا من وزنه في أقل من عامين لقد قرر كين أن يصبح مسؤولا عما يحققه من نتائج فأبرم مع نفسه اتفاقا يقضي بأن يفعل كل ما يقتضيه الأمر حتى يستطيع المنافسة على وظيفة مدرب في الاتحاد الوطني للهوكي وفي عام 1997 تحقق حلمه عندما أصبح مدربا لفريق دالاس ستورز وفي أول موسم له قاد هذا الفريق بمهارة شديدة إلى مركز متقدم وكان هذا إنجازا رائعا آخر يحققه كين وبعد ذلك بعامين استطاع أن يحقق الحلم الذي يحلم أي مدرب في الاتحاد الوطني للهوكي بتحقيقه وهو الفوز بكأس ستانلي وكانت هذه هي البطولة الأولى على الإطلاق التي يفوز بها فريق دالاس ستورز إذا كان في مقدور كين هتشكوك أن يحقق حلمه فلماذا لا يكون في مقدورك أنت القيام بشيء بارز وتحقيق حلمك سوف نكرر هذه العبارة مرة أخرى الصدق الحقيقي هو أن تأخذ خيارات جديدة بشكل مستمر وأن تفي بما تلتزم به أمام نفسك وأن تصمد وتثابر خلال الأوقات العصيبة وأن تكون مسؤولا مائة بالمئة عما تحققه من نتائج إنها معادلة رائعة تتطلب الشجاعة والرغبة في أن تكون أفضل ما يمكن أن تكون عليه وبمجرد أن تتخذ القرار لا يصبح هناك أي مجال للتراجع إلا إذا كنت تفضل أن تشعر بالذنب وتهني بالضمير من جراء إدراكك أنك لم تبذل أبدا أقصى ما تستطيعه لتحقيق النجاح استمر في التقدم فالنجاح هناك في انتظار هؤلاء الذين يثابرون خطوات العمل عامل الصدق أجب على الأسئلة الآتية بأمانة وصدق سوف تساعدك هذه الأسئلة على أن تضع خطة عمل جديدة كما أنها سوف تظهر بوضوح مستواك الحالي من الصدق والمسؤولية 1- في أي مجالات حياتي لا أفي دائما بالاتفاقات 2- ماذا سوف يكلفني هذا الأمر إذا لم أتغير ضعف اعتبارك العواقب بعيدة المدى 3- ما الذي أحتاج تحديدا إلى تغييره حتى أستمتع بأسلوب حياة في ظل عامل الصدق 4- ما المكافآت والفوائد المحددة التي سوف أجنيها من خلال إجراء هذه التعديلات 5- إن إدراكك أهمية الصدق في حياتك شيء بينما تطبيقه وممارسته يعد تحديا مختلفا تماما 6- الفصل القادم سوف يوضح لك هذا الأمر 7- ها قد وصلت إلى المرحلة النهائية والمثابرة هي التي ستساعدك على اجتيازها 7- اتخاذ إجراء حاسم 8- إن شيئا لا يتغير حتى تتغير أنت 9- جيم برون 9- هل أنت موتاد على تأجيل الأمور؟ 10- على سبيل المثال تحتاج إلى أن تكمل إعداد أحد التقارير بحلول نهاية هذا الشهر 11- ولكنك بدلا من أن تخطط لكتابة هذا التقرير على ثلاث مراحل بسيطة 12- تترك المسألة برمتها حتى الأيام القليلة الأخيرة قبل موعد تسليم 13- فتبدأ ساعتها في الشعور بأن هذا التقرير قد تحول إلى شبح مرعب لا سيما وأنه قد أصبح هناك من يلح عليك ويطالبك بسرعة الانتهاء منه 14- الأمر الذي يضيف إلى قلقك المزيد 15- وبطريقة أو بأخرى ترتب لإنجاز هذه المهمة 16- أخذا على نفسك عهدا بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تترك فيها الأمور تسير على هذا النحو 16- فالأمر لا يستحق كل ما سببه لك من ضغوط وتوتر 17- ولكنك تقوم بالفعل بتكرار نفس السلوك مرة بعد مرة 17- أليس كذلك؟ 18- لماذا؟ 19- لأنك قد تعودت على ذلك 19- هيا اعترف بالأمر 20- فأنت شخص تميل إلى التأجيل أو التسويف 21- إذا كان هناك من سلوى فهي أنك لست الوحيد 22- فكلنا تقريبا يفعل ذلك 23- وأحيانا يكون التأجيل أمرا حسنا 24- ولكنه يعتبر في أغلب الأحيان عادة خبيثة مزمنة تقف عقبة في طريق مستقبلك 24- وفي هذا الفصل سوف نساعدك على أن تتخلص من هذه العادة البغيضة نهائيا وعلى نحو حاسب 24- ومن بين جميع الاستراتيجيات التي قمنا بمناقشتها على صفحات هذا الكتاب 25- فإن أداءك فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية اتخاذ إجراء حاسم يسهل تقييمه 26- فهي استراتيجية واضحة وبسيطة للغاية 27- ولا يكون بمقدورك أن تختبئ أو تهرب من العواقب وأنت تتعامل معها 28- إن هذه الاستراتيجية تبين الضعيفة من القوي 29- والمتخاذلة من المقدام 30- وأصحاب الأقوال والشعارات من أصحاب الأفعال 30- إن الحسم هو أكبر خلفائك عندما تخطط طريقك في هذه الحياة 31- أما التأجيل 31- فهو لص الزمان الذي ينتظر متخفيا ليسلبك آمالك وأحلامك 32- وإذا كنت تريد دليلا على ذلك فقم بإلقاء نظرة عن قرب 33- يا لبشاعة المماطلة والتأجيل 34- إنها تخفي بين طياتها معاني سلبية كثيرة 34- مثل سلب القوة وانعدام الفعالية 35- إنك عندما تؤجل إنما تقضي على مستقبلك وتصيبه بالجدب 36- وتحرمه من الخصب والنماء 37- وذلك أمر مؤلم 38- نعم أنت على حق 39- إنه أمر مؤلما للغاية 39- لذلك من الآن فصاعدا 40- في كل مرة تجد نفسك فيها تجنح إلى التأجيل 40- استحذر إلى ذهنك هذه الصورة المؤلمة للجدب والقفر 41- حتى تحثك على العمل وتدفعك إلى الأداء 41- ويعد أد فورمان رئيس شركة Executive Development Systems 42- ومقرها مدينة دالس 42- شخصا يمتاز بقدرته على الشروع في العمل 43- واتخاذ الإجراء المطلوب في الوقت المناسب 43- وقد استطاع وهو في سن السادسة والعشرين 44- أن يجمع أول مليون دولار في ثروته 44- ثم شرع بعد ذلك في إقامة عددا كبيرا من المشروعات الناجحة 44- وتأسيس العديد من الشركات الناجحة كذلك 44- كما أنه قد استطاع أن يجد الوقت الكافي 44- ليتم انتخابه لعضوية الكونغرس الأمريكي 45- في دورتين مختلفتين 45- وعن ولايتين مختلفتين 46- هما ولاية تاكسس وولاية نيو مكسيكو 46- وهو الشخص الوحيد في القرن العشرين 47- الذي استطاع أن يفعل ذلك 47- وهو الآن يقضي أغلب وقته في تبادل الآراء والأفكار 48- بشأن استراتيجيات العمل الإيجابية 49- مع الرؤساء التنفيذيين 49- لشركات من جميع أنحاء العالم 50- وهو يمتلك طاقة وحماسة للحياة 51- يسريان منه إلى كل ما يتحدث معه 51- كما أنه ليس لديه وقت يهدره مع هؤلاء الأشخاص الشكائين البكائين 52- الذين لا يفعلون شيئا إلا الشكوى 53- من أنهم لا يمتلكون هذا الشيء أو ذاك 53- وهو يطلق على عادتهم تلك اسم متلازمة يوما ما 54- وقام بكتابة الكلمات التالية خصيصا 54- لما يقومون بالتأجيل دائما 55- كذلك فهو يطلق عليها اسم عقيدة المؤجرين 55- يوما ما عندما أكبر وأكمل دراستي وأحصل على وظيفة 56- سوف أعيش حياتي بالطريقة التي أريدها 56- يوما ما عندما أسدد كل ما علي من أقصاط وتستقر موارذي المالية 57- ويكبر أبنائي 57- سوف أشتري تلك السيارة الجديدة الجميلة 58- وأقوم بعمل رحلات مثيرة إلى الخارج 58- يوما ما عندما أصبح على وشك التقاعد 59- سوف أشتري ذلك المنزل الجميل 60- وأسافر عبر هذه البلاد الجميلة 60- وأرى هناك كل ما يستحق أن أرى 61- يوما ما 62- أد فورمان 62- ذات يوم 63- يشك هؤلاء المؤجلون على بلوغ نهاية الطريق 63- بعد حياة كانت مفعمة تارة بالظنون وتارة بالندم 64- في ذلك الحين 64- لا تشغل أذهانهم إلا جملة واحدة 64- فقط يظل صداها يتردد بداخلهم 65- وهم في آخر رحلة العمر 65- فتجد كل منهم يردد لنفسه 66- فقط لو كنت قد قمت بفعل الأشياء التي أردت فعلها حقا 67- لكانت حياتي قد اختلفت إلى حد كبير 67- إنهم يتأملون في حزن وأسن كل الفرص التي فاتتهم 68- فقط لو كنت قد استثمرت عشرة بالمائة من دخلي كل شهر 69- فقط لو كنت قد اهتممت بصحتي 69- فقط لو كنت قد اشتريت ذلك السهم 69- الذي بلغ سعره اليوم 100 دولار 70- عندما كان يباع بدولار واحد 70- فقط لو كنت قد انتهزت تلك الفرصة 71- وأقمت مشروعا خاصا به 71- وحسرتاه 71- لقد فات الأوان 72- وحانت اللحظة التي يغادر فيها مؤجل آخر 72- مسرح الحياة وهو مفعم بمشاعر الندم 72- والشعور بالذنب وعدم الرضا 73- احذر أيها القارئ العزيز 74- فمتلازمة يوما ما 74- هي شركا قاتل 74- والحياة أقصر من أن تقضيها في شيء غير الاستمتاع بها 75- إلى أقصى حد 75- إن التردد والشك سوف يجعلانك حبيسا في عالم من الحسرة والندم 76- وليس هذا هو ما تريده لنفسك 77- أليس كذلك؟ 77- حسنا دعنا إذن نضع خطة هجوم فعالة 78- تضمن لك حياة مليئة بالعمل الإيجابي 79- ومفعمة بالتجارب الفريدة التي لا يمكن نسيانها 77- ستة أسباب وجيهة 78- في البداية سوف نلقي نظرة على الأسباب التي تجعل الأشخاص يؤجلون 79- وبعد ذلك 79- سوف نقدم لك الطريقة التي تتخلص بها من هذه العادة السيئة 80- وإذا لم تكن ممن يقومون بالتأجيب 80- فاقرأ بقية هذا الفصل على أي حال 80- فقط إذا ما وجدت بعد قليل ما يحفزك للقراءة 80- سوف تتعلم بعض الأساليب الممتازة 80- التي سوف تجعلك أكثر حسماً مما أنت عليه الآن 81- توجد ستة أسباب وجيهة تدفعك إلى التأجيل 81- أصابك الملل 82- إن إحدى حقائق الحياة أننا جميعاً نشعر بقلة الحماس من وقت لآخر 82- ففي بعض الأحيان يتحول العمل إلى مجرد روتين متجر 83- وينتهي بنا الحال إلى أدائه بلا عناية أو اهتمام 84- فقط لأننا مطالبون بأدائه 84- وكما أشرنا من قبل فرجال الأعمال مشهورون بهذا الأمر 85- فبعد أن تنطفئ جذوة الإثارة التي تصاحب بداية مشروع جديد 86- يجدون أنفسهم بحاجة إلى تحدي جديد 87- إلى شيء ما يثير بداخلهم الشعور بالخطر 87- ويبعث في نفوسهم الإحساس بالترقب والانتظار 88- ولكن كيف يمكنك مقاومة الكسل والجمود 89- إليك بعض الاقتراحات 89- بداية اعترف بأنك مصاباً بالملل 89- كن مدركاً وواعياً لمشاعرك 90- ولمستويات طاقتك الآخذة في الانخفاض 91- ولعدم رغبتك في إتمام المشروعات 92- ربما تشعر بالتعب والإجهاد 93- رغم عدم قيامك بالكثير من الأنشطة الجسدية 93- إذا كنت تشعر بالتعب والإجهاد بشكل لم تعتد عليه 94- فاستشر طبيبك 94- فربما يكون هناك سبباً طبي 95- لما تشعر به من كسل أو فطور 95- اسأل نفسك هذه الأسئلة القليلة 95- وكن أميناً تماماً في إجابتك عليها 96- هل أنا مصاب بالملل من نواية العمل الذي أؤديه؟ 97- الإجابة على هذا السؤال تكون إما بنعم وإما بلا 97- لماذا أشعر بالملل؟ 97- ما الذي يمكنه أن يمنحني المزيد من الطاقة؟ 98- إن رجال الأعمال الناجحين يحافظون على عنصر الإثارة في حياتهم 99- من خلال سعيهم المستمر 99- وراء المشروعات الجديدة والفرص الأكبر 99- وهم يداومون على الارتقاء بمستوى ما يشعرون به من ترقب 99- ولا يقتنعون أبداً أو يكتفون بالأعمال الروتينية 99- التي لا تتطلب أي شكل من أشكال التحدي أو الإبداع 99- إنهم يحيون على المخاطرة والترقب 99- ودائماً يحدوهم الأمل في إمكانية تحقيق النجاح الباهرة 99- في كل مشروع جديد يستهلون 99- كما أن الشك الذي يحيطون به أنفسهم من كل جانب 99- يجعل حياتهم أكثر تشويقاً وإمتاعاً 99- إحدى الطرق التي تجدد بها نشاطك وتستعيد بها حيويتك مرة ثانية 99- هي أن تفكر في عقد صفقات أكبر 99- وفيما يتطلبه الأمر لتحقيق الأرباح التي تريده 99- وهناك وسيلتان لتحقيق ذلك 99- فإما أن تتمكن من بيع مزيد من خدماتك ومنتجاتك لعملائك الحاليين 99- وإما تحاول استخطاب عملاء جدداً إلى جانب عملائك الحاليين 99- تخيل لو استطعت أن تعقد صفقات أكبر بمرة أو مرتين من صفقاتك السابقة على الإطلاق 99- ابدأ في توسيع رؤيتك 99- وبالطبع فإن هذا يتطلب مجموعة جديدة تماماً من العلاقات والاتصالات 100- كذلك فأنت بحاجة إلى أن تكون أكثر إبداعاً وتجديداً 100- والإبداع يولد الطاقة 100- كما أن التجديد والابتكار 100- يعيدان إليك الحيوية والنشاط 100- وفجأة تجد أنك تضع لنفسك أهدافاً أكبر بكثير 100- وتجد أن محيط العمل قد تخللته روحاً جديدة من الإثارة 100- ولكن كن حذراً 100- فهذه الروح الجديدة من السهل جداً أن تنتقل منك إلى الآخرين 101- وسرعاً ما تجد كل فرد من فريق العمل الخاص بك 101- ينطلق إلى الأمام بمجموعة جديدة تماماً من المبادرات 101- وما يستدبع ذلك من حوافز يطالبون بها 101- وفجأة تصبح الحياة ممتعة مرة ثانية 102- ويسير العمل على ما يرام وتقول وداعاً للملل 103- ومرحباً بالأهداف الأكبر وبالمكافآت أكبر كذلك 102- أصبحت غارقاً في العمل 103- غالباً ما يؤجل الأشخاص لأنهم يتركون المهام تتراكم عليهم 104- بدلاً من العمل على مهمة واحدة لإنجازها 104- ثم البدء في مهمة ثانية وهكذا 104- وقد يبدأ هذا الأمر بمهمة واحدة صغيرة لم يتم إنجازها 105- لأن الوقت لم يكن مناسباً للعمل عليها 105- أو ببساطة لأنك لم تشعر بالرغبة في إنجازها 105- ثم تطرأ مهمة أخرى فتقوم بتأجيلها كذلك 106- الآن صار لديك مهمتان يجب عليك القيام بهما 107- كل منهما على حدة تعتبر مهمة بسيطة لا تستعصي على الأداء 107- ولكنهما مجتمعتان يولدان بداخلك شعوراً يجعلك تقاوم العمل عليهم مما يدفعك إلى تأجيلهما سوياً 118- وبعد فترة قصيرة تجد لديك قائمة متزايدة باستمرار تشتمل على عدد غير قليل من المهام المؤجلة 118- وعندئذ تجد التأجيل وقد أطل برأسه القبيح ويبدأ في السيطرة عليك والتحكم فيك 119- وحالما تجد أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك القيام بها تشعر بالحيرة والارتباك من مجرد التفكير في البدء 119- وبالتالي لا تبدأ أبداً 119- إذا كان هذا الوصف ينطبق عليك فلا تخف وتشجع 111- فهناك طرق تساعدك على اجتياز تلك العقبات وسوف نعرض عليك كيف تفعل ذلك قبل نهاية هذا الفصل 111- اهتزت ثقتك بنفسك 122- وهذه هي اللحظة التي يتحالف الخوف فيها مع الشك ويشكلان قوة تعوق تقدمك من خلال رسم صورة سلبية حية في ذهمك 122- ولذلك إليك ما تحتاج إلى معرفته 133- معظم الأشياء التي تخشاها لن تحدث أبداً 144- فإذا كان الخوف هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون مضيئك قدماً فمن فضلك أعد قراءة الفصل السادس عامل الثقة 154- إن قدر ما تمارسه من تأجيل يعادل مستوى ما لديك من شكوك وما تشعر به من مخاوف 155- فلا تترك تلك الشكوك والمخاوف تستنزف طاقتك 166- وتذكر أن التفكير فيما يجب القيام به وفي كل الأمور التي ربما تسير على رح خاطئ أكثر إرهاقاً للذهن من إنجاز المهام ذاتها 177- والأشخاص الذين يتسمون بالحسر والذين ينتقلون بسرعة من مهمة ما إلى المهمة التي تليها 188- يستطيعون القيام بذلك لأن فكرة أنهم سيصبحون في وقت لاحق مضطرين إلى القيام بتلك المهمة التي سيقومون بتأجيلها 188- تولد بداخلهم مزيداً من الضغوط والتوتر والقلق 199- وكما أشرنا سابقاً فالخوف من الممكن أن يكون حافزاً قوياً هو الآخر 199- يوضح مدرب كرة القدم الشهير دان ماثيوز هذه النقطة قائلاً 209- الذي يحفزني دائماً هو أن الخوف من الخسارة هو مما تولده من أحباط دائماً ما يفوق بداخلي فرحة الفوز وما يستدبعه من رضا 211- وإذا حدث وتغير هذا الأمر فسيكون هذا هو اليوم الذي يتعين علي فيه أن أعتزل التدريب 222- لديك نظر متذنية لذاتك 232- وهذا أمر يختلف تماماً عما قد تشعر به في أحد الأوقات من انخفاض في مستوى ثقتك بنفسك 243- إن الأشخاص الذين ينظرون إلى أنفسهم نظرة دونية غالباً ما يكتسبون عادة القضاء على أي نجاح يمكنهم تحقيقه 244- وذلك لاعتقادهم أنهم لا يستحقون هذا النجاح 255- ربما يكون مرد ذلك إلى أن أمثال هؤلاء من الجائز أن تكون لديهم بعض المعتقدات الذاتية السلبية القديمة 266- أو أن حياتهم لا تخلو من ماضي أليم 277- إن إحدى طرق القضاء على فرصة ما هي تجنب اغتنامها 288- والأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم نظرة دونية يمكنهم التوصل إلى كافة أشكال الأعذار والمبررات 288- لتجنب القيام بالخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل 299- وفي بعض الأحيان يمضون قدماً بالفعل ويؤدون بشكل جيد إلى أن يصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافهم 309- وعندئذ تجدهم فجأة يتخلون عن الأمر وينفضون أيديهم منه بلا سبب واضح 309- فإذا كنت تفعل ذلك فنحن نقترح عليك أن تبحث عن السبب الأساسي في ذلك 309- وتناقش كارين بيترسون هذا التحدي الخاص بتفصيل وتعمق في كتابها الرائع 309- The Tomorrow Trap وسوف تجده مفيداً لك جداً 309- خمسة تقوم بعمل لا تستمتع به حقاً 309- هناك وجهان لهذه المعبرة 31- أولاً نحن جميعاً يطلب مننا القيام بأشياء معينة لا نستمتع حقاً بالقيام بها 32- وتلك إحدى قواعد اللعبة إذا ما أردت أن تصبح أكثر نجاحاً 33- قد لا يعجبك ذلك ولكنها أصول اللعبة 34- على سبيل المثال ربما لا يروقق القيام ببعض المهام البسيطة مثل أداء الأعمال الورقية أو إمساك الدفاتر 34- غير أنه من الصعب للغاية أن تتجنب مثل هذه المهام حتى إذا كنت مفاوضاً بارعاً حقاً 35- وقد قام صديقنا أد فورمان بإجراء بعض الدراسات المهمة حول هذه المسألة 36- وإليك ما توصل إليه 37- الأشخاص الناجحون هم من يقومون بأداء المهام التي لا يحب الأشخاص غير الناجحين القيام بها 38- وهم ونقصد الأشخاص الناجحين لا يجدون متعة في القيام ببعض هذه المهام 39- ولكنهم يقومون بها على أي حال 40- وهذه من النقاط الأساسية التي أنت بحاجة إلى أن تفهمها تماماً 40- الوجه الآخر لهذه المعضلة هو أنك ربما تكون عالقاً في وظيفة أو مهنة عادية لا تتيح لك فرصة استخدام أعظم قدراتك 41- إذا كان ذلك صحيحاً فابحث إذن عن فرصة لتوسيع نطاق مواهبك 42- إن الحياة أقصر من أن تقضيها عالقاً في عمل لا تستمتع بأدائه 43- ولذلك يجب في معظم الأوقات أن يكون العمل الذي تؤديه من النوع الذي يحفزك على أدائه ويعطيك الطاقة والنشاط 44- وبعد فإنه لماذا يتعين عليك أن تبقى عالقاً في شيء يستنزف طاقتك ولا يحقق لك الرضا والإشباع 45- إن عدداً كبيراً من الأشخاص لا يغيرون مهنتهم أو يبدلون وظائفهم لأنهم بحاجة إلى الأمان أو لأن فكرة القيام بشيء مختلف تصيبهم بالرهبة 46- ولهذا نجد أن التغيير أمراً بعيداً تماماً بعد عن محيط تفكيرهم كما أنه من الأشياء الباعثة على الخوف 47- حسناً إليك الحقيقة التي يجب أن تتقبلها 48- أكبر المكاسب وأعظم الفوائد لا توجد إلا خارج النطاق الذي تعتقد أنك آمناً بداخله 49- والخوف والمخاطرتهما متطلبان أساسياً إذا كنت تريد الاستمتاع بحياة مفعمة بالنجاح والمغامرة 49- من السهل تشتيت انتباهك أو أنك كسول تماماً فحسب 49- ليس هناك الكثير الذي نقوله في هذه النقطة 50- ولكننا سوف نكون صرحاء على ما في هذه الصراحة من قسوة 51- إذا كنت تتجنب العمل وترى أن الجلوس كل ليلة أمام شاشة التلفزيون أفضل من قيامك بما هو مطلوب منك 52- ففرصتك ضئيلة في أن تخظى بأسلوب حياة جيد 53- القصد من وراء هذا الكلام هو أن النجاح يقتضي الجهد والمثابرة والنشاط المركز 53- أما عن الكسل فهو ليس طرفاً في هذه المعادلة 54- فهو مادة محظورة 54- مراحل عملية اتخاذ القرار 55- سوف تساعدك هذه المعادلة على أن تظل متيقظاً 55- في الوقت الذي تخوض فيه غمار الأحداث المجهولة التي ستقع في المستقبل 55- قبل أن تتخذ أي قرارات مهمة نوصيك بشدة بأن تستخدم هذه المعادلة لإرشادك كما هو موضح بإيجاز أدنى 55- فكر 56- كما أشرنا من قبل فإن تخصيص بعض الوقت للتفكير والتأمل يعد شيئاً أساسياً وهاماً للغاية 57- والتفكير المتأمل يسمح لك بأن تتوقف قليلاً 58- وبالتالي يمكنك أن تفكر مالياً في كل خياراتك 59- هل هذا سوف يساعدني على تحقيق أهدافي المهمة بفعالية أكثر؟ 60- لماذا أرغب في عمل هذا الشيء؟ 61- ما هي الفائدة المحددة التي سوف أحققها من وراء اتخاذ هذه الخطوة؟ 62- ما هي الآثار السلبية التي ستنجم فيما لو فشلت هذه الخطوة؟ 63- كم من الوقت سوف يستغرقه هذا الأمر حقيقة؟ 63- كلما كنت أكثر وعياً وإدراكاً وأنت بصدد اتخاذ قراراً مهم قل احتمال أن تقوم بإفساد الأمور 64- خذ وقتاً للتفكير وقم كما يفعل ربان الطائرة بإعداد قائمة مراجعة مضمونة لترشدك في كل وقت 2- اسأل اسأل أسئلة جيدة ومركزة حاول أن تعرف كل شيء تحتاج إلى معرفته من أجل اتخاذ قراراً ذكياً يستند إلى المعرفة اسأل الآخرين بما فيهم الأشخاص الذي تلتمس لديهم المصحة والمشورة أو الأشخاص الذين يمتلكون معرفة أو خبرة خاصة في المجال الذي أنت بصدده وكلما زادت أهمية القرار الذي تريد التوصل إليه زاد المقدار ما يجب أن تقضيه في الوقت لفحص كل شيء هذا لا يعني أن عليك أن تقتل الموضوع بحثاً ولكن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بجمع المعلومات الكافية عنه من مصادر مختلفة وعندما تنتهي من عمل ذلك تكون جاهزاً للخطوة التالية في هذه المعادلة 3- اقرأ استخدم أسلوب الحلزون المزدوج الذي تحدثنا عنه سابقاً لكي تزيد من قدرتك على الحصن حاول أن تتخيل العواقب السلبية التي قد تنجم فيما لو لم تتخذ قراراً في المسألة التي أنت بصددها وقارن هذه العواقب السلبية بالفوائد والمكاسب الإيجابية التي ستحققها من وراء الشروع في العمل والمضي قدماً بعد ذلك قم باتخاذ قراراً نهائياً بشأن ما ستقدم على فعله إن اتخاذ القرار هو الجزء الأهم في المسألة برمتها والمؤجلون بصورة مزمنة يعيشون حياة مفعمة بالصخط وفقدان الرضا وذلك لأنهم لم يتخذوا أبداً القرار بالمضي قدماً وبعد فترة قصيرة يكتشف هؤلاء أن التردد والوقوف على الحياد والقيام بدور متفرج قد أصبحت جميعها أموراً غير مريحة انتبه إذن وإلا ستبقى عالقاً غير قادراً على الفكاك والخلاص أربع اعمل الآن بعد أن قمت بالتفكير المتأمل لبعض الوقت وبالسؤال لمعرفة مزيد من المعلومات واستطعت أخيراً أن تصل إلى قرار محدد فقد حان الوقت للشروع في العمل وهذا هو الجزء الأهم في هذه المعادلة إن كثيرين من الأشخاص يقضون حياتهم في حالة من الاستعداد الدائم والتأهب المستمر للعمل ولكنهم لا يشرعون أبداً في هذا العمل بصورة فعلية عليك أن تنطلق للعمل وأن تدفع بنفسك نحو البدء فقط قم باتخاذ الخطوة الأولى وستجد أنك تكتسب القوة الدافعة للعمل بصورة تدريجية ومثل كرة الثلج التي يضرب بها المثل وهي تتدحرج هابطة نحو سطح التل لن تكون قادراً على التوقف بعد أن تنطلق انطلاقتك الأولى وتذكر أن المكافأة الكبيرة والفوائد العظيمة في الحياة لا تصبح حقيقة واقعة إلا عندما تبدأ في العمل وقد كانت دابليو كليمنت ستون الذي تعد قصة نجاحه واحدة من أعظم قصص النجاح في الولايات المتحدة والذي اشترك في تأليف كتاب Success Through a Positive Mental Attitude يحفز نفسه على الشروع في العمل بطريقة فريدة كان يقف أمام المرآة ويقبض بأحد كفيه على الآخر في قوة ونشاط ويرفعهما إلى الأعلى قائلاً بصوت عال افعل ذلك الآن وكان يكرر هذا الفعل ثلاث مرات وكان هذا يحفزه على المضي قدماً في العمل على المهام ولا شك في أن هذه الطريقة قد حققت له النجاح ففي سن السادسة عشر كان يروج للتأمين على الحياة كأن الغد لن يأتي وعندما كان في الحادية والعشرين من عمره بدأ الكساد الأعظم في الولايات المتحدة وأعلن الكثيرون استحالة البقاء والصمود في ظل هذه المشكلات الاقتصادية الحادة ولكنه بشجاعة وإقدام كون شركته الخاصة وهو بعد في هذه المرحلة العمرية المبكرة وأطلق عليها اسم Combined Insurance وقام بتوظيف ألف مندوب مبيعات بها وجعلها تابعة لواحدة من أكبر المؤسسات في أمريكا الشمالية تذكر إن العادات البسيطة كتمدين الوقوف أمام المرآة هي التي تصبح في الغالب العامل الذي يحفزك على البدء أسلوب حل المشكلات المعادلة الثانية التي نقدمها لك لتفعيل عملية صنع القرار يطلق عليها اسم أسلوب حل المشكلات وهي عبارة عن سلسلة من عشر خطوات سوف تساعدك على حل أي مشكلة خطيرة أو معالجة أي تحدي صعب قد يصادفك في الأعوام المقبلة إنها معادلة فعالة فاجعل لها الأولوية عندما لا تعرف أي الاتجاهات يجب أن تسلكها وسوف تجد هذه المعادلة موضحة بالتفصيل في خطوات العمل الموجودة في نهاية هذا الفصل هاتين الاستراتيجيتان ممتازتان سوف تساندانك في كل المواقف التي تتعلق بصنع القرار اعمل على أن تكتسب عادة استخدامهما سويا فذلك جزءا أساسي من نظام الحماية الخاص بك وسوف يساعدك على صد الهجمات السلبية اليومية بينما تسير أنت بخطا واسعة نحو تشييد أسلوب حياة سعيد وسوي بصورة أكبر كن مجتهدا وابقى متيقظا تعلم أن تلاحظ ما تؤديه بصورة حسنة من مهام وما يحتاج منها إلى اهتمامك إن عملية صنع القرار الجيدة تتطلب الممارسة ومستوى عاليا من الإدراك لديك الآن من الوسائل ما يمكنك من إجادة العمل على هذا الجزء من خطة نجاحك لنتحدث عن المال يعتبر تحقيق أهدافك المالية بثقة كل عام أمرا بالغ الأهمية بشكل واضح خصوصا إذا كنت تعيش في مجتمع تواصل فيه الأسعار بوجه عام ارتفاعها باستمرار وإذا كانت لديك أسرة آخذة في النمو ولديك أبناء في سن مراهقة فسوف تعرف ما نعنيه وليس الهدف من هذا الكتاب هو إجراء تحليلا شاملا ومفصلا للمال واستراتيجيات الاستثمار ومع ذلك فلأن هناك صلة وثيقة بين مقدار دخلك من ناحية ومقدار ما تستطيع الخصول عليه من وقت الراحة ودرجة استمتاعك بأسلوب حياة متوازن بشكل جيد من ناحية أخرى فقد رأينا أننا لو قدمنا إليك بعض النقاط الأساسية بشأن المال من وجهة نظرنا فإن ذلك سيكون فكرة لا بأس بها وبعد فإن تصورك في هذا الموضوع إنما هو جزء من ثقافتك فيما يتعلق بمسألة اتخاذ الإجراء الحاسم ما الذي يعنيه المال بالنسبة لك لكل من أفكاره ومعتقداته بشأن المال ويعتقد البعض أن المال هو أصل كل الشرور ولكن هذا ليس صحيحا لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هناك وجود للمؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية ولكن الحقيقة هي أن الحب الشديد للمال وتفضيله عن أي شيء آخر هما السبب في كل أشكال القلق وهناك شيئان أساسيان في الحياة من الممكن أن يدمرك واحد السلطة تأمل ما يحدث في هذا العالم للحكام الدكتاتوريين والمصابين بجنون العظمة اثنان الطمع السعي غير السوي وراء الكثير والكثير من المال على حساب شخص آخر في أغلب الأحيان ولكي تدرك جيدا حقيقة شعورك تجاه المال اسأل نفسك بعض الأسئلة البسيطة على سبيل المثال هل يعد امتلاك الكثير من المال أمرا لا بأس به بالنسبة لي؟ ما هي عاداتي المتعلقة بالمال التي ظهرت في حياتي حتى الآن؟ هل أقوم بكسب وجمع المال بسعادة وابتهاج؟ أم أنني أفسد حياتي عندما تسير الأمور على ما يرام على نحو غير متوقع ولقد قمنا بوضع استبيانا موجزا وممتازا عن المال في نهاية هذا الفصل سوف يساعدك حقا على أن تحدث الحقائق المتعلقة بالمال الخاصة بك فتأكد من أن تقوم بالإجابة على كل الأسئلة الواردة به وإليك بعض الآراء القليلة الأخرى فيما يتعلق بالمعتقدات الشخصية عن المال إن البعض قد نشأ في بيئة يتجنب فيها الأفراد بقدر المستطاع إنفاق المال وبالتالي يكون البخل والحرص الشديد على المال طريقة طبيعية للحياة بالنسبة لهم فيما تم تلقين البعض الآخر منذ الصغر من قبل الآباء وغيرهم من أهل الثقة أن المال شيء قذر ولعلك قد سمعت من قبل الكبار وهم ينهون صغارهم عن وضع قطع النقود المعدنية في أفواههم لأنها شيء قذر على أن هناك فئة ثالثة كانت أكثر حفظا وذلك لأنهم نشأوا في بيئة يقدر أفرادها أخلاقيات العمل وينفقون المال ويستثمرونه بحكمة وتعقل ويجدون قدرا من المتعتي في عدم الحرص الشديد على المال المال في رأينا هو ببساطة مكافأة على خدمات تم تقديمها فإذا كنت تقدم خدمة ممتازة لمن حولك من الأشخاص وكنت تمثل قيمة مهمة بالنسبة لهم فسوف يأتيك المال ومن هنا فلكي تجتذب المزيد من المال يتعين عليك أن تكون جذابا إلى الحد الذي يجعل الأشخاص يرغبون في منتجاتك أو خدماتك ويفضلونها عن تلك التي يقدمها منافسك يجب إذن أن يكون هدفك النهائي هو التركيز على أن تصبح أكبر قيمة بالنسبة لعملائك اتخذ أي ما يقتضيه الأمر من إجراءات وتدابير حتى تجعل أي ما تقدمه في سوق العمل الأفضل على الإطلاق وإذا كنت تواجه صعوبات مالية أو كنت ترغب في أن تزيد من صاف قيمتك فعليك أن تدرك جيدا أن عادتك المتعلقة بالمال هي السبب الرئيسي وراء حالتك المالية الحالية ولذلك إذا كنت لم تتعود أبدا على الادخار والاستثمار طوال ما مضى من حياتك فمن الجائز أنك الآن تعاني بعض عواقب ذلك وإذا كنت تنفق باستمرار أكثر مما تكسب فمن المؤكد أن ذلك سيكون له عواقبه الوخيمة في يوم ما ولكي تغير عادتك يجب أولا أن تتقبل واقعك المالي الحالي لأن إنكار ما هو واضحا لن يحقق لك النجاح والخطوة التالية إذا كنت تريد أن تكون مستقلا ماليا فهي أن تقوم ببحث ودراسة واقعك المالي هذا وأن تؤدي واجبك جيدا في هذا الصدد حاول أن تعرف كيف يتدفق المال وكيف ينمو ويزيد والأهم من ذلك كله هو أن تعرف من هم الأشخاص البارعون في اجتذابه إن هناك بلا شك أشخاصا في الجوار أو في المدينة التي تقطمها استطاعوا كسب الكثير من المال حاول أن تعرف كيف قاموا بذلك كن مبتكرا وجريئا وشجاعا لكي تحدد موعدا لمقابلة هؤلاء بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديك مدرب مالي لامع أو فريق من المستشارين لمساعدتك ومساندتك فاسأل هنا وهناك حتى تعرف الأفضل لتقوم باختياره ومرة ثانية قم بواجبك على أفضل نح في هذا الصدد وركز إن معظم الأشخاص لي يبذلوا هذا النوع من الجهد فالجلوس أمام التلفزيون كل ليلة أسهل بالنسبة لهم على الأرجح من بناء مستقبلا ماليا راسخ تستمتع به أسرهم في أعوام لاحقة القواعد الأساسية لتكوين الثروات سوف نعرفك الآن باثنين من الأثرياء هما أسير جون تيمبلتون وأورت لينكلتر وقد قام كل منهما بإعداد قائمة خاصة تشتمل على عشرة بنود رئيسية سوف نقدمها لك وهي تتعلق بكيفية تحقيق نجاحا ورخاء لا حدود لهم وقد قمنا باختيار هذين الشخصين بالتحديد نظرا لأمانتهما ونزاهتهما وقدرتهما على جمع المال ربما تندهش من بساطة ما توصل إليه من نتائج قم بدراستي كل نتيجة بعناية واهتمام فما تشتمل عليه هذه النتائج من أفكار ورؤى من الممكن أن تجعلك تسلك طريقا مختصرا حتى تصبح من أصحاب الثروات لنبدأ أولا بالحديث عن السير جون تيمبلتون مؤسس شركة تيمبلتون جروب والذي يعتبر أسطورة في إدارة شركات استثمار الأموال المشتركة لقد استطاع ألف المستثمرين من جميع أنحاء العالم تكوين ثروات بفضل عبقريته في الإدارة المالية وتعتبر المبادئ العشرة التالية خلاصة تجربة نجاحه المذهم واحد لكي تحقق النجاح لا تكو متفائلا أو متشائما ولكن كن واقعيا ذا طبيعة مفعمة بالأمل اثنان قدر ما حبك الله به من نعم وذلك من أجل إثراء ذاتك وجيرانك روحيا في البداية وربما ماليا بعد ذلك ثلاثة لا يجب أن تمنعك الديون من الاستثمار في المستقبل سواء كانت ديونا شخصية أو مشتركة كافح لكي تكون متحررا من الديون أربعة استثمر أموالك في أماكن كثيرة مختلفة فهناك أمانا في الكثرة خمسة يجب أن يقوم المال بما هو أكثر بكثير من مجرد تجديد نفسه مرة ثانية ستة تذكر أن الصبر فضيلة سبعة إذا أردت تحقيق النجاح والازدهار فعليك بالبحث والاستقصاء قبل أن توظف أموالك ثمانية لا تنسى أبدا أن السر وراء قدرة شخصا ما على تكوين ثروة لنفسه هو قدرته على مساعدة الآخرين لعمل ذلك تسعة محاولة التأكيد من جانبك على أنك الأفضل لن تجعلك تصل إلى تحقيق ذلك عشرة بدون الحب لن تستطيع أن تحقق النجاح المصدر كتاب The Golden Rules for Financial Success أما عن أرت لينكلتر فهو معروف باعتباره مذيعا تلفزيونيا شهيرا وقد كان برنامجه التلفزيوني الشهير House Party الذي كان يذاع على شبكة تلفزيون CBS الوطنية في الولايات المتحدة أحد البرامج التي استثمر عرضها لفترة طويلة وهو أيضا رجل أعمال ذكي للغاية وله صلة مباشرة بالعديد من المؤسسات التجارية الناجحة وفيما يلي أهم أفكاره ورؤاه فيما يتعلق بتحقيق النجاح وتكوين الثروات 1- سأقوم بالعمل الذي أستمتع به إنك لن تعيش إلا مرة واحدة فعمل ما تحب 2- دائما ما ستكون هناك صعوبات وإخفاقات وتحديات تصادفك على طول الطريق 3- الفارق بين أن تكون شخصا عاديا وأن تكون شخصا ناجحا هو فارقا ضئيلا للغاية فيما يتعلق بالوقت والجهد المبذول 4- سأستغل نفوذي الخاص كلما استطعت لكي أفتح الأبواب أمام الفرص ولكنني سوف أتأكد من أنني سأعمل بجد عندما يفتح الباب أماني 5- سأتعرف على ما بي من نقاط ضعف وسأكون متيقظا لها وسأجد الأشخاص المتفوقين في المجالات التي أتعثر فيها 6- سأنظر إلي فرصة للتقدم باعتبارها أكثر أهمية من إحراز مالا قريبا أو الحصول على مزايا إضافية من موقف المال 7- سأعمل دائما على أن أزيد من قدراتي وأهدافي في حدود المعقول لأتخطى حالة الجمود والرضى بالأمر الواقع 8- سأتعلم من تجارب الفاشلة ثم ألقي بها خلف ظهري 9- سأقوم باتباع القاعدة الذهبية وهي أنني لن أبرم اتفاقا أو أعقد صفقة أقوم فيهما بخداع الطرف الآخر أو غشه أو الاحتيال عليه 10- سأستخدم أموال الآخرين بشرط أن أكون واثقا أن هذه الأموال ذاتها من الممكن أن تنمو بمعدل أسرع من معدل نمو الفائدة التي أتقاضاها 11- لن أكون طمعا 12- وختاما لهذا الموضوع سوف نقدم لك أفكارنا وآراءنا الخاصة بشأنه 13- هذه هي أهم الاستراتيجيات التي نركز عليها 13- جاك اعمل ما تحب بحماسة وتميز وسوف تتدفق الأموال عليك 14- اقرأ كل ما يمكنك قراءته وقم بحضور الندوات وحلقات البحث في المجال الخاص بك 15- واستمع إلى أشرطة الكست ثم قم بتطبيق كل ما تعلمتك 16- قم بعمل بحثا عن قوانين النجاح والازدهار العالمية 17- خصص نسبة محددة من دخلك لتقديمها إلى الجمعيات الخيرية 18- كافح دائما لكي يتحسن أداؤك باستمرار في كل ما تقوم به 18- مارك اتخذ القرار بأن تكون مستقلا ماليا وسوف يتولى لا شعور عندك اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة 19- اكتب قرارك هذا في صورة خطة مثلا سوف أكسب 20- احمل في جيبك بطاقة صغيرة واكتب فيها إنني سعيد للغاية لأنني 20- على سبيل المثال أخطط لأن أكون مليونيرا أنمو بنسبة 50% كل عام 21- أقابل عميلا جديدا كل يوم 22- أبيع الكمية سين من المنتج صاد كل يوم 23- أو أي شيء غير ذلك أيا كان هدفك 24- اقرأ هذه البطاقة عند الإفطار والغداء والعشاء وقبل نومك مباشرة 25- وبالتالي تتحد مع الفكرة حتى تتحقق في النهاية 26- كن محبا لعملك واجعل عملك يحبك 27- فبسبب حبه للخطابة والكتابة والإبداع والتفكير والترويج والتسويق 28- حققت النجاح في هذه المجالات 29- كون ما يعرف بفريق الأحلام من زملائك الذين يشتركون معك في الهدف أو الرأي أو في طريقة التفكير 30- فهؤلاء سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك 31- قدم خدماتك للآخرين بحب وسعادة 31- ركز على ما تستطيع أداءه بشكل أفضل وكافح لتكون رائدا في مجال خبرتك 32- إن مواهبي هي التدريب والكتابة 33- ابحث عن فرصة محددة تعمل بها على زيادة أهم نقاط قوتك 34- والوصول بها إلى أقصى درجة 35- ولقد قمت بتأسيس برنامج إعداد الناجحين لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات 36- لأنني أعرف ما يواجهونه من تحديات 37- استثمر أموالك في مجال عملك أولا 38- وابتعد عن الصفقات والمجالات التي لا تعرف عنها إلا القليل 39- اجمع حولك الكثير من المرشدين الماليين اللامعين كما اقترحنا عليك سابقا 40- إن الأشخاص الذين تعرفهم على نفس الدرجة من أهمية الأشياء التي تعرفها 41- حاول أن تكتسب بعض العادات البسيطة المفيدة فيما يتعلق بالأمور المالية 42- وحافظ على هذه العادات مثلا أن تستثمر عشرة في المائة من دخلك كل شهر وأن لا تنفق أكثر مما تكسب 43- وأن تعرف فيما تنفق مالك وأن تكافح لتكون متحررا من الديون 44- إن الله يرزق الطيور قوتها ولكنه لا يلقي به إليها داخل أعشاشها 45- اجعل تكوين الثروات موضوعا للبحث 46- لمساعدتك بشكل أكبر فيما يلي قائمة تضم سبعة كتب رائعة عن كسب المال وتكوين الثروات 47- وهناك مئات الكتب التي تتناول هذا الموضوع 48- ولكن اجعل قراءة هذه الكتب السبعة هدفا لك كخطوة أولى في رحلة البحث عن المعرفة في النواحي المالية 1- The Richest Man in Babylon by George S. Clayson Penguin Books 1989 2- The Wealthy Barber by David Chilton Studert Publishing 1998 3- The Millionaire Next Door by Thomas J. Stanley and William D. Danko Longstreet Press Inc. 1996 4- Ten Golden Rules for Financial Success by Gray Moore Zondervan Publishing House 1996 5- The Nine Steps to Financial Freedom by Suze Orman Random House 1998 6- Think and Grow Rich by Napoleon Hill 4- Fawcett Crest Books CBS Inc. 1967 7- Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kuzaki 5- With Sharon L. Leicester 6- Tech Press Inc. 1997 7- The Nine Steps to Financial 7- The Nine Steps to Financial 7- الآن لديك الوسائل والأدوات اللازمة لاتخاذ الإجراء الحاسم في شؤونك المالية 8- والكلمة الأخيرة التي نود أن نقولها لك في هذا الموضوع 9- هي أن عليك أن تتخذ الخطوات ضرورية الآن 9- وأن تدرك ما للوقت من أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بالمال 10- خاتمة 10- فيما يلي هذه القصة المؤثرة التي تتعلق بأخطر قرار حاسم 11- يمكن اتخاذه وهو أن يقرر الإنسان أن يتشبث بالحياة 11- إنها قصة رجل غير عادي 12- وهو فيكتور فرانكل 13- الذي وجد نفسه سجينا في إحدى معسكرات الأسر لدى الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية 14- لقى فرانكل نفس ذلك المصير المشؤوم 14- الذي لقيه ملايين الأسرى في سجون الألمان 15- وهو العمل الشاق المرهق في ظل أسوأ ظروف يمكن تخيلها 15- في كل يوم كان يموت الكثيرون من رفقائه السجناء 16- إما بسبب سوء التغذية والضرب المبرح 16- وإما نتيجة لأعدامهم بوضعهم في حجرات الغاز 17- منتهى الإذلال 17- وعلى الرغم من قصوة هذه الأحوال 18- أدرك فيكتور فرانكل أن هناك عنصرا واحدا 18- لا يستطيع معتقلوه السيطر عليه ولا سلطان لهم عليه 18- كان هذا الشيء هو موقفه واتجاهه 19- لقد اختار أن يحيا 19- وما كان لشيء على الإطلاق أن يثنيه عن قراره 20- بأن يكسب هذه المعركة التي تعتبر أهم المعارك الإنسانية 20- ولكي يخفف من هذه الظروف الرهيبة 21- كان يركز على صورة إيجابية للمستقبل 21- كان يتخيل نفسه في المستقبل وقد أصبح عالما نفسيا ناجحا 22- كما كان يتخيل نفسه وهو يحضر الحفلات الموسيقية 23- ويستمتع بأسلوب حياة يحقق له الرضا النفسي 24- لم يسمح لنفسه أبدا بالاستسلام لليأس والإحضاط 25- رغم كل ما كان يجري حوله من انتهاكات وفساد 26- إنما كان يتحلى به من ثبات مذهل 27- وحصم وإصرار وقوة في الشخصية 28- قد آتت ثمارها في النهاية عندما انتهت الحرب 29- وهؤلاء الذين لم يكن لديهم ما يعيشون من أجله 30- وما كان أكثرهم لم يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة 30- أما فيكتور فرانكل فقد واصل حياته ليصبح واحدا 31- من أشهر الأطباء النفسيين والقاد الملهمين في العالم 31- ويعتبر كتابه Man's Search for Meaning 32- الذي يحكي فيه قصة كفاحه بالتفصيل أثرا خالدا 32- احرص على أن تقرأ هذا الكتاب أكثر من مرة 33- فإنه سوف يثري روحك 34- لماذا تتردد؟ 35- لقد سقط الكثير نصرع تحت أسوار التردد 36- وعلى صخوره تخطمت سفن ملايين الأشخاص 37- الذين جلسوا على عتبة النصر ينتظرون ويتمنون 38- فكان في انتظارهم هذا موتهم 39- وفي أمنيتهم منيتهم 40- مؤلف مجهول 41- خطوات العمل 42- أسلوب حل المشكلات 41- التأكد المالي 42- عندما تواجه تحديا مهما 43- استخدم أسلوب حل المشكلات 44- الذي نقدمه لك فيما يلي لمساعدتك على التغلب عليه 44- وهو عبارة عن سلسلة من عشرة أسئلة 45- سوف ترشدك خطوة بخطوة إلى النتيجة التي تريدها 45- وللحصول على أفضل نتائج 46- من المهم أن تواصل هذه العملية كتابة حتى نهايتها 46- استخدم هذا الأسلوب كثيرا 47- وستجد أن قدرتك على الحسم قد ازدادت بشكل هائل 47- ما التحدي الذي يواجهه الآن 48- حدد موقفك بدقة وبوضوح وإيجاز 48- اثنان 49- قرر أن تواجه المسألة وأن تتعامل معها 49- اتخاذك قرارا باختراق حاجز الخوف الذي بداخلك 50- هو خطوة رئيسية للأمام 50- فاتخذ هذا القرار الآن من أجل صحتك وسلامك النفسي وراحة بالك 50- ما النتيجة المرجوة التي أريدها 50- للمرة الثانية حدد بوضوح النتيجة التي تفضلها 51- تخيل النهاية وصف الفوائد الأساسية التي ستحققها عندما تتعامل مع المسألة التي تواجهها 52- في كلمة واحدة صف كيف سيكون شعورك عندما تنتهي المسألة 53- ما الذي أحتاجه من معلومات لتساعدني على التعامل مع المسألة 54- تعلم المزيد من خلال القراءة والبحث في الملفات والعقود القديمة إلى آخره 55- ما الذي أستطيع فعله بنفسي 56- من الذي يستطيع مساعدتي 57- ثمانية والآن ما الخطوات العملية المحددة التي سوف أقوم باتخاذها 57- هذه هي خطتك 58- فكر مليا في كل خطوة توصلك إلى النهاية 59- واحد 60- اثنان 60- ثلاثة 61- تسعة 61- متى سأبدأ 62- حدد تاريخا 62- متى سأنتهي من هذه الأعمال المعلقة 63- حدد تاريخا 64- ابدأ الآن 64- تذكر أن الطمأنينة تقع على الجانب المواجه للخوف 65- عشرة 65- قم بمراجعة نتائجك 66- واحتفل بما حققته من مكاسب 67- عادة التأكد المالي 67- استبيان مالي لتوضيح موقفك الحالي 68- واحد 69- ما الذي يعنيه المال بالنسبة لك 69- اثنان 69- هل ترى أنك تستحق كسب الكثير من المال؟ 69- نعم 70- أم لا 70- لماذا؟ 70- أو لماذا لا؟ 71- ثلاثة 72- ضع تعريفا للحرية المالية من وجهة نظرك الشخصية 72- أربعة 73- هل تعرف كم تنفق وكم تكسب تحديدا كل شهر؟ 73- نعم 74- أم لا 75- هل أنت موجه نحو الاستهلاك والإسراف؟ 74- أم أن لديك برنامجا واضحا للإدخار والاستثمار يمثل أولوية بنسبة لك؟ 75- هل أنت معتاد على أن تأخذ راتبك أولا كل شهر قبل أن تعطي لموظفيك رواتبهم؟ 76- نعم أم لا 77- هل لديك مستشار مالي متميز أو فريق من المستشارين الماليين؟ 77- نعم أم لا 78- كم ستحصل عليه من مال عندما تتقاعد لتستمتع بأسلوب الحياة الذي تريده؟ 79- إذا كان هناك عجز في ميزانيتك فما هو مقداره؟ 80- هل أنت في طريقك الصحيح لتحقيق ثيمة صافية جيدة؟ 80- وهذا يعني أن يكون لديك المال الكافي للاستمتاع بنوعية الحياة التي تريدها حقا 81- وأن تكون قادرا على الاختيار بين أن تعمل وأن لا تعمل 82- لأن لديك ما تنفق منه دون الحاجة إلى العمل 82- إذا لم تكن قد وصلت بعد إلى هذا المستوى من الحرية المالية 83- فما الذي تحتاج إلى تغييره؟ 84- لم تبق إلا استراتيجية واحدة لقد قاربت على النهاية 85- العيش من أجل تحقيق غاية محددة 86- إن السعادة الحقيقية هي أن نستغل وجودنا لتحقيق غاية ما 87- وعندئذ يكون وجودنا هذا عظيما 87- جورج برنارد شو 87- جريك كيلبرغر هو شاب غير عادي بالمرة 87- عندما كان في الثالثة عشرة وهي السن التي كانت فيه الأغلبية من أصدقائه مهتمة بلعب الهوكي وكرة القدم 88- كان جريك يحكي للعالم متحمسا عن المنظمة التي قام بتكوينها وأطلق عليها اسم Free the Children أو حرروا الأطفال 89- كان جدول أعماله الحافل بالسفر والتنقل شبيها بجدول أعمال أشهر المتحدثين الدوليين 89- فمن الهند إلى واشنطن العاصمة ونيويورك 89- مدبعا ذلك برحلة إلى كندا ثم إلى هيتي 89- أضف إلى كل هذا 89- سيرة ذاتية جذابة تستغرق روايتها 60 دقيقة للترويج لحملته لإيقاف عمالة الأطفال 89- فما الذي يجعل هذا الفتى الصغير الذي يبلغ طوله خمسة أقدام فقط 90- والذي أظهر النجا يفوق عمره بهذا النشاط والحماس 90- يجيب الفتى على هذا التساؤل قائلا 91- كل ما في الأمر أنني متعاطف جدا مع قضية عمالة الأطفال 92- وأريد أن أفعل شيئا للتخفيف من وضعتها 92- والأمر ببساطة أن كريغ يعيش لتحقيق غاية محددة 93- شيء يثير همته ويحمسه ويدفعه إلى العمل 94- وهذه الغاية التي يسعى لتحقيقها تزوده بطاقة هائلة 94- وهو متحمس بشأنها ويسعى لتحقيقها بإصرار أكيد وعزم لا يليم 94- وفي الوقت ذاته فهو عادي بدرجة توضح أنه لا يزال طفلا 95- فكما يعلق الصحفي روبرت شروسو 95- بعد زيارة كريغ لمنزل آل غور نائب رئيس الولايات المتحدة السابق 96- صاحب الدهشة تعل وجهه 96- لدي إحدى الفوطة الخاصة بنائب الرئيس 97- وهو يعتقد ذلك لأن لديه فوطة مكتوبا عليها نائب رئيس الولايات المتحدة 97- وقد سارع الأمريكيون إلى احتضان وتبني فكرة هذا الفتى 98- الذي يعتبر ظاهرة كندية يافعة 99- والذي يبدو كشخص متكيف مع حياته 99- ويعيش الحلم الخاص به 99- لا حلم والديه 99- وهذا الحلم قد غرس إصرارا أكيدا أجبر مسؤولين كبار على الانتباه لهذا الطفل 99- ونظرا لانزعاجه لوجود الملايين من الأطفال المجبرين على العمل في الهند 100- فقد قرر كريغ أن يذهب إلى هناك 100- وتصدف هذا مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الكندي جون كريتن إلى هناك 100- نجح كريغ في إحداث إثارة إعلامية وفي لفت أنظار إليه 100- مما جعل السيد كريتن يوافق في النهاية على مقابلته شخصيا 101- نعم عندما يكون هناك بركان ثائر بداخلك تستطيع عمل المستحيل 101- وهنا يظهر السؤال الذي يطرح علامة استفهام كبيرة وهو 102- لماذا يوجد لدى البعض هذه الرغبة المتأججة بينما الأغلبية العظمى محرومة منها 103- إن معظم الأشخاص يكتفون بأداء نفس الأشياء يوميا 104- مع الالتزام بنفس المهام الروتينية التي تصبح مملة في الغالب 104- إذا كنت تتبع هذا الأسلوب الآلي للحياة فتشجع 105- فهناك طريقة أفضل للعيش 10- تحديد غاية 105- كتبت مجلدات بأكملها حول هذا الموضوع الذي يشغل بال الجميع 10- وقد حرصنا على تلخيصه والاكتفاء بالأساسيات 10- لاحظ من فضلك أن هذا الفصل مهما لك للغاية 10- سوف تكتشف في الصفحات التالية مدى أهمية العيش من أجل تحقيق غاية النار 11- كذلك فإننا سوف نساعدك على أن تتوصل إلى تعريف وصورة واضحة لهذه الغاية 11- فأغلب الأشخاص ليس لديهم أدنى فكرة عن أهمية هذا الأمر 11- سوف تفهم السبب في ذلك عندما سنقدم لك لاحقا مفهوما يسمى مستوى الإدراك 12- نحن لا نريدك أن تصبح مثل الغالبية العظمى من هذه النماذج 13- تلك الأغلبية الهائمة بلا غاية 14- السائرة على غير هدى 14- التي لا تعرف على وجه اليقين ما تقوم به وسبب قيامها به 15- وهناك كذلك هؤلاء الأشخاص الذين يصلون إلى مرحلة مفترق الطرق في حياتهم 15- في مرحلة عمرية تنحصر بين الخامسة والثلاثين والخامسة والخمسين 16- حيث تظهر أزمة منتصف العمر الشهيرة 16- ففجأة تبدأ أسئلة أعمق في الظهور والطفو على السطح 17- هل هذا هو كل شيء؟ 17- وبعد قليل من التأمل والتفكير الجاد 18- يبدأون في الشعور بنوع من الخواء والهامشية 18- هناك شيء ناقص 19- لكنهم لا يستطيعون وضع أيديهم عليه تحديدا 19- وتدريجيا يدركون أن شراء الأشياء والأغراض المادية 20- ودفع أقصاط المنزل لم تعد جميعها بالأمر الكافي لكي يشعروا بذاتهم 20- تعلم الحياة من أجل تحقيق غاية 21- هل هذا السيناريو مألوفا بالنسبة لك؟ 22- هل تتعجب من خلو حياتك من غاية تريد تحقيقها؟ 22- إن الأفكار الموجودة في هذا الفصل 23- تتعدى بكثير العادات اليومية المحددة التي بدأت في العمل على تقويتها 24- على الرغم من أهمية هذه العادات 25- فعند مستوى معين نكون جميعا مشتاقين لوجود معنا لحياتنا 26- وغاية نسعى لتحقيقها 27- نحن بحاجة إلى أن نشعر في داخلنا بأن لوجودنا أهمية 28- وبأننا نحدث أثرا فيما حولنا 29- إن تبني أسلوب حياة يعتمد على تحقيق غاية محددة 29- يمنحك فرصة التأثير في الآخرين وإثراء حياتهم 30- وذلك بواسطة ما تخلفه في نفوسهم من انطباع عنك بطريقة إيجابية 30- على سبيل المثال 30- إذا كنت ترى نفسك شخصا معطاءا 31- ونجحت في التعود على مساعدة الآخرين بدون التفكير أو السعي وراء منفعة شخصية 31- فأنت بذلك تظهر بدايات الإحساس بوجود غاية ما 31- وعندما تكون قادرا على توسيع هذه الفلسفة لتشتمل على رؤية أكبر 31- تتبلور غايتك في هذه الحياة وتصبح واضحة كالشمس 32- وسوف نواضح لك كيفية القيام بذلك 33- لكن أولا لزيادة توضيح هذه النقطة 33- إليك هذه القصة الرائعة عن تيري فوكس 34- اكتشف التاري إصابته بمرض السرطان عندما كان في الثامنة عشرة من عمره 35- أوضح تشخيص إصابته بسرطان العظام وهو نوع سريع الانتشار في الجسم 36- وغالبا ما يصيب الساقين والذراعين وقد ينتشر ليصل إلى الرئتين أو المخ أو الكبد 36- وبعد المرارة والحسرة التي تجرعها بعدما عرف هذه الحقيقة 37- كان أمامه خياران 37- اليأس وانتظار الموت 38- أو اكتشاف شيئا له مغزى يحيا لأجله 38- وقد أخذ الخيار الثاني 39- كان معنى إصابته بهذا النوع من السرطان أنه سيفقد ساقه 40- وبينما كان مستلقيا على سريره بالمستشفى حلم بالجري عبر أنحاء كندا 41- في هذا اليوم قطع على نفسه عهدا بأنه سيحول حلمه هذا إلى حقيقة 41- عندها بدأت رؤيته تتبلور وتتخذ شكلا محددا 41- لقد نجح في إيجاد غاية حقيقية من خلال تكريس حياته لأحداث أثرا في صراعه ضد السرطان 42- وقد أخذ هدف الجري بساق واحدة مسمى ماراثون الأمل 42- والذي كان يأمل منه بجمع مليون دولار تخصص لأبحاث السرطان 43- وقد كان إجمال مبلغ الذي جمعه 24.16 مليون دولار 43- لقد اكتشف الشاب تاري فوكس غاية عظيمة أعنته ودفعته للأمام جسديا وذهنيا كل يوم 44- إن سمو غايته وقوتها قد دفع به إلى مستويات أعلى من الأداء 44- فبالرغم من أنه لم يكن لديه إلا ساقا واحدة سليمة 45- فقد كان هناك قدم صناعية متصلة بساقه الأخرى مما مكنه من الجاري 45- كانت حركته أشبه بالحجل 45- وهو ما خلق الإحساس بأنه يقوم بالتحميل على إصبعه في كل خطوة 46- ارتدى تاري بانطلونا قصيرا أثناء الجاري 47- وقد أدى هذا بالطبع إلى الكشف عن ساقه الصناعية 47- وجعل البعض يشعر بعدم الارتياح 48- وقد كان رد تاري على ذلك 48- هذه هي حقيقتي كاملة 49- فلماذا أخفيها 49- وقد بدأ الماراثن في الثاني عشر من إبريل عام 1980 50- وكان يقطع يوميا 26 ميلا تقريبا 50- لتبلغ المسافة التي قطعها في النهاية 3339 ميلا في 143 يوما فقط 50- عمل فذ وإنجاز مذهل 51- ومن خلال ما قام به 51- استطاع أن يشيع الأمل في نفوس آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم 51- قد يدفعك هذا إلى أن تتساءل 51- ما الذي أصنعه بحياتي 52- ما قيمة الأعمال التي أؤديها 52- ما هو الأثر الذي سأتركه ورائي بعدما تحين ساعتي 53- كلها أسئلة مهمة 54- ألا تعتقد ذلك 54- التحدي 55- دعي الآخرين يعيشون حياة هامشية 55- أما أنت فلا 56- دعي الآخرين يتنازعون حول أشياء تافهة 56- أما أنت فلا 57- دعي الآخرين يتألمون من أوجاع خفيفة 57- أما أنت فلا 57- دعي الآخرين يتركون مستقبلهم في أيدي غيرهم 57- أما أنت فلا 57- جام رام 58- ثلاث نقاط أساسية 59- دعنا نلقي نظرة عن قرب على النقاط الأساسية 60- التي ساعدت تاري فوكس على النجاح في صياغتي وتحديد غايته الجديدة 61- أولا نحن بحاجة إلى الفصل بين وضع الأهداف 62- ووجود غاية يراد تحقيقها 63- غايتك تفوق أهدافك 63- إنها الصورة الكاملة 64- مثل مظلة كبيرة تتجمع تحتها النقاط الفرعية 64- على الجانب الآخر فالأهداف هي الخطوات التي تقوم باتخاذها على طول الطريق من أجل تحقيق غايتك 64- كانت غاية تاري هي المساعدة في القضاء على السرطان 65- ومع ذلك فقد كان هدفه المحدد هو جمع مليون دولار من أجل أبحاث السرطان بواسطة الجاري عبر كندا 65- وعندما تجعل أهدافك اليومية في توافق مع غاية محددة جيدا 66- ستنعم بالطمأنينة وراحة البال وبإحساس رائع بأنك على قيد الحياة وقد أصبح هذا ناذرا هذه الأيام 67- ستساعدك النقاط الأساسية الثلاثة التالية على تفعيل غايتك 67- واحد 68- اجعل غايتك متوافقة مع قدراتك الطبيعية 69- جعل تاري فوكس غايته متوافقة مع شيء يعشقه فعلا 69- وهو ممارسة الرياضة 70- لقد كان متميزا في الجاري 71- لذلك أصبح الجاري عبر البلاد الوسيلة الطبيعية التي يستخدمها لتحقيق هدفه 71- لقد أنعم الله علينا جميعا بمواهب طبيعية 72- ويعد اكتشاف هذه المواهب جزءا من لعبة الحياة 72- وغالبا لا يكون عملنا متماشيا مع ما نطقم عمله 73- إن قيمنا وأفعالنا قد تأخذ كل منها غاية مختلفة 74- إنها تلك الرسائل المتداخلة التي تتسبب في الصراع الداخلي وانعدام اليقين 75- اثنان 75- كن مصمما 76- حارص تاري على الالتزام بغايته كل يوم 77- فبالرغم من الجليد والمطر والسقيع 77- صمد في مواجهة كل هذه الظروف 77- لم تكن هناك أي تغطية إعلامية في المراحل الأولى 78- وقد شعر أحيانا بأنه وحيدا وليس هناك من يفهمه 78- وقد تغلب على هذه المشاعر بواسطة الاحتفاظ بغايته في مخيلته 79- مستحوذة على الجزء الأكبر من تفكيره 79- إن الكثيرين يفقدون تجاههم في الحياة 80- لأنه يتم تشتيت انتباههم أو التأثير عليهم بسهولة بواسطة الآخرين 80- وبالتالي يضيعون على طول الطريق متأرجحين من موقف إلى آخر 80- إن تحقيق غايتك يتطلب الإصرار والتصميم على القيام بكل ما يقتضيه الأمر 80- لتحقيق هذه الغاية 81- وهذا هو ما يميز الضعيف من القوي والمؤجرين من الملتزمين بشكل فعلي 81- إنه يشعل الحماس الداخلي ويولد إحساسا بالسمو 82- عندما تكون غايتك واضحة ستكون لحياتك معنى 82- ستذهب إلى فراشك ليلا وانتراض 83- بدلا من التفكير في جميع الاحتياجات والأشياء اليومية التي تسبب التوتر والقلق 83- كن متواضعا 84- لا تدع الغرور المريض يتغلب على نواياك الحسنة 85- إن الأشخاص المتمتعين بالقدرة على إحداث أكبر وأعظم أثر في مجتمعهم 86- لا تعنيهم الشهرة أو الثروة 86- المهتمة غندي والأم تريزا وأهلاف غيرهم ليسوا على نفس القدر من الشهرة 87- كانوا ملتزمين بعملهم وأداء رسالتهم فقط 87- ولم يكن الطمع والسلطة جزء من المعادلة الخاصة بهم لتحقيق غايتهم 87- في المراحل الأخيرة من مارثون الأمل كان تاري فوكس قد جذب انتباه آلاف في كل مدينة كبيرة 88- وقد كان يعبر عن نفسه عبر هذا المارثون بقوله 89- أنا مجرد شخص عادي ولست بأفضل أو أسوأ من أي شخص آخر 89- وهناك العديد من الأشخاص اشتركوا في هذه الحملة وهم يستحقون التقدير بالمثل 89- لقد كانت نظرته الشاملة المتواضعة واهتمامه الحقيقي بالآخرين إلى جانب عدم استسلامه أثناء محاربة هذه المحنة 89- كانت هي التي قربته من ملايين الأشخاص وحببتهم فيه 89- وحتى بعدما انتشر السرطان إلى رئته كان لا يزال مصمما على مواصلة الجاري 90- لم ينجح تاري في قطع المسافة التي كان يريدها 90- لقد مات في الثامن والعشرين من يونيو عام 1981 81- فالإرث المستمر الذي تركه لا يزال يساعد ضحايا السرطان وحتى يومنا هذا تم جمع 150 مليون دولار من أجل أبحاث السرطان من ماراثون فوكس السنوي هذا الحدث الذي يقام في 50 دولة على الأقل مع مشاركة أكثر من 100 ألف عداء عند هذه النقطة قد تفكر في نفسك قائلاً هذه قصة عظيمة لكنني لا أتخيل نفسي أقوم بتغيير العالم أنا لست شخصاً مشهوراً وهدفي تلخص في مواصلة الكفاح حتى نهاية الشهر وهذا هو السبب الأول والحقيقي للصراع الكائن في داخلك إنك لم تتوصل إلى جوهر المسألة بعد هذا الجوهر هو أهمية الغاية فإذا كنت قد أدركت هذا الأمر فما كنت لتنظر إلى حياتك على أنها صراع وبصفتنا مدربين فإن أكبر تحدياتنا يكون في جعل الأشخاص يدركون أهمية هذا بالنسبة لمستقبلهم ألا تتفق معنا أنه سيكون من الملائم وجود زراً جاهزاً مكتوباً عليه كلمة الغاية موجود على رأسك يمكنك ضغطه لتجد أن غايتك في الحياة قد أصبحت واضحة على الفور من الواضح أن هناك جوانب أخرى كثيرة تتعلق بهذه النقطة ستعمل الصفحات الباقية في هذا الفصل على إلقاء المزيد من الضوء على هذه الجوانب لمساعدتك وإليك الخطوة التالية لتحقيق غايتك اكتشاف غايتك كما أوضحنا من قبل فمعظم الأشخاص ليس لديهم غاية محددة جيداً ولمساعدتك على اكتشاف غايتك سوف نعرض عليك بعض الأسئلة التي تستهدف سبر أهوارك خذ ما يكفيك من الوقت للتفكير قبل أن تجيب عليها إذا كنت تشعر بالضيق والاختناق أو بأنك تخوض عملية انتقالية كبيرة ففكر في أخذ عطلة لبعض أيام والذهاب إلى مكان منعزل وهدئ حيث يمكنك التفكير فيما تريد القيام به في حياتك وكيفية الاستفادة منها من المستحيل اتخاذ القرارات رائعة عندما تكون محاصراً في دوامة الأنشطة اليومية المتكدسة لا يمكنك التفكير بينما أنت بين كل هذا الصحب إذا لم يكن لديك مكاناً منعزلاً خاصاً بك فالأرجح أنك ستجد بعض الأماكن الهادئة في منطقتك وقد قام المؤلف الشهير ديفيد ميكن لي صاحب كتاب Even Eagles Need the Eagles Secret وA Push بإنتاج فيماً رائعاً حصل على العديد من الجوائز يتناول فيه قصة حياة تاري فوكس وهو فيلم ملهم بحق ويعد ديفيد من الرواد في كيفية النجاح على صعيد حياتنا الشخصية والمهنية وقد قام بوضع التدريب المهم للغاية المكون من عشرة أسئلة والذي يسمى اكتشاف غايتك وتحقيقها هذه الأسئلة في غاية الأهمية لذلك لا تتعجل في الإجابة عليها خصص بعض الدقائق لإكمال التدريب لأنه قد يؤدي إلى نقلة كبيرة بالنسبة لك لكن عليك الانتهاء من قراءة الفصل أولاً لأن هذا سيعمل على تعميق فهمك لكيفية تحديد غايتك وفيما يلي بعض الاعتبارات الأساسية تبدأ عملية الاستكشاف بالتعرف على المهارات والمواهب الخاصة التي تتمتع بها ما الذي تتقن القيام به ما الذي تستمتع بالقيام به فعلاً ساعدك الفصل الثالث على اكتشاف الإجابات على كل هذه الأسئلة إن معظم الأشخاص يكتفون بالقيام بواجبات وظائفهم وهؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالملل وكل ما يفعلونه هو تكرار أعمالهم الروتينية لا عن حب واستمتاع ولكن لأن عليهم القيام بذلك إنه أمر باعث على الإحباط وغالباً ما يكون السبب هو أن حياتهم خالية من التحديات والعمل لا يستفيد من قوتهم وينتهي بهم الأمر إلى أداء أنشطة تستنفذ طاقتهم بدلاً من أن يتأثروا بأحد المشروعات العظيمة هل ما سبق يصفك بأي حال من الأحوال والعمل الذي ينطوي على غاية ما يعني كذلك أنك حريصاً جداً على شيء ما أنت لا تشعر أنك مجبر على أدائه وإنما شغوف بالقيام به فلقد تأثر تاري فوكس جداً بضحايا السرطان الذين يصعرونه سناً وهذا هو ما كان يدفعه إلى العمل كل يوم بالرغم من المصاعب والمحن التي واجهته عندما تعيش من أجل تحقيق غاية محددة تشعر بقيمتك وأهميتك كما أنك لا تحتاج إلى الشهرة وتستطيع أن تحدث أثراً عظيماً في مجتمعك كذلك فإن قدر ما تشعر به من حماسة بينما تستكشف غايتك يعد عاملاً مهماً آخر هل تشعر أنك مضطر إلى القيام بشيء ما معظم الوقت أم أنك تفعله باختيارك وكما ذكرنا من قبل فإن الشعور بأنك تؤدي المهمة باختيارك يمنحك العزيمة والقوة لتحقيق غايتك ستشعر بأنك مشحوناً بالحماس والحيوية التي تحتاجهما عندما تعمل لخدمة غاية أكبر منك ينعكس هذا بالتوسع في مستوى التزامك وبينما تتجلى غايتك أمامك تنجح في التوصل إلى فلسفة فريدة عن الحياة وإلى وجهة نظر شاملة للأمور ستصبح المهام الروتينية والسطحية أقل أهمية بينما يكتسب عملك قيمة جديدة ولكي تتمكن من إدراك الحياة بكل ما فيها يجب أن تكون أهدافك مرآة لغايتك وإذا كنت مركزاً فقط على كسب المال فسوف يفوتك إدراك جانباً كبيراً من الحياة أنفقت شركات كثيرة مبالغ طخمة لصياغة بيان واضح بأهدافها وعادة ما يتطلب هذا الأمر مشاركة كبار الموظفين بها وفي بعض الأحيان تتم الاستعانة بأحد المستشارين الإداريين لتقديم العونة لإنجاز هذه المهمة وعادة ما تكون النتيجة ثلاثة أو أربع فقرات من الكلمات والعبارات التقليدية المصاغة بعناية وغالباً ما يتم وضع هذه الكلمات والعبارات في لوحة أو إطار أنيق يتم تعليقه في المدخل الرئيسي وللأسف فهذا هو أقصى ما تصل إليه هذه الكلمات والعبارات بالنسبة للعديد من الشركات وما يدعو للأسف أكثر من ذلك هو أنك عندما تسأل معظم العاملين بالمؤسسة عن هذه الكلمات لا يمكنهم ترديدها على مسامعك إن هذه الكلمات والعبارات لا تنجح في أن تصبح جزءاً من طريقة التفكير وأسلوب العمل وفي أغلب الأحيان لا تكون أكثر من مجرد شيئاً كانت الإدارة تحلم به يروي لنا لس كنت بصدد إلقاء خطاباً أمام أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الكبيرة التي تمتلك سلسلة متاجر لبيع الأغذية وكنت على دراية بأنهم قد وضعوا لهذه الشركة بياناً واضحاً بأهدافها وأنهم يقومون بتحديثه دائماً لذا قمت بالاتصال بالعديد من متاجر هذه الشركة بشكل عشوائي وسألت الشخص المجيب على الهاتف هل يمكنك أن تخبرني بالأهداف المعلنة الخاصة بشركتكم من فضلك؟ لم يستطع أي من من تحدثت معهم الإجابة على هذا السؤال وقد رد أحد المديرين بهذه المتاجر على سؤالي هذا قائلاً أعتقد أن لدينا نسخة من هذا البيان في مكان ما سأحتاج إلى البحث في خزانة الملفات يا لها من طريقة لتحقيق أهداف هذه الشركة إذا كنت تمتلك شركة أو كنت أحد صانع القرار الأساسيين بإحدى الشركات ففكر في الاقتراحات التالية أولاً تغيير عبارة بيان بأهداف الشركة لتصبح غايتنا سيسهل على الموظفين استيعاب كلمة الغاية على نحو أكثر احرص على جعل العبارات قصيرة وبسيطة بحيث يمكن لجميع العاملين حفظها عن ظهر قلب إن عبارة واحدة رائعة يستخدمها الجميع يومياً ستكون أكثر نفعاً لشركتك من استخدام عبارة طويلة يتم وضعها في خزانة ملفات مهملة وتعتبر سلسلة متاجر هاري روسون منزوير لبيع الملابس أحد الأمثل الممتازة على ذلك وفيما يلي البيان الخاص بها غايتنا هي أن نتجاوز توقعات عملائنا هذه هي العبارة المكتوبة على خلفية بطاقة الأعمال الخاصة بكل البائعين وكل من يعمل هناك يعرفها ولدى جميع الموظفين السلطة الكافية لتحويل هذا البيان إلى حقيقة واقعة على سبيل المثال إذا قمت بشراء بنطلون واحتجت إلى تغييره وكنت تحتاجه في اليوم التالي ولكنك لم تستطع الذهاب إلى المتجر الاستلام فسيحرص البائع على التأكد من توصيله إليك لا توجد مشكلة في ذلك بالنسبة لهم قد يكون هذا هو مفهوم تقديم خدمات إضافية للتفاني في إرضاء العميل نحن نقترح عليك أن تضع بيان غايتك الشخصية مستخدما عبارة واحدة ذات مغزى اجعلها عبارة عامة بدرجة تمكنك من تحقيق غايتك في الكثير من مواقف الحياة اليومية يقول لنا لس بيان الغاية الخاص بي هو مساعدة أكبر عدد ممكن أستطيع مساعدته من الأشخاص على مدى حياتي على نحو يحسن من حياتهم كثيرا وهذا ما يمنحني العديد من الفرص أستطيع مساعدة رجال الأعمال من خلال برنامج إعداد الناجحين الذي يستمر ثلاثة أعوام كما يمكنني أن أنقل أفكاري إلى الآخرين من خلال تأليف الكتب وكتابة المقالات في المجلات وتسجيل شرائط الكست أو يمكنني تقديم كلمة تشجيع وابتسامة لشخص يحتاج إلى دفعة للأمام على سبيل المثال مضيف بأحد المطاعم يشعر بالضغط عليه نظرا لقلة العاملين بالمطاعم أو محصل لتذاكر إيقاف السيارات بأحد الجاراجات والذي نادرا ما يجري محادثة مع أي من العملاء نظرا لأنهم دائما في عجلة من أمرهم تمنعهم من قول أي شيء أكثر من إلقاء التحية يقول جاك بيان الغاية الخاص به هو إلهام وتشجيع الأشخاص على تحقيق أقصى أمانيهم وطموحاتهم في سياق من الحب والبهجة ومثلما ذكر اللس فيما سبق فهناك العديد من الفرص والكثير من الأشكال لتحقيق ذلك أستطيع تأليف الكتب والمشاركة في المنتدايات وإلقاء الخطب وكتابة المقالات والاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون وتحفيز وتدريب فريق العمل الخاص به والتشاور مع المؤسسات الأخرى أو ببساطة أعرض بعض الأفكار الموحية على الشخص الجالس بجواري في الطائرة يقول مارك بيان الغاية الخاص به هو السعي إلى تحفيز المستمعين إلي باستخدام الحكمة التي ستحقق لهم النجاح ويتراوح جمهور المستمعين إلي بين عدة آلاف من الأشخاص في مؤتمر كبير ومجموعة قليلة من الأشخاص في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة أو مثل لس وجاك أستطيع كذلك التأثير في شخص واحد لمدة عشر دقائق إنه لمن المدهش كيف يمكنك التأثير في شخص ما باستخدام كلمات قليلة مختارة بعناية من أجل تشجيعه ومساعدته وفي بعض الأحيان لا يتطلب الأمر أكثر من دقائق معدودة لإحداث تغييرا أو أثرا إيجابي كذلك فقد قمنا بصياغة بيانا بالغاية المحددة التي ننشدها من سلسلة كتبنا Chicken Soup for the Soul ونص هذا البيان ببساطة هو أن نغير العالم قصة بقصة تطوير غايتك لمساعدتك على تطوير غايتك للوصول بها إلى مستوى أعلى أنت الآن على وشك اكتشاف طريقة فريدة لتوسيع مداركك يطلق عليها اسم مستوى الإدراك ذكرنا من قبل العمل الناجح لجورج أدير وجورج أدير هو رجل مشهور وناجح كرس حياته لما يطلق عليه العمل وتضمنت مجهوداته في هذا الصدد القيام بتشكيل مجموعات بحث خاصة ووضع برامج لمعرفة الذات وبحلول عام 1999 كان هناك أكثر من 30 ألف شخصا اجتاز برامجه إن سعي جورج الدؤوب إلى فهم المبادئ السامية للحياة قد كشف عن فلسفته الفريدة المتميزة بشأن العيش في مستوى أعلى والاستيعاب كيفية عمل مستوى الإدراك على النحو الصحيح اقرأ من فضلك الصفحات القليلة القادمة مرات عديدة إلى أن تدرك المعنى الحقيقي إن عدم إدراك هذه الحقائق الأساسية سيبقيك عالقا في مكانك غير راض عن حياتك وفيه كفاح دائم للحصول على أكبر المكافآت والمكاسب المادية في هذه الحياة ولتسهيل هذا المفهوم سنعمل على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام محددة أولا ستتعلم كيفية التمييز بين النمو على المستوى الشخصي ومصطلح مستوى الإدراك وبعد ذلك سنحدد المراحل الأساسية للتطوير العنصر البشري لا تشعر بالقلق فلا يكون هذا درس مطولا في التاريخ وبصفتنا مفكرين نسعى إلى عرض خلاصة الأمر فإننا نريد الانتقال إلى جوهر الأشياء سريعا وفي النهاية ستتعرف على الكيفية التي يعمل بها مستوى الإدراك بالتفصيل وارتباطه الوثيق بالموضوعين السابقين عندما تتمكن من الجمع بين هذه العناصر الثلاثة وتطبيقها في نفس الوقت سيصبح نجاحك في الحياة مضمونا إلى حد بعيد إنني لم أولد فقط لكسب المال ولكن لكي أحدث أثرا ملحوظا وأصبح ذات قيمة هليس بريجز النمو شخصي ومستوى الإدراك تأمل الرسم توضيحيا موجود بالصفحة التالية يوضح هذا الرسم العلاقة بين النمو الشخصي والوقت كل النمو الشخصي يكون رأسيا وغالبا ما يتم وصفه بتعبيرات مجازية مثل الارتقاء إلى مرتبة أعلى أو الوصول إلى القمة أو تسلق الجبل أو الصعود لأعلى وعلى الجانب الآخر يأخذ الفشل الاتجاه العكسي لأسفل باستخدام التعبيرات المجازية مثل السقوط والرجوع للخلف والانزلاق إلى الهاوية وما شابه ذلك وعلى المقياس الآخر يكون الوقت أفقيا وهذا يوضح أن الماضي خلفنا وأن المستقبل لا يزال أمامنا رسم توضيحي في هيئة مربع على الضلع الأعلى النمو الشخصي ومستوى الإدراك على الضلع الأيسر النمو الشخصي وعلى الضلع الأسفل الوقت داخل المربع خط أفقي على اليمين الماضي وعلى اليسار المستقبل يقطعه من المنتصف خط رأسي أعلاه المستوى الأعلى للإدراك وأسفله المستوى الأدنى للإدراك والحقيقة هي أنه لا يمكن التحكم في الاتجاهات في كل المقياسين المقياس لأعلى ولأسفل يمثل مستوى إدراكك المقياس يمينا ويسارا يمثل انعدام الوجود أو حالة وهمية لأن ماضيك قد انقضى بالفعل أما مستقبلك فما زال مجهولا وإنما يتقاطع المقياسان يمثل الزمن والموضع الحالي بمعنى آخر ظروفك الحالية وكما سيتضح لك بعد قليل كلما ارتقى موضعك على المقياس الرأسي زادت قدرتك على فهم الحياة الخطوة التالية في هذا اللغز هي إدراك أن هناك ثلاث مراحل رئيسية لنمو الإنسان مرحلة الطفولة ومرحلة النج ومرحلة إدراك الذات مرحلة الطفولة تكون آلية الطابع وتتميز بنعدام الإدراك وهي أشبه بمساحة للسكون الداخلي لاحظ أننا نقصد بذلك البالغين وكذلك الأطفال مرحلة البلوغ تشهد تفتح الوعي وتكونه والخروج من حالة السكون وللأسف فالبعض لا يخرج أبدا من مرحلة السكون ويظلون عالقين عند أدنى مستويات الإدراك وفي المستويات المتقدمة يعرف الأشخاص الذين يمرون بمرحلة إدراك الذات ما هي غايتهم كما يكون لديهم فلسفة واضحة ومحددة جيدا عن الحياة ككل وسنتناول هذا المفهوم بمزيد من التفصيل لاحقا أولا إليك فارق مهم آخر وهو الفارق بين الأحداث والحالات إن العالم الخارجي الذي نتفاعل معه هو سلسلة من الأحداث إنه يمثل ما يحدث في حياتنا يوميا ومع ذلك فعالمنا الداخلي يتم التفاعل معه كحالات وهذه الحالات تندرج تحتها جميع مشاعرنا وعواطفنا وغرائزنا وحدثنا وتحدد هذه الحالات مستوى الإدراك الخاص بنا والعبارة التالية مهمة جدا عندما تنجح في التمييز بناء على وعي ودراية بين الأحداث عالمك الخارجي والحالات عالمك الداخلي ستتوصل إلى جوهر الحياة حقيقة على سبيل المثال مستوى حياتك الحالي تحدده حالتك الداخلية وليس الأحداث الخارجية من المستحيل أظهر بمستوى إدراك متدني من الداخل وفي نفس الوقت مستوى إدراك أعلى من الخارج معظم الأشخاص لا يستوعبون هذه الحقيقة البسيطة وتجدهم يحاولون تعامل مع الأحداث الخارجية لتحقيق النجاح وهذا الأسلوب لا ينجح أبدا إن الوسيلة الوحيدة للاستمتاع حقيقة بمستوى أعلى من النجاح بما في ذلك الاستقلال المالي والرضا عن العمل أو الوظيفة ووجود علاقات أكثر ثراء تكون بتغيير مستوى إدراكك الداخلي والاستيعاب مدى مستويات الإدراك بالكامل عليك دراسة الرسم الموجود في الصفحة التالية مستوى أشبه بالدرجة في سلم وفي كل مرة تخطو فيها خطوة لأعلى يزداد وعيك وخدرتك على الحصول على ما تريده تمثل الدائرة مستوى إدراكك الحالي بعبارة أخرى ظروفك الحالية ولا يرتبط أسلوب الحياة بالزمن والنجاح والفشل لا يتم قياسهما إلا بمستوى إدراك الفرد تحديد مستويات الإدراك لا يتم قياس مستوى المعيشة وأسلوب الحياة والرخاء والفقر بالأحداث أو الظروف الموجودة في العالم الخارجي وإنما بحالة الفرد الداخلية من المستحيل الظغور بمستوى إدراك متدني من الداخل وفي نفس الوقت مستوى عالم من النجاح على الجانب الخارجي وفيما يلي أمثلة متعددة على حالات الإدراك الداخلي أمثلة على مستويات الإدراك حالة الاعتماد على النفس احترام شديد للذات يدعمه إقرار بذلك من الداخل التحفيز والتشجيع ينبعان من الداخل يكون الفرد في هذه الحالة ملتزما بالضوابط الأخلاقية وحي الضمير وراغبا عن كل الاحتياجات المادية وراغبا في خدمة الآخرين ولا يلقى رفضا من داخله للقيام بذلك حالة التسليم والرضى بالأمر الواقع يتقبل الحياة بلا قيد أو شرط يتحلى بمهارات قيادة غير مرئية مسالم مع الجميع يتمتع بشخصية قوية يعيش كل يوم بدون إطلاق أحكاما ويقبل الحقيقة دون إلقاء اللوم على الآخرين اكتشاف الحب يتعلم ويمارس العطاء والمودة دون قيد أو شرط يكون متسامحا وسهلا في تعامله مع الآخرين يبدأ في تقدير عدم إيذاء أو إضرار الآخرين حالة الوعي وتكون الإدراك يستكشف سلوكيات السعي لمصلحة الجانب الآخر إلى جانب مصلحته يبدأ في استخدام حدسه يخوض مخاطرة محسوبة يتعلم أهمية العطاء أكثر من الأخذ يبدأ في تبادل المشاعر مع الآخرين يتأمل في المواقف التي تواجهه ويستخدم العقل والمنطق غرائز حب الذات والغرور يصدر أحكاما على الآخرين يعطي الأسباب والمبررات لعدم نجاحه في الحياة غالبا ما يعاني من حالة نكران الذات ويقابل الأذى بمثله ويتفاعل مع الآخرين ويحاول أن يضفي نوعا من العقلانية على تصرفاته ومنهجه سلوكه يميل إلى النواحي الروتينية في الحياة غرائز تحقيق الأمان يأخذ الموقف الدفاعي خائف به نزعة إلى القلق غيور يلوم الآخرين والأحداث على قلة النجاحات في حياته يقوم بأشياء سعيا إلى قبول ورض الآخرين وجذب انتباههم سلوكه ينزع إلى النواحي الروتينية غرائز البقاء على قيد الحياة محب للامتلاك ويظهر سلوكية عدوانية ورغبة في فرض السيطرة يستخدم أساليب هجومية ومتوعدة ومتوعدة بسوء العقاب حتى يبقى متحكما في مجريات الأمور سلوكه ينزع إلى النواحي الروتينية دعنا نلقي نظرة عن قرب على مستويات الإدراك من وجهة نظر عملية أدنى درجات السلم تسمى مستوى السكون وتعرف كذلك باسم مرحلة الطفولة الأشخاص في هذا المستوى عادة لا تكون لديهم رغبة في تعلم المزيد أو في تحسين أسلوب حياتهم ويكون لديهم مستوى محدود من الوعي وبدرجة ما يكونون غير مدركين لوجود مستوى أعلى تكون الحياة بالنسبة لهم روتينية ورتيبة إلى حد بعيد وينصب اهتمامهم الرئيسي على البقاء على قيد الحياة وتوفير متطلبات الأمان وطالما كانوا ناجحين في الإبقاء على الوضع الراهني والاحتفاظ بوظيفة دائمة ومشاهدة بعض البرامج التلفزيونية ودفع الفواتير فسوف يظلون على قيد الحياة وهم ميالون إلى لوم الآخرين والظروف على قلة نجاحاتهم لكنهم غير مستعدين لتغيير أنفسهم وبالتالي يظلون عالقين في أماكنهم ولا يتقدمون هل تعرف أحد ينطبق عليه الوصفة السابق؟ نرجو منك أن تفهم أننا لا نقول إنما سبقه أمرا خطأ فكما تعرف كل شيء في هذه الحياة إنما هو خيار إذا اخترت هذا المستوى من الإدراك فالنتيجة أنك ستظل فيه دون جديد والانتقال إلى مرحلة أخرى يتطلب حركة رأسية وهو ليس له أي علاقة بالوقت هذا المفهوم أساسي ولا غنى عنه إن الإخلاص في العمل ولفترات أطول لكل يوم سيمنحك المزيد مما لديك بالفعل ويتطلب الانتقال إلى مستوى إدراك أعلى في البداية أن تصبح أكثر وعيا وفهما لجوهر الحياة وبالانتقال إلى أعلى السلم قليلا سنجد الأشخاص العاجزين عن الحركة بسبب إحساسهم بالذنب وانعدام ثقتهم بأنفسهم وغالبا ما يعيش الأشخاص الموجودون في هذا المستوى من أجل نيل قبول ورض الآخرين وينظرون لأنفسهم نظرة دونية ولذلك ينزعون إلى عدم إكمال الأهداف أو إنهاء ما بدأوا والمثير في الأمر أنك تجد لديهم كافة أشكال الأعذار والمبررات لعدم تقدمهم وتطورهم ومن السمات المميزة لهم كذلك الحاجة إلى أن يكونوا على صواب والميل إلى العزلة الشديدة عن العالم الخارجي كما يتصفون بالأنانية وبالانتقال لأعلى السلم أكثر إلى مرحلة البلوغ تبدأ عملية الخروج من حالة السكون وتكون الوعي عندما تكون في هذا المستوى من الإدراك تكون من سمات حياتك خوض مخاطر محسوبة والبدء في استيعاب فلسفة مبدأ فائز فائز والتحول إلى شخص معطاء بدلا من شخص يريد الأخذ طوال الوقت وتصبح قادرا على التعبير للآخرين عن حقيقة مشاعرك من خلال ثقتك بنفسك ويصبح السعي عن وجود له مغذا أمرا واضحا وبالصعود إلى مستويات إدراك أعلى مما سبق تصل إلى مرحلة إدراك الذات في هذه المرحلة تكون على وعي تام وإدراك كامل وهو ما يتطلب منك إظهار نزاهة وأمانة في كل ما تقوم به وهذا ليس بالأمر اليسير فقلة ضائلة من الأشخاص تختار لحياتها هذا المنظور السامي وبينما يزداد وعيك وإدراكك يقل ارتباطك وتعلقك بالأحداث واحتياجك إلى الكثير من الأشياء المادية وتصبح مساعدة الآخرين أكثر أهمية بالنسبة لك ولا تجد بداخلك مقاومة أو رفضا لذلك وعند أعلى مستوى ستجد نفسك تعمل دائما على تحسين مواهبك الخاصة وتنميتها وهذا ما يوفر لك فرصا إضافية لمساعدة الآخرين ستبدأ حياتك في الإنسياب بسلاسة بدلا من أن تكون سلسلة من الأحداث والمواقف غير المترابطة وأنت بفطرتك تعرف القرارات السليمة التي يجب اتخاذها وأي الاتجاهات يجب أن تسلكها وهذا بدوره يساعدك على أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسك إليك الآن السؤال الحاسم ما هو موضعك على هذا السلم؟ ما هو مستوى الإدراك الذي تعيشه حاليا؟ هناك تحذير تجدر الإشارة إليه هنا سيكون من السهل القول أنك تنتقل فيما بين أعلى وأسفل السلم استنادا إلى أيام الأسبوع المختلفة والحقيقة هي أن لكل إنسان سلوكيات معينة تظهر فيه هو وحده بشكل دائم بصورة تجعله يختلف عن الآخرين هذه السلوكيات هي عاداتك المسيطر عليك بعبارة أخرى هي مستوى إدراكك الحقيقي نرجو منك استيعاب شيئا مهم وهو أنك قبل أن تتمكن من الصعود إلى الدرجة التالية في السلم يجب عليك التخلي عن تلك التي تقف عليها تذكر وجود مرحلة انتقالية هنا وفي نقطة ما تكون قد تركت درجة السلم السابقة لكنك لم تتمكن من الوصول تماما إلى الدرجة التالية وهذا هو أصعب جزء عدم التيقن مما إذا كنت ستصل إلى الدرجة التالية أم لا الأمر الذي ولد نوعا من الشك وإذا مجتمع الخوف مع الشك سيكونان تركيبة قوية قد تضمن عدم تركك للدرجة التي تقف عليها في السلم حاليا إن الوسيلة الوحيدة لصعود السلم هي السعي إلى التغيير والمخاطرة والأمر أشبه بالقفز في حمام السباحة للمرة الأولى إذا كنت لا تستطيع السباحة فقد يعمل خوفك من عدم الطفو مرة أخرى على عدم اقترابك من الماء للأبد والحقيقة ببساطة هي أنك سوف تطفو على سطح الماء مرة أخرى لكن يجب عليك أن تقفز الاكتشاف ذلك يمكنك أن تعجل انتقالك إلى مستوى أعلى من الإدراك عن طريق إعداد قائمة بالعقبات التي تعترض طريقك هناك تمرين في نهاية هذا الفصل لمساعدتك يطلق عليها قائمة معوقاتك الشخصية وهذه عبارة عن قائمة تجتمل على كافة الأشياء التي تقوم بفعلها والتي من شأنها أن تقيدك وتبقيك عالقا في المكان الذي تقف فيه على سلم الإدراك تذكر إن شيئا لا يتغير حتى تتغير أنت قم بالتأكيد والتركيز على عادة تغيير عاداتك باستمرار من خلال القيام بذلك سوف تبدأ في تقدير بهجة العيش في هذه المستويات الأعلى أساسيات الحياة أن تعرف ما الذي تريده ولماذا تريده أن تكشف مواهبك وتستخدمها كل يوم أن تعمل بكد واجتهاد وبذكاء أن تعطي دون قيد أو شرط وتحب بنفس الطريقة أن تجد غايتك في الحياة وتحققها خاتمة تحقيق غايتك الحقيقية في الحياة في ظل أعلى مستويات الإدراك يشير إلى أنك تريد أن تحدث أثرا ملخوظا في كل من حولك وتكون ذا قيمة وهذه هي أقصى حالة من الرضا والإشباع يمكنك الوصول إليها كما أنها تمنحك مكافآة عظيمة سوف تكون حياتك مبهجة وستنعم بالطمأنينة وراحة البال وستظهر مواهبك التي حباك الله بها بطريقة حافلة بأسمى المعاني ولذلك واصل البحث كافح حتى تدرك المزيد عن نفسك وعن الدور المنوط بك القيام به إنها رحلة طويلة سوف تستغرق منك العمر كله سوف تحتاج على طول الطريق إلى أن تصبح أكثر مسؤولية الأمر الذي يتطلب منك أخذ خيارات مختلفة وبعضها سيكون صعبا بدون شك كما سترى في كلمتنا الأخيرة التي تلي هذا الفصل فالالتزام بالتغيير هو أصعب أشكال الالتزام الحياة قصيرة فركز من هذا اليوم فصاعدا على أن يكون لك أثرا ملحوظا في كل من حولك خطوات العمل اكتشاف وتحقيق غايتك الأسئلة العشرة التالية تم وضعها لمساعدتك على تحديد ما إذا كانت حياتك تتمركز حول غاية محددة بالإضافة إلى النقاط الأساسية الواردة في هذا الفصل سوف تساعدك هذه الأسئلة على أن تضع تعريفا واضحا لغايتك يحقق لك النجاح فكر في كل سؤال وقرأ التعليقات قبل أن تبدأ الإجابة وبعد ذلك قم ببساطة بوضع علامة نعم أو لا أعرف لست متأكدا أو لا واحد هل تدرك ما أنت بارعا فيه من الأمور وما يحفزك نعم لا أعرف لست متأكدا لا كثيرون لا يكتشفون أبدا العمل أو النشاط الملائم لهم لأنهم يتجنبون تحليل أهداف مهنتهم إنهم يعملون في وظائفهم ولا يسأل أحدهم نفسه أبدا ما الذي أقوم بأدائه بشكل جيد أي نوع من الحياة أريد أن أحيا أي نوع من العمل يولد بداخلي طاقة إيجابية من المهم بالنسبة لك أن تعرف وتستخدم مهاراتك الخاصة إثنان هل تستفيد تماما من أكثر مهاراتك إمتاعا لك نعم لا أعرف لست متأكدا لا كثيرون يركنون إلى الخمول والكسل في وظائفهم إنهم قادرون على القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير ولكنهم يخشون فكرة تحدي أنفسهم وهناك أربعة فئات مختلفة من الأشخاص فيما يتعلق بمنظورهم إلى الوظيفة وتوقعاتهم وأمالهم من ورائها وللأسف يندرج موظم الأشخاص تحت الثلاثة الأولى منها ألف إنها مجرد وظيفة لا بأس بأي وظيفة مهما كانت ماذا مراتبها جيدا وما دمت أستطيع القيام بشؤوني الخاصة بعد العمل با يجب أن أعمل في وظيفة دائما فأنا بحاجة إلى الفوائد والعطلات والأمان وكل هذا توفره للوظيفة الدائمة جين أريد أن يكون هناك مضمون ومحتوى في مهنتي سواء كانت تجارة أو وظيفة ثابتة إنني أريد أن أستغل مواهبي وأن أجد ما أواجهه من تحديات دال العمل لا يرتبط بالمال إنه سبيل إلى المزيد من التعلم والنمو الشخصي إن العمل يجعلني أركز على شيء ما أعتقد بشدة بضرورة القيام به في هذه المؤسسة أو في هذا المجتمع أو في هذا العالم ثلاثة هل يؤيد عملك قضية ما تهتم أنت بها بشدة؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا الاهتمام هو أساس كل الغايات وهو يتطلب أن تكون منفتحا لكل ما حولك ولكي تكتسب الاهتمام تحتاج إلى الإدراك يجب أن لا يثق الكاهلك الإحساس بالواجب أو الالتزام وعندما تهتم بصورة طبيعية فذلك لأن هناك ما مس ذاتك بعمق ودفعك إلى العمل أربع هل ترى أنك من خلال ما تؤديه من عمل تحدث أثرا ملحوظا في هذا العالم؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا إن الإحساس بعدم القيمة أصبح سائدا في مجتمع اليوم إن الكثيرين يفقدون الدافع والحافز للعمل لأنهم يشعرون بخلو عملهم من القيمة والمعنى إن العمل يجب أن يمنحنا ما هو أكثر من المال والمنزلة الرفيعة إذ يجب أن يمنحنا الفرصة ليكون لنا أثرا ملحوظا في كل ما حولنا خمسة هل تنظر إلى معظم أيامك بشعور من الحمس؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا عندما تخدم غاية أكبر منك سوف تشعر بمزيد من الالتزام وتصبح أكثر تحمسا تذكر أن السنين تمر بسرعة فانظر إلى كل يوم من أيامك وتعامل مع كل مهمة بحمس ستة هل وضعت لنفسك فلسفة خاصة في الحياة والنجاح؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا كل منا بحاجة إلى مجموعة من المبادئ يحيى بها ولأجلها ومع ذلك فالكثيرون جدا يقبلون قيم الآخرين ولا يضعون قيما خاصة بهم أبدا إنهم لا يتأملون حياتهم بدرجة كافية ولكنهم بذلا من ذلك يعتريهم القلق خشية ألا يستحسنهم الآخرون إن القوة الحقيقية تأتي من التعبير عن قيمك الشخصية العميقة بالأفعال لا بالأقوال سبعة هل تخاطر المخاطرة الضرورية لتطبيق فلسفتك الخاصة؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا ما من أحد على يقين تام بالسبيل الأمثل الذي عليه أن يسلك ولكن هؤلاء الذين لديهم الشجاعة الكافية للإيمان بأنفسهم وبأفكارهم مع إدراكهم أنه قد تكون هناك خسارة محتملة هم الأشخاص الحقيقيون يتعين عليك أن تخاطر وأن تتحلى بالشجاعة حتى تكون صادقا مع نفسك ثمانية هل تشعر أن لحياتك معنا وأن هناك غاية تسعى لتحقيقها؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا يعد تاري فوكس مثالا رائعا لشخص الذي لديه غاية راسخة في أعماقه يسعى لتحقيقها إن الذكراه تحثنا على أن نرتقي بتوقعاتنا لما يمكن أن نكونه بمقدورك أن تختار أن تركز نشاطك على ما يمنحك أعمق شعور بمقدورك كذلك أن تشغل وقتك ومواهبك بالآخرين وبالالتزامات وبالأفكار وبالتحديات الهادفة تسعى هل لديك أهدافا فعالة هذا العام ترتبط بغايتك؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا الغاية كجزء من حياتنا هي بمثابة الإلهام ولكن أهدافنا هي التي تحفزنا حقا على أساس يومي إن حياتنا تصبح خالية عندما لا يكون لدينا ما نكافح من أجله والأهداف رغم أن تحقيقها ليس سهلا دائما تمنحنا الشعور بالرضى والإشباع لما حققناه من إنجاز وهذا الشعور بدوره يزيد من إحساسنا بقيمتنا عشرة هل تعيش حياتك الآن في أبهى صورة لها بذلا من العيش على أمل أن الأمور سوف تصبح على ما يرام في يوم ما؟ نعم لا أعرف لست متأكدا لا لماذا تنتظر أن يطرق الحظ بابك؟ استغل لما لديك من إمكانيات متاحة الآن بدلا من أن تواريها بالتراب إن الآن هو الوقت المناسب لكي تحيا في ظل ما تؤمن به من قيم ولكي تكون لك غاية محددة المصدر كتاب The Power of Purpose احسب نتائجك كما يلي لأنها أسئلة ذاتية ومع ذلك استخدم تحليل النتائج كدليل عام كما يلي إذا كان مجموع درجاتك من صفر إلى سبع فحياتك مركزة جدا ولديك اتجاها محددا فيها كما أنك مصمم على أن يكون لك قيمة وأثر ملحوظا في كل ما حولك وإذا كان مجموع درجاتك من ثمانية إلى خمسة عشر فلديك غاية محددة ولكنك بحاجة إلى أن تحدد ما هو التزامك بوضوح هل تطبق قيمك حقيقة كل يوم؟ وإذا كان مجموع درجاتك من ستة عشر إلى عشرين فأنت تخاطر بعدم استخدامك لإمكانياتك المتاحة وتهدد حياتك من فضلك لاحظ أن هذه الدرجات العالية ربما تعني كذلك أنك تمر بأزمة ما أو مرحلة انتقالية خطيرة الآن وقد أتيحت لك الفرصة لتفكر فيما تعنيه الغاية بالنسبة لك قم بالصياغة بيان من جملة واحدة يلخص جوهر غاية حياتك كما تتراء لك هذه الغاية الآن اختر كلماتك بعناية واهتمام وكما نطالبك دائما كن دقيقا ومحددا ولكي تقوي غايتك تأمل هذا البيان كل يوم قم بطبعته على بطاقة خاصة يمكنك أن تبقيها قريبة منك اكتسب عادة إعادة التأكيد على هذا البيان حتى يصبح راسخا تماما في شعورك هذا البيان هو الحافز الذي سوف يغير سلوكك ويسمح لك بالاستمتاع حقا بالعيش من أجل تحقيق غاية محددة إذا لم تكن قادرا على صياغة بيان حافل بالمعنى بعد إتمامك لهذا الاستبيان فلا تكن قلقا للغاية فغالبا ما يقتضي تحديد غايتك بوضوح شهورا وأحيانا سنوات إنما سيساعدك هو أن تداوم على البحث والتفكير بشأن ما تقوم بفعله وبشأن السبب الذي تفعله لأجله سوف تقدم الإجابات نفسها إليك في آخر الأمر قم بإعداد قائمة بكافة الأشياء التي تحتاج إلى التوقف عن فعلها أو التخلي عنها لتسهيل انتقالك إلى المستوى التالي من الإدراك كن دقيقا ومحددا ضع في اعتبارك مهنتك ومواردك المالية وعلاقاتك وصحتك وفلسفتك واتجاهك إليك بعض الأمثلة القليلة 1- توقف عن الإنفاق أكثر مما تسمح لك مواردك 2- توقف عن التأخر 3- توقف عن الاستمرار في علاقات مع أشخاص هدامين يسممون أفكارك 4- توقف عن لوم الآخرين على عدم امتلاكك لبعض الأشياء 5- توقف عن التقليل من شأنك بأحاديثك السلبية مع نفسك 5- تهانينا لقد أنجزت الأمر 6- الآن استخدم قوة تركيزك لمساعدة الآخرين 3- توقف عن التأخرين